اشتركوا في القناة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وبعد وطبعا ان شاء الله عز وجل انا ساختصر جدا يعني بحيث يحفظ معي اخي الدارس ان شاء الله عز وجل اقول مستعنا بالله تعالى الكلام هو اللفظ المفيد اللفظ المفيد واقل ما يتركب منه كلمتا كيف هذا اقول مثلا القرآن معجز فهمنا معنا نعم فهمنا اعجز القرآن اعجز الفصحاء او اعجز البلغاء وهذا الاسلوب قد تكون من كلمتين هو كلام مفيد اقول مثلا جاء خالد جاء فعل ماض ومن الذي جاء خالد هو فاعل الفاعل اعلم انه هو الذي يفعل الفعل يقوم بعمل الفعل جاء من الذي جاء خالد طيب اقسام الكلام اقول اقسامه ثلاثة عندنا الاسم وعندنا الفعل وعندنا الحرف انا الان امامي كلمة كيف اعرف انها اسم اقول لذلك علامات احفظ معي الان الان ولا تقول مثلا يعني سأحفظ بعد ذلك لا احفظ الان اولا من العلامات التي تميز الاسماء الجر كيف هذا اقول مثلا في الدار كلمة الدار هل هي اسم نعم كيف عرف اقول لانها سبقت بحرف جر من العلامات كذلك التنوين كيف هذا يعني مثلا اقول زيد 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 رأيت التنوين كيف عرفنا ان كلمة زيد اسم نقول لانها نوينت ولا ينون الا الاسماء اذا عندنا الان الجر وعندنا التنوين كذلك عندنا دخول ال اذا رأيت ال قد دخلت على الكلمة فلتعلم ان تلك الكلمة اسم اقول الرجل المدرسة المسجد وهكذا ما اضراني ان كلمة الرجل اسم اقول لان ال قد دخلت عليها على هذه الكلمة اذا الان طبعا العلامات اكثر من ذلك لكن نحن نقتصر على هذه العلامات ان شاء الله تعالى اذا الان عندنا علامات ثلاثة الجر والتنوين وال اذا وجدت الكلمة قد سبقت بحرف جر فلتعلم ان تلك الكلمة اسم وكذلك التنوين وكذلك دخل انتقل الى الفعل الفعل منه الماضي ومنه المضارع ومنه الامر وانا اعلم جيدا انني احدث الجادين في طلب هذا العلم في طلب النحو والصرف لانه علم اعلم ان في طلبه وفي اتقانه صعوبة لكن ان شاء الله تعالى وبفضل الله عز وجل نحاول ان نيسره نيسره بفضل الله تعالى وانا اختصر يعني بما يتناسب مع حاجة المتحدث اقول الفعل منه الماضي ومنه المضارع ومنه الامر كيف اعرف الفعل الماضي كيف اعرف اقول ويعرف بقبول تاء التأميث انت الان تتحدث عن فتاة يعني مثلا الفعل فهمة انت اذا تحدثت عن فتاة فماذا تقول نعم تقول فهمت فهمت فاطمة فهمت هند فهمت عائشة فهمت وهكذا طيب معنى ذلك ان هذا الفعل وهو فهمة فعل الماضي نعم كيف عرفنا نقول لانه قبل تاء التأميث اي فعل يقبل تاء التأميث فهو فعل ماضي طيب الفعل المضارع اقول ويعرف بقبول لم كيف يعني مثلا لم يقرأ لم يقرأ الفعل يقرأ ما نوعه هو فعل المضارع كيف عرفنا نقول لانه قبل لم يقرأ اتقل لانه قبل لانه قبل ويعرف اتقرأ بقبول بقبول وليس بقبول بقبول ياء المخاطبة كيف يعني مثلا انظر الى الفعل اكتب انت تريد ان تخاطب فتاة ان تأمرها بشيء فماذا تقول تقول اكتبي طيب هذا الفعل هو اكتب قبل ياء المخاطبة نعم انا امرتها بالكتابة اكتبي اقرأي اصومي صلي هذا الفعل قبل ياء المخاطبة نعم اذا هو فعل امر اذا الآن عرفنا علامات الاسماء منها الجر ومنها التنوين ومن هذه العلامات ال قبول ال كذلك الفعل منه الفعل الماضي وما علامته علامته ان يقبل تاء التأنيز الفعل المضارع ما علامته علامته قبول لم الامر يقبل ياء المخاطبة اعد هذا الكلام عدة مرات حتى يتقن ان شاء الله انتقل الى الحرف اقول وعلامته خلوه من العلامة فلا يصلح معه علامة الاسم ولا علامة الفعل اقول هل على في هل كلمة هل تقبل علامة الاسماء لا تقبل علامة الافعال لا اذا هي حرف وهذا طبعا لا صعوبة فيه انتقل معي بعد ذلك الى قسمين للاسماء من انواع الاسماء انه يكون اما معربا او مبنيا ما معنى المعرب اقول وهو ما يتغير اخره مع تغير اعرابه كيف هذا يتغير اخره مع تغير اعرابه نعم انظر مع اقول جاء محمد رأيت التنوين على الدل محمد رأيت محمدا انظر محمدا مررت بمحمد طيب رأيت هذا التنوين هذا الضبط تغير في هذه الكلمات السلاسة تغير نعم تغير طيب الضبط تغير نعم اقول اذا هذه الكلمة وهي كلمة محمد في الامثلة السلاسة هذه الكلمة معربة اعيد كلمة محمد في المثال الاول هذا جاء محمد ما اعرابها جاء فعل مر من الذي جاء محمد محمد هو الذي فعل الفعل اذا هو الفعل هو الفعل طيب رأيت محمدا اين الفعل لا ليس محمدا محمدا كلمة منصوبة والفعل لا يكون منصوبة من الذي رأى؟ رأيت تو هذه تعود عليها هذه تأو الفاعل أنا الذي رأى؟ رأيت هذه تأو الفاعل رأيت من؟ رأيت محمدا 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 وقعت عليه الرؤية هو المفعول به وقع عليه الفعل إذن محمد في المثال الأول فاعل وفي المثال الثاني مفعول به في الثالث البأ حرف جر ومحمد اسم مجرور بالبأ وعلامة جره الكسرة طيب الإعراب تغير؟ نعم هذه فاعل ومحمدا مفعول ومحمد اسم مجرور الإعراب تغير الضبط تغير؟ نعم الضبط تغير؟ نعم إذن هذه الكلمة معرابة طيب انتقل معي إلى المبنية أقول وهو ما يلزم آخره حالة واحدة حالة واحدة ولا يتغير بتغير إعرابه هذه الحالة لا تتغير ولا تتغير بتغير إعرابه أقول هؤلاء وانظر إلى الكسرة هؤلاء أطفال إن هؤلاء وانظر إلى الكسرة إن هؤلاء مجتهدون ما إعراب هؤلاء؟ طبعا هي اسم وقع في أول الكلام أخبرنا عنه بما بعده إذن كلمة هؤلاء مبتدأ طيب يسأل سائل كيف تكون مبتدأا وتحت الهمزة الأخيرة كسرة؟ نقول سؤال جميل جدا وهذا ما دفعني إلى التحدث في هذا الموضوع إن شاء الله وتعلم أنظر معنا هؤلاء مبتدأ؟ نعم مبتدأ؟ طيب لماذا لم نقل هؤلاء؟ أنظر هذا سؤالك لماذا يعني هي مبتدأ؟ فلماذا إذا كانت مبتدأا فلماذا وضعنا تحت الهمزة الأخيرة كسرة؟ أنظر معي هؤلاء مبتدأ وهؤلاء في المثال الثاني اسم إن الإعراب تغير؟ نعم هذه مبتدأ وهؤلاء اسم إن الإعراب تغير أنظر معي الضبط تغير؟ لا الإعراب تغير نعم الضبط وهو التشكيل الضبط تغير؟ لم يتغير إذن هذه الكلمة وهي كلمة هؤلاء مبنية أنظر معي تشكيل المبني ضبط آخره ضبط ثابت لا يتغير يعني معنى ذلك أن كلمة هؤلاء إذا كانت فاعلا أو مفعولا أو مبتدأا أو خبرا أو أو فلابد أن نضع تحت الهمزة الأخيرة كسرا أعيد هذه الكلمة وهي هؤلاء جاءت فاعلا أو مفعولا أو خبرا أو مبتدأا أو أو فلابد أن تضع هذه الكسرة ترى مهما كان الإعراب ضبط ثابت وهذا هو البناء الكلمة المبنية ضبط آخرها ثابت مهما تغير إعرابها سواء كانت فاعلا أو مفعولا أو خبرا أو مضافا إليه المهم أن ضبط آخرها ثابت فهمت الآن؟ ولذلك لا تقول هؤلاء لا هؤلاء كذلك إن هؤلاء كيف تكون هؤلاء وإن تنصب اسمها كيف تكون هؤلاء؟ نقول لأن هذه الكلمة وهي هؤلاء مبني فضبط آخرها ثابت إذا كانت فاعلا أقول هؤلاء وهكذا أقول ومن المبني الأسماء المبنية كثير أنا أختر منها أسماء الإشارة كل أسماء الإشارة تعرفها؟ هذا وهذه وهزان وهتان وهؤلاء وذلك وتلك كل أسماء الإشارة مبنية ما عدا هزين وهتين أختر كذلك الأسماء الموصور أقول كلها مبنية ما عدا اللزين واللتين كل الأسماء الموصولة مبنية ما عدا ماذا؟ اللزين واللتين انظر معي أقول هذه فتاة تحفظ كتاب الله أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا كتابه وأن يثبته في صدورنا وقلوبنا وأن يتقبل منا هذه فتاة تحفظ كتاب الله رأيت كلمة هذه ماذا تحت الهائي الأخيرة؟ كسرة طرى الكسرة؟ هذه ما يعرب هذه؟ أقول هي اسم وقع في أول الكلام تحدثنا عنه بما بعده إذن كلمة هذه مبتدأ يسأل سائل كيف تكون مبتدأا ووضعنا تحت الهائي الأخيرة؟ كسرة أقول كلمة هذه ما نوعها؟ اسم إشارة وأنا قلت منذ قليل أسماء الإشارة مبنية ما عدا هزيني وهتك إذن هذه من أسماء الإشارة؟ هذه مبنية كلمة مبنية إذن ضبط آخرها لابد أن يكون سابتا جاءت مبتدأا جاءت خبرا جاءت فاعلا لابد أن تقول لا هذه هذه بالكسر فهمت الآن الكلام؟ هذا مهم جدا جدا عند النطق قد يقول إنسان وقد يفكر وقد يحدث نفسه هذه فتاة لا أنا أقول هذه لأنها مبتدأ نقول أخطأ أخطأ هي كلمة مبنية إذن لابد أن نقول هذه بكسر الهائل أخير طيب كذلك أقول الذين قاموا الليلة شعروا بلزة عظيمة ولا تقل شعروا ولا تقل بضم العين شعر لا شعر بفتح العين لماذا؟ شعر شعر بضم العين من الشعر فلان عنده موهبة الشعر شعر يعني صار شاعرا قال الشعر أما هذه فبفتح العين الذين قاموا الليلة شعروا بلزة عظيمة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقومون الليلة متقبلين مسددين موفقين الذين قاموا الليلة شعروا بلزة عظيمة انظر إلى كلمة الذين ما يعربها طبعا هي اسم وقع في أول الكلام تحدثنا عنه بما بعده إذن هو مبتدأ مبتدأ طيب نحن نعلم أن المبتدأ مرفوع كيف وضعنا فتحة على النون نقول لأن كلمة الذين اسم موصول ونحن قلنا منذ قليل إن الاسم الموصول مبني ما عدا الأسماء الموصول مبني ما عدا اللزين واللتين انظر أل لزين بلا مين هذه مسنة انظر إلى هذه أل لزين بلا من واحدة هذه جمع انظر إلى الفرق أل لزين بلا مين مسنة أما هذه فاللزين أل لزين بلا من واحدة هذه جمع طيب أل لزين اسم الموصول نعم اسم الموصول أقول ضبط آخره سبت يعني إذا جاءت كلمة الذين فاعلا أو مفعولا أو خبرا أو مضافا إليه أو أو فلابد من وضع هذه الفتحة هذه يعني ضبط سابت نعم أقول بعد ذلك والاسم إما أن يكون نكرة أو معرفة أنت مثلا تسير في الشر فرأيت طفلا فقلت رأيت طفلا أسألك هل تعرفه قلت لا لا تعرفه نعم هو مجهول بالنسبة لك نعم إذن هذه الكلمة وهي كلمة طفلا نكرة النكرة بمعنى أنها شيء مجهول غير المحدد غير المعرف فهمت طيب كذلك تقول مثلا أعجبتني ظهرة ما اسمها تقول لا أعرف هي نكرة بالنسبة لك شيء مجهول ما اسمها الله أعلم ما نرعوها الله أعلم شيء مجهول لكن على خلاف ذلك المعرفة أقول طفلك يجيد حفظ القرآن نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا جيدا القرآن الكريم وأن يتقبلهم وأن يحفظهم ما أبقاه من كل سوء طفلك يجيد حفظ القرآن طفلك نعم أنا أقول طفلك نعم طفلك أصبح محددا طفلك أضفت الطفل إليك إذن هذه الكلمة معرفة طيب أقول مثلا قال الله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة نسأل الله أن نكون من أصحاب الجنة بغير حساب ولا عزب لا يستوي أصحاب النار أصحاب النار أنت أضفت الأصحاب إلى النار أصحاب النار نعم أصبحت هذه الكلمة وهي أصحاب معرفة كذلك الحال مع كلمة أصحاب الجنة أصحاب أصحاب الجنة أضفتهم إلى الجنة نعم هذه الكلمة أيضا معرفة إذن النكرة بمعنى أن هذا الشيء شيء مجهول أما المعرفة بمعنى أن هذه الكلمة محددة معرفة عرفت الآن المعرفة والنكرة طيب يعني قد يسأل سائل وهل أنا سأجرب كل كلمة يعني أنا أعرفها أو لا أعرفها نقول هناك أنواع للمعارف انظر معي من أنواع المعارف الضمائر وسنتحدث بالتفصيل إن شاء الله تعالى عن هذه الأنواع الضمائر أسماء الإشارة الأسماء الموصولة العلم المعرف بأل المعرف بالأضافة طيب انظر معي نبدأ أولا بالضمائر إن شاء الله تعالى عندنا ضمير للمتكلم وعندنا ضمير للمخاطب وعندنا ضمير للغائب أنت أنت إذا تكلمت عن نفسك فماذا تقول تقول أنا طيب إذن أنا تستخدم للمفرد بنوعيه الفتاة كذلك الفتاة لو أنها تتكلم عن نفسها فماذا تقول تقول أنا إذن أنا للمفرد بنوعيه طيب انظر معي الضمير نحن الضمير نحن قال الله تعالى وانتبه جيدا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَعَمْ نَحْنُ نَعَمْ الله عز وجل قال نحن نعم كيف ذلك والله عز وجل هو الواحد الأحد هو واحد سبحانه وتعالى كيف يقول نحن نقول انظر معي نحن تستخدم مع المفرد المعظم نفسه المفرد المعظم نفسه والله هو العظيم سبحانه وتعالى فمثلا وإلا المثل الأعلى يعني إذا رأيت وزيرا مثلا قد أمر ببناء ضخم جدا أو يقول مثلا يعني نحن بنينا مع أنه واحد إلا أنه يعظم نفسه طيب ولله المثل الأعلى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ نَزَّلْنَا نَزَّلْنَا لم يقل نزلت قال نزلنا قال إِنَّا نَحْنُ إِنَّا نَحْنُ نَحْنُ الله عز وجل عظم نفسه وهو المعظم سبحانه وتعالى إذن نحن للمفرد المعظم نفسه كذلك أسألك أولا طيب أنت وصاحبك تريدان أن تتحدثا عن أنفسكما ماذا تقولان تقولان نحن كذلك نحن إذن نحن للمسنة بنوعين لو أن رجلين يريدان أن يتحدثا عن أنفسهما فماذا يقولان يقولان نحن وكذلك مع الفتتين طيب انظر معي مجموعة ذكور يتحدثون عن أنفسهم ماذا يقولون يقولون نحن مجموعة إناس أيضا نحن إذن نحن للجمع بنوعيه هذا الكلام مفهوم يعني كلام يسير جدا إن شاء الله طيب الضمير المخاطب أنت تخاطب رجلا ماذا تقول نعم تقول أنت طيب أنت تخاطب فتاة ماذا تقول صح أنت أنت تخاطب رجلين أنتما طيب انظر معي أنت تخاطب فتاتي ماذا تقول أنتم خطأ تقول أيضا أنتما يعني معنى ذلك أن كلمة أنتما للمسنى المذكر وللمسنى المؤنس نعم أنت ها اسبق المفرد المذكر أنت نعم للمفردة المؤنس أنتما للإسنين للمسنى المذكر وللمسنى المؤنس طيب أنت تحب أو تريد أن تتحدث إلى جماعة زكور ماذا تقول أنتم صح طيب أنت تحدث جماعة إناس ها ماذا تقول ها ليس أنتم إنما تقول أنتنا عرفت الآن طيب لو أن إنسانا كان عندك فانصرف لو أن رجلا كان أمامك وانصرف أنت تريد أن تتحدث عنهما ستقول ها هو صح طيب فتاة ها هي طيب عندك رجلان وانصرفا ماذا نقول نقول هما طيب فتاتان ها نقول أيضا هما انظر أنتما ترها أنتما للمسنى المذكري وللمؤنس وكذلك هما انظر ميم ألف ميم ألف هذه وتلك انظر أنتما وهما أنتما وهما للمسنى بنوعيه الكلام يسير للمسنى بنوعيه هو نسبق للمفرد المذكر هي للمفرد المؤنس هما للمسنى بنوعيه للمسنى المذكري ولمسنى المرس طيب عندك جماعة ذكور وانصرف ماذا تقول عنهم صح هم طيب عندك جماعة إناث وانصرفنا انصرفنا ماذا تقول عنهن تقول هن فهم الكلام طيب إذن الآن نحن عندنا ضمير للمتكلم وعندنا ضمير للمخاطب وعندنا ضمير للغائب كذلك عندنا ضمير متصل وضمير منفصل كيف هذا يعني مثلا أقول كتابي رأيت الياء كتابي هذه الياء قد اتصلك بكتاب هي تعود علي كتابي كتابي هذه ضمير متصل لماذا لأنها اتصلت بالكلمة انظر كل هذه الضمائر أنا ونحن وأنت وأنت وهو كل هذه الضمائر ضمائر منفصلة أما هذا الضمير وهو الياء فضمير ما نوع متصل هذه الضمائر ضمائر منفصلة أما هذا الضمير فضمير متصل طيب أقول كتابك أقول كتابها رأيت الكاف الكاف قد اتصلت بالكلمة فهي ضمير متصل وكذلك لها أقول كتابنا أقول كتابهم أقول كتابهن مثلا كل هذه ضمائر متصلة طيب انظر إلى الضمير المنفصل قال الله تعالى وأولئك هم المفلحون أين الضمير الضمير هو هم اتصل بما قبله لا لم يتصل إذن هو ضمير منفصل إنه هو السميع البصير أين الضمير الضمير هو طيب اتصل بما قبله لا لم يتصل إذن هو منفصل انظر إلى الهاء إنه رأيت الهاء هذه الهاء اتصل بما قبلها نعم إذن هذا الضمير وهو الهاء ضمير متصل إنما أنا أتحدث الآن عن الضمير هو الضمير هو هذا ضمير منفصل قال تعالى قل إنما قل إنما أنا منذر طيب أين الضمير الضمير هو أنا اتصل بما قبله لا لم يتصل لم يتصل إذن هو ضمير منفصل إذن الآن عندنا ضمير تكلم وضمير للمخاطب وضمير للغائب وكذلك عندنا الضمير المتصل والضمير المنفصل انظر معنا كذلك عندنا ضمير بارز وضمير مستتر ضمير بارز وضمير مستتر انظر كل ما تراه الآن أنا نحن أنت أنت هو هي أنت هذا كله ضمير بارز كتابي انظر لليا كل ما تراه كل ما له صورة يعني كل ما كتب ضمير بارز بارز يعني يعني له صورة ظاهر طيب أنا نشيط ضمير بارز هي نشيط كتابي جديد هذا كله يعني من الضمائر البارز انظر معي قال الله تعالى حكاية وهب لنا من لدنك رحمة أسألك الفعل هب ما نوعه فعل أمر طيب أقول إذا كان هذا الفعل يعني موجها إلى الله عز وجل فيعني من الأدب ألا نقول ألا نقول إنه فعل أمر لأننا لا نأمر الله إنما نقول هو فعل دعائي هو فعل دعائي وليس فعل أمر طيب أين الفعل هب أنت يعني أنت يا الله هب يعني أعطنا أو أعطني طيب هب أنت الفعل ضمير مستثر هنا نعم ليس له صورة نعم هب أنت أعطني أنت يا الله الفعل هنا ضمير مستثر مستتر يعني كأنه مختبئ فأنت رأيت السطرة رأيت الساتر يسطر ما وراءه الضمير المستتر ليس له مكتوبا ليس له صورة في الكلام ظاهرة عرفت الضمير المستتر طيب كذلك أقول فأقم وجهك للدين حنيفا أقم أين الفع وجهك خطأ أقم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فأقم أنت وجهك كلمة وجه مفعول به أين الفاعل هنا ضمير مستتر ليس مكتوبا ليس ظاهرا هو مستتر مستتر ليس له صورة في الكلام ليس مرسوما ليس مكتوبا أقم أنت ذاكر ذاكر أنت افهم افهم أنت وهكذا إذن الضمير المستتر ليس له صورة مرسوما أظر فاصبر صبرا جميلة اصبر أين الفاعل ليس صبرا الفاعل لا يكون منصوبا عرفت اصبر من الذي يصبر اصبر أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم إذن الفاعل ضمير مستتر وهذا مهم جدا جدا عند التحدث فاصبر اصبر أنت اكتب أنت اقرأ اقرأ أنت وهكذا إذن الضمير البارز يعني كما ترى له صورة له صورة كل ما أخذنا ضمير بارز أما الضمير المستتر فلا صورة له ليس مكتوبا وهو اسمه مستتر اسمه مستتر ليس مكتوبا هذا عن الضمير انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى أسماء الإشارة أسماء الإشارة ما أسماء الإشارة؟ أنت تريد أن تتحدث عن مفرد المذكر تقول هذا طيب أنت تريد أن تتحدث عن مفردة المؤنسة ماذا تقول؟ نعم تقول هذه أنت تحب أن تتحدث عن المسنة المذكر فماذا تقول؟ تقول هزال طيب تتحدث عن المسنة المؤنسة؟ اسبقني نعم تقول هتان طيب أنت تتحدث عن جماعة ذكور تتحدث عن ثلاثة أو أربعة من الزكور فماذا تقول؟ نعم هؤلاء طيب عن جماعة إناس؟ نعم نفس الكلام هؤلاء إذن هذا للمفرد المذكر هذه للمفردة المؤنسة هذا الكلام مهم جدا عند التحدث هذا للمسن المذكر هتان للمسن المؤنس هؤلاء لجماعة الزكور ولجماعة الإناث الكلام يسير كذلك عندنا للمفرد المذكر البعيد ذلك يعني لو أن فتن يقف بعيدا جدا تقول ذلك ذلك الفتن بعيد طيب إذا كانت فتاة يعني هذه الفتاة تقف بعيدا جدا فماذا تقول تقول تلك انتقل معي إلى الأسماء الموصولة إن شاء الله تعالى ما الأسماء الموصولة أنت تتحدث عن مفرد المذكر ماذا تقول تقول عن مفردة المؤنسة التي نفس الكلام عن مسن مذكر اللذان عن مسن مؤنس نهي اسبقني اللتان نعم اللتان تتحدث عن جماعة ذكور نعم اللذين تتحدث عن جماعة إنس عندنا شيئان أنت تتحدث عن فتيات هل تقول اللذين خطأ ما ستقول عندنا شيئان تقول اللائي أو اللاتي واللائي واللائي يأسنا من المحيط واللائي تقول اللائي أو اللاتي إذا تكلمت عن جمع الناس طيب الآن نحن عرفنا من المعارف عرفنا الضمائر وثانيا عرفنا الآن أسماء الإشارة وثالثا عرفنا الأسماء الموصولة انظر معي عندنا من الأسماء الموصولة كذلك وهذا مهم جدا جدا عندنا من للعاقل من للعاقل للعاقل وما لغير العاقل كيف هذا يعني مثلا أقول رأيت من يطيع ربه انظر معي ترى من هل تستطيع أن تحذفها وتضع مكانها الذي جرب رأيت الذي يطيع ربه يستقيم الكلام يستقي يستقي إذن كلمة من بمعنى الذي إذن هي موصولة طيب هي للعاقل نعم الذي يطيع ربه عاقل الذي يعبد ربه الذي يصلي الذي يصوم عاقل عاقل وإن كانت كل المخلوقات تسبح الله لكن أنا أقصد الذي يصلي مثلا الذي يصوم هذا عاقل رأيت من يطيع ربه طيب انظر معي أقول أحب من تطيع ربها احذف من وضع التي أحب التي تطيع ربها استقام الكلام استقام كلمة من بمعنى التي نعم إذن هي اسم موصول للعاقل أو للعاقلة في هذه الجملة طيب أقول أحب من يطيعون ربهم ماذا يعني ماذا نقول نعم أحب الذين يطيعون ربهم أحسنت إذن من بمعنى الذين نعم إذن هي للعاقل أو للعقلات إذن الآن عندنا من للعاقل وعندنا ما لغير العاقل طيب كيف هذا قال الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون ما هذه ماذا نضع مكانها نضع مكانها الذي انظر قال إني أعلم الذي هذا هو المعنى إني أعلم الذي لا تعلمونه طيب استقام الكلام استقام إذن ما بمعنى الذي طيب من بمعنى الذي أيضا أقول لكن من للعاقل من للعاقل وما لغير العاقل انتبهت إلى هذا طيب قال الله تعالى كل من طيبات ما رزقناكم انظر المعنى كل من طيبات الذي رزقناكم الذي رزقناكم ما لغير العاقل لأن لأن الذي يؤكل غير عاقل طيب انظر معي وانتبه وأجبني الله عز وجل يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما طيب الله عز وجل لم يقل يسبح لله من انظر معي وانتبه واحفظ إذا اختلط العاقل بغير العاقل الذي يسبح الله عاقل وغير عاقل النخلة تسبح الله والإنسان يسبح الله الأرض تسبح الله طيب العاقل وغير العاقل يسبح الله نعم إذا اختلط العاقل بغير العاقل يمكن أن نستخدم ما يسبح لله ما في السماوات ما ما في السماوات وما في الأرض طيب انتقل معي بعد ذلك إلى العلم وهذا مهم جدا ما مثال ذلك أقول أحمد مصر السودان ليبيا وهكذا هذه أعلام وأنت طبعا كلام يسير جدا أطلق كلمة أحمد على إنسان أطلق مصر والسودان على دولتين أشياء تتعرف بها أشياء كلمات أسماء كلمات أعلام تطلق على أشياء تطلق على مسلميات معينة أو على مخلوقات طيب هذا هو العلم انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله إلى شيء مهم جدا ألا وهو المعرف بأل انظر معي لو قلت الفتى المدرسة المسجد فما أنواع هذه الكلمات هل هي معرف نعم كيف عرفت لأنها عرفت بأل عرفت بأل نعم عرفت بأل نعم هذا الكلام مهم جدا ستعرف أهميته بعد ذلك إن شاء الله لكن نعرف الآن نحن أخذنا الضمائر أسماء الإشارة الأسماء الموصولة ورابعا العلم وأخذنا أيضا الآن المعرف بأل المهم جدا هو ما سيأتي إن شاء الله وتعالى ألا وهو المعرف بالإضافة هذا مهم جدا المعرف بالإضافة قال الله عز وجل أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ما إعرب الجنة انظر معي إلى هذا جيدا جيدا هذا مهم جدا أصحاب فيها أل لا الجنة فيها نعم أنا أضفت أصحاب إلى الجنة نعم إذن كلمة الجنة انظر مضاف إليه تعيد هذه الكلمة كلمة أصحاب فيها أل لا كلمة الجنة فيها نعم إذن الجنة مضاف إليه فقد أضفت الأصحاب إلى الجنة انتبه معي هذه الكلمة وهي كلمة الجنة معرفة بأل معرفة بأل وهي مضاف إليه إذن هذه الكلمة قبلها وهي أصحاب نقول إنها معرفة بالإضافة أقول إنها معرفة بالإضافة تعيد كيف أعرف المعرفة بالإضافة تجد كلمة بعدها مضاف إليه معرفة بعدها مضاف إليه معرفة نعم إذن هذه الكلمة أصحاب هذه معرفة بالإضافة فهم الكلام أسأل سؤالا ما إعرب إليك نقول مبتدى لماذا؟ هي اسم وفي أول الكلام وأخبرنا عنه بما بعده السؤال لماذا وضعنا على الكاف فتحة هي مبتدأ لماذا لم نقل أولئك من يجيبني نعم هي كلمة مبنية ونحن قلنا منذ قليل في شرحنا للمبنيات المبني يلزم آخره ضبطا واحدا انتبه يلزم أو نضع في آخره أو على آخره ضبطا ثابتا ثابتا لا يتغيب إذا كانت كلمة أولئك فاعلا أو خبرا أو مفعولا أو أو فلابد من هذه الفتحة ضبط ثابت تشكيل ثابت فهم الكلام طيب الله عز وجل يقول حكاية الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم انظر الله ربنا رأيت كلمة رب ماذا بعدها نا كلمة رب اسم نعم فيها ضمير نعم انظر معي هذا الضمير مضاف إليه الله ربنا سبحانه وتعالى كلمة رب اسم واتصل بالضمير طيب إذا هذا الضمير مضاف إليه إذا كلمة رب معرف بالإضافة عيد رب جاء بعدها مضاف إليه معرفة إذا كلمة رب معرف بالإضافة ما فائدة هذا الكلام ستعرف بعد ذلك في دروس أخرى إن شاء الله عز وجل انظر وربكم دعك الآن من الواو انظر إلى الرب فيها كف فيها كوم نعم فيها ضمير رب اسم واتصل به ضمير ما إعربوا الضمير ما إسبق نعم مضاف إليه أي ضمير إن اتصل باسم فهو مضاف إليه طيب لنا أعمالنا انظر إلى أعمال اتصلت بنا نعم نضمير وقبلها اسمه نعم ن مضاف إليه إذا أعمال معرف بالإضافة أي كلمة انظر إلى أعمال بعدها مضاف إليه معرفة انظر إلى نا إذن هذه الكلمة وهي أعمال معرف بالإضافة طيب ولكم أعمالكم نفس الكلام أعمال اسم نعم فيها ضمير نعم هذا الضمير مضاف إليه أين المعرف بالإضافة الكلمة الأولى أعمال إذن الخلاص كيف أعرف المعرفة بالإضافة كلمة وبعدها مضاف إليه معرفة اسم بعده مضاف إليه معرفة هذا الاسم الأول معرف بالإضافة انظر ربنا كلمة أو اسم وبعده ضمير إذن الاسم الأول هذا رب معرف بالإضافة فهم الكلام؟ طيب انظر معي أقول هذا كتابي قد اشتريته أمس نفس الكلام كتاب ما نوعه؟ معرف بالإضافة كيف عرفت؟ لأنه اتصل بضمير اتصل أو جاء بعده مضاف إليه معرف الضمير اتصل باسم النعم الضمير مضاف إليه إذن كتاب معرف بالإضافة طيب أسأل سؤالا هل كلمة اترى اشتريتها؟ طيب هذه الكلمة هل هي معرفة بالإضافة؟ يعني الآن هي فيها ضمير لكن هل هي معرفة بالإضافة؟ أنا أقول لا ليست معرفة بالإضافة لماذا؟ اتصل بها ضمير أقول نعم انظر لكن هذه الكلمة ليست اسما انتبهت المعرف بالإضافة لابد أن يكون اسما انتبه إلى هذا أما كلمة اشترى فما نوعها؟ هي فعل فعل عرفت الآن يعني هذه المعارف هذا الكلام مهم جدا سيدرك إن شاء الله عز وجل بعد ذلك في حينه بفضل الله عز وجل أقول بعد ذلك ويعرب بالحركات أربعة أشياء أقول الاسم المفرد كزيد وعمر وما أجبه جمع التكسير كالطلاب هذا كله يعرب بالحركات الحركة بالضمة فتحة كسرة وهكذا كذلك جمع المؤنث السالم المسلمات مثلا كذلك الفعل المضارع الصحيح الآخر يأكل يشرب يقرأ وهكذا هذا كله يعني سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله عز وجل كذلك وهو درس مهم جدا الممنوع من الصرف أقول ويعرب بالحروف أربعة أنواع هذه يعني وين فقط يعني نحن سنفصل إن شاء الله المسنة جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة الأفعال الخمسة وطبعا هناك فرق بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة هذا الكلام يعني إن شاء الله عز وجل سيفصل طيب انظر معي انظر وهذا الكلام مهم جدا الاسم المفرد أقول مثلا هذا ولد رأيت ولدا مررت بولد انتبه إلى أن كلمة ولد في اللغة تطلق على الزكري والأنثى كلمة ولد تطلق على الزكري والأنثى رأيت التنوين هذا ولد هذا مبتدأ إلى ماذا يحتاج المبتدأ إلى خبر هذا ولد هذا مبتدأ وكلمة ولد خبر خبر نعم اعلم أن الخبر يكون مرفوعا دائما الخبر يكون مرفوعا إلا إذا كان مع كان إذا كان خبر كان يكون منصوبا إذا كان خبر كان وأخواتها إنما الأصل فيه إذا كان خبرا للمفرد أن يكون مرفوعا طيب الخبر يكون مرفوعا ولد عليها ضمّة ولد عليها تنوين بالضم إذا الاسم المفرد ماذا نقول في علامة رفعه الضم أنا قلت يعرب بالحركات أربعة أشياء منها الاسم المفرد إذا احفظ معي الاسم المفرد علامة رفعه الضمّة علامة رفعه الضمّة طيب رأيت ولدا أين الفاعل ليس ولدا هذا منصوب الفاعل لا يكون منصوبا أبدا رأيت فعل وفاعل رأى فعل فعل الماض وهذه التاء تعودها علي أنا الذي رأى إذا رأيت رأى فعل الماض المبني على السكون التاء تاء الفاعل أحتاج بعد ذلك إلى المفعول به من اللذي رؤيا ولد ولد هو الذي رؤيا إذن كلمة ولدا مفعول به منصوب بالفتحة احفظ معي الآن الاسم المفرد يرفع بالضم ينصب بالفتح يجر بماذا البق حرف جر يجر بماذا بالكسرة احفظ الآن الاسم المفرد يرفع بالضم ينصب بالفتحة يجر بالكسرة انتقل إلى المسنم أقول مثلا هذاني ولدان رأيت ولديني مررت بولدين رأيت الألف هذاني مبتدأ المبتدأ يحتاج إلى خبر إذن ولداني خبر طيب يا ترى ما علامة رفعه أقول الألف احفظ الآن هذا مهم جدا هذاني مبتدأ ولداني خبر مرفوع بماذا بالألف علامة رفعه الألف وانتبه إلى شيء مهم من جد نون المسنة دائما مكسورة أقول هذاني ولداني ولداني ني طيب كيف تكون النون مكسورة وكلمة ولدان تعرب خبرا أقول نون المسنة احفظ معي الآن نون المسنة دائما مكسور تعيد نون المسنة دائما مكسور طيب إذن علامة رفع المسنة الألف علامة نصبه الياء رأيت فعل وفاح ولداني مفعول مفعول به منصوب بماذا بالياء علامة نصبه الياء طيب مررت بولداني الباء حرف جر ولداني اسم مجرور بالباء ما علامة جر الياء الياء يعني معنى ذلك أن الياء علامة نصب وعلامة جر في المسنة نعم ينصب المسنة ويجر انظر ينصب ينصب ويجر بماذا بالياء إذن ذكرني الاسم المفرد ما علامة رفعه الضمة ما علامة نصبه الفتحة ما علامة جر الكسر المسنة هذا لابد أن يحفظ لن يستقيم لك النطق إلا إن يعني حفظت هذه الأشياء إن شاء الله وتعلم المسنة يرفعه بماذا بالألف ينصب ويجر بماذا بالياء طيب انتقل إلى جمع المذكر السلم أقول هؤلاء مسلمون رأيت مسلمين مررت بمسلمين انتبه إلى أن نون جمع المذكر السلم لا بد أن تكون مفتوح هؤلاء 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 مبنية ضبطها ثابت وهي مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر طيب هذا الخبر جمع المذكر السلم نعم طبعا جمع المذكر السلم انتبه ينتهي بالواوي والنون أو الياء والنون المسنة ينتهي بألف ونون أو بياء ونون احفظ هذا مسنة يعني ما يدل على اثنين ولدان ولد وولد ولدين أو بنتان بنت وبنت ينتهي بألف ونون أو ياء ونون هذا مسنة إنما مثلا الاسم مفرد الاسم مفرد مفرد ولد فتاة مدرسة مسجد مفرد كلمة مفرد إذن المسنة ينتهي بماذا بألف ونون أو بياء ونون جمع المذكر السلم ينتهي بماذا بواو ونون أو بياء ونون وقد تحزف قد تحزف نون المسنة ونون جمع المذكر السلم ويعني قد نتعرض لذلك بعد ذلك إن شاء الله عز وجل هؤلاء مسلمون هؤلاء مبتدأ نعم ما إعرابوا مسلمون أقول المبتدأ ويحتاجوا إلى خبر مسلمون أنا أخبرت عن هؤلاء بأنهم مسلمون إذن مسلمون خبر مرفوع بأي شيء أقول مرفوع بالواو المسنة المسنة مرفوع بالألف الاسم المفرد مرفوع بالضمة الاسم المفرد بالضمة المسنة بالألف جمع المذكر بالواو قارن هكذا طيب رأيت مسلمي هذه مفعول به منصوب بالياء منصوب بالياء نعم رأيت فعل وفعل التأو هذه تأو الفعل ماذا رأيت رأيت مسلمي مسلمين مفعول به منصوب بالياء مررت بمسلمي الباء حرف جر مسلمين اسم مجرون بالباء وعلامة جره الياء الياء انظر معي انظر جيدا ولاحظ ماذا لاحظت لاحظت أن الياء علامة نصب وجر في المسنة وجمع المذكر انظر انظر الياء رأيتها الياء علامة نصب في المسنة وعلامة جر وهي علامة نصب في جمع المذكر وعلامة جر رأيت هذه المعلومة هذا يكرر كثيرا حتى تتقنه ان شاء الله وتعالى انتقل إلى جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم لابد أن ينتهي بألف وتاء مسلمات فاهمات قانتات طائعات صائمات وهكذا أقول هؤلاء مسلمات هؤلاء هؤلاء نعم هي كلمة مبنية ضبط آخرها ثابت هي مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر ما يخبر عنه أنا أخبرت عن هؤلاء بأنهن مسلمات إذن مسلمات خبر مرفوع وعلامة رفعه ماذا الضم انظر فوق الاسم المفرد مرفوع بالضم وتحته جمع المؤنث السالم مرفوع بالضم رأيت الآن وقارنت قارن هكذا الاسم المفرد يرفع بالضم جمع المؤنث السالم كذلك يرفع بالضم رأيت مسلمات نعم مسلمات نعم رأيت فعل وفاعل اتفقنا أنها تحتاج إلى مفعول به طيب المفعول به يكون بالكسرة ما هذا أقول جامع المؤنث السالم هو الوحيد في اللغة العربية الذي ينصب بالكسرة أعيد جامع المؤنث السالم ينتهي بأي شيء بألف وتاء كما قلت هو الوحيد في اللغة العربية الذي ينصب بالكسرة طيب يعني هذه الكلمة مسلمات منصبة نعم هي مفعول به رأيت فعل وفاعل التأو تأو الفاعل أنا الذي رأى رأيت مسلمات مسلمات مفعول به منصوب بالكسرة طيب مررت بمسلمات البق حرف جر والجر هنا بماذا أمر يسير بالكسرة انظر معي الكسرة علامة نصب وجر في جامع المؤنث السالم نعم هي علامة نصب وجر جامع المؤنث السالم هذا الكلام لابد أن يحفظ انتقل إلى جامع التكسير إن شاء الله وتعالى ما معنى هذا انظر معي هؤلاء أطفال انظر هذا ولد مفرد مسنى ينتهي بألف ونون أو الياء والنون جامع المذاكر السالم بالواي والنون أو الياء والنون جامع المؤنث ينتهي بالألف والتان انظر جامع التكسير لا ينتهي بوون ونون ولا بألف وتان جامع وتكسير هو جامع انظر هذا جامع مذكر السالم جامع وهذا جامع لكن هناك فرق جامع المذكر السالم ينتهي بوون ونون أو ياء ونون جامع المؤنث السالم ينتهي بألف وتان انظر جامع التكسير لا ينتهي بوون ونون ولا بألف وتان جامع تكسير هؤلاء أطفال جامع طفل جمع طفل طيب هؤلاء النساء جمع امرأة من غير لفظها من غير اللفظ امرأة مثلا هذه مساجد جمع مسجد وهكذا جمع التكسير جمع التكسير كالاسم المفرد كالاسم المفرد فيرفع بالضمة انظر ينصب بالفتحة انظر بالفتحة انظر الى الاسم المفرد الفتحة علامة نصر انظر الى الجمع التكسير الفتحة علامة نصر يجر بالكسرة نعم انظر ضم فتحة كسرة ضم فتحة كسرة هذا الكلام لابد ان تكرره مرارا وتكرارا لابد ان يتكرر لابد ان يتكرر حتى يستقيم لك النطق ان شاء الله تعالى طيب اقول بعد ذلك من الالفاظ الملحقة بجمع المذكر السلم اعيد شيئا واذكرك انا قلت جمع المذكر السلم رأيته ينتهي بماذا بوو ونو او ياء ونو طيب مسلمون لها مفرد ما مفردها مسلم حفظت الان انا سأنتقل الى الملحق بجمع المذكر انظر الى الشكل مسلمون مسلمين انتهى بوو ونو او ياء ونو لكن له مفرد له مفرد فمسلمون مفردها مسلم انظر معي اقول هناك الفاظ تلحق جمع المذكر هي ليست من جمع المذكر هم الحقوها بجمع المذكر السلم من هذه الكلمات أولو أهلون عالمون سنون بنون الفاظ العقودي من 20 الى 9 طيب احفظ هذا هذا ألحق بجمع المذكر ليس جمع مذكر سالما انما ألحقوه بجمع المذكر السلم اقول مثلا الحمد لله رب العالمين ان الملحق بجمع المذكر السلم العالمين من يعربه وأنا أخذت إعرابا مثل هذا الإعراب أحسنت مضاف إليه كيف عرفت انظر إلى رب هل فيها أل لا العالمين فيها نعم العالمين مضاف إليه المضاف إليه مجرور لكن هنا هو مجرور بأي شيء بالكسرة خطأ خطأ أذكرك جمع المذكر السلم علامة نصبه وجره الياء علامة نصبه وجره نحن أخذنا ذلك منذ قليل قلنا يرفع بماذا من يذكر بالواو ينصب وجره بماذا بالياء إذن العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء طيب أقول إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب نعم أولو يعني أصحاب أولو بمعنى أصحاب انظر إلى يتذكر هذا فعل المضارع من يذكرني بهذا الفعل المضارع كيف نعرف أنه مضارع من يتذكر علامة المضارع أحسن يقبل الألباب من الذي فعل الفعل من يتذكر أولو إذن أولو فاعل فاعل مرفوع بماذا بالواو بالواو هذه الألفاظ التي تراها الآن أولو أهل عالم هي تحفظ هذه ترفع بالواو وتنصب وتجره بماذا بالياء كجمع المذكر السالم تماما ترفع بالواو وتنصب وتجره بالياء وأنت ترى طبعا أنها يعني تأتي في الكلام كثيرا أقول المال والبنونة زينة الحياة الدنيا المال والبنونة انظر المال والبنونة تعالوا نعرب المال ما إعربها مبتدأ كيف عرفت أولا هي وقع في أول الكلام أخبرنا عنه بما بعده إذن هي مبتدأ ولذلك وضع عليها ضم المال المبتدأ مرفوع الواو حرف عطف إعلام هذا وأنا عطفت البنون على المال عطفت هذه الكلمة البنون على المال طيب يعني نحن سنتناول العطف بعد ذلك لكن الآن سريعا المال مبتدأ وهذه الواو حرف عطف أنا أعطف شيئا على شيء انظر المال مبتدأ الواو حرف عطف البنون لا معطف على المال طيب مرفوع منصوب مجرور كيف أعرف انظر إلى المال كلمة مرفوعة نعم إذن البنون مرفوعة 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 بأي شيء مرفوعة بالواو تعامل معاملات جمع المذكر السالم إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواو إذن البنون هي ملحقة ترفع أيضا بالواو يسأل سائل البنون معطوف مرفوع بالواو لماذا وضعت الفتحة؟ أقول سؤال جميل جدا وانتبه وأنا قلت مثله قول ذلك جمع المذكر السالم ينتهي بأي شيء بالواو والنون أولياء والنون ينتهي بالنون انظر معي نون جمع المذكر السالم نون جمع المذكر السالم ونون الملحق بجمع المذكر السالم دائما مفتوحة أعيد هذه النون لابد أن تكون مفتوحة دائما البنونة سواء يعني كانت هذه الكلمة فاعلا كانت مبتدأا كانت اسم كانة لابد أن تكون النونو مفتوحة طيب من يأتيني بالخبر أنا قلت المال مبتدأ الواو حرف عطر البنون معطوف مرفوع بالواو من يأتيني بخبر المال بخبر المبتدأ زينة نعم يعني أنا حتى أقرب الكلام إن شاء الله تعالى أين الكلمة التي تخبر عن المبتدأ زينة عرفنا أن المال والبنون زينة 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 الحياة الدنيا المال مبتدأ والبنون معطوف مرفوع بالواو ونون الملحق بجمع المذكر السالم دائما مفتوحة زينة زينة تو زينة خبر مرفوع وعلامة رفعي الضب انظر معي أقول رأيت عشرين طفلا رأيت فعل وفاعل كلمة عشرين مفعول به لكن من يسبقني منصب بأي شيء النصب في جمع المذكر السالم يكون بماذا يكون بالياء وكذلك في الملحق بجمع المذكر السالم كلمة عشرون أو عشرين أو ثلاثون أو سلاثين أو أربعون أو أربعين كل هذا ملحق بجمع المذكر السالم أنت تعامل معاملة جمع المذكر السالم الفضل ملحق فإذا كلمة عشرين مفعول به منصوب بماذا؟ بلياء لماذا؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم أين الفعل؟ نعم هو التاء قلنا ذلك مرارا وتكرارا لا وتكرارا بفتح التاء مرارا وتكرارا رأيت التاء تاء الفاعل التاء تاء الفعل الفعل المضارع قد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما وقد يكون مرفوعا كيف أعرف؟ انظرنا أقول أولا متى ينصب المضارع أقول إذا سبق هذا الفعل بأداة من أدوات النصب إذن نحن الآن سنذكر إن شاء الله تعالى أدوات النصب طيب أقول ومنها من هذه الأدوات التي تنصب تنصب ماذا؟ تنصب الفعل المضارع لابد أن تحفظ هذه الأدوات أن انظر الهمزة أعلى الألف أن وليس إن الهمزة أعلى الألف والنن ساكنة فلم أقول أن 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 لن احفظ الآن أن لن كي بعد ذلك أقول عندنا لم التعليل وحتى ثم أضيف أقول فاء السببية ولم الجحود أقول عندنا من أدوات النصب فاء السببية ولم الجحود يريد الله أن يخفف عنكم أين أدوات النصب؟ أن أن نحن حفظناها أن طيب بعدها فعل المضارع؟ نعم ماذا أفعل في هذا الفعل؟ ضع عليه فتحة هذا يعني بداية أقوله هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي الفتح منصوب؟ نعم لماذا؟ لأنه سبق بأداة نصب أنظر إلى هذا الفعل يريد هل هو منصوب؟ لا ليس منصوبة لماذا؟ لم يسبق بأداة نصب أنظر إلى الفرق هذا سبق أن يخففا أنظر إلى الفتح لماذا وضعنا الفتحة؟ لأن هذا الفعل منصوب لماذا نصب؟ لأنه سبق بأداة نصب مثال آخر قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم أين أدات النصب عندنا أداتين عندنا الأدات لن وبعدها فعل المضارع وعندنا الأدات حتى وبعدها أيضا فعل المضارع طيب انظر معي ولن ترضى نعم لن أدات نصب ماذا أفعل في المضارع بعدها ننصبه يعني نضع على الضد فتحة لا نضع على آخره فتحة ما آخره الألف وليس الياء أنا ما قلت ترضي ترضى هي ألف لكنها كتبت وانظر معي أن لا أستطيع أن أضع الفتحة على الألف هل أقول ولن ترضى لا الفتحة هنا مقدرة بمعنى أنني لا أستطيع أن أنطقها على الألف فهي مقدرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصر حتى حتى من أدوات النصب حتى نحن حفظناها الآن بعدها فعل مضارع نعم هذا الفعل المضارع ماذا أفعل فيه ضع عليه فتحة يعني قل هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا نصب لأنه سبق بحرف نصب طيب مثال آخر قال الله تعالى حكاية قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا انظر معي أين أدوات النصب وهذا يحتاج إلى تفكير ها إن خطأ انظر معي الهمزة هذه تحت الألف انظر أن بوضع الهمزة فوق الألف انظر إلى الفرق هذه فوق الألف هذه تحت الألف فرق طيب هل هذه أدوات النصب لا أدوات النصب بفتح الهمزة أن إنما هذه إن انتبه فليست هذه أدوات النصب طيب أين أدوات النصب لا يوجد لا يوجد انظر معي انظر إلى اللا رأيتها إن كتب عليكم القتال اللا أصلها أن لا أعد ألا أصلها أن لا طيب إذن تقاتلوا فعل مضارع لكنه منصوب يعني بحزف النون ونعرف ذلك عندما نأتي إلى الأفعال الخمسة إن شاء الله تعالى الخلاصة اللا هذه تنقسم إلى أن وماذا ولا أن تنصب تقاتل إذن هو مضارع منصوب عرفت الآن أدوات النصب عندنا أن ولن وكي هذه يحفظها معا الآن وعندنا لم التعليل و حتى خذ هذين معا وعندنا فأ السببية و لام الجحود الآن نحن عرفنا بعض أدوات النصب وهي أن ولن وكي لكن كيف نعرف لام التعليل انظر معا انظر يصح أن نضع مكانها كي أو حتى كيف هذا أقول افعل الخيرات لترضي الله رب السماوات افعل الخيرات افعل هذا فعل أمر افعل أنت الفعل ضمير مستتر ركز معي حتى تتقوى في الإعرابي إن شاء الله افعل أنت افعل أنت الفعل هنا ضمير مستتر هو لا يكتب مستتر يعني كأنه مختبئ ليس له صورة في الكلام لا يكتب افعل أصلها فعل أنت الفعل هنا ضمير المستتر لا يذكر محذف وجوبا افعل الخيرات طيب أنت تفعل نعم الفعل ضمير المستتر تفعل أي شيء الخيرات الخيرات مفعول به من يسبق لمنصوب بماذا نعم بالكسرة نحن قلنا إن جمع المؤنث السالم بما ينصب ينصب ويجر بالكسرة أقول افعل الخيرات بالكسر طيب انظر إلى هذه اللام لترضي ضع ما كانها حتى أقول افعل الخيرات حتى ترضي الله رب السماوات استقام الكلام استقام هذه اللام بمعنى حتى نعم وكذلك بمعنى كي افعل الخيرات كي ترضي الله رب السماوات هذه اللام بمعنى حتى أو كي نعم أقول هي لام التعليل طيب يعني ماذا أفعل هل جاء بعدها فعل مضارع نعم هذا الفعل المضارع ضع عليه فتحة هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا نصب لأنه سبق بلام التعليل أين فعل ترضي أقول فعل الخيرات لترضي الله لترضي أنت الفعل هنا ضمير مستاتر أنت الذي ترضي ترضي أنت ترضي من الله اسم جلالة الله مفعول به الفعل هو الذي يفعل الفعل ترضي أنت ترضي من الله اسم جلالة الله مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب أقول كذلك أخلص في العمل ليقبل انظر إلى هذه اللام وضع مكانها حتى أخلص في العمل حتى يقبل نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين المخلصين انظر أخلص فعل أمر أين الفعل أخلص أنت نعم الفعل ضمير مستاتر نجوبا لابد أن لا يكتب لابد أن يستتر أن لا يذكر ضع حتى حتى يقبل كي يقبل إذن هذه اللام التعليل ماذا أفعل أقول جاء بعدها فعل المضارع نعم ضع عليه فتحة هذه اللام التعليل تنصب المضارع بعدها يعني هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب كيف نعرف فاء السببية كيف نعرف فاء السببية هذا كلام مهم جدا 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 انظر معك أقول إن فاء السببية تأتي بعد شيئين بعد نفي أو طلب كيف هذا ما أخطأت فأخاف ما أخطأت فأخاف ما نوع ما أقول هي نافية نفت أنا ما أخطأت نفيت الخطأ ما أخطأت هذه الفاء انظر أقول ما بعدها مسبب عما قبلها يعني أنا لماذا أخاف الخوف إذا أخطأت أخاف إذا أخطأت فما بعدها مسبب عما قبلها طيب هذه الفاء سبقت بنفي نعم إذن هي فاء السببية ماذا أفعل ضع على المضارع بعدها فتحة يعني هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي الخلاصة هذه الفاء سبقت بنفي نعم أقول هي فاء السببية فاء السببية ما بعدها مسبب عما قبلها ماذا أفعل المضارع بعدها منصوب كذلك فاء السببية تأتي بعد طلب الطلب إما أن يكون أمرا أو ناهيا أو استفهاما أو تمنيا أو ترجيا أقول تمسك بالصدق فتنجوا تمسك ما نوع هذا الفعل؟ هو فعل أمر تمسك أنا أمرك تمسك طيب أين الفعل؟ نعم تمسك أنت الفعل هنا ضمير مستثر تمسك أنت مستثر وجوبا يعني لا يذكر تمسك أنت هذا أصلها الفعل ضمير مستثر تمسك بالصدق هذا أمر؟ نعم الفاء سبقت بأمر؟ نعم والأمر طلب كل هذا الذي طره الآن طلب الأمر والناهي والاستفهام والتمني والترج هذا كله من الطلب طيب تمسك طلب؟ نعم أمر؟ نعم هذه الفاء سبقت بأمر؟ نعم هي فاء السببين ماذا أفعل في المضارع بعدها؟ أقول هو مضارع منصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة أين الفاعل؟ نعم ضمير المستثق انتبه الفاعل لا يذكر إلا بعد الفعل لا يذكر الفاعل أبدا قبل الفعل طيب لا تعصي الله فتندمة لا تعصي انظر معي لا هذه ناهية أنا أنهاك عن عصيان الله لا تعصي الله لا تقتل الناس مثلا أنها عن شيء لا تعصي الله لا ناهيه هذه الفاء سبقت بنهيه؟ نعم إذن هي فاء السببية تنصب المضارع بعدها فضع عليه فتحة فتندمة طيب انظر معي قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة أين الاستفهام؟ من؟ استفهامية طيب هذه الفاء طرها؟ هذه الفاء سبقت باستفهام؟ نعم سبقت باستفهام؟ نعم إذن هي فاء السببية ماذا أفعل؟ بعدها مضارع منصوب طيب الهاء عليها ضمة كيف نصل؟ نقول أين آخر الفعل؟ ها؟ الفاء وليس الهاء فيضاعفا فاء الفعل أصلا يضاعف نهايته الفاء انتبه ولذلك نحن وضعنا الفتحة على الفاء فيضاعفه عي فاء انظر إلى الفتحة على الفاء آخر الفعل هو الفاء وليس الهاء إذن هذه الفاء فاء السببية لماذا؟ لأنها سبقت باستفهام فالمضارع بعدها مضارع منصوب وعلى ما تنص به الفتحة ما هذه الهاء؟ هي مفعول به طيب يسأل سائل كيف تكون مفعولا به وعليها ضمه؟ نقول سؤال جميل جدا وانتبه قلنا الأسماء المبنية منها الضماء ومنها الأسماء الموصول ما عدا ها من يذكرني ما عدا اللذين واللتين طيب هذه الهاء مبنية مبنية ولحن عرفنا أن المبنية يلزم آخره حالة واحدة ضبطا واحدا ضبطا واحدا إذن هذه الهاء مبنية فلذلك وضعنا عليها الهاء أما هي في الإعراب فمفعول به طيب انظر معي أقول ليتنا وليتنا حرف تمني ليتنا نتسامح فنرتقي طيب هذه الفاء سبقت بالتمني نعم والتمني من الطلب كل هذا الذي تراه طلب كل هذا طلب التمني من الطلب الفاء سبقت بالتمني نعم سبقت بطلب نعم إذن هي فاء السببي كل هذه الحالات لفاء السببي ذكرني الفاء تسبق فاء السببي إما بالأمر أو بالنهي أو بالاستفهام أو بالتمني طيب ماذا أفعل المضارع بعدها منصوب ضع عليه فتحة ليتنا نتسامح فنرتقي طيب أقول لعل الله ولعل من أخواتي إن لعل الله يغفر لنا فنفرح نسأل الله عز وجل ذلك لعل من أخواتي إن اسم الجلالة الله اسم لعل وسنعرف ذلك في وقته إن شاء الله تعالى طيب الخلاصة انظر إلى الفاء سبقت بالترج إذا سبقت بالترج فهي فاء السببي فاء السببي فماذا أفعل أنصب المضارع بعدها فضع عليه فتحة فنفرح أين الفاعل لا تقول لنا لا تقول يغفر يغفر فعل لا الفاعل يأتي بعد الفعل هنا طيب يعني هنا لا كلا أقول فنفرح نحن الفاعل ضمير مستثر فهمت الكلام لعل من أخوات ها ذكرني إن ما يعرب اسم الجلالة يعرب اسم لعل منصوبا وعلامة نصبه الفتحة ما هذه الفاء هي فاء السببية كيف عرف سبقت بالترج ماذا أفعل في المضارع بعدها ينصب إذن الخلاص كيف نعرف فاء السببية نقول تأتي بعد شيئين تأتي بعد النفي وبعد الطلب والطلب هذا متعدد يعني قد يكون أمرا قد يكون نهيا قد يكون استفهاما قد يكون تمنيا قد يكون ترجيا وهكذا هذه فاء السببية انتقل معي إلى لام الجحود إن شاء الله تعالى أقول كيف نعرف لام الجحود وهي الأدات الأخيرة عندنا في أدوات النصب طبعا أدوات النصب أكثر من ذلك لكن نحن إن شاء الله عز وجل نقتصر على هذا أن وانظر إلى الهمزة أعلى الألف والنون ساكنة أن لان كي احفظ هذه معنى لام التعليل حتى من يذكرني بلام التعليل ها تكون بمعنى من يذكرون كي أو حتى أحسن لام التعليل حتى فاء السببية وعرفناها تأتي بعد ها نعم نفي أو طلب تأتي بعد نفي أو طلب الآن نحن مع لام الجحود إن شاء الله كيف نعرف لام الجحود أقول تأتي لام الجحود بعد كون منفي أقول وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم هذه اللام مكسورة نعم حرف جر لا حرف الجر يدخل على الأسماء طيب يضيع ليست اسماء انظر معي هذه اللام سبقت بكان المنفية فقلنا تسبق بكون منفي أعد هذه اللام قبلها كان المنفية نعم لأن ما حرف نفي وما كان أنا أنفي وما كان الله ليضيع إيمانكم هذه اللام لام الجحود كيف عرفت لأنها سبقت بكون منفي طيب ماذا أفعل هي لام من أحرف النظر فماذا أفعل أضع فتحة على المضارع بعدها هذا غالبا وإلا فهناك أيضا حسف النون لكني باختصار الآن أقول يضيع فعل مضارع منصوب بماذا بالفتحة لماذا لأنه سبق بلام التعليل ما كان المجتهد ليقصر اعلم أن كان لا هسم ولها خبر وسنتعرض لذلك بعد ذلك إن شاء الله ما كان ما نافية ما كان أنفي ما كان المجتهد اسمه كان ليقصر هذه اللام سبقت بكون منفي إذن ما نوعها نعم هي لام الجحود ماذا أفعل أنصب المضارع بعدها أين الفاعل أين فاعل يقصر المجتهد خطأ أنا قلت مرارا وتكرارا الفاعل يأتي بعد الفعل بعد يعني يأتي هنا ليقصر هو الفاعل ضمير مستثر هذه هي أدوات النصب ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى المضارع المجزوم متى يجزم المضارع متى يجزم المضارع أقول إذا سبق بأداة من أدوات الجزم إذا رأيت قبله أداة جزم فهو مضارع مجزوم كذلك إذا كان جوابا لطلب وطبعا نحن سنعرف كل حالة بالتفصيل إن شاء الله إذا سبق بأداة من أدوات الجزم نعم إذن نحن الآن لابد أن نعرف إن شاء الله أدوات الجزم أقول وأدوات الجزم منها ما يجزم فعلا واحدا واحدا فقط ومنها ما يجزم فعلي أقول أولا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا واحفظها معي الآن أخذ منها لم ولام الأمر ولا أنا هي حفظت لم ولم الأمر ولا أنا هي أعطني مثالا قال الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا هل ترى الآن في هذه الآية أداة جزم ترى نعم لم لم نحن حفظناها الآن لم بعدها مضارع نعم أقول هو مضارع مجزوم لأنه سبق بأداة جزم مجزوم بأي شيء أقول مجزوم وعلامة جزمه السكون يعني أنا الآن إذا كان عندي فعل مضارع فعل مضارع وقد سبق بأداة جزم أضع عليه سكونا نعم هذا بداية إذا كان الفعل المضارع قد سبق بأداة جزم فماذا تفعل ضع عليه سكونا طيب انظر معي أقول لتقل صدقا ولا تجزم لتقل نعم أنا أمرك لتقل صدقا لتفعل الخير لتكتب الواجب لتفعل كذا هذه لم الأمر أنا أمرك إذا هذه لم الأمر ونحن حفظناها لم الأمر من الأدوات التي تجزم فعلا واحدا إذا هذه لم الأمر بعدها فعل مضارع نعم وهو تقل والأصل تقول الأصل تقول ترى هذه الواو نعم هذه الواو نسميها حرف علة أعيد هذه الواو هذه الواو الآن التي تراها حرف علة طيب إذا وجدت حرف العلة عند الجزم فحزفه أعيد هذه اللام الأمر بعدها مضارع نعم وهو تقل والأصل تقول فيه حرف علة إذن أنت لابد أن تحزف حرف العلة هذا انظر معنا أحرف العلة هي الألف والواو والياء حفظت الألف والواو والياء لابد أن تحفظ إذا رأيت هذه الأحرف وكان المضارع مجزوما فلابد أن تحزف هذه الأحرف لابد أن تحزف الخلاصة اللام الأمر وهذا المضارع مضارع مجزوم طيب لا هذه ما نوعها هي لا انظر الناهية أنا أنهاك لا تكذب لا تفعل الشر لا تكون نماما لا تكون مغتابا هذه لن ناهية أنا أنهاك يعني ماذا أفعل لن لا هي تجزم فعلا واحدا فعلا واحدا إذن تكذب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون انظر معي الآن تقول مضارع مجزوم وتكذب مضارع مجزوم كلاهما علامة جزمه السكون طيب انظر معي قال الله عز وجل ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق انظر معي أين أداة الجزم لا يوجد لا بل يوجد انظر هذه الهمزة حرف استفهام افصلها الآن عندنا بعدها لم الهمزة حرف استفهام ولم حرف جزم طرى انظر أصلها طرى ما آخره ما آخر هذا الفعل يأت خطأ طرى وليس طاري طرى هي تكتب يا النعم لكن هي ألف هي ألف هذا الفعل وهو طرى هذا الفعل انتهى بألف طيب الألف من أحرف العلة نعم إذا لابد أن نحذف حرف العلة هذا لماذا؟ لأن الفعل هذا سبق بأداة جزم نحن قلنا إذا قابلتك هذه الأحرف أنت الآن عندك مضارع فيه حرف من أحرف العلة عند الجزم لابد أن يحذف هذا الحرف رأيت الواو حذفناها رأيت الألف هذه ليست ياء هي تكتب ياء لكن هي ألف طرى هي تنطق ألفا طيب عند الجزم نحذف الواو ونحذف الألف لماذا؟ لأن هذا الفعل سبق بحرف الجزم طيب انظر معي أقول لم حرف جزم انتبه إلى هذه النقطة ترى مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أنا أعلم أن بعضكم يقول طيب هذا حرف عل وهذا حرف عل الواو حرف عل والألف حرف عل لماذا قلت في الفعل تقول إن علامة جزمه السكون ولماذا قلت في الفعل ترى إن علامة جزمه حذف حرف العلة انظر معي بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول حرف العلة في هذا الفعل انظر إلى تقول حرف العلة جاء في الآخر لا جاء في الوسط نعم جاء في الوسط نعم يحذف يحذف نعم وعلامة الجزم السكون إذا جاء حرف العلة في الوسط هكذا فإنه يحذف وتكون علامة الجزم السكون انظر إلى هذا الفعل وهو ترى حرف العلة في الآخر نعم يحذف يحذف وعلامة الجزم حذف حرف العلة إذن متى تكون علامة الجزم حذف حرف العلة؟ تكون إذا كان حرف العلة في الآخر أعيد إذا كان حرف العلة في الوسط فإنه يحزف وتكون علامة الجزم السكو إذا كان حرف العلة في الآخر فإنه يحزف وتكون علامة الجزم حذف حرف العل فهم الكلام إذن الآن نحن عرفنا أن هناك أدوات تجزم فعلا واحدا وهي لم ولام الأمر ولا الناهية وإذا قابلنا حرف علة فلابد أن يحذف إذا كان في الوسط أو كان في الآخر فهم هذا الكلام؟ بعد ذلك أقول ثانيا الأدوات التي تجزم فعلين عندنا مجموعة من الأدوات تجزم فعلين من الأدوات من بفتح الميم وليست من من انظر إلى الفتحة وما ومتى هذه الثلاثة تبدأ بالميم من احفظ الآن وما ومتى كذلك إن انظر إلى الهمزة أسفل الألف وليست أعلى الألف من يذكرني بالأدات أن أين أخذناها؟ أن بالهمزة فوق الألف نعم في أدوات النصب قلنا أن لن كي لم التعليل حتى وفاء السببية وماذا؟ ولم الجحود هذه إن بكسر الهمزة إن أنظر إلى النون إنها شاكنة إن ولم أقل إن إذن عندنا من وما ومتى؟ هذه بالميم تبدأ بالميم إن بكسر الهمزة وأين وأي؟ خذ هذه الثلاثة معا من وما ومتى؟ احفظ الآن إن وأين وأي؟ الثلاثة بالهمزة لكن إن همزتها مكسورة إن وأين وأي؟ أقول من يحفظ كتاب الله يسعد به في الدنيا والآخرة أقول إن من أداة جزم تجزم فعلي؟ أين الأول؟ يحفظ من نتيجة؟ يسعد من يحفظ كتاب الله نسأل الله أن نكون من حفظة كتاب الله بإتقان ونسأل الله أن يحفظنا وذرياتنا والمسلمين كتاب الله وأن يتقبل منا الصالح العالم من أداة تجزمك فعلا؟ فعليني أين الأول؟ يحفظ من نتيجة؟ يسعد يسعد هذا الفعل هو الجواب أقول إن يحفظ فعل الشرط هكذا يسمى يسمى فعل الشرط ولا تقول يسمى فعل يسمى هو فعل الشرط ويسعد نسميه جواب الشرط أعيد من أداة تجزم فعلين؟ الأول وهو يحفظ نسميه فعل الشرط ما النتيجة؟ ما النتيجة المترتبة على حفظ كتاب الله؟ ما النتيجة؟ أين الجواب؟ يسعد من يحفظ كتاب الله يسعد يسعد نسميه جواب الشرط فعل جواب الشرط فهم الكلام؟ إذن نحن الآن عندنا أدوات سبقت تجزم فعلا واحدا وعرفناها لم ولم الأمر ولا النهي عندنا الآن أدوات تجزم فعلي طبعا الأدوات أكثر من هذا لكن أنا أقتصر على هذه الأدوات إن شاء الله وتعالى وأنا يعني أقول إنني في شرح مختصر جدا أسأل الله عز وجل أن ينفع به في كل زمان ومكان وأن يرزقنا فيه الإخلاص وأن يرزقنا به أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك والقادر علي من يحفظ كتاب الله يسعد هذا هو فعل جواب الشرط طيب أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب من أدات تجزم فعلين أين الفعل الأول؟ يتقي طبعا الأصل يتقي إحزف أليه إذن علامة الجزم حزف حرف العلة طيب أين النتيجة؟ ما الجواب؟ يعني الآن أنا اتقيت الله ما النتيجة؟ ما نتيجة من يتق الله؟ ما الجواب؟ ومن يتق الله؟ ما النتيجة؟ يجعل له مخرجة إذن فعل الشرط هو يتقي وهو مجزوم بماذا؟ بحزف حرف العلة الأصل يتقي طيب ما النتيجة؟ يجعل هذا هو جواب الشرط هو فعل فعل جواب الشرط مضارع مجزوم بالسكون انظر إلى هذه الواو حرف عطف طيب يرزق يرزق مضارع معطف على أي شيء معطف على يجعل سنعطف يرزق على يجعل إذا كان يجعل مرفوعا فالفعل يرزق مرفوعا وإذا كان الفعل يجعل مجزوما فيرزق مجزوم وهكذا طيب الفعل يجعل مجزوم نعم لماذا؟ لأنه جواب الشرط جواب من؟ جواب الشرط والواو حرف عطف ويرزق معطف على على ما؟ على يجعل مجزوم وعلامة جزمي السكون فهم الكلام؟ طيب انظر معي أقول عندنا آيات قرآنية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها أين أداة الشرط؟ ما؟ نحن حفظنا من وما؟ طيب ما أداة شرط؟ نعم أين فعل الشرط؟ ننسخ طيب ما النتيجة؟ أين الجواب؟ ننسها؟ خطأ أو حرف عطف إذن الفعل ننسي معطف على ننسخ طيب لكن أنا أقصد ما النتيجة؟ نأتي بخير منها أو مثلها إذا نسخت آية فماذا يحدث؟ يؤتى بخير منها ما؟ أداة جزم تجزم فعلين ننسخ فعل مضارع هو فعل الشرط مضارع مجزوم بالسكون أو حرف عطف وننسي معطف على ننسخ نأتي هو الجواب نأتي بياء أين الياء؟ حذفت لماذا؟ لأن هذا الفعل مجزوم لماذا جزم؟ لأنه جواب جواب ماذا؟ جواب الشرط جواب ما؟ ما ننسخ نأتي ننسخ فعل الشرط ونأتي جواب الشرط الأصل نأتي بياء حذفت الياء لأن هذا الفعل مجزوم في جواب الشرط إذن ننسخ مضارع مجزوم بالسكون ونأتي مضارع مجزوم بماذا؟ بحزف حرف العلة طيب أقول إن تقل صدقا تنل خيرا أين ذات الشرط؟ إن وليست إن نا النون ليست مشددة إن طيب تجزم فعلين نعم أين الفعل الأول؟ تقل تقل هو فعل الشرط الأصل تقول أين الواو؟ حزفك لماذا؟ لأن هذا الفعل مجزوم لماذا جزم؟ لأنه فعل الشرط إذن هو مضارع وانتبع إلى أن حرف العلة في الوسط إذن هو مضارع مجزوم بماذا؟ ليس بحذف حرف العلة حرف العلة في الوسط إذن علامة الجزم السكون متى تكون علامة الجزم حذف حرف العلة؟ أقول إذا كان حرف العلة في الآخر طيب أين الجواب؟ أين النتيجة؟ إن تقل صدقا ما النتيجة؟ تنل خيرا تنال ما الأصل تنال تنال لابد أن تحزف الألف لابد لأنها حرف علة حرف العلة في تنال تنال وقع فيه الوسط إذن علامة الجزم حزف حرف العلة أقول بعد ذلك أي مال تدخره تستفد به انتبه إلى أن أي كلمة بعد أي الشرطي تعرب مضافا إليه أي بعدها مضافا إليه أي هذه أدات شرط تجزم فعلين أين الأول لا تقل مال كلمة مال مضافا إلي أنا أريد فعلين الفعل الأول تدخر الفعل الثاني وهو جواب الشرطي تستفد والأصل أصل ماذا تستفيد تستفيد أين الياء حزفت لماذا لأنها حرف علة يحزف إذا جزم المضارع حرف العلة هذا في الوسط نعم إذن علامة الجزم هي إسبق ليس حزف حرف العلة علامة الجزم السكون حرف العلة في الوسط إذن علامة الجزم هي ماذا السكون طيب ماذا بعد أي مضافا إليه بعد أي الشرطي بعد أي الشرطي مضافا إليه أقول أي مكتبة تزورها ترى جديدا ما إعرب مكتبة مضافا إليه أين فعل الشرط تزورها انظر الأصل تزور تزور أين الواب حزفت لماذا لأنها حرف علة يحزف إذا جزم المضارع حرف العلة هذا في الوسط نعم تزور يحزف وتكون علامة الجزم السكون ما النتيجة أين الجواب أي مكتبة تزورها ترى الأصل ترى الآخر ألف يكتب ياء لكنه ألف حرف من أحرف العلة يحزف عند الجزم يحزف عند الجزم إذن الآن أي بعدها مضاف إليه وفعل الشرطي تزور وهو مجزوم بماذا ليس حرف حرف العلة حرف العلة في الوسط مجزوم بالسكون لكن ترى هو المجزوم بحصف حرف العلة إذن الآن نحن أخذنا أدوات تجزم فعلا واحدا من يذكرني بها لم ها هو ماذا للم الأمر و لن نهي وأخذنا أدوات تجزم فعلين وهي كثيرة نأخذ منها من وما ومات هذه بالمي تبدأ بالمي تحفظ معك وإن وأين وأي من يذكرني بإعراب ما بعد أي ها يعرب مضافا إليه فهم هذا الكلام بعد ذلك ننتقل إن شاء الله عز وجل إلى جزم المضارع في جواب الطلب أقول يجزم المضارع جوازا جوازا ليس وجوبا جوازا إذا وقع في جواب الطلب أمرا كان أو نهيا أمرا كان أو نهيا أين درسنا الطلب من يذكرني أين درسنا هذا الطلب نعم عند دراستنا فالسببية قلنا إنها تسبق بماذا بنافي أو طلب والطلب إما أن يكون أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا ألم نقول ذلك بل قلنا طيب الطلب هنا هنا إما أن يكون أمرا أو نهيا فقط إما أن يكون أمرا أو نهيا أقول اجتهد تصل إلى ما تريد اجتهد فعل أمر نعم الأمر من الطلب طيب يعني اجتهد من الطلب ما النتيجة؟ تصل تصل ترتبت على اجتهد نعم أقول إن تصل مضارع مجزوم لماذا جوزم إنه لم يسبق بأداة جزم نعم هو لم يسبق لكنه سبق بطلب وتقدير الكلام إن تجتهد تصل أعيد أعيد باختصار وكن معي اجتهد طلب نعم تصل ترتبت على اجتهد ترتبت على الطلب إذن تصل فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة الجزم السكو أي مضارع قد ترتب على الطلب قبله وكان أمرا محبوبا فهو مضارع مجزوم في جواب الطلب انظر معي أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء طيب أين الطلب أسلك فعل أم طيب أسلك يدك في جيبك ما النتيجة؟ تخرج بيضاء تخرج أسلك طلب النتيجة تخرج إذن تخرج فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة الجزم السكو الكلام يسير جدا يعني عندنا اجتهد فعل أمر هو طلب وما النتيجة؟ تصل تصل ترتبت على اجتهد نعم إذن تصل مضارع مجزوم في جواب الطلب أسلك يدك في جيبك سيدنا موسى إن أدخل يده في جيبه ما النتيجة؟ تخرج بيضاء إذن تخرج قد ترتبت على أسلك عندنا طلب وعندنا ما ترتب عليه ما ترتب عليه هذا الفعل المضارع مجزوم في جواب الطلب أمر محبوب ترتب عليه هذا الطلب طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح قولوا لا إله إلا الله تفلح أين الطلب؟ قولوا قولوا إذن تفلحوا هو المترتب على الطلب إذن تفلحوا فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة الجزم حسف النون ونحن سنتناول ذلك إن شاء الله بعد قليل في الأفعال الخمس أقول بعد ذلك لا تكن عاصيا يرضى الله عنك أين الطلب؟ لا تكن لأنه ناهي لا تكن لا ناهية لا تكن لا تهمل لا تفعل كذا أنا أنهاك إذن هي ناهية ولذلك لم يقل لا تكون حذر في حرف العلة لماذا؟ لأن لا هذه حرف نهي حرف جزم يجزم فعلا واحدة فعلا واحدة إذن تكن مضارع مجزوم بماذا؟ ليس بحذر في حرف العلة حرف العلة في الوسط حرف العلة في الوسط إذن هو مجزوم بالسكون الخلاص أين النهي أو أين الطلب؟ لا تكن ما الجواب؟ ما النتيجة المترتبة على ذلك؟ ها؟ يرضى الله عنك؟ طيب يرضى الأصل يرضى ما آخره؟ لا ليس الياء يرضى ولم يقل يرضي هي تكتب ياء لكنها لكن هذا الحرف ألف إذن يرضى ما إعربه؟ أقول هو فعل مضارع مجزوم لماذا؟ مجزوم في جواب الطلب مجزوم في جواب الطلب وعلامة الجزم أقول حذف حرف العلة يرضى ولذلك وضعنا فتحة دلالة على أن المحذوف ألف فهم الكلام؟ إذن خلاصة الكلام إذا وجدت طلبا والطلب إما أن يكون أمرا أو نهيا في هذا الدرس إما أن يكون أمرا أو نهيا أما مع فأي السببية فقد يكون أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا وهكذا هنا الطلب إما أمر وإما نهي اجتهد هذا طلب أمر ما النتيجة؟ تصل إذن تصل مضارع مجزوم أسلك ما النتيجة؟ تخرج مضارع مجزوم اقوله ما النتيجة؟ تفلح مضارع مجزوم لا تكن نهي والنهي من الطلب ما النتيجة يرضى الله عنك مضارع مجزوم فهم الآن جزم المضارع نعم عندنا بعد ذلك وقد تحدثنا عن الفعل المضارع وأذكرك قلنا إن الفعل المضارع قد يكون منصوبا متى نعم إذا سبق بأداة نصب وقد يكون مجزوما متى صح إذا سبق بأداة جزم وقد يكون مرفوعا طيب أقول متى يرفع المضارع متى يكون الفعل المضارع مرفوعا انظر إذا لم يسبق بأداة نصب أو بأداة جزم كيف عندنا آية القرآنية يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور طيب انظر إلى يعلم مضارع نعم منصوب لا لماذا لأنه لم يسبق بأداة نصب مجزوم لا لماذا لأنه لم يسبق بأداة جزم طيب لم يسبق بأداة نصب ولم يسبق بأداة جزم فهو مرفوع ضع عليه ضمنه هذا بداية إذن يعلم مضارع مرفوع لماذا لأنه لم يسبق بأدات نصب أو أدات جزب يلج هذا الفعل سبق بأدات نصب لا طيب ما هذه الكلمة ما نوعها انظر في غير القرآن أقول يعلم الذي إذن ما هذه موصولة ونحن عندنا من الأسماء الموصولة من للعاقل وما لغير العاقل لكن أنا قلت قبل ذلك إذا اختلط العاقل بغير العاقل يمكن أن نستخدم ما يعلم فعل المضارع مرفوع بالضمة ما اسم الموصول يلج فعل المضارع لم يسبق بناصب فليس منصوبا لم يسبق بجازم فليس مجزوما طيب ما يعربه أقول هو مضارع مرفوع لماذا لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم في حرف جر والأرض اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر وضعنا كسر في الأرض وما يعلم ما يلج في الأرض وما ما موصولة يعلم الذي يلج في الأرض والذي يخرج منها طيب انظر إلى يخرج يخرج فعل المضارع هل هو منصوب لا لماذا لأنه لم يسبق بأداة نصب هل هو مجزوم لا لماذا لأنه لم يسبق بأداة جازم إذن هو مرفوع ضع عليه ضمنه طيب وما أي والذي ينزل مضارع مرفوع طبعا يعني نفس الكلام لم يسبق بناصب ولم يسبق بجازم إذن هو مرفوع وكذلك يعرج كذلك عندنا آية قرآنية يَوْمَ تَمُورُ الْأَرْضُ مَوْرَا كلمة الأرض الصواب أن نضع فوقها همزة يَوْمَ تَمُورُ يعني تضطرب الْأَرْضُ مَوْرَا طيب يَوْمَ هذا ظرف تَمُور هذا فعل مضارع طيب مرفوع منصوب مجزوم كيف أعرف أولا هو ليس منصوبا لماذا لم يسبق بأدات نصب وليس مجزوما لماذا لأنه لم يسبق بأدات جازم إنما هو مرفوع إذن تَمُور فعل مضارع مرفوع قال الله عز وجل يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِلَّهِ طيب ما نوع لا هل هي ناهية لا أنا لم أنهى أحدا عن شيء يعني مثلا لنهي أقول لا تهمل لا تكذب لا تغتب وهكذا أنهاك أنهاك عن الغيبة أنهاك عن الكذب وهكذا أنهاك عن الإهمال أما هذه فنافية وليست ناهية الناهية حفظناها أين ها نسبقني حفظناها أين ودرسناها أين في أدوات الجزم التي تجزمك فعلا فعلا واحدا لم وماذا ولم الأمر ولا الناهية أما هذه فليست ناهية هي نافية هي نافية والنافية لا تؤثر في إعراب ما بعدها إذن تملك وليس تملك انتبه تملك بكسر اللام انتبه لأن بعض أحبائنا وإخواننا يعني نسمع بعضهم يقول تملك لا تملك يوم لا تملكوا لا ما نوعها ليست ناهية إذن هنا ليس الفعل مجزوما طيب تملك قبله أدوة نصب لا إذن تملك ليس منصوبا وليس مجزوما إنه مرفوع الآن باختصار شديد قلنا إن الفعل المضارع قد يكون منصوبا قد يكون مجزوما قد يكون مرفوعا إذا لم يصبق بأدوة نصب ولا بأدوة جزم أنتقلوا بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى الأفعال الخمسة أقول إنها كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أواو الجماعة أو ياء المخاطبة أعطني أمثلة أقول أنتم تسافران أنتم تسافرون أنت تسافرين انظر معنا انظر إلى هذا المثال الأول فيه ألف الاثنين نعم هذا فعل مضارع وقد اتصل به ألف لاثنين إذن هذا الفعل من الأفعال الخمسة إذا رأيت المضارع وقد اتصل به ألف الاثنين فهذا الفعل من الأفعال الخمسة طيب المثال الثاني أنتم تسافرون هذا الفعل من الأفعال الخمسة كيف عرفت؟ لأن فيه واو الجماعة إذا رأيت الفعل وقد اتصلت به واو الجماعة فلتعلم أنه من الأفعال الخمسة أنت تسافرين هذا الفعل أيضا من الأفعال الخامسة كيف عرفت لأن فيه ياء المخاطبة كيف عرفنا أن هذه الياء هي ياء المخاطبة نقول نحن تحدثنا بالضمري أنت أنت ولا تضع ياء أنت بكسر ولا تضع ياء أنت تسافرين هذه ياء المخاطبة أنا أحدث فتاة أنت تنجحين أنت تسافرين أنت كذا أنت كذا هذه ياء المخاطبة ألف الاثنين وأول جماعة ياء المخاطبة بذلك نحن عرفنا أن هذه الأفعال من الأفعال الخامسة أين الفعل؟ الفعل هو الألف والواو والياء الفعل في المثال الأول هو الألف وفي الثاني الواو وفي الثالث الياء فهم هذا الكلام؟ طيب لو أننا أردنا أن ننصب هذا الفعل فماذا نفعل؟ يعني مثلاً أنا أحب أن أضع هنا قبل الفعل لن الأداة لن وهي من أدوات النصب من أدوات نصب المضارع ونحن ندرسنا ذلك قبل ذلك عند حديثنا عن المضارع المنصوب ماذا أقول؟ هل أقول أنتما لن تسافراني؟ ها أقول ذلك؟ لا إنما أنا أقول أنتما لن تسافران أين النون؟ أقول هذه النون قد حذفت إذا رأيت الأداة لن وهي من أدوات النصب فلابد أن تحذف النون اعتبر أن أداة النصب وتلك النون اعتبر أنهما متخاصماني فإذا رأيت أداة النصب فاحذف نون الأفعال الخمسة فاحذف نون الأفعال الخمسة فهم الكلام؟ طيب من يدخل هنا قبل الفعل تسافران أداة جزم يعني مثلا أنا ماذا أقول؟ هل أقول أنتما لم درسنا لم قبل ذلك عند حديثنا عن المضارع المجزوم أنتما هل أقول لم تسافران؟ لا ماذا أقول؟ أقول أنتما لم تسافران ماذا حدث؟ نحن قد حذفنا النون اعتبر أن الأداة لم والنون متخاصماني إذا رأيت الأداة لم فعليك أن تحذف النون وكذلك إذا رأيت الأداة لن وهي أداة نصب فعليك أن تحذف النون اختصار الكلام إذا رأيت أداة نصب أو أداة جزم فعليك أن تحذف النون إذا لم تر أداة نصب هنا ولا أداة جزم فعليك أن تبقي النون فهم الكلام فهمت الكلام إذا أدخلنا أداة نصب فلابد أن نحذف النور إذا أدخلنا أداة جزم فلابد أن نحذف النور قلنا أين الفاعل إنه ألف لسنين إنه ألف لسنين إنه ألف لسنين أين الفاعل هنا وو الجماعة أين الفاعل هنا في المثال الأخير يا المخاطبة طيب من يدخل هنا في هذا المثال الثاني من يدخل أداة نصب ها من يدخل يعني هل أقول أنتم لن تسافرون لا أقول ذلك ماذا أفعل أقول أنتم لن تسافروا ماذا فعلت أنا قد حذفت النون نحن قلنا إذا رأيت الأداة لن فلابد أن تحذف النون اعتبر أنهما متخاصماني فهم الكلام طيب من يدخل الأداة لم هل أقول أنتم لم تسافرون لا ماذا أقول أقول أنتم لم تسافروا أنا ماذا فعلت أنا قد حذفت نون الأفعال الخمسة فهم الكلام إذا رأيت الأداة لن أو الأداة لم فلابد أن تحذف النون انتقل إلى المثال الأخير أنت تسافرين قلت أين الفعل إنه ياء المخاطبة أريد أن أدخل هنا أداة نصب ماذا أقول هل أقول أنت لن تسافرين لا ماذا أقول أقول أنت لن تسافري ماذا حدث أنا قد حذفت تلك النون نون الأفعال الخمسة قلت أن الأداة لن لا تجتمع مع النون اعتبر أنهما متخاصمان طيب ماذا لو أدخلت الأداة لم أداة الجزم ماذا أقول هل أقول أنت لم تسافرين لا ماذا أقول أقول أنت لم تسافري ماذا فعلت أنا قد حذفت النون قلت أن الأداة لم لا تجتمع مع النون اعتبر أنهما متخاصمان أين الفاعل هو ياء المخاطبة أين الفاعل هنا هو هو الجماعة أين الفاعل هنا هو ألف الاثنين وانتبه قد يسأل سائل ما الفرق بين هذه الألف في المثال الأول هذا وتلك الألف في المثال الثاني انظر يعني قد يقول مثلا أليست هذه الألف هي ألف الاثنين ها هل هي ألف الاثنين نقول هذه الألف في هذا المثال ليست هي ألف الاثنين انظر قبلها واو الجماعة كيف تكون هذه واو الجماعة كيف تكون هذه واو الجماعة وتكون الألف هي ألف الاثنين كيف واو الجماعة تجتمع مع ألف الاثنين لا هذه الألف نحن نرسمها دلالة على أن هذه الواو هي واو الجماعة لا تجتمع وو الجماعة مع ألف الاثنين في كلمة واحدة كيف كيف تجتمع ألف الاثنين مع وو الجماعة لا يجتمعها هذه الألف ليس قبلها الواو وأنا أحدث اثنين إذن هذه ألف الاثنين ليس قبلها الواو إنما الألف التي قبلها الواو وو الجماعة ليست هي ألف الاثنين فانتبه أين الفاعل ألف الاثنين أين الفاعل هنا وو الجماعة أين الفعل هنا ياء المخاطبة إذن الخلاصة انظر إلى هذا المثال أنتما تسافران هل رأيت هنا قبل الفعل تسافران أداة نصب أو جزم لا إذن نضع النون هل رأيت هنا أداة نصب نعم إذن نحذف النون هل رأيت أداة جزم نعم إذن نحذف النون إذن السؤال متى تحذف النون إذا سبق المضارع بالأداة لن أو بالأداة لم إذا سبق بأداة نصب أو بأداة جزم إذا لم يسبق هنا بأداة نصب أو جزم ماذا أفعل؟ فماذا أفعل؟ أقول نضع نون الأفعال الخمسة فهمت هذا الكلام؟ كل هذه الأفعال علامة رفعها سبوت النون هذا الفعل في الأمثلة الثلاثة مضارع مرفوع وعلامة رفعه سبوت النون هذه الأفعال جميعها علامة رفعها سبوت النون لماذا؟ لأنها لم تسبق بأداة نصب ولا بأداة جزم طيب أقول هذه الأفعال في حالة النصب وفي حالة الجزم علامة نصبها وجزمها حزف النون فهم هذا الكلام؟ إذا لم تر أداة نصب أو جزم فضع النون إذا رأيت أداة نصب أو أداة جزم فاحزف النون هذه هي الخلاص هذه هي الخلاص قلنا أين الفاعل؟ الفاعل في هذه الأمثلة كلها هو ألف الاثنين أنظر أو وو الجماعة أو ياء المخاطبة ألف الاثنين أو وو الجماعة أو ياء المخاطبة يعني هذا درس ليس فيه إن شاء الله عز وجل يعني صعوبة طيب تعالوا نتضرب إن شاء الله عز وجل على بعض الأمثلة عندنا آية قرآنية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أين أول فعل من الأفعال الخمسة يقابلك؟ أين؟ طبعا انتبه هو قال هنا كل مضارع فلا تستخرج ماضيا ولا أمرا حتى إذا كان الماضي فيه فيه ماذا؟ حتى إذا رأيت الماضي فيه وو الجماعة أو فيه ألف الاثنين إذا رأيت الماضي فيه وو الجماعة فلتعلم أنه ليس ليس من ماذا؟ من الأفعال الخمسة عندنا شرط الأفعال الخمسة لابد أن تكون أفعالا مضارعة انتبه أين أول فعل؟ نعم يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون طيب أنا أسأل سؤالا هل هذه لا النافية؟ هل هذه هي لا النافية؟ كيف أعرف؟ كن ذاكيا أولا لا النافية أين درسناها؟ درسناها في أدوات الجزم أليس كذلك؟ هي أدوات من أدوات الجزم أدوات الجزم لابد أن نحذف معها النون طيب هنا النون لم تحذف والنون لم تحذف إذن هذه ليست لا النافية أنا لا أنها أحدا عن شيء إنما هذه لا النافية فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون إذا كانت لا النافية فلابد أن نحذف النون كن ذكيا إذا كانت لا النافية أنظر إلى النافية عند النافية نحن نحذف النون انتبه وعند النصب نحن نحذف النون عند الجزم نحذف النون وعند النصب نحذف النون فانتبه وكن ذكيا إذا كانت هذه لنا هي فلابد أن نحذف النون طيب من يذكر لنا الفاعل؟ أين الفاعل؟ نعم واو الجماعة واو الجماعة محسنت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك أين الفعل الثاني؟ نقول يحكموك كيف عرفت؟ لأنه مضارع قد اتصلت به واو الجماعة واو الجماعة فاعل طيب ما إعربوا يحكموك؟ نقول حتى من أدوات النصب إذن تنصب المضارع بعدها إذن يحكموك فعل مضارع منصوب بماذا؟ من يسبقني؟ قلنا إن النصب يكون بماذا؟ بحسف النون طيب هنا نصب إذن هنا نون قد حذفت الأصل يحكمونك حذفنا هذه النون إذن هذا فعل مضارع منصوب بماذا؟ بحسف النون أين الفعل؟ أو الجماعة؟ أين المفعول؟ الكاف لأنها تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك يعني فلا وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون حتى يحكموك أي حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الكاف تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الكاف هي المفعول به معنى ذلك أن ما عندنا فعلا وفاعلا ومفعولا في كلمة واحدة أقول نعم إذن ما إعرابوا يؤمنون نقول هذه لا النافية لا تؤثر في إعراب ما بعدها إذن هذا وهو يؤمنون فعد مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وهو الجماعة فاعل ويحكمك مضارع منصوب بحزف النون وهو الجماعة فاعل والكاف مفعول به أين المضارع بعد ذلك الذي هو من الأفعال الخمسة أنا أقول أين المضارع الأفعال الخمسة لابد أن تكون مضارعا لابد أين نعم يجد ثم لا يجد انظر معي ثم هذه أدات عطف ولا نافية قلت لا تؤثر في الإعراب قد يسأل سائل لا هذه نافية لا تؤثر في الإعراب نقول نعم يقول طيب لماذا حزفت النون لا لا تؤثر في الإعراب فلماذا حزفنا النون انظر معي أولا لا لا تؤثر في الإعراب انظر قبلها إلى ثم ثم أداة من أدوات العطف نحن درسنا أدوات العطف ثم أداة من أدوات العطف نحن نعطف هنا فعلا على فعل فعلا على فعل يجد فعل مجزوم أسف يجد فعل منصوب لماذا نقول لأنه معطوف على منصوب قبله ثم أداة عطف يجد فعل مضارع منصوب بحزف النون لماذا لماذا نقول لأنه معطوف على يحكموك فانت به فهمت هذا الكلام نحن عطفنا منصوبا على منصوب يعني أنا أعطف فعلا على فعل وأعطف اسما على اسم هذا طبعا في الأغلب طيب حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا عطفنا يجدوا على يحكموك يحكموك منصوب إذن يجدوا منصوب أين الفعل واو الجماعة هل تبقى عندنا فعل من الأفعال الخمسة نعم أين يسلم الواو حرف عطف ويسلم نفس الكلام فعل مضارع منصوب هو معطوف أصلا إذن هو منصوب بحزف النون أين الفاعل إنه واو الجماعة فهم هذا الكلام إذن عندنا أربعة أفعال من الأفعال الخمسة يؤمنون وهو مرفوع ويحكموك منصوب وكذلك يجد ويسلموا منصوباني وعندنا آية أخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أين أول فعل من الأفعال الخمسة يقابلك نعم تخفوا طيب كن ذكيا النون حذفت نعم انظر متى تحذف النون إذا كان المضارع منصوبا أليس كذلك وكذلك إذا كان المضارع مجزوما أليس كذلك إذن تحذف في حالتين إذا نصب المضارع أقصد المضارع من الأفعال الخمس إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة منصوبا فالنون محزوفة وإذا كان مجزوما فالنون كذلك محزوفة إنما إذا وجدت النون فلتعلم أن هذا الفعل مرفوع كن ذكيا إذا رأيت النون فالفعل مرفوع إذا حذفت النون فالفعل إما منصوب وإما مجزو هنا النون قد حذفت إذا هذا الفعل إما منصوب أو مجزو طيب انظر قل إن أين درسنا هذه الأداة في أدوات النص خطأ ليست هذه أداة نصب للمضار أدوات النصب نحن درسناها قبل ذلك فيها أن بفتح الهمز وسكون النون إن أين درسنا إن نعم إنها أداة شرط جازمة تجزم فعلين درسنا ذلك في جزم المضارع إذا تخف فعل الشرط مضارع مجزوم بماذا نعم بحسب النون أين الفعل وو الجماعة وو الجماعة ما بمعنى لذي تخفو لذي هذا هو المعنى إن تخفو لذي ما يعرب ما أقول إنها مفعول به هي اسم الموصول مبني في محل نصب مفعول به هل عندنا فعل آخر من الأفعال الخمسة؟ نعم أين هو؟ تبدوه ما إعرابه؟ نقول نحن درسنا أو في أدوات العطف أليس كذلك؟ درسناها؟ طيب ما إعرابه تبدو؟ هذه أدوات عطف إذن أنا أحتاج إلى معطوف بعدها ومعطوف إليه قبلها تبدوه معطوف على تخفو طيب تخفو فعل مجزوم إذن تبدو مضارع مجزوم بحزف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة كيف عرفت؟ لأن فيه وو الجماعة هو فعل مضارع وقد اتصلت به وو الجماعة إذن هو من الأفعال الخمسة عند النصب وعند الجسم تحزف النون أين الفاعل؟ نعم هذه وو الجماعة أين المفعول؟ هذه الهاتف فعل وفاعل ومفعول في كلمة واحد كهذه الكلمة فعل وفاعل ومفعول وهو الكاف هذه مثلها فعل وفاعل ومفعول فهم الكلام؟ أين فعل جواب الشرط؟ إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوهما النتيجة أين الجواب؟ يعلمه الله انظر إلى الميم عليها سكون يعلمه إذن هذا فعل جملة جواب الشرط مضارع مجزوم بالسكون والهاء مفعول به واسم الجلالة الله هو الفاعل طيب عندنا آية بعد ذلك ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين أول مضارع من الأفعال الخمسة نعم تقربا طيب حزفت النون نعم كن ذكيا إذن نحن الآن أمام مضارع منصوب أو مجزوم طالما أن النون قد حزفت فهذا الفعل إما منصوب أو مجزوم ليس مرفوعا أبدا لأنه لو كان مرفوعا لثبتت النون إنما هذه نون يعني قد حزفت طيب ما نوع لا انظر أنا هنا قلت لا لا تؤثر في عربي ما بعدها هي لا النافية لا تؤثر ولذلك ثبتت النون إنما هنا لا قد حزفت بعدها النون إذن هي لا الناهية لا الناهية أنا أنهى هنا نهي ولا تقربا ولا تقربا هنا نهي إذن تقربا فعل مضارع مجزوم بحزف النون أين الفاعل ألف لاثنين قلنا إن الألف والواوة والياء تعرب فاعلا فهم الكلام طيب أين أيضا الفعل من الأفعال الخامسة تكون طيب النون قد حزفت والأصل تكونان النون حزفت إذن هذا المضارع إما أن يكون منصوبا أو مجزوما كيف أعرف ما هذه الفاء ما هذه الفاء من يذكر وأين درسناها ما نوعها أحسنت هي فاء السببية كيف عرفت صح لأنها سبقت بطلب أليس النهي طلبا قل بالا النهي من الطلب إذن هذه الفاء هي فاء السببية واذكر أن فاء السببية إما أن تسبق بماذا بنافي أو طلب اذكر هذا جيدا تذكره جيدا إذن هذه فاء السببية وهي من أدوات النصب وتكون فعل مضارع منصوب بماذا بحزف النون أين أين الفاعل لا فاعل هنا لماذا تكون تعمل عمل كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر إذن هذه الألف ليست فاعلا الألف تكون ليست فاعلا إنها اسم لتكون وشبه الجملة خبر لتكون خبر للفعل الناسف فهم هذا الكلام فهمة الأفعال الخمسة نعم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الأسماء الخمسة نحن كنا مع الأفعال الخمسة الأفعال إنما أنا أنا الآن مع الأسماء الخمسة وهذا درس ليس صعبا أبدا إن شاء الله وتعالى عندنا وطبعا ننتبه إلى أنها ليست خمسة هي أصلا الأسماء الست لكن نحن يعني سنقتصر على هذه الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك زو مال طبعا أقول أبوك أو أبوه أو أبوها أخوك أخوه أخوهن وهكذا حموك نفس الكلام فوك زو مال زو علم وهكذا طيب انظر أقول علامة رفعها الواو علامة رفعها الواو وكان أبوهما صالحا انظر أبوهما أبوهما اسم كان مرفوع بماذا قال علامة رفعها الواو إذن هذا اسم كان مرفوع بالواو ما اعربهما مضاف إليه لماذا بأنه اتصل باسم ما اعربه صالحا نحن عندنا الفعل الناسخ يحتاج إلى اسم وإلى خبر نحن ذكرنا اسمه أين الخبر هو صالح خبر اللي كان منصوب بالفتحة أقول وعلامة نصبها الألف الأسماء الخمسة ترفع بالواو انظر أبوهما في غير القرآن أخوهما وهكذا علامة الرفع الواو إنما علامة النصب الألف كيف هذا أقول رأيت حماكة أمس رأيت حماكة رأيت فعل وفعل إذن قبسكي أوسош ألي أنت مفعول 허� nuo سبع النصب الأسماء الخمسة نحن في الأسماء الخمسة ولسنا في الأفعال الخمسة علامة النصب الأفعال الخمسة هناك حرا من أنه إنما أنا الآن هنا في الأسماء الخمسة فلا تخلط الأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف إذن حماكة مفعول به منصوب بالألف والكاف مضاف إليه فلا تقول رأيت مثلا حميكة لا رأيت حماكة لا تقول وكان أبيهما وكان أبوهما مرفوعة بالواو هذه الكلمة مرفوعة بالواو هي اسم كان حماكة هنا مفعول به منصوب بماذا؟ بالألف والكاف مضاف إليه وأمس من الظروف طيب أقول وعلامة جرها الياء علامة جر ماذا؟ الأسماء الخمسة علامة جر الأسماء الخمسة الياء أعطني مثالا أقول أثنيت على زي العلم زي أنا ما قلت أثنيت على زي العلم ولا أثنيت على زي العلم لا أثنيت على زي زي بالياء قال علامة جرها الياء على حرف جر ونحن درسناه أثنيت على زي من الأسماء الخمس زو أو زا أو زي إذن زي من الأسماء الخمس ما إعرابه أقول هو اسم مجرور بعلا وعلى ما تجره الياء ولتعلم أن كلمة زو أو زا أو زي ما بعدها يعرب مضافا إليه مال مضاف إليه العلم مضاف إليه ما بعد زو أو زا أو زي مضاف إليه دائما دائما إعراب ثابت فهم هذا الكلام عندنا بعد ذلك شروط للأسماء الخمس لابد أن تكون مفردة لابد أن تكون مفردة فلا أقول مثلا الأباء لا أقول الأبوان هذه ليست من الأسماء الخمس أنا أريدها مفردة أبوهما هو أبو واحد حماكة رأيت حماكة أثنيت على زي العلم هو واحد فقط في كل هذه الأحوات أبوهما حماكة زي هو في المثال الأول واحد وفي الثاني واحد وفي الثالث واحد لابد أن تكون مفردة طيب ثانيا لابد أن تكون الأسماء الخمسة مضافة إلى غير ياء المتكلم كيف أنا أقول وكان أبوهما ما يعربهما تعرب مضافا إليه هذا الضمير يعرب مضافا إليه ما يعرب الكف مضاف إليه ما يعرب العلم مضاف إليه لاحظ شيئا لاحظ أن الأسماء الخمسة لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه انظر إلى هما وانظر إلى الكف وانظر إلى العلم لابد أن يأتي مضاف إليه طيب إن لم يأتي مضاف إليه فليست من الأسماء الخمسة انتبه يعني أنا لو قلت هذا أب طيب فما إعرب أب ليست من الأسماء الخمس هذا أب مبتدأ وخبر المرفوع بالضبع إنما عندنا شروط لابد أن تكون الأسماء الخمسة مفردة لابد أن تكون مضافة لابد من الإضافة لكن إلى غير المتكلم يعني لا تقول أبي أبي أنا أبي هذه الياء تعود علي إذن هي الياء المتكلم لا هذا لا يصح أبي ليست من الأسماء الخمسة كذلك فو لا تتصل بها الميم فو لا تتصل بها الميم وهذا شرط خاص بكلمة فو فلا تقول فم هذا فم طيب مثلا لا فو لا تتصل بالميم إن اتصلت فليست من الأسماء الخمسة هذا فم يخرج الكلمات الطيبات هذا فم ليست فم من الأسماء الخمسة فانتبه إذن القلاصة هذه الأسماء الخمسة أبوك أو أبوه أو أبونا إنم لا أقول أبي ولا أقول أخي انتبه أبي وأخي ليست من الأسماء الخمسة لا توضف الأسماء الخمسة إلى نفسك إلى ياء المتكلم انتبه طيب أبوها أبوك أبوهم نفسك لا أخوها أخوك لابد من الإضافة طيب يعني معنى ذلك أن الأسماء الخمسة لابد أن تضاف إلى ضمير أقول لا ليس شرطا قد تضاف إلى اسم ظاهر ليس شرطا أن يكون ضميرا هنا ضمير هنا الإضافة ضمير إنما هنا ليس الضميرا هو اسم ظاهر المهم الإضافة ضمير أو ليس ضميرا المهم الإضافة لكن إلى غير يأل متكك لا أقول أبي أخي فامي طبعا فامي فولة تتصب بالمية وهكذا الآن هذا الكلام ليس فيه صعوبة طيب تدريب يسير على ما شرح إن شاء الله أقول اختر الصوابة مما بين القوسين علمت أن اختر معي أخوها أخاها أخيها عليا زو زا زي خلق اختر أنت طبعا علمت فعل وفاعل فعل وفاعل أن أين درسناها في أدوات نصب المضارع خطأ أنا ما قلت أن انتبه هناك فرق أنا قلت أن النون مشددة قد تسأل هي ليست مضبوطة يعني النون ليس فوقها ضبط ليس فوقها تشكيل أقول نعم انظر إلى ما بعدها ما بعدها اسمون نعم إذن هنا لابد أن يكون لابد أن تكتب الشدة أو لابد أن توجد الشدة أو لابد أن تنطق الشد هنا شد ما بعد أن أو إن إذا وقع بعدها اسم فلابد من الشدة أن أو إن هذا إذا جاء بعدهما اسم إنما إن رأيت فعلا فهي أن بسكون النون طيب علمت أن أن ماذا أن تنصب اسمها وترفع خبرها إذن ماذا أقول أنظر إلى علامة النص أنظر إلى علامة النص بإنها الألف إذن أقول علمت أن أخاها لأن الأسماء الخمسة تنصب بالألف ما يعرب هذا الضمير أقول إنه مضاف إلي هذا شرط الأسماء الخمسة لابد أن تضاف تكون مضافة إلى غير ياء المتكلف يعني لا تنسبها إلى نفسك لا تقول أخي أبي لا تتحدث عن نفسك فهمت الكلام ما إعرب عليا إنه بدل كان أقول الفاروق عمر قائد الفاروق عمر قائد الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق ونحن شرحنا ذلك في درس البدل أخاها أخاها عاليا أخاها هو عاليا وعاليا هو أخاها إذن هذه الكلمة بدل بدل منصوب بالفتحة طيب نحن ماذا ينقصنا الآن نحن ذكرنا الحرف الناسق وذكرنا اسمه واسمه هنا منصوب وذكرنا بدلا ما الذي ينقصنا نحن نحتاج إلى خبر أن نحن ذكرنا اسمها وذكرنا بدلا إنما ما ذكرنا خبر أن وخبر أن يكون ماذا يكون مرفوعا طيب أنا في الرفع سأختار الوا سأختار الألف سأختار اليا ماذا أختار أختار الوا علمت أن أخاها عاليا زو زو قلنا ترفعوا بالوا تنصبوا بالألف تجروا باليا ما إعربوا خلق نحن ذكرنا ذلك قبل ذلك أذكر ما ما إعربوا خلق أحسنت خلق مضاف إليه مجرور بالكسرة مجرور بالكسرة ما إعربوا زو خبر إن خبر أن مرفوع بماذا نعم بالوا ولتعلم أن هذه الأسماء الخمسة لابد أن تضاف وانتبه واذكر هذا الشرط جيدا قلوا كان فوك فاك فيك اختر أنت نظيف نظيفا نظيف لاستخدامك السباك ماذا أقول أولا ما عملوا كان كان ترفع اسمها وتنصب خبرها طيب ترفع اسمها الاسم يكون مرفوعا ماذا بالوا بالألف بالياء انظر على ما ترفعها الوا إذن أنا أقول كان فوك طيب كان فوك أنا أحتاج إلى الخبر إلى خبر كان طيب خبر كان يكون منصوما إذن أنا أقول كان فوك نظيفا انتبه نظيفا ليست من الأسماء الخمس يعني هل هي هنا لا هي اسم مفرد ليست هنا ليست من أسماء الخمس يعني ليس شرطا فقط أن يأتيك هنا بالأسماء الخمس كان فوك نظيفا كان فوك طيبا وهكذا طيبا طيبا واختر أنت بي أبوك أباك أبيك وأخوك أخاك أخيك طبعا البا أين درست هي حرف جر يعني هي تجر ما بعدها الجر يكون بماذا انظر علامة جرها الياء إذن أنا أقول ومررت بماذا ماذا أقول بأبيك مررت بأبيك وماذا وماذا أقول الواو حرف عطف الواو حرف عطف ما قبل الواو مجرو إذن ما بعد الواو مجرو إذن أنا أقول بأبيك وأخيك فهي ماذا الكلام بأبيك وأخيك خلاصة الكلام الأسماء الخمسة خلاف الأفعال الخمسة تختلف عنها هناك الأفعال الخمسة ترفعه بماذا من يذكره بثبوت النور وتنصبه وتجزمه بماذا نعم بحث في النور إنما هنا الأسماء الخمسة وهي أصلا ستة هي أصلا ستة الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فوك زومة ولابد أن تكون مفردة ولابد أن تضاف إلى غير ياء المتكلم وفو لا تتصل بالميم طبعا كذلك هذه الأسماء الخمسة لا تأتي مصغارة لكن يعني لا داعية لهذا الشرط الخلاصة 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 أنت لابد أن تعرب حتى تعرف ماذا تضع هل أضع الو هل أضع الألف هل أضع الياء ماذا أضع يعني أنا لابد أن أعرب وهذا الدرس يعني كرره عدة مرات حتى يثبت ويتقن بفضل الله عز وجل ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى موضوع مهم من جدا ألا وهو الممنوع من الصرف هذا الدرس يعاني منه بعض إخواننا ويقولون إن فيه صعوبة أقول بفضل الله عز وجل نحن سنعرضه بطريقة ميسرة إن قدر الله عز وجل وشاء أقول الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين أنا سأعرض عليك عدة أسماء الدرس هذا يتحدث عن الأسماء لا يتحدث عن الأفعال ولا عن الحروف أبدا انتبه نحن نتحدث عن الأسماء الممنوع من الصرف ليس إلا اسما انظر معي أقول أحمد طالب النشيط أنت الآن ترى أن بعض الكلمات قد حرمت من التنوين وبعض الكلمات نونت هذا هو درسنا ما الذي ينون وما الذي يمنع من التنوين ما الذي يصرف وما الذي يمنع من الصرف الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين هذه ممنوعة من التنوين نعم إذن هي ممنوعة من الصرف شو هم الكلام؟ حرمناها من التنوين منعناها من التنوين هذا هو الممنوع من الصرف إذن كلمة أحمد ليست منونة وكلمة طالب منونة هذا هو درسنا لماذا لم تنون هذه الكلمة ولماذا نونت تلك هذا هو درسنا إن شاء الله تعالى أقول أحمد ولا أقول أحمد أقول إبراهيم ولا أقول إبراهيم لماذا هذا ما نراه إن شاء الله تعالى قبل أن نتناول ذلك الدرس بالشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى نحن مع شيء مهم جدا ينفعنا في هذا الدرس وفي غيره إن شاء الله ألو هو الميزان الصرفي أنا سأذكره باختصار شديد جدا فكن معي وركز الدرس طويل فيعني أسأل الله عز وجل أن يسره انظر معي أنا لو قلت المدرسة فما الأحرف الأصلية لهذه الكلمة البيوت لها قواعد كذلك عندنا الكلمة لها قواعد لها أساس أين أساس الكلمة أنت تبحث عن ثلاثة أحرف أصلية ما الأحرف الأصلية لهذه الكلمة نقول دارسا المدرسة أتت من الأصول دارسا طيب أنا مثلا أقول تقاتل ما الأصول أنا أريد ثلاثة أحرف أصلي أين نعم قتل طيب أقول مثلا أحسن أين الحروف الأصلية نعم الحاء والسين والنون هذه الأحرف الأصلية طيب أقول عمر طبعا هذه ثلاثة أحرف هي أصول العين والميم والراء إذن المدرسة درسة وكذلك مثلا دارس درسة مدرس درسة مدرسة درسة تدريس درسة دارسون درسة وهكذا تقاتل قتل مقاتلة قتل قتال قتل وهكذا أحسن الحاء والسين والنون إحسان الحاء والسين والنون تحسن الحاء والسين والنون عمر العين والميم والراء عامر العين والميم والراء عمرة العين والميم وهكذا طيب أقول مثلا استفهام نعم فاهمة الفاء والهاء والميم اعلم دائما أن الفعل السداسي طبعا الهمزة والسين والتاء تكون في الفعل السداسي إذا رأيت الهمزة والسين والتاء فلتعلم أن هذا الفعل سداسي واعلم أن الهمزة والسين والتاء تكون زيادة يعني زيادة على الأصل فهمت استفهام فهم استخرج خرج استعلم علم هذه الأصول استكتب كتب وهكذا استرجع راجع استخرج خرج استولى ولي طيب أقول عطشا نعم أحسنت العين والطاء والشي عطشا وهكذا جوعان الجيم والواو والعين ضمآن الزاء والميم والهمزة وهكذا إذن عندنا أصول ثلاثة عندنا ثلاثة أحرف أصلية عندنا ثلاثة أحرف أصلية تبنى عليها الكلمات هذا في الأغلب هذا في الأغلب انظر معي العلماء يزنون هذه الثلاثة الأصلية الحروف الأصلية الثلاثة يزنونها بفاعة لا أضعوا الفاء تحت الدال أضعوا العين تحت الراء أضعوا اللام تحت السيد أنا ماذا فعلت؟ أنا وضعت تحت الحروف الأصلية أو تحت الأحرف الأصلية وضعت الفاء والعين واللام في الكلام صعوبة؟ ليس في الكلام صعوبة أبدا إن شاء الله أنا وضعت فعلة تحت الأحرف الأصلية طيب ماذا أفعل؟ هذه الزيادة الألف واللام والميم والتاء تنزل كما هي تنزل كما هي ما وزن المدرسة؟ المفعلة انظر المدرسة المفعلة نفس الوزن تشعر أن النطق واحد المدرسة المفعلة وهكذا اتضح الآن الكلام؟ ماذا فعلت؟ أنا وضعت تحت الأصولي الفاء والعين واللام والزيادة تنزل كما هي تقاتل نحن قلنا إن الأصول هي القاف والتاء واللام هذه الأصول كم؟ ثلاثة أنا ماذا أضع تحتها؟ أضع الفاء والعين واللام أين أضع الفاء؟ هل تحت التاء؟ تضع الفاء تحت القاف أين أضع العين؟ تحت الألف؟ لا تضع العين تحت التاء تضع اللام تحت اللام أنت تضع هذه الأحرف تحت الأصول الفاء أضعها تحت القاف تقابل القاف العين تقابل التاء اللام تقابل اللام أين الزيادة؟ التاء والألف التاء والألف ننزلهما كما هما فنقول تقاتل تفاعل نفس الوزن تشعر أن النطق متساوين تقاتل تفاعل وهكذا فهمت طيب نجرب هذا الكلام في كلمة ثالثة أقول أحسن أين الأصول الحاء والسين والنون أضع تحت هذه الأصول فعالا أين زيادة الألف أو الهمزة تنزل كما هي فأقول أحسن أفعالا نفس الوزن أحسن أفعالا المدرسة المفعالة تقاتل تفاعل أحسن أفعالا وهكذا عرفت الوزن طيب كلمة رابعة عندنا عمر طبعا عمر يعني هذه ثلاثة أحرف تنزل كما هي أصولا يعني أقول فعال انظر إلى الضمة الضمة على الحرف الأول نضع ضمة على الحرف الأول فهم الكلام عمر فعل وهكذا طيب استفهمة الأصول هي فاهمة أنا أضع تحت الأصول أضع تحت هذه الأصول أضع فعالا أين أضع تحت الفاء فاء أضع تحت الهاء عينا أضع تحت الميم لاما يعني أنا لا أضع الفاء تحت الهمز أين الزيادة الهمزة توسين وتنزل كما هي أقول استف هما استف فعالا نفس الوزن تشعر أن النطق متساون طيب الكلمة الأخيرة عطشا هذه هذه الأصول أنا أضع تحتها فعلا طيب أين الزيادة الألف والنون تنزلان كما هما فعلا أقول عطشا فعلا هذا الكلام سنقابله في هذا الدرس وفي غيره إن شاء الله الوزن مهم جدا هذا يعني باختصار أختصر درس الميزان الصرفي وتحت الثالث اللام وهكذا وزيادة تنزلها أنت كما هي فهم هذا الكلام طيب انتقل معي إلى ما هو مهم جدا جدا ما هو أقول عندنا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة وأبدأ مع الحفظ الحفظ من هنا بداية الحفظ من هنا إن شاء الله أقول ما يمنع من الصرف لعلة واحدة ما هذا عندي أولاً صيغة منتهى الجموع كيف هذا أقول مثلاً مساجد طيب تعالوا نختصر اختصاراً شديداً جداً إن شاء الله عز وجل أقول صيغة منتهى منتهى بمعنى نهاية صيغة منتهى الجموع معنى ذلك أن الكلمة ستكون جمعاً نعم ستكون جمعاً تكسير انظر معي مساجد جمع لمسجد طبعاً هذا جمع تكسير كما عرفت ليست جمع مذكار سالماً وليست جمع مؤنس سالماً هي جمع تكسير انظر إلى الألف انظر كم حرفاً قبله إثناء كم حرفاً بعده إثناء الكلمة جمع نعم في وسطها ألف نعم قبل الألف حرفان نعم بعد الألف حرفان نعم هذه صيغة منتهى الجموع طيب اتني أنت بكلمة على هذا الشكل ها ماذا نقول نعم عظائم عظائم عظا ام احسنت مفاوز احسنت ماذا أيضاً نعم مسالك على هذا الشكل كذلك عندنا شكل أخر لصيغة منتج جمع ترى الألف طيب قبلها كم حرفاً إثناء بعدها كم حرفاً ثلاثة انتبه انظر إلى هذه الثلاثة الأخيرة في وسطها ياء في وسطها ياء الياء طبعاً ساكنة والأصوب أن نقولها هي امتداد للكسر لكن تجاوزاً سنقولها هي ساكن أعيد ترى الألف هذه الألف ماذا قبلها قبلها حرفان ماذا بعدها بعدها ثلاثة وسطها ساكن هذه صيغة منتج جمع طيب انظر إلى عباقرة ليست هذه الكلمة صيغة لمنتج جمع كيف ليست صيغة منتج جمع لماذا ها من يجيب نعم الراء مفتوح نعم هنا ألف قبلها حرفان ونعم بعدها ثلاثة لكن هناك شرط هذه الثلاثة الأخيرة لابد أن يكون وسطها ساكناً طب هل الراء ساكنة؟ ليست ساكنة إذن هذه ليست صيغة منتهى الجمع ماذا أقول؟ هل أقول مساجد خطأ لا أقول مساجد بالتنوين إنما أقول مساجد أو مساجدا بضمة واحدة أو بفتحة واحدة فانتبه بضمة واحدة أو بفتحة واحدة أو بكسرة واحدة إنما لا أقول مثلا مساجد عصافير نحن اتفقنا أن الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين يحرم ويمنع من التنوين كذلك ما يمنع من الصرف لعلة واحدة المختوم بألف تأنيس مقصورة كيف ذلك؟ أعطني مثالا أقول كبرى كلمة كبرى بأي حرف انتهت؟ ما آخر حرف؟ الياء خطأ هل أنا قلت كبري؟ أنا قلت كبرى انظر إلى الألف واستمع إليها كبرى را آخر حرف هو الألف هو نعم كتب ياء لكنه في النطق ألف هو يكتب على شكل الياء إنما هو ألف إذن هذه الكلمة انتهت بألف انظر المختوم بماذا؟ بألف بألف تأنيس هذه الألف للتأنيس؟ نعم بألف تأنيس مقصورة كيف أعرف؟ أولا قلنا إن آخر حرف هو الألف ما تشكله وما ضبط الرأي؟ ضبط الرأي الفتحة يعني عليها فتحة ضبط الرأي أنها مفتوحة طيب يعني معنى ذلك أن كل ألف قبلها مفتوح اسم مقصور نعم اسم مقصور لكن هنا في هذا الدرس نشترط أن تكون الألف زائدة لكن لن أخذ في ذلك كثيرا باختصار اسم معرب هذا اسم المقصور اسم معرب آخره ألف مفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها باختصار أعطني مثلا آخر أقول صغرى عظمى أبلى مثلا وهكذا وأقص على ذلك إذن نحن الآن عرفنا ما يمنع من الصرف العلات المحل فهمت؟ طيب نحن الآن أخذنا صيغة منتهى الجموع وعرفنا أن لها شكلين وعرفنا بعد ذلك المختومة بألف تأنيث مقصورة ثالثا عندنا المختوم بألف تأنيث ممدودة هذه ألف تأنيث مقصورة هذه الممدودة عرفنا المقصورة ألف وما قبلها مفتوح طيب الممدودة أعطني لها مثالا قلوا صحراء انظر إلى المد صحراء مد همزة وقبلها ألف مد أعطني مثالا آخر خضراء صفراء بيضاء جرداء وهكذا وهكذا هو اسم المعرب ويكون على هذا الشكل آخر همزة قبلها ألف مد انتبه إلى شيء مهم جدا هذه الهمزة ما ترتيبها هي الخامسة هذه الهمزة في خضراء ما ترتيبها هي الخامسة طيب انظر إلى كلمة سماء ما ترتيب الهمزة الرابعة هي الحرف الرابع طيب أقول لابد أن تكون الآلف والهمزة مزيدتين أعد أين أصول صحراء درسنا الأصول منذ قليل أصول المدرسة درسة تدريس درسة التعليم علم الشارع شرع المكتبة كتبة الحاسب حسب الكتاب كتبة الأقلام القف واللام والميم وهكذا التأنيث الهمزة والنون والساء خضراء الخاء والضاد والراء هذا هو الكشف المعجم الحروف الأصلية طيب ما أصول صحراء الصاد والحاء والراء انتبه الصاد هي الحرف الأول الحاء الحرف الثاني الراء الحرف الثالث هذه ثلاثة أحراء ثم الألف الحرف الرابع والهمزة الخامس أنا تكون الهمزة هي الحرف الخامس تعرف لماذا؟ أريد ثلاثة أحرف أصلية ثم بعد ذلك الألف وماذا؟ والهمزة طيب سماء ليست الهمزة خامسة إذن هذه الكلمة ليست ممنوعة من الصرف ليست ممنوعة من الصرف لهذا السبب هي قد تمنع من الصرف إن أطلقت على فتاة إنما لهذا السبب ليست ممنوعة من الصرف فهمت الكلام؟ طيب إذن نحن عندنا ما يمنع من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة عندنا ثلاثة أشياء صيغة منتهى الجموع المخطوم بألف تأميس مقصورة أو ممدود ما يمنع لعلتين العلة الأولى علم وعلة أخر أولا العجمة الزائدة على ثلاثة أحرف العجمة ما معنى العجمة؟ العجمة بمعنى الشيء غير العربي يعني مثلا عندنا شيء أجنبي أقول مثلا باريس جورج أمريكا وهكذا هذه الكلمات ليست عربية هي أعجمية هنا العجمة الزائدة على ثلاثة أحرف العجمة الزائدة على ثلاثة أحرف انظر إلى هذه المعلومة قال العلماء كل أسماء الأنبياء ممنوعة إلا ستة كل أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا ستة ما هذه الستة؟ محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيد احفظ هذه الثلاثة معا محمد وصالح وشعيد وهود ونوح ولوت ستة طيب هل معنى ذلك أن مثلا كلمة إسماعيل هل معنى ذلك أنها مثلا مثلا كلمة إنجليزية ليس معنى ذلك أنها كلمة إنجليزية العجمة ليس شرطا كلمة إذا لم تكن عربية كانت فرنسية أو إنجليزية فقط لا يعني مثلا كلمة إسماعيل أظن أنها كلمة سريانية معناها إسمع يا الله هي ليست كلمة عربية ليست كلمة عربية كل أسماء الأنبياء ممنوعة بسبب العجمة إلا هذه ستة وتحفظ انظر إلى التنوين محمد إنما مثلا إسماعيل أو إبراهيم أقول إسماعيل إبراهيم ولا تقول إبراهيم انتبه هذه الستة هي المصروف وكل ما عداها ممنوع هذه الستة في أسماء الأنبياء هذه الستة هي التي تضع عليها تنوينا فقط إنما إبراهيم لا تضع عليها تنوينا إسماعيل شعيب إسحاق يعقوب كل هؤلاء لا تضع على أسمائهم تنوينا فانتبه بعد ذلك التأنيس وقبل أن ننتقل إلى التأنيس قد يسأل سائل عن أسماء الملائك أقول أسماء الملائكة كذلك من هذا النوع من الأسماء الأعجمية جبريل، إصرافيل، ميكايل كلها أسماء أعجمية فلا تضع ضمتين أو فتحتين لا تضع تنوينا أنت تضع ضمة واحدة إذن عندنا العجمة الزائدة على ثلاثة أحرف عندنا التأنيس التأنيس فيه كلام كثير يعني يفصلون فيقولون التأنيس الزائد أنا طبعا أنت لا تحفظ هذا ما أقول الآن لكن أنا سأختصر إن شاء الله لكن أنا أعرفك بما يقولون هم يقولون وليس خطرا هم يقولون العالم المؤنث الزائد على ثلاثة أحرف وهنا طبعا هذا ممنوع من الصرف وإذا كان ثلاثيا ساكن الوسط يجوز فيه الصرف والمنع وإذا كان متحرك الوسط يجوز المنع هذا الكلام أنا لن أحفظه لك إن شاء الله تعالى أنا أحفظك شيئا يسيرا جدا ونختصر اختصارا شديدا جدا ولن نخل بالمضموني إن شاء الله تعالى أنظر أقول مثلا فاطمة معاوية هند مصر هذه أعلام مؤنثة يعني أظن أنك تقول إن كلمة معاوية كيف تكون مؤنثا أقول هي مؤنثة في اللفظ فيها تاء التأميس أما في المعنى فهي تطلق على ذكر فهمت لفظها فيه تاء هي مؤنثة لفظا لا معنى في اللفظ فقط معاوية طلحة أسامة مثلا هذه كلمة مؤنثة في اللفظ في اللفظ فقط أما معناها فهي تطلق على مذك أختصر فأقول واحفظ معي هذا الكلام أقول كل عالم مؤنث كل أنا لا أفصل لا أقول أكثر من ثلاثة أحرف أو على ثلاثة أحرف لا انتبه معي واستمع كل عالم مؤنث ممنوع من الصرف القاعدة يسيرة ليس فيها أدنى صعوب كل عالم مؤنث أي اسم فتاة أنت تعرفه أو لا تعرفه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف كل عالم مؤنث تسمع عنه أو لا تسمع عنه ممنوع من الصرف طيب بعد ذلك أقول عندنا زيادة الألف والنون زيادة الألف والنون كيف هذا؟ يعني مثلا عثمان عفان شعبان عدنان كل هذا مزيد من الألف والنون نحن درسنا منذ قليل الأصول فما أصول عثمان؟ العين والساء والمي طيب إذن الألف والنون مزيدة نعم عفان العين والفاء والفاء شعبان الشين والعين والباء عدنان العين والدال والنون إذن الألف والنون مزيدة في كل هذه الكلمات هذا شرط أقول عثمان عثمان لا تضع تنوينا أبدا على الممنوع من الصرف طيب بعد ذلك أقول على وزن الفعل وهذا يحتاج إلى مزيد تركيز كيف هذا؟ أقول أحمد يزيد كيف هذا؟ انظر معي لو أن أمامك ورقة لكان أفضل أقول مثلا واكتب عندك أنا أحمد الله أكتب تحتها أحمد طالب أيهما الاسم؟ أنا أحمد الله هل كلمة أحمد؟ اسم؟ نعم هي فعل أنا أحمد الله أنت تحمد الله هي تحمد الله نحن نحمد الله هذا فعل طيب أحمد طالب اسم أحمد مشتركة بين الفعلية والاسمية؟ نعم جاءت مرة فعلا ومرة اسما هذا أسميه على وزن الفعل أسميه على وزن الفعل كلمات يصح أن تستعمل أفعالا ويصح أن تستعمل أسماء الدرس أصلا يتحدث عن الأسماء الممنوع من الصرف لا يكون في الأفعال أبدا ولا في الحروف إذن أحمد يصح أن تطلق على فعل أو أن تستعمل فعلا ويجوز أن تستعمل اسما فهمك هذا هو وزن الفعل يزيد أقول واكتب عندك يزيد الماء في الإناء طبعا يزيد هنا فعل طيب يزيد بن معاوية قائد يزيد هنا اسم نأخذ الاسم ممنوعا من الصرف هذا وزن الفعل يعني هناك كلمات يصح أن تستعمل فعلا وأن تستعمل اسما هذا وزن الفعل طيب أقول بعد ذلك عندنا على وزن فعل كيف أعطني مثالا عمر زحل جحة زحل كوكب هبل صنم الجاهلي والعزو بالله طيب ما وزن عمر نحن أخذنا الوزن فعل زحل فعل جحة فعل وهكذا إذن الآن عندنا العجمة الزائدة على ثلاثة أحرف عندنا التأنيث عندنا زيادة الألف والنون عندنا وزن الفعل عندنا وزن فعا لو سألك كلمة عمر ممنوعة من الصرف نقول نعم لماذا لا تقول هي على وزن فعا لا تقول هي عالم أولا عالم على وزن فعا لا تنسى هذه الكلمة مصر ممنوعة من الصرف نعم لماذا تقول هي عالم مؤنس عندنا أخيرا التركيب المسجي ما معنى التركيب المسجي؟ التركيب المسجي كلمتان ركبتا معا فأعطيتا معنا جديدا كيف هذا أنا ما فهمت شيئا أقول مثلا نيو يورك نيو بمعنى جديد ويورك أظن أنها بمعنى مدينة هذا على أغلب ظني فيكون المعنى المدينة الجديدة فيكون المعنى المدينة الجديدة نيو يورك نيو لها معنى ويورك لها معنى ولما أضيفت الكلمتان إلى بعضهم البعض أعطيت معنا جديدا يعني مثلا هل يصف أن تقول لإنسان أنا سأسافر إلى نيو؟ لن يفهم طيب أنا أسافر إلى يورك؟ لن يفهم إنما أنا أسافر إلى نيو يورك سيفهم سيفهم الآن وإن كان السفر إلى بلاد الكفار له ضوابط يعني لا يجوز إلا بضوابط إذن هناك تركيب مسجي نيويورك بور سعيد بور سعيد بور بورت ميناء وسعيد والخديو سعيد هل يصح أن تقول أنا أسافر إلى بور أنا أسافر إلى سعيد لا يصح إنما أنا أسافر إلى بور سعيد بور سعيد كلمتاني ركبة معا فأعطيت معنا جديدا بور لها معنا وسعيد لها معنا والكلمتاني معا ركبة معا فأعطيت معنا جديدا تماما أخيرا أقول ما يمنع من الصرف لعلتين عندنا صفة وعلة أخرى هنا علم وعلة أخرى لا هنا صفة وعلة أخرى أولا على وزن فعلان كيف أعطني مثالا أقول عطشان جوعان طيب قد يسأل سائل هنا الكلمة انتهت بالألف والنون وهنا الكلمة انتهت بالألف والنون فما الفرق نقول سؤال جميع عثمان علم إنما عطشان صفة هل أسمي أحدا بعمل عطشان لا هذه صفة صفة إن رأيت كلمة على وزن فعلان وكانت صفة مزيدة بعرف والنون فهي ممنوعة من الصرف صفة على وزن فعلان طيب عندنا على وزن أفعل كيف أعطني مثالا أقول أفضل طبعا نحن أخذنا الوزن أخذنا عطشان فعلان جوعان فعلان أفضل أفعل أعظم أفعل أحسن أفعل أعظم أفعل أكبر أفعل أصغر أفعل وهكذا وطبعا أفضل يسمونه اسم تفضيل أعظم يسمونه اسم تفضيل أي كلمة على وزن أفعل فيها معنى التفضيل بشروط معينة للتفضيل فهي اسم تفضيل أخيرا أقول عندنا لفظة أخر جمع أخرى أخر جمع أخرى إذا رأيت كلمة أخر فعدة من أيام أخر أخر ممنوعات من الصف لماذا؟ لأنها صفة على وزن فعل يعني يسمونه العد طبعا أنا تركت شيئا هنا وهو وزن فعال ومفعل من الواحد إلى العشر لا أرى له كثيرة حاجة يعني يحتاج إليه قليلا الخلاصة عندنا هنا في هذا المستطيل عندنا كلمات تمنع لسبب واحد هنا عندنا كلمات تمنع لسببي السبب الأول العالمية وعلة أخرى هنا عندنا كلمات تمنع لسببيني السبب الأول صفة والثاني علة أخرى هذا الدرس يحتاج إلى مزيد تكرير وكرره عدة مرات حتى يتقن إن شاء الله عز وجل طيب تعالوا ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى إعراب الممنوع من الصرف وهذا مهم جدا جدا أقول علامة رفعه الضمة وطبعا هذا لا صعوبة فيه هذه مدارس كثيرة أين الممنوع من الصرف؟ نعم مدارس وضعنا عليها ضمة واحدة هذه صيغة منتهى الجموع ما إعراب مدارس؟ أولا هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ مبتدأ ويحتاج إلى خبر إذن مدارس خبر مرفوع بالضمة لماذا لم تضع التنوين؟ نقول هذه الكلمة ممنوعة من الصرف ممنوعة من التنوين لماذا لأنها صيغة منتهى الجموع؟ ما إعراب كثيرة؟ نعة صفة المدارس أنها كثيرة نعة مرفوع بالضمة وضعنا هنا تنوينا لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليست ممنوعة من الصرف النطق هذه مدارس ولا تقول مدارس هذه مدارس كثيرة فهم الكلام؟ وهذا لا صعوبة فيه أقول علامة نصبه الفتحة الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة عطني مثالا أقول رأيت مدارس كثيرة ولا تقول رأيت مدارسا عندنا فتحة واحدة رأيت فعل وفاعل مدارس مفعول به منصوب بالفتحة ونضع فتحة واحدة أما كلمة كثيرة فهي نعة منصوب بالفتحة ونضع تنوينا لأن لأن كلمة كثيرة ليست ممنوعة من الصرف وهذا أيضا لا صعوبة فيه ما علامة جره؟ هذا الذي فيه الكلام فيه تفصيل ما علامة جره؟ انظر معي إلى هذه الأمثلة أقول مررت مررت بالمدارس الكثيرة مررت بمدارس المدينة مررت بمدارس كثيرة ماذا لاحظت؟ طبعا الباء هنا في كل هذه الجمل حرف جر طيب في المثال الأول وضعنا كسر وهذا لا مشكلة فيه وفي الثاني وضعنا كسر وهذا لا مشكلة فيه في المثال الأخير وضعنا فتح مع أن الباء حرف جر لاحظ معي في الأول وضعت كسرة وفي الثاني وضعت كسرة وفي الثالث وضعت فتحة مع أن الباء هي الباء هي الباء في كل الأحوال هي حرف جر فلماذا وضعنا هنا كسرة؟ من يستمتج ولماذا وضعنا في المثال الأخير؟ فتحة هل معنى ذلك أن هناك جر بالكسرة وجر بالفتحة؟ أقول نعم أحسنت هناك جر بالكسرة وهناك جر بالفتحة وهذا هو الاسم الوحيد في اللغة العربية الذي يجر بالفتحة هو الممنوع من الصرف الآن أسأل سؤالا وأنت تستنتج متى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة؟ تستنتج أنت من خلال هذه الأمثلة الثلاثة متى يجر بالفتحة؟ انظر معي يجر الممنوع من الصرف بالفتحة؟ متى؟ في حالتين إذا لم يتصل بأل هل ترى هنا أل؟ لا الأمر الثاني أنه يجر بالفتحة إذا لم يأتي بعده مضاف إليه انظر إلى هذا المثال الثالث هل ترى أل؟ لا هل ترى مضافا إليه؟ لا كلمة كثيرة ليست مضافا إليه ما إعربها؟ هي نعت صفة المدارس أنها كثيرة إذن كثيرة نعت مجرور بالكسرة الخلاصة إذا رأيت أل فالجر بالكسر إذا رأيت مضافا إليه ما يعرب المدينة مدارس ليس فيها أل المدينة فيها وهنا إضاف إذن المدينة مضاف إليه مجرور بالكسرة إذا رأيت أل فالجر بالكسر إذا رأيت مضافا إليه فالجر بالكسر إذا لم تر أل ولا مضافا إليه فالجر بالفتح إذن متى يجر الممنوع من الصرف بالفتحة أقول إذا لم يتصل بأل انظر إلى المثال الثالث لم يتصل بأل وليس بعده مضاف إليه إذن الجر بالفتحة طيب أنا أسألك سؤالا كلمة مدارس هل فيها أل تقول لا هل بعدها مضاف إليه تقول لا إذن الجر بماذا بالفتحة أخطأت هل هنا جر هذه خبر هي ليست مجرورة هي مرفوعة ونفس الكلام يقال هنا هنا لم تتصل الكلمة بأل وليس بعدها مضاف إلي إذن الجر بالفتحة أقول أخطأت لماذا هذه الكلمة ليست مجرورة إنها منصوبة إنها مفعول به إنما هنا حرف جر هنا حرف جر فالجر بالكسر هنا حرف جر فالجر بالكسر هنا حرف جر فالجر بالفتح هذه الكلمة لم تسبق بأل ولم تضاف ليس بعدها مضاف إليه فالجر بالفتحة انتبه طيب تعالوا نعرب كلمة كثيرة ما إعرابها الباء حرف جر طيب ما إعراب مدارس أقول هي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة ما إعراب كثيرة أقول هي نعت مجرور لكن بماذا بالفتحة خطأ هل هذه الكلمة ممنوعة من الصرف حتى تجر بالفتحة ليست ممنوعة من الصرف ليست ممنوعة من الصرف إنها مصروفة إذن هي نعت مجرور بالكسرة قد يقول قائد أليس النعت يتبع المنعوت نقول بلى إنه يتبع طيب لماذا الجر بالكسرة هنا الجر بالفتح إذن هنا لابد أن يكون الجر بالفتح نقول خطأ هذا خطأ النعت يتبع المنعوت نعم مدارس مجرورة بالفتح لماذا؟ هي ممنوعة من الصرف كثيرة مجرورة أيضا لكن بالكسرة لأنها ليست ممنوعة من الصرف هذه مجرورة وهذه مجرورة لكن هذه مجرورة بالفتحة وتلك مجرورة بالكسرة انتبه إذن الخلاصة وهذا مهم جدا كرره عدة مرات حتى يتقن إن شاء الله أنت تستخدمه كثيرا جدا عند التحدث الممنوع من الصرف انتبه يكون مجرورا في حالتين إذا لم ترى فيه قال ولم يضف ويعني نتدرب إن شاء الله الآن على عدة أنثلة لعل الدرس فهمه يتقن بفضل الله تعالى عندنا آية قرآنية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أين الممنوع من الصرف أحسن؟ نعم كيف عرفنا؟ ها؟ من يجيب؟ نعم هي صفة على وزن أفعل نحن قد حفظنا ذلك صفة على وزن أفعل طيب نحن الآن في هذه الكلمة أمام حالة رفع أمام حالة نصب أمام حالة جر نحن أمام أي شيء نحن أمام حالة جر كيف عرفت؟ ألبقوا حرف جر طيب ما يعرفوا أحسن؟ أقول اسم مجرور بماذا؟ بالفتحة بماذا؟ لم تسبق هذه الكلمة بأل وليس بعدها مضاف إليه إذن الجر بالفتحة من حرف جر؟ ليس هنا مضاف إليه من حرف جر؟ الهاء ضمير مبني في محل جر بمن؟ إذن ليس هنا أل وليس هنا مضاف إليه إذن الجر بالفتحة فانتبه عندنا آية أخرى فعدة من أيام أخر أين الممنوع من الصرف؟ نعم أخر أخر صفة على وزن فعل أو يسمونه العذر طيب ما إعربه أخر؟ طبعا هي نعت صفة الأيام أنها أخر لكنه يعني يا ترى هل هو نعت مرفوع؟ هل هو نعت منصوب؟ هل هو مجرور؟ كيف أعرف؟ ننظر إلى المنعوت قبله وهو أيام أيام قد سبقت بمن؟ إذن هذا اسم مجرور بمن؟ وعلامة جره الكسرة أخر نعت مجرور لكن بالفتحة لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف لم يسبق بأل ولم يأتي بعده مضاف إليه إذن جر بالفتحة يعني ليس في الكلام صعوبة إن شاء الله وتعلم عندنا آية ثالثة وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ أين أول ممنوع من الصرف يقابلك؟ عندنا إسحاق طبعا نحن قلنا عند الشرح كل أسماء الأنبياء ممنوعات من الصرف ما عدا؟ من يذكرهم؟ ما عدا ستة ستة محمد وصالح وشعيد ومن؟ وهود ونوح ولوت إسحاق ممنوعات من الصرف يعقوب ممنوعات من الصرف ما إعربوا إسحاق؟ أقولوا الباء حرف جر إذن الجر إما أن يكون بالكسرة أو بالفتحة ننظر هنا هل هنا أل؟ لا هل هنا مضاف إلي؟ لا إذن الجر بالفتح الممنوع من الصرف يجر إما بالكسرة وإما بالفتح إذا لم نرأ أل ولم نرى مضافا إليه إذن الجر بالفتح طيب ومن وراء إسحاق يعقوب وراء ظرف وبعد الظرف مضاف إليه إذن إسحاق مضاف إليه لكن مجرور بماذا؟ بالفتحة لماذا؟ لم يسبق بأل ليس قبله أل وليس بعده مضاف إليه وكذلك يعقوب نفس الكلام كلمة مجرورة بالفتحة فبشرناها هذا تقدير الكلام فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق بشرناها بيعقوب ومن وراء إسحاق يعقوب فيعقوب مجرورة بالفتحة فانتبه لماذا؟ لأنها لم تسبق بأل ولم يأتي بعدها مضاف إليه بعد ذلك أقول عندنا مثال جميل أعجبت بسيرة عمر الفاروق وبسيرة حفصة بماته امتبه معنا أعجبت هذا أنا لم أقول أعجبت أنا قلت أعجبت بالبناء للمجهول والصواب أن أقول بالبناء للمفعول أنا لماذا أقول بالبناء للمجهول؟ هذا يستخدم كثيرا جدا لكن الصواب أن نقول بالبناء للمفعول أو بالبناء لما لم يسمى فاعل لأن الفاعل ليس دائما مجهولا المهم أعجبت هذا فعل ليس مبنيا للمعلوم إنه مبني للمفعول التاء تاء ليس التاء الفاعل إنها نائب فاعل نائب فتعرب نائب فاعل الباء حرف جر سيرة ليست ممنوعة من الصرف إنها مجرورة بالكسرة عمر هذا مضاف إليه كيف أعرف ضع هنا كلمة فيها أل مثلا أقول أعجبت بسيرة القائد إذن هنا مضاف إليه سيرة ليس فيها أل القائد فيه أل وهنا إضاف إذن هذا المكان فيه مضاف إليه إذن عمر مضاف إليه لكن يعني مجرور بأي شيء لا يوجد أل ولا إضافة هنا إذن الجر بالفتحة عمر مضاف إليه مجرور بالفتحة عمر الفاروق الفاروق لها إعراباني إما أن تكون بدلا أو نعتا لكن نحن سنعربها نعتا الفاروق نعتا مجرور بماذا ليس بالفتحة يعني هو ليس ممنوعا من الصرف إذن الجر بالكسر إذن النطق أعجبت بسيرة عمر الفاروق انتبه واضبط نطقك وبسيرة البق حرف جر سيرة اسم مجرور بالكسر وبسيرة حفصات هنا مضاف إليه كيف أعرف ضع كلمة فيها وبسيرة المرأة سيرة ليس فيها المرأة فيها وهنا إضاف إذن هذا المكان فيه مضاف إليه وبسيرة حفصات حفصة مضاف إليه لكن يا تور مجرور بأي شيء مجرور بالفتحة الكلمة لم تسبق بأل ولم يأتي بعدها مضاف إليه إذن هنا الجر بالفتحة أقول أخيرا أمرت بمهام وأنا لن أضبط كثيرة أنا أسألك الآن هل هذه الجملة فيها ممنوع من الصرف ركز معي هذا يحتاج إلى مزيد تركيز ليس فيها لا بل فيها فيها ممنوع من الصرف أين كثيرة لا ليست كثيرة ممنوعة من الصرف الممنوع من الصرف في هذا المثال كلمة مهام لماذا لأنها طبعا نحن نفصل الباء مهام ممنوعة من الصرف لماذا هي صيغة منتهى الجموع لماذا نحن درسنا أن صيغة منتهى الجموع يعني مثلا أعطني مثالا أقول مدارس عرفنا أنها كل جمع تكسير في وسطه ألف قبلها تسبقني حرفان وبعدها حرفان هنا ألف نعم قبلها حرفان افصل الباء افصل الباء قبل الألف حرفان بعد الألف حرف واحد أقوله أخطأت بعد الألف حرفان أين المكتوب أمامنا حرف واحد أقوله فوق الميم شدة انتق معي أمرت بمهام مام استمع إلى الميم الأخيرة بمهام مام الميم يعني تشعر أن نطقها ثقيد عليها شدة بمهام مام إذن الميم الأخيرة مشددة إذن بعد الألف حرفان إذن هذه الصيغة منتهى الجموع يا ترى الجر بأي شيء أقول الجر بالفتحة لماذا أقول لم تسبق الكلمة بأل وليس بعدها مضاف إليه إذن هي مجرورة بالفتحة أمرت بمهام مام ما إعربه كثيرة صفة المهام أنها كثيرة إذن كثيرة نعت لكن يا ترى مجرور بأي شيء ليست هذه الكلمات ممنوعة من الصرف إذن جروا بالكسرة إذن ما النطق أقول أمرت بمهام كثيرة فهم هذا الكلام هذا الكلام يعني أقول هو مهم جدا جدا كرره عدة مرات حتى يثقن هذا الدرس إن شاء الله عز وجل المرفوعات من الأسماء وهذا باب مهم جدا جدا نبدأه أولا إن شاء الله عز وجل بالفاعل ما معنى الفاعل وكيف أستخرجه من الجملة أقول الفاعل وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله كيف أطني مثالا أقول قام محمود قام فعل مات من الذي قام محمود من الذي فعل الفعل محمود إذن محمود هو الفاعل أقول فاعل مرفوع بالضمة أنا ماذا فعلت أنا وضعت ضمة على الدهل لأن الفاعل يكون مرفوعا هذا بداية طيب مثال آخر أقول يقوم الرجلان يقوم الرجلان يقوم فعل مضارع كيف عرفت قلنا قبل ذلك إن علامة المضارع أنه يقبل لم ضع قبل المضارع لم هذا علامة الفعل المضارع طيب من اللذان يقوم من اللذان فعل هذا الفعل الرجلان إذن الرجلان فاعل لكن مرفوع بماذا بالألف نحن أخذنا قبل ذلك المسنة وعرفنا أن المسنة يرفع بماذا بالألف نعم طيب أقول افعل الخير افعل الخير أين الفعل الخير خطأ هل الخير هو الذي يفعله نفسه افعل أنت الفاعل ضمير مستتر هنا هنا فاعل ضمير مستتر تقديره أنت افعل أنت اكتب أنت اقرأ أنت اشرب أنت وهكذا الفاعل ضمير مستتر إذا كنت تأمر مفردا مذكرا كأن تقول اكتب اقرأ انت تأمر رجلا مفردا مذكرا اذا الفاعل ضمير مستثر وجوبا ضمير مستثر وجوبا طيب اقول شارب الدواء المريض انتبه اين الفاعل الدواء خطأ هل الدواء هو الذي يشرب نفسه الفاعل هو الذي يفعل الفعل هو الذي يقوم بالفعل هو الذي يصدر منه الفعل انتبه هل الدواء هو الذي يشرب المريض لا من الذي يشرب المريض اذا المريض هو الفاعل فاعل مرفوع بالضم شرب اي شيء شرب الدواء اذا الدواء مفعول به منصوب بالفتح اعلم ان المفعول قد يقدم قد يأتي قبل الفاعل قد ليس دائما قد يأتي قبل الفاعل اذا امن الالتباس اذا فهم الكلام وامنا هذا الالتباس طيب هذا هو الفاعل يعني باختصار شديد الفاعل يفعل الفعل لا وانتبه الفاعل لا يأتي قبل الفعل اعيد الفاعل لا يأتي قبل الفعل يعني لا يجوز ان اقول محمود قام انتبه اذا قلت ذلك فمحمود مبتدأ اعيد الفاعل اذا تقدم على الفعل كان مبتدأا كان مبتدأا طيب انتقل معي ان شاء الله عز وجل الى نائب الفاعل ما نائب الفاعل اقول وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله ليس معه فاعل نعم اعطني مثالا اقول ضرب الطالب طبعا هذا يحتاج الى مزيد تركيز ومزيد شر اقول ضرب المعلم الطالب انتبه معي اين الفاعل المعلم المعلم هو الفاعل الفاعل معلوم نعم الفاعل مذكور نعم انا ذكرته ضرب المعلم هذا هو الفاعل عليه ضمه ضرب من ضرب الطالب اخطأ الطالب مثلا فضرب اذا الطالب وقع عليه الفعل وقع عليه الضرب اذا هو المفعول اين الفاعل المعلم المعلم هو الفاعل نعم الفاعل معلوم نعم إذن هذه الجملة نسميها مبنية للمعلوم في الكلام صعوبة الكلام ليس فيه صعوبة أبدا إن شاء الله إذا علم الفاعل فالجملة مبنية للمعلوم طيب أقول أيضا يضرب المعلم الطالبة أين الفاعل المعلم معلوم نعم إذن الجملة أيضا مبنية للمعلوم طيب انظر أقول ضرب الطالب من الذي ضربه الله أعلم الفاعل مجهول نعم الفاعل ليس مذكورا في الكلام نحن لا نعرفه نحن نجهله إذن هذه الجملة مبنية للمجهول فقد حذف منها الفاعل الصواب والأفضل أن أقول مبنية للمفعولي أو لما لم يسمى فاعل هذا هو الأصوب وهذا هو الأفضل لأن الفاعل ليس دائما مجهولا الخلاص إذا ذكر الفاعل فالجملة مبنية للمعلوم إذا حذف الفاعل فالجملة مبنية للمجهول فهمت هذا؟ طيب أنا أريد أن أحول الجملة من مبنية للمعلوم إلى مبنية للمجهول أو للمفعول كيف هذا وماذا نفعل؟ احفظ معي أقول أولا نحذف الفاعل احفظ معي الآن ثانيا نجعل المفعول به نائب فاعل ثالثا هناك تغيرات تحدث في الفعل مع الفعل الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره وانظر إلى هذه السين السين مكسورة السين مكسورة ولا تقل نكسر إنها بكسر السين طيب إذا كان مضارعا مع الفعل المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخره كيف هذا؟ أنا ما فهمت شيئا انظر معي نحذف الفاعل أين الفاعل؟ المعلم احذف المعلم احذف الفاعل أين المفعول؟ الطالب هذا المفعول قال نجعل المفعول نائب فاعل اجعل هذا المفعول نائب فاعل يعني ماذا أفعل؟ وماذا أقول؟ أقول ضرب الطالب أنا سأجعل هذا المفعول طبعا عليه فتح أنا سأجعل هذا المفعول سأجعله نائب فاعل يعني عليه ضم أعيد نحذف الفاعل نجعل المفعول نائب فاعل بمعنى أنني سأجعل هذه الفتحة ضمة سأجعل هذه الفتحة ضمة طيب ثالثا قال تغيرات تحدث في الفعل انظر إلى الضاد ضا را با انظر إلى هذه الضاد ضو ري با ماذا حدث؟ أنا ضمنت الأول الحرف الأول هذا قد ضمنته طيب ضا هذه الضو ماذا فعلت في ما قبل الآخر في الراء كسرت الراء كسرت الراء انظر ضو ري با كتب كتب لعب لعب فهم فهم غفر غفر ذكر ذكر وهكذا وهكذا إذن نضم أوله ونكسر ما قبل آخره هذا عن الفعل الماضي ضرب فعل الماضي انظر ماذا حدث نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر نضم ونكسر طيب ماذا فعلنا في الطالب؟ الطالب كانت مفعولا به كان عليها فتحة الآن عليها ضمة لماذا؟ لأنها أصبحت نائبة فاعل أصبحت نائبة فاعل مرفوعا بالضمة فهم الكلام عرفت كيف نحول الجملة من مبنيات للمعلوم إلى مبنيات للمجهول؟ فعلنا ثلاثة أشياء حذفنا الفاعل جعلنا المفعول نائبة فاعل ثم هناك تغيرات تحدث لهذا الفعل الماضي انتقل إلى هذه الجملة أين الفاعل؟ المعلم أقول احذف هذا الفاعل أين المفعول؟ الطالب أقول هذا المفعول سيكون نائبا عن الفاعل يعني ماذا أفعل؟ وماذا أقول؟ أقول يضرب الطالب ماذا فعلت؟ هذا المفعول عليه فتح أنا سأجعله نائبا فاعل بمعنى أن تكون عليه ضمة نائب الفاعل من مرفوعات الأسماء طيب أنا حذفت الفاعل جعلت المفعول نائبة فاعل فوضعت عليه ضمة فاعل أو ماذا فعلت في الفعل؟ انظر يض الياء مفتوحة ياء أنا ماذا فعلت فيها؟ ضمنتها انظر إلى المضارع نضم أوله يو يو ونفتح ما قبل آخره افتح الراء هي الحرف قبل الآخر يض را يض را يضربو الطالبو طيب يكتب يكتب يلعب 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 يفهم يفهم يقرأ يقرأ وهكذا يغير يغير فهمت الكلام؟ إذن نائب الفاعل يكون مرفوعا قد يكون مرفوعا بالضمة وقد يكون مرفوعا بالآلف كيف؟ أقول يضرب الطالبان يضرب الطالبان الطالبان نائب فاعل كيف عرفت؟ انظر إلى يضرب ليست مبنية للمعلوم لأنني لم أقل يضرب أنا قلت يضرب يو اليأو مضمومة وما قبل الآخر مفتوح إذن هذا الفعل ليس مبنيا للمعلوم إنه مبني للمجهود والصواب أن أقول مبني للمفعول طيب ما يعرب الطالبان؟ أقول نائب فاعل مرفوعا بماذا؟ بالألف قد يسأل سائل هذه الكلمة كلمة الطالبان نائب فاعل؟ نعم لماذا هذه الكسرة؟ نقول نون المسنى دائما مكسورة نون المسنى دائما مكسورة سواء كانت الكلمة مرفوعة أو منصوبة ومجرورة طالباني أو الطالبيني بكسر النون في جميع الحالات فهم نائب الفاعل؟ طيب ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى المبتدأ أقول هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظي هذا الكلام فيه صعوبة انظر أقول القرآن كلام الله باختصار شديد المبتدأ اسم هذا أولا وغالبا ما يقع في أول الكلام غالبا أنا ما قلت دائما غالبا يكون في أول الكلام في أول الكلام غالبا وأنت تتحدث عنه بما بعده يعني أنا كيف عرفت ولا تقول عرفت كيف عرفت أن هذه الكلمة مبتدأ نقوله هي اسم وقع في أول الكلام تحدثنا عنه أو أخبرنا عنه بما بعده إذن هذه الكلمة مبتدأ والمبتدأ من مرفوعات الأسماء تقوله هو مبتدأ مرفوع بالضمة طيب ما إعرب كلام أقول خبر لماذا؟ لأنني أخبرت عن القرآن أخبرت بماذا؟ لأنه كلام الله إذن كلمة كلام خبر مرفوع بالضمة كلام فيها آل؟ لا اسم وجللة الله فيه آل؟ نعم إذن اسم وجللة الله مضاف إليه وهذا يعرف ويحفظ هذه الكلمة ليس فيها آل وهذه الكلمة فيها آل وهنا إضافة أنا أضفت الكلام إلى الله إذن اسم وجللة الله مضاف إليه مجرور بالكسر وهذا سنعرفه بعد ذلك في حينه إن شاء الله تعالى طيب انظر معي أقول المسجدان كبيران نحن اتفقنا على أي شيء على أن نون المسنى دائما مكسورة المسجدان كبيران لابد من هذه الكسرة ما إعرب المسجدان نقول هو اسم وقع في أول الكلام تحدثنا عنه أو أخبرنا عنه بما بعده فهو مبتدأ مرفوع بأي شيء ها تذكر المسنى ما علامة رفعه نعم الألف إذن هو مرفوع بالألف وكبيران خبر مرفوع بالألف أقول المسلمون منتصروا ما إعرب المسلمون مبتدأ كيف عرفت أولا هو اسم وقع في أول الكلام أنا قلت المبتدأ غالبا لم أقل دائما غالبا غالبا ما يكون في أول الجملة المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ماذا ليس الضمة وليس الألف ماذا؟ الواو جامع المذكر السالم يرفعه بالواو ومنتصرون خبر مرفوع بالواو وانتبه أنا قلت نون المثنى دائما مكسورة أقول نون جمع المذكر السالم دائما مفتوح المسلمون نا منتصرون نا انتبه لا تقول المسلمون نون جمع المذكر السالم دائما مفتوحة فهم الكلام المبتدأ غالبا ما يكون في أول الجملة وطبعا تجده اسما وأنت تخبر عنه بما بعده فهم المبتدأ طيب بعد ذلك عندنا الخبر ما معنى الخبر؟ أقول وهو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ كيف؟ أعطني مثالا أقول زيد قائم ما إعراب زيد؟ نعم مبتدأ اسم وقع في أول الكلام وأخبرنا عنه بما بعده مبتدأ أنا أخبرت عن زيد بأنه قائم إذن قائم هي الخبر الخبر يعني يخبر يخبر أنت تخبرني بكلمة قائم تخبرني عن أي شيء عن زيد طيب العصفور فوق الشجرة العصفور مبتدأ وفوق ظرف ونسميه شبه جملة نسميه شبه جملة وشبه الجملة هو الخبر إذن الخبر قد يكون شبه جملة متبهت معي طيب وما إعراب الشجرة؟ أقول بعد الظرف مضاف إليه فوق الشجرات بعد الظرف معنوة مهم بعد الظرف هذا ظرف بعده مضاف إليه طيب أقول في الدار طفل وانتبئ إلى هذه الصورة في الدار طفل في حرف جر ما إعراب الظرف اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة في الدار هذا يعني كلام ليس في صعوب انتبه طرى هاتين في الدار هذا حرف جر وهذا اسم مجرور هذان معن طرى هما في الدار هذان معن نسميهما شبه جملة أعيد شبه الجملة إما أن يكون ظرفا أو جرا ومجرورا ماذا نسمي هاتين الكلمتين نسميهما شبه جملة كلمة طفل نكرة نعم في الدار شبه جملة نعم بعدها نكرة نعم انتبه معي شبه الجملة نقول إنه خبر مقدم انتبه إلى هذا مهم جدا أعيد شبه الجملة نقول إنه خبر مقدم طبعا هذا غليبا وكلمة طفل طبعا هي نكرة أقول إنها مبتدأ مؤخر أعيد شبه الجملة أقول خبر مقدم يعني معنى ذلك أن كلمة في خبر لا أنا ما قلت ذلك طيب كلمة الدار خبر لا أنا ما قلت ذلك أنا قلت في الدار هما معا هما معا شبه الجملة معا يعني أقصد هاتين الكلمتين معا خبر مقدم وطفل مبتدأ مؤخر انتبه إلى هذا في الدار طفل إذن طفل مبتدأ مؤخر ما نوع الخبر هنا نوعه شبه جملة طيب انظر معي أقول زايد عندك زايد مبتدأ أين الخبر كلمة عند ظرف ظرف مكا عند دا دا أدنه مفتوح والكاف مضاف إليه بعد الظرف مضاف إليه أنا قلت ذلك فوق الشجاراتي هذا ظرف بعد الظرف مضاف إليه كذلك عند ظرف ظرف مكا والكاف مضاف إليه انتبه قلت إن الظرف شبه جملة شبه الجملة هو الخبر إذن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون شبه جملة كذلك قد يكون جملة اسمية أو فعلي فهم الآن الخبر الخبر يخبر عن المبتدأ قبله باختصار شديد يخبر عن المبتدأ قبله طيب انتقل معي إلى ما هو مهم وهو اسم كان وأخواتها هذا الكلام مهم جدا أقول كان حفظ القرآن شائقا ولا تقول شيقا شيق بمعنى مشتق كان حفظ القرآن شائقا كان هذه التي تراها تحتاج إلى اسم وإلى خبر انتبه كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر كلمة حفظ هي اسم كان فكان ترفع اسمها انتبه كان ترفع اسمها أين الخبر القرآن خطأ كلمة حفظ فيها أل لا القرآن فيها نعم هنا إضافة نعم إذن القرآن مضاف للي أين الخبر كلمة شائقا أقول كان ترفع اسمها وتنصب خبرها احفظ هذا جيدا كان ترفع اسمها وتنصب خبرها اسم كان مرفوع وخبره كان منصوب فهم هذا الكلام أعطني مثالا آخر أقول ليس الله غافلا عما يعمل الظالم ليس من أخواتي كان وسنعرف أخواتي كان إن شاء الله الآن ليس من أخواتي كان ليس تحتاج إلى اسم وإلى خبر أين اسمها نعم اسم الجليلات الله انظر إلى الضم ليس الله غافلا عما يعمل الظالم اسم جلالة الله اسمه ليس مرفوع بماذا بالضم مرفوع بالضم أين الخبر نعم غافلا ليس الله غافلا عما يعمل الظالم إذن كلمة غافلا هي خبر ليس خبر ليس منصوب بالفتحة اسمه ليس يكون مرفوعا خبر ليس يكون منصوبا طيب انظر معي أقول ومن دخله كان آمنا انتبه إلى هذه الصورة ومن دخله كان آمنا كان تحتاج إلى اسم وإلى خبر طيب أنا عندي كلمة واحد أنا ماذا أفعل أين اسم كان آمنا خطأ هل اسم كان يكون منصوبا هذه الألف تدل على أن هذه الكلمة منصوبة هو الآن ما وضع ضبطا لكن هذه الألف تدل على أن هذه الكلمة منصوبة هل اسمه كان اسمه كان يكون منصوبا لا كان ترفع اسمها وتنصب خبرها طيب هذه الكلمة منصوبة إذن هي خبره كان طيب أين اسمه كان كان هو آمنا انتبه ومن دخله كان آمنا التقدير كان هو آمنا اسمه كان محذوف تقدره هو وآمنا خبره كان طيب الآن ما أخواته كان حتى نحفظها إن شاء الله تعالى كان وأمس وأضحى هذه الثلاثة احفظها معا ظل وبات وصار وهذه الثلاثة احفظها أيضا معا كان أمس أضحى ظل بات صار بعد ذلك ليس وعندنا كذلك ما زال من فك ما فتئ ما برح ما دام وما تصرف منها انظر معا هذه الثلاثة احفظها معا كان أمس أضحى أمس يعني تيسيرا عليك إن شاء الله أمس للتوقيت بالمساء سنبدأ من المساء بعد المساء عندنا الضحى أضحى للتوقيت بالضحى تعرف وقت الضحى كان وأمس وأضحى احفظ هذه معنا بعد ذلك احفظ ظل وبات معا ظل للتوقيت بالنهار بعد الضحى نهار ثم بات البيتوتة المبيت كان أمس أضحى احفظ الآن ظل بات ثم أقول صار وليس صار للتحويل صار البرتقال عصيرا تفيد التحويل وليس للنفي وليس للنفي ثم بعد ذلك ما 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 هذه معنى ما زال من فك ما فتئ احفظ هذه معنى وأخيرا ما برح وما دام ما ما كان أمس أضحى ظل بات صار ليس ما زال من فك ما فتئ ما برح ما دام وما تصرف منه ما معنى ذلك يعني مثلا كان أو يكون أو كن طبعا بعض الأفعال ليس لها كل الصور يعني مثلا ما دام ما دام تلازم صورة الماضي لكن نحن الآن ندخل في تفاصيل نقول إن كان باختصار ترفع اسمها وتنصب خبرها باختصار باختصار ترفع اسمها وتنصب خبرها إذا وجدت بعد كان كلمة واحدة منصوبة فاعلم أن اسم كان محزوف فهم الكلام طيب انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله وتعالى إلى خبر إن وأخواتها أقول إن حفظ القرآن شائق انظر كان حفظه كان ترفع إن حفظه إن تنصب إن تنصب اسمها أين الخبر ها القرآن خطأ هذه الكلمة فيها قال لا القرآن فيها نعم إذن القرآن ها اسبق مضاف إليه نعم حفظ القرآني بالكسر إن تنصب اسمها إنما كان ترفع اسمها كان ترفع اسمها وتنصب خبرها إن تنصب اسمها وماذا وترفع خبرها هذا خلاف ذلك كان ترفع وتنصب إن تنصب وترفع انتبه وكرر ذلك عدة تمرات حتى يحفظه إن شاء الله وتعالى طيب أقول لعلك تصوم غدا لثنين لعل من أخوات إن واتصل بها ضمير أقول إن هذا الضمير هو اسم العل انتبه كل ضمير يتصل بالحرف الناسخ كل ضمير يتصل بالحرف الناسخ فهو اسمه إذن أين اسم العل هذه الكاف أين الخبر جملة تصوم تعرف أين الفعل أين نعم ضمير مستثر هنا تصوم أنت غدا لسنين طبعا غدا ظرف إذن الآن نحن عرفنا أن إن تنصب اسمها وترفع خبرها ما أخوات إن انظر معي عندي إن بكسر الهمزة وتجديد النون أنا لم أقل إن أنا قلت إن أنا بشدة أنا بشدة كأن احفظ هذه الثلاثة معا إن أنا كأن لكن ليت لعل أعيد إن بكسر الهمزة أنا بفتح الهمزة وأضف كافا كأن إن أنا كأن لكن ليت لعل إن أن كأن لكن ليت لعل هذه أخوات إن ماذا تفعل تنصب اسمها وترفع خبرها فهم هذا الكلام ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى التابع للمرفوع أقول وهو أربعة أشياء النعت والتوكيد والعطف والبدل أولا النعت أقول هذا خطيب بليغ أنا سأقتصر إن شاء الله عز وجل على الحديث عن النعت المفرب فهذا ما يحتاجه المتحدث إن شاء الله تعالى هذا خطيب بليغ هذا طبعا مبتدأ خطيب أنا أخبرت عن هذا بأنه خطيب إذن هذا خبر كلمة خطيب خبر ما صفته بليغ إذن بليغ صفة أنا وصفت الخطيبة بأنه بليغ إذن بليغ صفة أو نعت الصفة هي النعت انظر وكلمة خطيب منعوت الكلمة الأخيرة هذه نعت أنا أصف بهذه الكلمة أصف من أصف الخطيب إذن الخطيب منعوت الكلمة الأولى منعوت والأخيرة نعت طيب انظر معي كلمة بليغ نكرة نعم نحن درسنا النكرات والمعارف كلمة خطيب نكرة نعم هذه نكرة وهذه نكرة نعم انظر هذه نكرة وهذه نكرة هذا نعت وهذا منعوت طيب انظر معي اقول ان الخطيب البليغ محبوط اين النعت احسنت البليغ طيب اين المنعوت نعم احسنت الخطيب انا اصف الخطيبة بانه بليغ اذا البليغ نعت والخطيب منعوت طيب هذه الكلمة وهي كلمة البليغ معرفة نعم والخطيب معرفة انظر البليغ معرف والخطيب معرف خذ من هذا ان النعت المفرط تجد فيه انظر تجد نكرتين او معرفتين النعت هو الكلمة الاخيرة انظر نعت ومنعوت المنعوت اولا ثم النعت المنعوت اولا ثم النعت الكلمة الاخيرة هي النعت وقبلها المنعوت اما ان تجد نكرتين والثانية تصف او تجد معرفتين والثانية تصف فهم الكلام طيب اقول خلق الله الكثير دليل على عظمته اين النعت نعم الكثير اين المنعوت الله خطأ انا اصف الله لا انا اصف خلق الله اذا المنعوت هو خلق اصف الخلق بانه كثير اقول خلق الله الكثير انظر خلق الله الكثير اذا الكثير هي النعت اين المنعوت خلق انا اصف كلمة خلق خلق الله الكثير كلمة الكثير معرفة نعم كلمة خلق معرفة نعم انظر معرفتاني أو ناكرتاني هاتاني معرفتان أو ناكرتان تفهم الكلام طيب أنا الآن أريد أن أعرب بالتفصيل كلمة بليغ يعني هي نعت المرفوع هي نعت المنصوب هي نعت المجرور كيف أعرف أقول النعت انظر النعت يتبع المنعوت في الإعراب أعيد هذه الكلمة انظر كلمة خطير مرفوعة نعم ما بعدها مرفو وهو النعت منصوبة نعم ما بعدها منصوب مجرورة نعم ما بعدها مجرور إذن النعت يتبع المنعوت قبله طيب نريد أن نعرب قلنا هذا مبتدأ اسم إشارة لبني في محل رفع مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر طيب هذه الكلمة خبر نعم أقول منعوت ليست إعرابا هي تعرب خبرا طيب ما صفة الخطيب بليغ إذن بليغ نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم لماذا رفع لأن المنعوت قبله مرفوع فهم الكلام طيب نريد أن نعرب كلمة البليغ ما إعرابها ننظر إلى المنعوت قبلها هنا فتحة نعم لماذا لأن اسم إنا يكون منصوبا إذن البليغ نعت منصوب بالفتحة الكلام ليس فيه صعوبة أبدا إن تنصب اسمها وترفع خبرها إن لها اسم ولها خبر البليغ نعت منصوب بالفتحة لماذا لأن النعت يتبع المنعوت طيب ما إعراب الكثير أين المنعوت خلق خلق هذه مبتدأ مرفوع بالضمة واسم الجلالة ها هي ما يعربه أحسنت مضاف إليه كلمة خلق ليس فيها أل واسم الجلالة فيه أل وهنا إضافة إذن اسم الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالكسرة الكثير نعت المرفوع لماذا لأن المنعوت مرفوع انظر ضمة وضمة ضمة وضمة أنا أنظر إلى المنعوت انظر إلى النعت النعت هذا يتبع المنعوت فهمت هذا مرفوع فهذا مرفوع إذا كان هذا منصوبا فهذا منصوب إذا كان هذا مجرورا فهذا مجرور النعت يتبع المنعوت قبله أقول خلق الله الرحمن كثير أين النعت الرحمن أحسنت طيب أين المنعود خلق خطأ أنا أصف الخلق بأنه رحمن لا إنما أنا أصف الله بأنه رحمن انتبه هذا خلق الله الكثير انظر إلى الكثير الكثير هو الخلق إنما هنا خلق الله الرحمن من الرحمن الله وليس الخلق فهم خلق الله الكثير من الكثير الخلق خلق الله الرحمن من الرحمن الله إذن أنا هنا أصف الله سبحانه وتعالى وهنا أصف الخلق فانتبه خلق الله الكثير خلق الله الرحمن فانتبه الرحمن نعت والله بسم الجلال منعوت أنا أريد أن أعلم الرحمن أقول نعت طيب يا تورا مرفور منصوب مجرور كيف أعرف ما أنظر إلى المنعوت قبله وهو بسم الجلالة الله هذا مضاف إليه بسم الجلالة الله مضاف إليه إذن النعت مجرور بالكسرة أقول أمتعتني قراءة الهادئة لكتاب الله أين النعت نعم الهادئ طيب أين المنعوت أنا وصفت بكلمة الهادئة أي شيء وصفت القراءة بأنها هادئة إذن المنعوت هو قراءة أو قراءتي طيب أريد أن أعرب كلمة الهادئة امتعتني هذه الياء تعود علي أنا يقول متكلم أمتعتني ما التي أمتعتني القراءة إذن هي الفاعل هي التي أمتعتني إذن القراءة فاعل مرفوع لكن بضمة مقدرة لا أستطيع أن أقول أمتعتني قراءة مقدرة لا أستطيع أن أنطقها إذن مقدرة طيب الهادئة نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهم الكلام إذن اختصروا الكلام في النعت المفرد أنت تجد إما نكرتين أو معرفتين والثانية تصف فهمت؟ ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى التوكيد أقول والتوكيد إما أن يكون لفظيا أو معنويا أعطني أمثلة أقول لا لا للإدماء أنظر أنا كررت اللفظ هو لفظي يتكرر فيه اللفظ أنظر أنت ناجح ناجح لمن لا يصدق مثلا أنه ناجح إذا قلت له أنت ناجح فقد لا يصدقني فأردت أن أؤكد كلام أنت ناجح ناجح أنت ناجح ناجح فأردت أن أؤكد كلامي فكررت هذه الكلمة إذن تكرار الكلمة هذا توكيد نفظي وانتبه أنه أيضا من التوابع بمعنى أن كلمة ناجح تتبع في الإعراب كلمة ناجح قبلها كيف؟ أنت مبتدأ ناجح خبر المبتدأ يحتاج إلى خبر أنت ناجح ضع ضمة وتنوين أنت ناجح ناجح التوكيد اللفظي يتبع المؤكد قبله أنا عندي توكيد وهو الكلمة الأخيرة وعندي مؤكد كالنعت والمنعوت عندي توكيد وعندي مؤكد فانتبه أقول الصدق خير الصدق خير كررنا الجملة كاملة نعم هل يجوز أن أكرر الجملة كاملة؟ نعم قد أكرر حرفا قد أكرر اسما قد أكرر الجملة كاملة هذا توكيد اللفظي وهذا يعني ليس فيه صعوب انتقل معي إلى التوكيد المعنوي إن شاء الله تعالى له ألفاظ منها النفس والعين انظر احفظ هذين معا من ألفاظ التوكيد المعنوي النفس والعين وكذلك كل وجميع وكذلك كلا وكلتا النفس والعين احفظ هذين معا كل وجميع احفظ هذين معا كلا وكلتا كلا للمذكر وكلتا للمؤنث أعطني مثالا قال مثلا رجل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام رأيت الرسول في المنام قد لا نصدق نحن قد لا نصدق هو أحب أن يؤكد كلامه فقال رأيت الرسول نفسه في المنام حتى نصدقه طيب هو الآن ماذا فعل هو أكد كلامه بماذا بلفظة من هذه الألفاظ التي حفظناها إذا أردت أن تؤكد كلامك توكيدا معنويا فعليك بلفظة من هذه الألفاظ وأضف إليها ضميرا أضف إليها ضميرا انتبئ إلى هذا انظر معي أقول هذه اللفظة أسميها توكيدا أسميها توكيدا وهذه اللفظة أسميها مؤكدا أعيد نحن الآن حفظنا ألفاظ التوكيد المعنوي إذا رأيت لفظة من هذه الألفاظ وقد اتصل بها الضمير فقل إنها توكيد وما قبلها هو المؤكد اتضح الكلام طيب ما إعراب هذه اللفظة ما إعراب التوكيد حتى أعرب التوكيد لابد أن أعرب المؤكد تعرف لماذا لأن التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب إذا كان المؤكد منصوبا فالتوكيد منصوب إذا كان مرفوعا فالتوكيد مرفوع إذا كان المؤكد مجرورا فالتوكيد مجرور طيب ما إعراب الرسول أقول مفعول به رأيت فعل وفعل التأ هذه تعود علي رأيت أنا أنا التأ هذه تعود علي أنا الذي رأى إذن التأ تأ الفعل رأيت من رأيت الرسول مفعول به منصوب كلمة مؤكد ليست إعرابا ليست إعرابا الرسول مفعول به منصوب بالفتح انظر نفسه توكيد معنوي منصوب بالفتح فهم الكلام التوكيد يتبع المؤكد قبله طيب أقول نجح الطلاة قد لا يصدق بعضهم أنه نجح فأنا أحببت أن أؤكد أن كل الطلاب نجح فقلت نجح الطلاب كلهم حتى أقطع عليه الشك نجح الطلاب كلهم أسمي هذه اللفظة توكيدا نحن حفظناها كل وجميع كل وجميع وقد أضفت ضميرا إليها إذن هذه توكيد وما قبلها أسميه مؤكدا نفس الكلام توكيد ومؤكد كالنعتي والمنعوت انظر معي ما إعراب هذه اللفظة ننظر إلى المؤكد قبلها المؤكد هذا من الذين نجحوا؟ الطلاب إذن الطلاب فاعل مرفوع بالضمة طيب إذن كل توكيد معنوي مرفوع بالضمة التوكيد يتبع المؤكد قبله أقول لك حفظت الجزئين أنت قد لا تصدقني فأنا أحببت أن أؤكد كلامي فقلت حفظت الجزئين كليهما طيب هذه الجملة فيها لفظة من ألفاظ التوكيد ما أنظر ليس فيها؟ لا بل فيها أنظر إلى كلا وكلتا كلا لها أشكال قد تكون كلاهما قد تكون كليهما وكلتا قد تكون كلتاهما أو كلتيهما وإن شاء الله عز وجل الآن سنتعرض لهذا الكلام طيب انظر معي حفظت الجزئين ما إعرب الجزئين؟ أنا حتى أعرب كلمة كليهما لابد من إعرب ما قبلها وهو المؤكد ما إعرب المؤكد؟ أو ما إعرب الجزئين؟ طبعا حفظ فعل مات مبنون على السكون والتأتأ الفاعل أنا الذي حفظ أنا الفاعل أنا الذي قمت بالحفظ أنا الذي فعلت الفعل طيب الجزئين مفعول به؟ منصب بماذا؟ من يذكرني؟ أحسنت بالياء بالياء لأن المسنى يرفع بالألف وينصب ويجر بماذا؟ بالياء طيب قد يسأل سائل أليست هذه الكلمة مفعولا به؟ نقول بنا يقول فلماذا وضعت هذه الكسرة؟ نقول نون المسنى دائما مكسورة دائما إذا كانت الكلمة إذا كان المسنى فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه أو مبتدأا أو أو فلابد أن تكسر نون المسنى إذا ما إعربوا كليهما؟ أقول هذه الكلمة وهي الجزئين منصوبة؟ نعم إذا التوكيد هذا توكيد معنوي منصوب بالياء لماذا؟ لأن هذه الكلمة وهي كليهما تعامل معاملة المسنى يعني ماذا أفعل فيها؟ الرفع يكون بالألف والنصب والجر يكون بالياء طيب أقول حفظت السورتين وسكت أنت قد لا تصدقني فأنا أحببت أن أؤكد كلامي فقلت حفظت السورتين كلتيهما ما إعربوا كلتيهما؟ أولا هذه اللفظة في هذه الألفاظ ها انظر إلى كلت أنا أضفت إليها ضميرا وأتيت بها في حالة النص كلتا قد تكون كلتاهما وقد تكون كلتيهما كلتيهما وسنعرف ذلك بعد قليل إن شاء الله كن معي حفظت فعل وفاعل الصورتين مفعول به منصوب بماذا؟ بالياء إذن كلتيهما توكيد معنوي منصوب بالياء لماذا؟ لأن ما قبله وهو المؤكد منصوب طيب انتبه معي وإلحظ جيدا أن هذه الألفاظ لابد أن يتصل بها ضمير لحظت هذا؟ انظر نفسه وكلهم كليهما كلتيهما لابد من ضمير لابد من ضمير إذن حتى نعرف هذه الألفاظ توكيدا معنويا لابد أن يتصل بها ضمير انظر معي أقول لابد أن يتصل بهذه الألفاظ ضمير أقول إذا حذفت هذه الألفاظ فازوا مع الضمير استقام المعنى جرب جرب أن تحذف هذه الكلمة جرب واحذف تقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنا استقام الكلام استقام استقام جرب أن تحذف هذه الكلمة تقول نجح الطلاب استقام الكلام طيب جرب أن تحذف هذه الكلمة حفظت الجزئين استقام الكلام معنى ذلك أن التوكيد المعنوي يكون زيادة في الكلام؟ نعم أحسنت يكون زيادة إذن حتى أعرب الكلمة توكيدا معنويا لابد من هذين الشرطين احفظ معي لابد من ضمير كما ترى الآن كذلك إذا حذفنا هذه اللفظة مع الضمير يستقيم الكلام ونحن جربنا الآن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام استقام الكلام إذن هذا التوكيد زيادة زيادة وليس أصلا طيب انظر معي عاتب المؤمن نفسه عندما عصى ربه طيب ما رأيك في هذه الكلمة؟ هل نعتبرها توكيدا معنويا؟ نحن عندنا شرطا لابد أن يقتصر بهذه الألفاظ ضمير هنا ضمير؟ نعم طيب توفر الشرط الأول انتقل إلى الشرط الثاني احذف هذه اللفظة مع الضمير فإذا استقام الكلام فهي توكيد معنوي وإلا فليست توكيدا معنوي جرب احذف كلمة نفسه عاتب المؤمن عندما عصى ربه عتب من؟ هل عتب أخه؟ هل عتب صديقه؟ هل عتب نفسه؟ هل عتب من؟ عتب من؟ المعنى لم يستقم إذن هذه اللفظة ليست توكيدا معنويا فانتبه لماذا؟ هي فيها ضمير نعم هي فيها ضمير لكنها ليست زيادة في الجملة إذا حذفتها لم يستقم الكلام إذن ما إعرابها؟ أقول هي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة عتب فعل ما؟ من الذي عتب؟ المؤمن فاعل مرفوع بالضم عتب من؟ عتب نفسه مفعول به منصوب بالفتحة والهاء مضاف إليه إذن لابد من هذين الشرطين كرر ذلك كثيرا حتى يحفظ وحتى تتقنه إن شاء الله تعالى فهم هذا الكلام؟ طيب انتقل إلى كلا وكلت انظر معي أقول الولدان كلاهما يبكيان أنا الآن أشرح هاتين اللفظتين الولدان كلاهما يبكيان الطفلتان كلتاهما تبكيان إن الولدين كليهما يبكيان إن الطفلتين كلتيهما تبكيان انظر معي يعني أعلم أنه قد يدور في ذهنك أنك تقول لنفسك متى أقول كلاهما؟ متى أقول كليهما؟ متى أقول كلتاهما؟ متى أقول كلتيهما؟ انظر معي أنا قلت إن كلاهما تستخدم مع المؤنس انظر جين يمرهم؟ كلاrios كلاهما انظر إلى كلهما انظر إلى الالف طيب & 28 وانظر إلى الياء قد أحول هذه الالف شياء أنا الآن في كل كل هذه لها شكلان مع الضمير انظر معي وانتبه لها شكلان مع الضمير أنا الآن سأعرفك بإذن الله عز وجل متى أستخدم كلا منهما لكن الآن كل لها شكلان مع الضمير قد تكون كلاهما وقد تكون كليهما طيب، هذا مع المذكرة كلتا لها شكلان أيضا مع الضمير انظر معي قد أقول كلتا هما وقد أقول كلتيهما وهذا مع المؤنس كلتا هما وكلتيهما مع المؤنس طيب أقول احذف هذا الضمير احذف هذا الضمير انتبه معي جيدا أنا متى أقول كلاهما ومتى أقول كليهما كن معي وانتبه وركز ترى هذه الألف في الولدان ترىها نحن الآن في المذكر يعني أنا أقول في المذكر أنا لا أستخدم التاء التاء مع المؤنس ترى هذه الألف ضع ألفا في كلاهما هل كلام في صعوبة؟ هذه ألف ضع ألفا هذه ياء ضع ياء في صعوبة ألف في الولدان انظر انظر إلى الألف في الولدان ضع ألفا في كلاهم انظر إلى الياء في الولدين ضع ياء في كلاهم هذا مع المذكر مع المذكر لا نأتي بالتاء انتبه التاء مع المؤنس التاء هذه مع المؤنس في كلا نحن لا نريد أن نستخدم التاء كل تاء هذه مع المؤنس فنستخدم التا رأيت الألف هنا ألف رأيت الياء هنا يا الطفلتان انظر إلى التا والألف التا والألف ضع مثليهما فتقول التا هما تا ألف تا ألف تا ياء تا ياء باختصار أعيد ألف ألف ياء ياء احفظها كذا ألف ألف طيب أقول الطفلان أجب أنت كلاهما الولدان كلاهما الرجلان كلاهما ألف ألف طيب أقول الرجلين كلاهما طيب الشارعين كلاهما وهكذا واقص على ذلك طيب تا ألف تا ألف الطفلتان كلاهما البنتان كلاهما المدرستان كلاهما أنا الآن مع المؤنس مع المسن المؤنس تأي ياء ضع تاء وياء إن الطفلتين انظر إلى التأي والياء وضعنا تاء وياء الطفلتين كلتينهم البنتين كلتينهم الكراستين كلتينهم وهكذا كلا أو كلاهما وكليهما بغير التاء هذا مع المذكر بالتاء مع المؤنس وله صورتان انظر معي اريد ان اعرب كلاهما وكليهم انا قلت ان كلاهما او كلا وكلتا اذا اتصل بهما ضمير اذا اتصل بهما ضمير يعرباني اعراب المسنى يعرباني اعراب المسنى طيب اريد ان اعرب كلاهما اولا هل هي توكيد المعنوي عند شرطان اتصل الضمير نعم اتصل بهما ضمير او بالكلمة ضمير طيب احذف هذه الكلمة أقول الولدان يبكيان استقام المعنى إذن قد انطبق الشرطان على هذا المثال هذه الكلمة توكيد معنوي لكن يا ترى هل هذا التوكيد مرفوع هل هو منصوب هل هو مجرور ننظر إلى المؤكد قبله وهو الولدان الولدان مبتدأ مرفوع بالألف إذن كلاهما توكيد معنوي مرفوع بالألف وهما مضاف إلي طيب انتقل إلى كلاهما أريد أن أعربها حتى تعربها لابد أن تعرب المؤكد قبلها طيب ما اعرب الولدين أقول إنه اسم إن منصوب بالياء لماذا لأنه مسن منصوب نعم إذن كلاهما توكيد معنوي منصوب بالياء لأنه يعمل معاملة المسم أو يقولون هو ملحق بالمسم طيب هما مضاف إليه نريد أن نعرب كلتاهما نعرب أولا المؤكد قبله الطفلتان مبتدأ مرفوع بماذا بالألف المسنى يرفعه بالألف وينصبه وجر بالياء إذن كلتاهما هذه الكلمة مرفوع إذن كلتاهما توكيد معنوي مرفوع بالألف وهما مضاف إليه طيب هذه إن الطفلتين كلتاهما نقول هذه الكلمة اسم إن منصوب بالياء إذن كلتاهما توكيد معنوي منصوب بالياء وهما مضاف إليه الخلاصة هنا ألف في الولدان باع ألفا هنا ياء انظر إلى الياء ياء ياء تألف تأياء تأياء فهم الكلام؟ طيب الولدان كلاهما الطفلان كلاهما كرر الولدين كليهم الطفلين كليهم أوه كذا درب نفسك البنتان كلتاهما البنتين كلتاهما الكلام يعني يسير جدا إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى العطف ما أحرف العطف؟ انظر عندي الو والف وعندي ثم وأو وعندي بل طبعا الحروف أكثر من ذلك لكن نحن نقتصر على هذه الأحرف فقط فهذه تستخدم كثيرا جدا في الكلام بفضل الله تعالى أقول حفظت صورة الفرقان والزريات رأيت الو حفظناها الآن الو والف ثم وأو بل احفظ هذين معا الو والف ثم وأو معا وأخيرا بل الو حرف عطف انظر ما بعدها أسميه معطوفا ما بعد الواو أسميه معطوفا وما قبل الواو أسميه معطوفا عليه أنا أعطف عليه أعطف الزريات على الفرقان انتبه ما قبل الواو أعطف عليه إذن نسميه معطوفا عليه وما بعد الواو معطوف ما بعد الواو معطوف إذن عندي الواو حرف عطف ما قبلها معطوف عليه وما بعدها معطوف ماذا تريد مني؟ أريد أن نعرب كلمة الزريات طبعا العطف من التوابع من التوابع معنى ذلك أن المعطوف يتبع المعطوف عليه إعرابيا نعم إذا كان المعطوف عليه مجرورا فالمعطوف مجرور إذا كان مرفوعا فالمعطوف مرفوع إذا كان منصوبا فالمعطوف منصوب طيب صورة حفظت صورة الفرقاني مضاف إليه الفرقان صورة ليس فيها الفرقان فيها وهنا إضاف إذن الفرقان مضاف إليه مجرور بالكسرة طيب هو مجرور نعم إذن الزاريات معطوف مجرور بالكسرة أقول الواو لا تفيد ترتيبا بمعنى هل أنت حفظت صورة الفرقاني أولا هل أنت حفظت الزاريات أولا الله أعلم الواو لا تعطينا ترتيبا قد أكون حفظت الزاريات قبل الفرقاء هذه الواو لا تفيد ترتيبا لا تفيد ترتيبا طيب أقول حفظ القرآن محمود فعلي حفظ القرآن بالنصب نعم ما إعراب القرآن فعل خطأ هل القرآن هو الذي حفظ نفسه لا من الذي حفظه محمود إذن محمود هو الفاعل والمفعول تقدم عليه هل يجوز ذلك نعم يجوز إذا أمن للتباس إذا فهم المعنى حفظ القرآن محمود هو الفاعل محمود رأيت حرفا من هذه التي حفظناها الحرف هو الفاء الفاء الواو الفاء طيب ما إعراب ما بعد الفاء أولا ماذا نسميه نسميه معطوفا ما بعد حرف العطف معطوف وما قبله معطوف علي أعطف عليه طيب ما إعراب علي قلت إن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراء محمود فاعل نعم إذن علي معطوف مرفوع بالضم أقول الفاء تفيد الترتيب مع التعقيق كيف ذلك حفظ القرآن محمود فعلي أنا أسألك أيهما حفظ أولا محمود تعرف لماذا لأن الفاء تفيد الترتيب أنا أرتب يعني بمعنى أن محمودا حفظ القرآن وبعده مباشرة سريعا حفظ علي الفاء تعطيني ترتيبا أما الواو فلا تعطي الفاء تعطيني ترتيبا أما الواو فلا تعطي ترتيبا طيب أقول حفظ القرآن محمود ثم علي طيب أين حرف العطف ثم حفظناه الآن ثم حرف العطف ثم ما قبل حرف العطف نسميه معطوفا عليه وما بعده نسميه معطوفا ما إعربوا عليه نفس الكلام نفس الكلام حفظ الفعد المض مبني على الفتح القرآن مفعول به منصوب بالفتح محمود فاعل وثم حرف عطف وعلي معطوف على محمود مرفوع بالضمة محمود فاعل مرفوع بالضمة إذن عليه معطوف مرفوع أقول ثم تفيد الترتيب مع التراخي كيف هذا من حفظ أولا محمود ثم كالفاء تعطيني ترتيبا إلا أن ثم تفيد التراخي بمعنى من الذي حفظ أولا محمود وبعد وقت ليس سريعا وليس مباشرة بعد وقت قد يكون يعني فيه بعض الطول حافظ عليه فهمت ثم تفيد الترتيب مع التراخي مع التراخي طيب أقول اذهب إلى البيت بل المسجد انظر عندي حرف العطف بل بل من أحرف العطف بل أنا أمرتك بالذهاب وليس بالذهاب وتابع ذلك في حلقة قل ولا تقل شرحت ذلك بالتفصيل أنا أمرتك بالذهاب إلى البيت ففكرت سريعا سريعا فوجدت نفسي أخطأت فقلت بل المسجد أين أخوك قلت أخي في البيت لا 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 بل في المسجد فهمت اذهب إلى البيت ثم تدركت خطأ فقلت لا لا بل إلى المسجد اذهب إلى البيت بل إلى المسجد أو بل المسجد بل من أحرف العطف نحن نفاينا الحكم عما قبلها وأثبتناه لما بعدها وهي تستخدم في الكلام كثيرا فانتبه ما إعراب المسجد البيت اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر إذن المسجد معطوف مجرور وعلامة جره الكسر حروف العطف مهمة جدا جدا في الكلام فأعد ذلك عدة مرات حتى يتقن إن شاء الله تعالى أنتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى موضوع مهم جدا ألا وهو البدل وهو كذلك من التوابع بمعنى أن البدل يتبع المبدل منه في الإعراب أقول عندي بدل مطابق وعندي بعض من كل وعندي بدل اجتمال هذه أنواع البدل وهذا الكلام مهم جدا أقول أعجبت بسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعجبت بسيرة الرسول محمد احذف كلمة محمد أعجبت بسيرة الرسول استقام الكلام احذف الرسول أعجبت بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم استقام الكلام استقام الكلام معنى ذلك أن الرسول هو محمد وأن محمدا هو الرسول نعم أقول كلمة محمد بدل بدل الرسول هو محمد ومحمد هو الرسول أستطيع أن أضع هذه الكلمة بدلا من تلك إذن هذه الكلمة بدل والرسول مبدل منه انتبه كالنعت والمنعوت كالمعطوف والمعطوف عليه فهم الكلام هذه الكلمة بدل هذه الكلمة مبدل منه طيب باختصار كيف أعرف انظر معي الفاروق عمر قوي في الله الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق إذن عمر بدل والفاروق مبدل منه نفس الكلام ماذا لاحظت لاحظت أنني أتيت بلقب انظر معي وبعده اسم كيف الرسول هو محمد ومحمد هو الرسول أتيت بلقب الرسول واللقب يعني ما أشعر بمتح أو زم الرسول تشعر بمتح إذن هي لقب الفاروق تشعر بمتح وإذن هو لقب إذن الرسول هو محمد ومحمد هو الرسول خذ هذه الأخيرة بدلا وخذ الرسول مبدلا منه الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق إذن عمر بدل والفاروق مبدل منه لقب واسم بعده لقب واسم طيب ما إعرب عمر أو ما إعرب محمد انظر معي أنا قلت البدل تابع تابع يعني يتبع ما إعرب الرسول انظر إلى كلمة سيرة فيها قال لا الرسول فيها نعم إذن الرسول وهنا إضاف إذن الرسول مضاف إليه مجرور بالكسرة طيب مجرور نعم إذن محمد بدل مجرور بالكسرة بدل لأنه يتبع ما قبله ما إعرب عمر ننظر إلى الفاروق الفاروق مبتدأ إذن عمر بدل مرفوع بالضم فهم الكلام البدل يتبع ما قبله هذا المبتدأ مرفوع بالضم إذن البدل مرفوع بالضم طيب أقول إن سيف الله خالدا قائد عظيم ما إعرب خالد طبعا خالد بدل لماذا سيف الله هو خالد سيف الله هو خالد وخالد هو سيف الله إذن خالد بدل نفس الكلام الرسول هو محمد ومحمد هو الرسول إذن محمد بدر سيف الله هو خالد وخالد هو سيف إذن خالد بدر ما إعربه خالد ننظر إلى المبدل المبدل منه ها أين المبدل منه ليس لفظ الجلالة الله المبدل منه هو سيف سيف هو خالد وخالد هو السيف إذن سيف هي المبدل منه وهي اسم إنا منصوب بالفتح واسم جلالة الله مجرور لأنه مضافر إلي سيف منصوبة نعم إذن خالد بدل منصوب بالفتحة طيب أقول أكثروا ذكر هازم اللذات الموت أين البدل؟ الموت هو هازم اللذات أليس كذلك؟ وهازم اللذات هو الموت هذه هي تلك؟ نعم وتلك هي هذه؟ نعم نعم إذن الموت بدل بدل عمر هو الفروق والفروق هو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد ومحمد هو الرسول صلى الله عليه وسلم إذن محمد بدل هازم اللذات هو الموت والموت هو هازم اللذات طيب أين البدل؟ الموت أين المبدل منه؟ هازم هازم وليس اللذات اللذات هي الموت؟ لا الموت هو هازم أنا أريد أن أعرب كلمة الموت لا بد أن أعرب أولا كلمة هازم أكسروا وو الجماعة فاعل اعلم جيدا أن وو الجماعة إما أن تكون فاعلا أو نائب فاعل هي في الأكثر أو على الأكثر تكون فاعلا تكون فاعلا و قد يعني قليلا قليلا ما تكون نائب فاعل قد تكون قليلا نائب فاعل طيب وو الجماعة فاعل نكسر من أي شيء من ذكر نكسر ذكرى ذكرى مفعول به منصوب بالفتحة وقع عليه الفعل وسنعرف ذلك إن شاء الله في باب المنصوبات هازم مضاف إليه وسنعرف أيضا ذلك في باب المجرورات إن شاء الله تعالى هازمي نعم مجرورة نعم إذن الموت بدل مجرور بالكسرة فهم الكلام قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه طيب انظر إلى هذه المعلومة أين درسنا كلمة ذلك في أسماء الإشارة في أسماء الإشارة ذلك اسم إشارة نعم بعده كلمة فيها أل نعم خذ هذه الكلمة بدلا أعيد الكلمة التي فيها أل أو التي بدأت بأل أو المعرفة بأل بعد اسم الإشارة بدلا وهذا طبعا يعني بعد اجتمال أركان الجملة أعيد ذلك اسم إشارة نعم الكتاب كلمة معرفة لأل نعم خذ هذه الكلمة بدلا طيب أعطني أمثلة أخرى أقول هذا الولد نشيط مثلا هذه الفتاة مهزبة وهكذا الأمثلة كثيرة جدا اسم إشارة بعده أل خذ هذه الكلمة بدلا طيب ما إعرب الكتاب تعالوا نغرب كلمة ذلك أولا ذلك اسم وقع في أول الكلام تحدثنا عنه بما بعده إذن ذلك مبتدأ مبتدأ طيب كيف وضعنا فتحة ها من يجيب هذه الكلمة مبتدأ فلماذا وضعنا هذه الفتحة لماذا لم نقل ذلك هي مبتدأ نقول نحن درسنا أسماء الإشارة وعرفنا أنها كلها مبنية ما عدا هزين وهتين وعرفنا أن المبنية آخره له ضبط ثابت فإذا كانت كلمة ذلك فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ فلابد أن نضع هذه الفتحة على آخرها ضبط ثابت مبتدأ أو فاعل أو أو لابد من هذه الفتحة إذن ذلك مبتدأ إذن الكتاب بدل مرفوع بالضمة فهمت هذا الكلام طيب أقول اشتريت فاكهتين البرقوق والموز هذا هو النطف البرقوق بضم البائي هذه الكلمة كلمة فاكهتين إجمل إجمال ليس تفصيلا إجمال طيب بعدها تفصيل نعم بعدها تفصيل خذ أول كلمة في التفصيل بدلا أعيد اشتريت قلمين الأحمر والأخضر الأحمر بدل اشتريت كتابين الفقهة والعقيدة الفقه بدل الإجمال بعده تفصيل خذ أول كلمة في التفصيل بدلا أعيد هذا عدة مرات حتى يبقنا إن شاء الله أقول أعجبت بالطالب طالب العلم أين البدل أقول هذه الكلمة كيف أعرف انظر معي أنا لو قلت لك وانتبه أعجبت بالطالب فقط أعجبت بالطالب يعني أنت الآن هل أنت الآن فهمت طيب أنا أعجبت بأي طالب بطالب المال بطالب العلم بطالب المنصب بطالب أي شيء بأي شيء أعجبت أنت لا تعرف أي طالب أقصد أنت لا تعرف أي طالب أقصد إذن هذه الكلمة وهي الطالب كلمة مبهمة كلمة غامضة أنا لا أعرف كلمات غير واضحة أي طالب تقصد لا أعرف فجاءت هذه الكلمة لتوضح أي طالب أقصد قلت أعجبت بالطالب طالب العلم طالب العلم إذن طالب بدل طيب أعطيني أنت أمثلة أعجبت بالفتاة فتاة الديني أعجبت بالدرس درس الفقهي وهكذا أنا لو قلت أعجبت بالدرس فهل أنت فهمت؟ أنت ما فهمت؟ فأنا أحببت أن أوضح أعجبت بالدرس درس الفقه فهذه الكلمة بدل طيب ما إعرابها؟ الطالب اسم مجرور بالباء معالمة جري الكسر إذن طالب بدل مجرور بالكسر البدل يتبع المبدل منه قبله أفهم الكلام؟ أعجبت بالطالب طالب العلم أعجبت بالمدرسة مدرسة حيينة أنا لو قلت أعجبت بالمدرسة فهل أنت فهمت أي مدرسة أقصد؟ أنت ما فهمت فأنا أحببت أن أبين أعجبت بالمدرسة مدرسة حيينة انتبه هذه الأمثلة فيها البدل المطبق طبعا أنا أكسر من البدل المطابق لأنه يأتي كثيرا جدا في الكلام بفضل الله تعالى نسأل الله أن يؤثرنا من فهم أقول قال الله عز وجل ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أين البدل؟ هارون لماذا؟ أخاه هي هارون وهارون هو أخا في غير القرآن نستطيع أن نحذف أخاه أقول ووهبنا له من رحمتنا هارون نبيا استقام الكلام لكن هذا في غير القرآن لا نستطيع أن نحرف أو أن نغير أو أن نبدل في القرآن طيب نستطيع أن نحذف في غير القرآن هارون نعم أقول ووهبنا له من رحمتنا أخاه نبيا استقام الكنال إذن أخاه هي هارون هارون هي أخاه إذن هارون بدل الفاروق هو عمر عمر هو الفاروق انظر هذا بدل مطابق طبعا هذا المثال انظر إليه اشتريت فاكهتين البرقوق والموز بعض إخواننا قد يظن أن هذه الكلمة أن هذا البدل بعض من كل وهذا خطأ لماذا؟ لأن البعض من الكل كما سنرى الآن إن شاء الله تعالى لابد أن يكون فيه ضمير البدل في المعنى هاتان الكلمتان في المعنى في الإعرابي هذه بدل وهذه معطف طيب لن أطيل في هذا الكلمة المهم أنه بدل مطابق فليس فيه ضمير انتقل إلى البعض من الكل أقول أكل الرغيف ثلثه من يستطيع أن يعرف الرغيف؟ ليست فاعلا الرغيف لم يأكل نفسه أكل الرغيف أكل مبني للمجهول والصواب كما قلت أن يقال مبني للمفعول إذن ما يعرب الرغيف؟ نعم حسنت نائب فاعل نائب فاعل أكل الرغيف كله؟ لا ثلثه الزلثه جزء من الرغيف؟ نعم بعض من الرغيف؟ نعم إذن ثلث بدل بعض من كل طيب ما إعرابه؟ ننظر إلى إعراب الرغيف الرغيف نائب فاعل مرفوع بالضمة إذن ثلث بدل مرفوع بالضمة ولهذا ومضاف إليه انتبه إلى أن هذا البدل هذا النوع لابد أن يتصل به ضمير انتبه طيب أقول ثلث هو البدل والرغيف هو المبدل منه طيب أكلت الدجاجة صدرها أكلت الدجاجة صدرها الصدر جزء نعم جزء من الدجاجة بعض نعم بعض منها إذن صد هو البدل ما نوعه؟ بعض من كل ما إعرابه؟ أكلت فعل وفاعل التأتأ الفاعل تعود علي أنا الذي أكل أنا الفاعل أكلت ماذا؟ أكلت الدجاجة مفعول به منصوب بالفتحة إذن صدر بدل منصوب بالفتحة والهأو مضاف إليه ما نوعه هذا البدل؟ بعض من كل فهم الكلام؟ الصدر بعض من الدجاجة طيب أقول اطلعت على باب المواريس نصفه النصف جزء من المواريس؟ أو جزء من باب المواريس؟ نعم إذن هذا بعض من كل طيب ما إعرابه؟ أين المبدل منه أولا؟ المواريس؟ خطأ أنا اطلعت على نصف المواريس؟ أم نصف الباب؟ نصف الباب نصف الباب البدل هو كلمة باب وهي مجرورة لأن قبلها حرف جر وهو على إذن نصف بدل مجرور بالكسرة والهاء مضاف إليه فهم هذا الكلام؟ يعني أنت ترى جزءا من كل أو بعضا من كل إذن هذا الأول مبدل منه وهذا بدل هذا مبدل منه وهذا بدل هذا مبدل منه باب ونصف بدل امتقل إلى بدل الاجتماع إن شاء الله تعالى أقول أعجبني الخطيب خلقه أين البدل؟ خلق خلق أسميها بدلا أين المبدل منه؟ الخطيب الخطيب أسميها مبدلا منه قد يسأل سائل يقول أنا الآن يعني حدث عندي التباس أين؟ يقول أليست سلس كلمة سلس أليست هذه الكلمة جزءا من الرغيف؟ نقول بلى يقول طيب هذه الكلمة جزء من الرغيف إذن هي بعض من كل وهذه الكلمة خلق جزء من الخطيب إذن هي بعض من كل؟ أقول لا أخطأت من يعرف الفرق؟ يعني قد يقول قائل سلس جزء من الرغيف إذن هي بعض من كل وخلق جزء من الخطيب إذن هي بعض من كل؟ نقول أخطأت ما الفرق؟ ما الفرق؟ انظر معي السلس سلس الرغيف شيء مادي؟ نعم الخلق خلق الخطيب شيء مدي لا ما معنى مدي وما معنى معنوي القلم ترى نعم له جسد نعم تستطيع أن تمسك به نعم إذن هو شيء مدي طيب الإخلاص هل أستطيع أن أقول أعطيني جزءا من الإخلاص في يدي لا لا ليت الإخلاص يباع كنا نشتري الإخلاص شيء معنوي الإخلاص شيء معنوي طيب السلس سلس الرغيفي شيء مدي نعم إذن هذا بدل ما نوعه إنه بعض من كل هذا شيء معنوي نعم لا يكون الخطيب لا يكونه شيء معنوي خلق أمانة صدق خلاص هذا شيء معنوي إذن هو بدل اجتمال أقول مدحت الفتاة حياءها طيب هل الحياء يكون الفتاة لا شيء معنوي نعم إذن هذا بدل اجتمال بدل اجتمال فهمت الكلام هذا شيء مادي هذا شيء مادي إنما الحياء شيء معنوي شيء معنوي إذن هذا بدل اجتمال ما إعرب حياء نعرب الفتاة أولا مدحت فعل وفاعل أتأه هذي تأه الفاعل أنا الذي مدحت الفتاة هي التي مدحت وقع عليها الفعل وقع عليها المتح إذن هي مفعول به منصوب بالفتحة حياء بدل منصوب بالفتحة ألهاء مضاف إليه طيب أعجبت بالعالم أمانته في الفتوى طيب أين البدل أقول أمانة طيب ما نوعه هل هو شيء معنوي نعم لا يكون العالم الأمانة أنا لو وضعت أمانة وأمانة وأمانة فهل تكون عالم لا لم يتكون إذن ليست شيئا ماديا هي شيء معنوي هي بدل اجتمال ما إعرابه نعرب العالم الباء حرف جر العالم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة أمانته بدل مجرور بالكسرة والهاء مضاف إليه أنا أطلت في البدل المطابق لأنه يأتي في الكلام كثيرا فهم البدل البدل لا تنسى أنه تابع يعني كل هذه النعت والتوكيد والعطف والبدل كل هذه تتبع ما قبلها التوكيد يتبع المؤكد قبله في الإعراب البدل يتبع المبدل منه إعرابيا فهم هذا الكلام؟ إذن الآن المرفوعات من الأسماء أخذنا الفاعلة ونائبة الفاعل كذلك عندنا المبتدأ والخبر هزان من المرفوعات كذلك اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها عندنا بعد ذلك التابع للمرفوع وهو أربعة أشياء عندنا النعت والتوكيد والعطف والبدل هذه الصفحة أنت لابد أن تتقنها حفظا كيف؟ اعلم أن الفاعلة من المرفوعات وكذلك نائب الفاعل المبتدأ والخبر من المرفوعات اسم كان وليس الخبر اسم كان وأخواتها من المرفوعات خبر إن وأخواتها من المرفوعات التوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل من المرفوعات كرر ذلك عدة مرات حتى يتقنه بفضل الله عز وجل المنصوبات من الأسماء ثلاثة عشر وهي المفعول به المصدر هذا كله سيدرسه إن شاء الله تعالى المفعول المطلق النائب عن المفعول المطلق المفعول من أجله الظرف الحال التمييز المستثنى اسم لا النافية للجنس المنادى خبر كان وأخواتها اسم إن وأخواتها نبدأ أولا إن شاء الله تعالى بالمفعول به أقول هو الإسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل أقول شرح المدرس الدرس وهنا يقول المفعول به هو الاسم المنصوب المفعول به من منصوبات الأسماء فلا تقول مفعول به مجروب أو مفعول به مرفوع هو من منصوبات الأسماء ويقع عليه الفعل يقع عليه الفعل كيف؟ شرح هذا فعل انتظر فاعلا ومفعولا من الذي شرح؟ المدرس هو الذي فعل الفعل هو الذي قام بالشرح إذن المدرس فاعل فاعل ما الذي شرح ما الذي وقع عليه الفعل الدرس إذن الدرس هو المفعول به المنصوب بالفتحة المفعول به يقع عليه الفعل هنا الدرس وقع عليه الشرح وقع عليه الفعل إذن هو المفعول به إذن أين المفعول به الدرس وهو مفعول به منصوب بالفتحة أقول افعل الخيرات وترك المنكرات أين الفاعل أولا أنا ما سألت عن المفعول به أنا أقول أين الفاعل عندنا الفعل وفعل هذا يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول أين الفاعل لا ليس الخيرات الخيرات تفعل نفسها لا افعل أنت الفاعل هنا ضمير مستدر افعل أنت وأنا قلت ذلك قبل ذلك في شرحي للفاعل في مرفعات الأسماء اكتب أنت اقرأ أنت صلي صلي أنت وهكذا الفاعل هنا ضمير مستدر وجوبا ما الذي وقع عليه الفعل الخيرات إذن الخيرات هي المفعول به لكن هو مفعول به منصوب بأي شيء من يذكر تذكر جمع المؤنث السالم كان ينصب بأي شيء أحسن طب الكسرة إذن أقول فعل الخيرات نضعه تحت التأي كسرة طيب واترك المنكرة نفس الكلام هذا فعل أمر والفاعل هنا ضمير مستدر ترك أنت أترك أي شيء المنكرات إذن المنكرات أيضا مفعول به منصوب بالكسرة إذن أقول فعل الخيرات وترك المنكرات اتضح الكلام طيب أقول ركبت الفرس أين الفاعل ليس الفرس الفرس يركب نفسه لا من الذي راكب أنا طيب أنا وضعت مكان كلمتي أنا وضعت التاء تعود علي هي تاء الفاعل راكب تو تو تعود علي أنا هذه تاء الفاعل إذن هذه التاء هي التي فعلت الفعل تعود علي إذن هي تاء الفاعل طيب ركبت أي شيء الفرس الفرس مفعول به منصوب بالفتحة فقد وقع عليه الفعل فإمتى الآن المفعول به يقع عليه الفعل تاء الفاعل لها أشكال قد تكون مضمومة وقد تكون مفتوحة في كل الأحوال كلمة الفرس مفعول به انظر إليها الفرس 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 أعيد تاء الفاعل قد تكون مضمومة إذا تحدثت أنا عن نفسي فهي مضمومة راكب تو طيب أنا أحدثك أنت فأقول راكبت أحدثك أنت أنت أحدث مفردا مذكرا أقول راكبت إذن هذه أيضا تاء الفاعل والفرس مفعول أحدث فتاة فأقول راكبت راكبت ولا تقول راكبت بليا لا راكبت بكسرة الفرس مفعول به أيضا في كل الأحوال أقول عندنا آية قرآنية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض أين الفعل؟ خلق طيب خلق من الذي خلق؟ أين الفاعل؟ الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل فلا تبحث عن الفاعل قبل الفعل انتبه الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل أين الفاعل؟ خلق هو هو هذا الضمير هو يعود على الله الحمد لله الذي خلق التقدير خلق هو يعني الله خلق هو السماوات السماوات هي المفعول به فهي التي خلقت هي التي وقع عليها الفعل لكن مفعول به منصوب بماذا؟ ها؟ أحسنت بالكسرة لماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم طيب ما هذه الواو؟ أقول حرف عطف حرف عطف الأرض معطوف على السماوات والسماوات منصوبة منصوبة بالكسرة إذن الأرض منصوبة لكن منصوبة بالفتحة أعد هذه منصوبة وهي السماوات وهذه منصوبة هذه منصوبة بالكسرة وهذه منصوبة بالفتحة لكنهما مشتركتان في النصب إذن أين مفعول به؟ السماوات ما علامة النصب؟ الكسرة انظر معي أقول إن الله يحكم ما يريد أين فعل الجملة؟ يحكم هذا الفعل أحتاج له إلى فاعل وإلى مفعول أين الفاعل؟ اسم الجلالة الله؟ خطأ أنا قلت منذ قليل إن الفاعل لابد أن يأتي بعد الفعل بعد الفعلي طيب ما إعربوا اسم الجلالة الله؟ أقول اسم إن اسم إن وهذا سندرسه بعد قليل إن شاء الله وتعالى معنا في المنصوبات إن لها اسم ولها خبر إن تنصب اسمها إذن اسم الجلالة الله اسم إن منصوب بالفتحة يحكم فعل المضارع فعل المضارع مرفوع بالضم لماذا رفع؟ لأنه لم يسبق بناصب يعني لم يسبق بحرف نصب ولا بحرف جلس إذن هو مرفوع بالضم أحتاج إلى فاعل وإلى مفعول أين الفاعل؟ نعم ضمير هنا يحكم هو أي لا يحكم هو ما يريد هذا هو التقدير إذن الفاعل هنا أقدروا هو وما بمعنى الذي انظر معنى الكلام إن الله يحكم الذي يريده هذا هو المعنى الذي يريده طيب الذي أين درسناها؟ أو ما أين درسناها؟ في الأسماء الموصولة تذكروا هذا؟ في الأسماء الموصولة إذن أين المفعول؟ أقول ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به أي عندنا آية قرآنية ومهمة جدا أقول إنما يخشى الله من عباده العلماء أنظر أين الفاعل؟ من الذين يخشون؟ العلماء أنظر إلى الضم هم الذين يخافون وهم الذين يخشون الله إذن هم الفاعل أين المفعول؟ اسم الجلالة الله هو الذي يخشى أو يخاف منه إنما أقول الله عز وجل يخشى ويخف حاشا لله من الذين يخافون؟ العلماء أنظر أين أتك بالفاعل في آخر الجملة ترتيب الكلام في غير القرآن إنما يخشى العلماء من الله هذا هو المعنى وهذا هو ترتيب الكلام في غير القرآن إن أحببنا أن نرتب أو ترتيبا أخ انتبه معنى الكلام يخشى العلماء من الله أو يخشى العلماء الله إذن المفعول هو اسم الجلالة الله والفاعل هم العلماء أين المفعول؟ اسم الجلالة الله أين الفاعل؟ العلماء انظر إلى الضم فهمت الكلام؟ طيب عندنا كذلك آية قرآنية فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون انظر إلى هذا الفعل اضربوه اضرب والواو والها اضرب فعل أمر واو الجماعة فاعل طيب نضرب أي شيء الها هي المفعول به الها هي ما يقع عليه الفعل ما يقع عليه الضرب اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى الفاعل واو الجماعة المفعول هو الها يسأل ساء الهاو مفعول؟ نعم طيب لماذا وضعنا الضمة؟ نقول نحن أجبنا عن مثل هذا عدة مرات الهاو ضمير والضمير من مبنيات الأسماء من الأسماء المبنية والأسماء المبنية ضبط آخرها ثابت فهمت؟ اضربوه طيب إذن أين الفاعل؟ الواو أين المفعول؟ الهاو طيب اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى انظر إلى يحيي أين الفاعل؟ من الذي يحيي؟ الله اسم جلالة الله هو الفاعل طيب يحيي من؟ الموتى الموتى مفعول به منصوب بالفتحة وقع عليه الفعل المفعول يقع عليه الفعل طيب ويريكم آياته الفعل يري هنا ينصب مفعوليني ونحن سنتحدث عن بعض الأفعال للتنصب مفعوليني إن شاء الله وعزوه ويريكم آياته أين الفاعل؟ يريكم هو أي الله هو الذي يريه طيب يريكم كم كم يعني أنتم المفعول الأول هو كم يريكم أي شيء ويريكم آياته آياته المفعول الثاني هو آيات طيب آيات هي المفعول الثاني لكن من يذكر علامة نصبه؟ نعم الكسر لماذا؟ أحسن لأنه جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم ونحن نعرف أن جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بماذا؟ بالكسر أقول ضربني المعلم أين المفعول؟ ضربني أنا كطالب هذه الياء تعود علي من الذي ضرب؟ المعلم ضرب من؟ ضربني ني هذه الياء ياء المتكلم تعود علي تعود علي أنا أنا الذي ضوري به المعلم فاعل هو ضربني ني إذن ضبط الكلام ضربني المعلم المعلم فاعل انتبه إلى مثل هذا طيب أقول شارب الدواء المريض شارب الدواء المريض أين الفاعل؟ الدواء خطأ هل الدواء هو الذي يشرب نفسه؟ لا من الذي يشرب؟ المريض إذن المريض هو الفاعل هو الذي فعل الفعل ما الذي يشرب؟ ما الذي وقع عليه الفعل؟ ما الذي وقع عليه الشرب؟ الدواء إذن الدواء الدواء هو المفعول به المنصوب بالفتحة فهم الآن هذا الكلام؟ نعم انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى المصدر أقول المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل كيف؟ يعني مثلا أقول ضرب يضرب ضربا ضرب يضرب ضربا انظر إلى ضربا هذا الفعل أو هذا المصدر نسميه مفعولا مطلقا نسميه مصدرا هذه الكلمة هذا الاسم نسميه مصدرا أو مفعولا مطلقا طيب أقول كذلك انطلق ينطلق انطلاقا أعيد ضرب يضرب ضربا طيب انطلق ينطلق انطلاقا طيب هذه في أي شيء نستخدمها أنت إن أحببت أن تتحدث مثلا عن غلام ينطلق وينطلق بسرعة وأردت أن تؤكد كلامك فقلت انطلق الغلام انطلاقا عرفت فيما تستخدمها؟ انطلق الغلام انطلاقا كذلك أقول فهما يفهم فهما ولا تقول فهما الفاء مفتوحة فهما فهما أخي فهما فهما الطالب فهما عظيما مثلا إذن هذه الكلمة التي وقعت ثالثة في تصريف الفعل نسميها مصدرا أو مفعولا مطلقا أقول أخرج يخرج إخراجا أخرج أخي من جيبه النقود إخراجا عرفت فيما تستخدم؟ يعني نستخدمها في الكلام أحسن يحسن إحسانا كل هذا يسمى مفعولا مطلقا هذا الذي تردربا فهما إحسانا اطلاقا إخراجا هذا كله نسميه مفعولا مطلقا طيب تعالوا إلى المفعول المطلق إن شاء الله تعالي أقول هو مصدر منصوب من لفظ الفعل يذكر معه لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده كيف هذا؟ أعطني مثالا الفعل أعطى هل تستطيع أن تأتيني بمصدره أو بمفعوله المطلق؟ أقول أعطى إعطاءا طيب أيقنة؟ إسبقني أنت أنا قلت أعطى إعطاءا طيب أيقنة؟ نعم إيقانا احفظ هذا أعطى إعطاءا أيقنة إيقانا تفانا ها؟ نعم تفانيا تفانا تفانيا نعيد أعطى كرر واحفظ أوقف على ذلك أعطى إعطاءا أيقنة إيقانا تفانا تفانيا طيب أقول وقد يحزف التنوين للإضافة وهذا مهم جدا 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 قد يحزف التنوين للإضافة أعطني مثالا أقول انطلق الغلام انطلاق الخائفي طيب ما إعرب انطلاق؟ ها؟ انطلق الغلام انطلاق الخائفي انطلاق أسميها مفعولا مطلقا كيف عرفت؟ أقول هي من لفظ الفعل هي من لفظ الفعل انظر انطلاقا انطلاقا مثلا أحسن إحسان انظر إلى اللفظ متقارب فهما فهما ضربا ضربا هذا مفعول مطلق انطلقا انطلاقا أخرجا إخراجا أحسن إحسانا أعطى إعطاءا تجد أن المفعول المطلق من لفظ الفعل كيف يأتيني في الجملة؟ أو كيف آتي أنا أصلا به؟ يعني أنت تأتي مثلا تقول ضرب المدرس التلميذ ضربا مثلا أعطى الغني الفقير إعطاءا إعطاءا واسعا إعطاءا كبيرا إعطاءا جميلا أيقن المؤمن بالموت إيقانا وهكذا المفعول المطلق مصدر منصوب منصوب انظر إلى النصب منصوب من لفظ الفعل انظر أيقانا أيقانا إيقانا تجد اللفظة أو تجد معظم الحروف يعني هي هي تفانا تفانيا أعطى إعطاءا وهكذا طيب هنا أنا ما قلت انطلق الغلم انطلاقا انظر انطلق انطلاقا انظر إلى التنوين طيب أين التنوين هنا؟ أقول أولا قبل أن نعرف أين التنوين أقول يعني ما إعراب كلمة الخائف ما إعرابها؟ انطلاق فيها قال لا الخائف فيها نعم وهنا إضافة نعم إذن الخائف مضاف إليه بعيد هنا قال لا هنا قال نعم هنا إضافة نعم إذن الخائف مضاف إليه مضاف إليه نعم إذن هنا إضافة نعم أقول حذف التنوين للإضافة هذا التنوين الذي ترى انظر إلى انطلاقا هذا التنوين حذف هنا لماذا لم أقل انطلاقا لماذا حذفت التنوين أقول حذف التنوين للإضافة إذا رأيت المضافة إليه فاحذف قبله التنوين طيب أعطني أنت مثالا مثلا كهذا أقول أحسن الغني إلى الفقير إحسان المهزبي مثلا أخرج البخاري الحديث إخراج الفاهم مثلا يعني أنت تحذف التنوين لأجل الإضافة فيما هذا الكلام كرر ذلك عدة مرات حتى يفهم إن شاء الله تعالى نعم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى النائب عن المفعول المطلق أقول قد يزجر بعد الفعل لفظ لتوكيده أو لبيان نوعه أو عدده لكنه ليس من لفظ الفعل وحينئذ ينوب عن المفعول المطلق ومن ذلك صفة المصدر كيف ذلك أعطني مثالا أقول تطورت الصناعة سريعا ما إعربوا سريعا أنظر الأصل تطورت الصناعة تطورا سريعا ما إعربوا تطورا نعم مفعول مطلق نحن برسل ذلك قبل ذلك تطورت تطورا تحسنت تحسنا تفهم تفهما أحسن إحسانا أو ضح إضاحا وهكذا وهكذا برسل المفعول المطلق إذن تطورا ما إعربوا مفعول مطلق منصوب بالفتحة ما إعربوا سريعا أقول ما صفة التطور صفته أنه سريع إذن سريعا صفة صفة لهذا التطور أو نعة منصوب بالفتحة بالفتحة طيب أنا لو أحببت أن أحذف تطورا لو أحببت أن أحذف المفعول المطلق فما الذي ينوب عنه أقول تنوب عنه صفته احذف تطورا ما الذي ينوب عنه سريعا إذن سريعا تكون نائبا عن المفعول المطلق المحذوف أعيد تطورت تطورا تطورا مفعول المطلق لو حذفنا المفعول المطلق فما الذي ينوب عنه صفته إذن سريعا تنوب عن هذا المفعول المطلق المحذوف فنسميها نائبا عن المفعول المطلق اتضح الكلام سريعا نائب عن المفعول المطلق والنائب عن المفعول المطلق من منصوبات الأسماء إذن هذا كلمة سريعا نائب عن المفعول المطلق منصوب بالفتحة كذلك ينوب عن المفعول المطلق عدده كيف ذلك أعطني مثالا أقول كررت الخبر ثلاث مرات أو أربع مرات أو خمس مرات وهكذا طيب انظر أنا لو قلت كررت الخبر تكرارا بفتح التاء تكرارا كررت الخبر تكرارا طيب أنا أحب أن أحذف هذا المفعول المطلق فما الذي ينوب عنه؟ ينوب عنه عدده ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات وهكذا إذن ناب عنه المفعول المطلق هنا عدده إذن ثلاث أقول نائب عنه المفعول المطلق منصوب بالفتحة ذلك ينوب عنه المفعول المطلق كل أو بعض مضافة إلى المصدر كيف هذا؟ أعطيني مثال وهذا مهم جدا أقول أحسن إلى أقارب كل الإحسان ما إعرب كله؟ انظر إلى الفتحة كلا ولا تقل كل ولا كلي انتبه رأيت هذا الفعل؟ أحسن رأيت هذا المصدر أو هذا المفعول المطلق؟ الإحسان اللفظ متقار أحسن الإحسان أحسن الإحسان أخبر الإخبار أفهم الإفهام أنظر وفي الوسط ضع كلا أو بعضا فهمت؟ أحسن الإحسان وفي الوسط كل أو بعض إذن كل هنا نائب عن المفعول المطلق طيب لسان آخر أقول انطلقت بعض الانطلاق انطلق والانطلاق انطلق والانطلاق اللفظ متقارب وفي الوسط بعض كل معظم أحسن وهكذا هذا نائب عن المفعول المطلق؟ طيب ننتقل إلى شيء آخر من منصوبات الأسماء ألا وهو المفعول من أجله طبعا هذا الكلام الذي مر بنا ليس فيه صعوبة أبدا إن شاء الله انتبه إلى أن النائب عن المفعول المطلق أكثر من ذلك لكن أنا قد اختصرت على هذا فقط فهذا يستخدم كثيرا جدا في الكلام بفضل الله ننتقل إلى المفعول من أجله إن شاء الله أقول وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل كيف؟ أعطني مثالا أقول غضى زيد بصره طاعة لله طاعة لله أسأل لماذا غضى زيد بصره الإجابة انظر أنا سألت بلماذا لماذا الإجابة لأجل طاعة الله إذن المفعول من أجله أجله بلماذا الكلام يعني ليس فيه صعوبة أبدا مثال آخر أقول أطيع الله سبحانه وتعالى رغبة في إرضائه ودخول جنته اسأل بلماذا لماذا تطيع الله؟ أقول أطيع الله رغبة أي من أجل الرغبة من أجل الرغبة إذن رغبة إجابة عن سؤال بلماذا إذن هذا هو المفعول من أجله ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الظرف وهذا مهلا جدا أقول هو اسم اس نعم يعني ليس فعلا نعم انتبه الظرف اسم يذكر لبيان زمان أو مكان وقوع الفعل كيف هذا أقول هناك ظرف ظرف للزمان وهناك ظرف للمكان من ظروف الزمان اليوم الليلة بكرة غدا صباحا مساء أبدا انتبه هنا مساء أين الألف التي بعد الهمزة أقول لا يصح أن نضعها فلا تكتب ألفا هنا بعد الهمزة نحن كتبنا ألفا قبل الهمزة لا تكتب هنا ألفا بعد الهمزة لماذا لأن العربة تكره وقوع الهمزة بين ألفين أعد لا تكتب هنا بعد الهمزة ألفا لماذا لأن العربة تكره وقوع الهمزة بين ألفين كل هذه الكلمات من ظروف الزمان أعطني مثالا أقول جاء زيدني اليوم انظر الظرف اسم يذكر لماذا لبيان زمان أو مكان وقوع الفعل هذا المجيء كان متى اليوم أنا ذكرت هذه الكلمة لأبين زمان وقوع الفعل زمان وقوع المجيء متى جاء زيدني اليوم هذه الكلمة ظرف زمان منصوب بالفتحة جاء زيدني الليلة ظرف زمان منصوب بالفتحة جاء زيدني صباحا نفس الكلام ظرف زمان منصوب بالفتحة طيب أقول رأيته عصرا عصرا ليست في هذه الكلمات ليست شرطا رأيته ظهرا رأيته عصرا رأيته ليلا هذا الآن بيّن زمان وقوع الرؤية فهم الظرف الزمان طيب انتقل معي إن شاء الله تعالى إلى ظرف المكان ظرف المكان يعني منه أمام خلف وراء فوق تحت عند طيب أعطني مثالا أقول رأيت زيدا خلفك انظر إلى هذه الكلمة هذه الكلمة بيّنت مكان الرؤية أين رأيته؟ أنا قلت رأيته خلفك رأيت زيدا خلفك حددت المكان وفوق هنا في هذه الجملة حددت الزمان هنا حددت الزمان أما هنا فقط حددت المكان الزرف اسم يذكر لبينيه زمان أو مكان وقوع الفعل زمان أو مكان وقوع الفعل رأيته أمام المسجد أمام من الظروف من ظروف المكان إذن أمام ظرف مكان منصوب بالفتحة الظروف من منصوبات الأسماء أمام ظرف مكان وما بعد الظرف مضاف إليه كلمة المسجد مضاف إليه مجهور بالكسرة ما بعد الظرف ماذا يعرب يعرب مضاف إليه فهم هذا الكلام ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى الحال وهو درس مهم جدا 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 أقول الحال هو الاسم النكرة النكرة نعم هذا في الأغلب هذا في الأغلب هو الاسم النكرة المنصوب الذي يفسر هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما عند وقوع الفاعل انظر ويصح أن نسأل عنه بكيف طيب أعطني مثالا أقول جاء زيد راكبا أين الحال؟ الحال هو كلمة راكبا طيب أين صاحب الحال؟ يعني من الذي راكبه؟ زيد إذن زيد هو صاحب الحال هذا الحال ماذا عنه؟ أقول هذا الحال يفسر هيئة الفاعل كلمة زيد هي الفاعل من الذي جاء؟ زيد إذن زيد فاعل فاعل مرفوع بالضمه هو الذي فعل الفعل هو الذي جاء ما حاله؟ اسأل بكيف؟ كيف جاء زيد؟ جاء راكبا حال كونه راكبا إذن راكبا حال منصوبة بالفتحة يصح وانتبه يصح أن أقول حال منصوبة ويصح أن أقول حال منصوب الحال كلمة الحال تذكر وتؤنث والتأنيس أفضل جاء زيد فاعل زيد فاعل ما حاله؟ اسأل بكيف؟ كيف جاء؟ جاء راكبا لم يجئ ماشيا ولم يجئ جاريا جاء راكبا إذن الحال هنا الحال هنا فصر هيئة الفاعل طيب أقول صاحب الحال أين صاحب الحال؟ زيد صاحب الحال يكون معرف أعيد هذه معلومة مهمة جدا تعرف ما أهميتها؟ قد يقول قائل نحن لماذا لم نعرب هذه الكلمة نعتا صفة زيد أنه راكب قد يقول هذا نقول انظر لو تذكر قلنا في درس النعت النعت المفرد النعت المفرد أنت تجد فيه إما نكرتين أو معرفتين تجد فيه نكرتين أو معرفتين أما هنا فصاحب الحال معرفة والحال نكرة معرفة ونكرة فلا يصح النعت لا يصح أن نعرب كلمة راكبا نعتا إذن الآن صاحب الحال يكون معرفة والحال يكون نكرة انظر معي أقول رأيت الطفل مسرورا أين الحال؟ نعم مسرورا الحال هو كلمة مسرورا أين صاحبه؟ أين صاحب هذا الحال؟ نعم الطفل رأيت الطفل حال كونه مسرورا إذن هذا الحال يفسر هيئة المفعول به طيب أقول أبصرت العصفورا أبصرت بمعنى رأيت أبصرت العصفورا واقفا أين الحال؟ نعم واقفا أبصرت العصفورا واقفا أين صاحب الحال؟ العصفور أنا رأيت العصفورا حال كونيه هو واقفا طيب انظر معي أبصرت العصفورا قارئا كتابا أين الحال؟ قارئا أين صاحبه؟ العصفور خطأ هل العصفور يقرأ في الكتب لا لا إذن أين صاحب الحال هو التاء أبصرت العصفور حال كوني أنا طارئا كتابا أنا رأيت العصفور وماذا كانت حالي كنت أقرأ كتابا فعلمت إذن صاحب الحال في المثال الأول هو العصفور وفي المثال الثاني هو التاء طيب يصح في المثال هذا أن يكون صاحب الحال هو التأ يصح أبصرت العصفورة حال كوني أنا وقفا كنت وقفا عندما رأيت العصفور انظر إلى الحال مهم جدا جدا في الكلام عندنا آية قرآنية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أين الحال؟ أمة خطأ كان لها اسم ولها خبر الناس اسمه كان مرفوع بالضمة وأمة خبره كان منصوب بالفتحة واحدة نصفة الأمة واحدة نعت نعت فبعث الله النبيين ما حالهم مبشرين مبشرين هي الحال حال كونهم مبشرين اسأل بكيف؟ اسأل بكيف؟ كيف أبصرت العصفور؟ كنت قارئا كتابا كيف رأيت الطفل؟ كنت مسرورا وهكذا اسأل بكيف؟ كيف جاء زيد؟ جاء راكبا حاله هذه حاله إذن مبشرين حال لكن يا ترى منصوب بأي شيء؟ أقول هذا جمع مذكر سالم فهو منصوب باليائي عندنا آية أخرى فاعبد الله مخلصا له الدين طيب أين الحال؟ الحال هو كلمة مخلصا فاعبد الله ما حالك؟ مخلصا له الدين لابد من هذا الإخلاص فاعبد الله حال كونك؟ هذا هو التقدير حال كونك مخلصا اسأل بكيف؟ عرفت الآن الحال؟ الحال يكون نكرا صاحب الحال يكون معرفة هذا شرط هذا مهم جدا بخلاف النعت النعت في دراستنا للنعت المفرد عرفنا أنك تجد إما نكرتين أو معرفتين أما هنا فأنت تجد الحال نكرة وصاحب الحال معرفة فهمت هذا الكلام؟ ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى التمييز وهذا الدرس يحتاج إلى مزيد لمزيد مزيد تركيز مهم جدا 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 انتبه أقول إن التمييز هو اسم نكرة اسم ليس فعلا ولا حرفا وهو نكرة ليس معرفة انتبه اسم النكرة منصوب مفسر لمن بهم من الزوات كيف هذا؟ أعطني مثالا أقول زاد المسلم علما طيب أنا لو حذفت كلمة علما فهل أنت فهمت؟ طيب زاد في أي شيء؟ زاد في أي شيء؟ أقول علما تمييز التمييز بمعنى التبيين بمعنى التوضيح بمعنى الإظهار زاد المسلم في أي شيء؟ زاد في العلم هذه الكلمة تمييز وتلك الكلمة أسميها مميزا كالصفة والموصوف كالبدل والمبدل منه هذا تمييز وهذا مميز التمييز هو علما كيف أعرف التمييز؟ ضع قبله من جهة هذا باختصار زاد المسلم من أي جهة؟ هل يطرى؟ من جهة القوة؟ من جهة الخلق؟ من جهة الجسد؟ من أي جهة؟ زاد من أي جهة؟ زاد من جهة العلم؟ من ناحية العلم زاد في أي شيء؟ زاد قوة؟ زاد خلقا؟ زاد جسما؟ زاد في أي شيء؟ زاد علما إذن علما وضحت ما كان غامضا قبلها انظر إلى التعريف اسم انظر إلى علما اسم نكر ليست معرفة؟ منصوب مفسر مفسر؟ نعم التمييز كلمة تفسر ما قبلها انتبه التمييز كلمة تزيل إبهام ما قبلها تزيل غموضة ما قبلها باختصار طيب أقول تصبب زيد عراقا طبعا انتبه إلى أن التمييز من منصوبات الأسماء يعني علما نعربها تمييزا منصوبا بالفتحة أقول تصبب زيد عراقا انظر إلى هذين المثالين تصبب زيد احذف عراقا ازدادت مصر احذف احذف أمانا تصبب زيد وسكت هل فهمت؟ تصبب أي شيء تصبب أي شيء؟ قال تصبب عرقا لم يتصبب مثلا عزه بالله داما تصبب عرقا تصبب عرقا إذن كلمة عرقا أوضحت إبهاما وغموضا قبلها انظر إلى هذا المثال ازدادت مصر أمانا احذف أمانا أقول ازدادت مصر طيب ازدادت أي شيء؟ هل هي ازدادت رخاءا؟ هل هي ازدادت أناسا؟ هل هي ازدادت مالا؟ ازدادت في أي شيء؟ ازدادت أمانا إذن كلمة أمانا أزالت غموضا قبلها وكيف يعرف التمييز نضع قبله من جهة التمييز قلت هذه الكلمة الأخيرة تمييز وقبل التمييز مميز هذا المميز إما أن يكون ملفوظا أو ملحوظا أعيد هذه الكلمة تمييز تمييز تبيين طيب ما قبلها هذا أسميه مميزا هذا المميز له شكلاني إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون ملحوظا أنواع المميز الملفوظ انظر معي وانتبه وحفظ عندي مساحة ووزن وكيل وعدد هذا الكلام مهم جدا جدا فانتبه أقول زرعت فدانا قطما طيب احذف كلمة قطما أنا أقول لك زرعت فدانا فماذا تقول تقول ماذا زرعت فيه الكلام غامض أوضح كلامك ميز كلامك قلت زرعت فدانا قطما ميز كلامك أوضح كلامك بين كلامك كلامك غامض إذا حذفت كلمة قطما فكلامك غامض إذن كلمة قطما تمييز منصوب بالفتحة المميز فدانا الفدان مساحة نعم الفدان مساحة نعم زرعت قيراطا زرعت فدانا هذه مساحة طيب أقول بعت جراما ذهبا كلمة جراما تدل على وزن نعم أين المميز أقول جراما طيب هذا المميز ما نوع أقول ملفوظ لماذا لأن كلمة جراما تدل على وزن فانتبه متى يكون المميز ملفوظا إذا دل على مساحة انظر إلى فدانا إذا دل على وزن انظر إلى جراما كذلك إذا دل على كيل أقول بعت إردبا قمحا الإردب من الكيل وهو معروف أين المميز أقول إردبا كلمة إردبا هي المميز تدل على كيل نعم إذا هذا المميز ملفوظ له لفظ أنا لفظته أنا ذكرته أنا كتبته فهم الكلام ما إعرب قمحا وما إعرب ذهبا وما إعرب قطنا كل هذا أقول عنه تمييز منصوب بالفتحة طبعا له أحوال أخرى لكن نحن نقتصر نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى طيب أخيرا عندنا تمييز العدد أقول قرأت عشرين جزءا من القرآن نسأل الله عز وجل أن يحفظنا كتابه بيسر وسهولة وأن يثبته في أذهاننا وصدورنا وقلوبنا إنه ولي ذلك والقدر عليك قرأت عشرين جزءا من القرآن أين العدد عشرين ما بعد العدد يعرب تمييزا ولا تقل يعرب تمييز أعيد ما بعد العدد يعرب تمييزا ما بعد العدد هذا عدد ما بعده يعرب تمييزا طيب أين المميز عشرين هل يدل على عدد نعم إذن هذا المميز ملفوظ فهم الكلام طيب امتقل معي إلى التمييز أو إلى المميز الملحوظ أقول كثيرا أنا ما قلت غالبا أو ما قلت دائما قلت كثيرا ما يأتي بعد الألفاظ الآتية واحفظ معي الآن زاد وازداد خذ هذين معا احفظ هذين معا زاد وازداد فاض وانتلأ وانتشر احفظ هذه الثلاثة معا فاض انتلأ انتشر زاد وازداد فاض وانتلأ وانتشر حسن وطاب ثم اخيرا افعل التفضل كيف هذا اعطني مثالا اقول امتلأ الرجل غيظا هذه الكلمة فاعل من الذي امتلأه الرجل من الذي فعل الفعل الرجل اذا الرجل فاعل مرفوع بالضم طيب ضع من جهة نحن قلنا حتى تعرف التمييز فعليك ان تضع قبله من جه هذا في الأغلب امتلأ الرجل من اي جهة هل امتلأ علما هل امتلأ فضلا هل امتلأ غيظا امتلأ اي شيء امتلأ غيظا انظر الى امتلأ انظر الى امتلأ انحنا حفظناها الآن زاد وازداد فاض وامتلأ وانتشر اذا اتتك كلمة منصوبة بعد هذه الألفاظ فانت تعربها تمييزا امتلأ من الألفاظ التي حفظناها بعدها كلمة نكرة هذه الكلمة تمييز طيب لماذا لم نعرب كلمة الرجل تمييزا اقول نحن عرفنا في تعريف التمييز انه نكرة هل كلمة الرجل وقعت نكرة لا فيها قال اذا هي معرفة امتلأ الرجل هذا فاعل امتلأ اي شيء ما الكلمة التي توضح غيظا غيظا تنييز طيب اقول علي اكثر اكراما للضيف من اخي طيب كلمة اكثر ما وزنها وزنها افعل نحن عرفنا شيئا عن الوزن في درس الممنوع من الصرف فانتبه وهذا مهم جدا اكثر على وزن افعل طيب اتني بكلمات اخر على وزن فعال على وزن افعل اقول افضل احسن اكبر اقصر اطول وهكذا اذا اكثر على وزن افعل هذه كلمة اكثر وسميها افعل التفضيل افعل التفضيل طيب انظر الآن عندنا علي وعندنا اخوه انتبه عندنا رجلان علي ومن واخوه هزان الرجلان علي واخوه اشتركا في اكرام الضيف انتبه لكن علي زاد على اخيه في اكرام الضيف هذا هو معنى اسم التفضيل اعيد اسم التفضيل كلمة على وزن افعل افعل التفضيل هذا اسمه تفضيل على وزن افعل ما معنى؟ معناه ان شيئين اشتركا في صفة علي واخوه اشتركا في اكرام الضيف من زاد على الاخر؟ زاد احدهما وهو علي على الاخر في نفس الصفة فهم؟ فهم هذا الكلام؟ علي واخوه زاد علي على اخيه في اكرام الضيف طيب ماذا تريد مني الآن؟ اقول اين الكلمة التي على وزن افعل؟ اقول اكثر اكثر على وزن افعل بعدها كلمة ناكرة منصوبة؟ نعم نعم اذا كلمة اكراما تمييز لانها وقعت بعد افعال التفضيل فهم الكلام؟ انتبه الى ان التمييز ناكرة ناكرة اسم ناكرة اسم ليس فعلا ولا حرفا اكثر هذا خبر علي المبتدى اكثر خبر منفوء بالضمة اكراما تمييز منصوب بالفتحة التمييز من منصوبات الاسماء طيب اقول علي خير من اخيه انفاقا على الفقراء اين اسم التفضيل؟ انظر معي اسم التفضيل في الاغلب يكون على وزن افعل اكثر احسن افضل اطول وهكذا لكن العلماء يعتبرون كلمة خير هذه و كلمة شر كلمة خير وكلمة شر يعتبرونهما من اسماء التفضيل الاصل اخير لكن لكثرة الاستعمال حزفوا الهمزة اصل خير اخير واخير على وزن افعل اذا كلمة خير وكذلك شر كلمة خير اسم تفضيل اين التمييز؟ لا تقول من انا قلت التمييز اسم و ناكرة و منصو احفظ هذا اسم ناكرة منصو هل من من الاسماء؟ لا حرف اخيه؟ هل اخيه تميز؟ لا لماذا؟ من يجيب؟ هي اسم مجرور نعم لكن هي ليست تمييزا لماذا؟ لماذا؟ هي ليست ناكرة طيب يعني هي معرفة؟ نعم كيف عرفنا انها معرفة؟ نقول هذه الكلمة معرفة بالاضافة كيف عرفنا؟ لان فيها مضافا اليه معرفة نفهم الكلام؟ اين التمييز؟ اين الكلمة؟ طبعا خير اسمه تفضيل اين الكلمة النكرة المنصوبة بعد اسم التفضيل؟ انفاقا اذا انفاقا هي التمييز تمييز منصوب بالفتحة طيب هل تستطيع مثلا ان تأتيني بمثال فيه الفعل طابة؟ اقول مثلا طابت مصر طربة طاب الرجل نفسا مثلا نفسا وتربة تمييز فقد جاءت بعد هذه الالفاظ اذا عرفنا ان عندنا مميزا ملفوظا وان عندنا مميزا ملحوظا كنا قد تكلمنا عن المساحة وعن الوزن وعن الكيل وما تكلمنا بالتفصيل عن العدد ثم انتقلنا الى المميز الملحوظ وعرفناه بالتفصيل بفضل الله ننتقل الان ان شاء الله تعالى الى هذا وهو تمييز العدد وانا اعرف ان فيه بعض الصعوبة يعني يشتكي منه بعض اخواني لكن ان شاء الله عز وجل سنشرحه باختصار وبطريقة ليس فيها صعوبة ان شاء الله تعالى فركز معنا اولا عندنا العدد المفرد العدد المفرد له اشكال عندنا العددان واحد واثنان وعندنا الاعداد من ثلاثة الى عشرة وعندنا العددان مئة والف ومضاعفاتهما طيب العددان واحد واثنان ليس لهما تمييز وانتبه الى ان كلمة تمييز تكتب بيا ايني تكتب بيا ايني الاعداد من ثلاثة الى عشرة ماذا اقول فيها اقول ان العدد يخالف المعدود اعطني مثالا اقول اشتريت وكتب لك العدد عشرة كتب ماذا اقول هل اقول اشتريت عشرة بغير تا اشتريت عشرة كتب هل اقول اشتريت عشرة كتب ماذا اقول انظر هنا قال العدد يخالف المعدود اين العدد هذا اين المعدود هذا هذا وهو كلمة كتب اسميه معدودا او تمييزا طيب اذا هذا عدد وهذا معدود قال العدد يخالف المعدود هذا المعدود هل جاء مذكرا نعم كلمة كتب كلمة مذكرة لماذا لان المفرد وهو كتاب لان المفرد مذكر طيب اذا انا احتاج هنا الى كلمة مؤنسة اذا ماذا اقول اقول اشتريت عشرة كتب ماذا حدث باختصار كلمة كتب مذكرة نعم نأتي هنا بكلمة مؤنسة لماذا لانه قال ان العدد يخالف المعدود المعدود مذكر نعم نأتي هنا بكلمة مؤنسة اذا كان المعدود مؤنسا فنحن نأتي هنا بكلمة مذكرة العدد يخالف المعدود انظر المعدود وهو الاخير هذا المعدود المعدود جمع مجرور بالإضافة. جمع مجروف. انظر. اشتريت عشرة كتب ولا تقل كتاب مثلا أو كتابا. المعدود جمع. انظر إلى كتب. جمع مجروف كتب فلتقل اشتريت عشرة كتبا أو كتب خطأ. كتب. فهم هذا الكلام؟ إذن العددان واحد واثنان ليس لهم تنييز. الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. العدد فيها يخالف المعدود والمعدود جمع مجروف. اعطني مثلا آخر. رأيت وكتب لك العدد خمس فتيات. ماذا أقول؟ هل أقول رأيت خمسة بغير تا فتيات؟ هل أقول رأيت خمسة فتيات؟ ماذا أقول؟ العدد يخالف المعدود. أين العدد؟ هذا. أين المعدود؟ هذا. المعدود مؤنس؟ نعم. إذن العدد هنا سيكون مذكرا. ماذا أقول؟ أقول رأيت خمسة فتيات. خمسة ولا تقول خمسة بالتاء. رأيت خمسة بغير تاء. انظر إلى فتيات. أسميها المعدود أو التمييز. هذا المعدود يكون جمعا مجرورا. فهم هذا الكلام؟ طيب. العددان مئة وألف. قال إن المعدود مفرد مجروه. طبعا هذه الأعداد مع المضاعفات تلزم صورة واحدة. لها صورة ولها شكل واحد. أعطني مثالا. أقول قرأت مئة كتاب. قرأت مئة. لفظ لا يتغير. أحب هنا أن أقول إن الأفضل أن تكتب كلمة مئة بغير ألف. هذا هو الأفضل. فأقول قرأت مئة كتاب. ماذا حدث؟ مئة لها صورة واحد. إذا كان مبعدها مذكرا أو مؤنسا فهي لها صورة واحد. ماذا عن المعدود؟ وهو الأخير. هذا المعدود قال مفرد مجروه. فلا تقول قرأت مئة كتابا أو قرأت مئة كتاب. خطأ. قرأت مئة كتاب. المعدود مفرد مجروه. فهم هذا الكلام؟ طيب. هذا هو العدد المفرد. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى العدد المركب. أقسم هذا العدد المركب. فأقول عندنا العددان الحادي عشر والثاني عشر. طيب. ماذا أفعل؟ انظر. قال الله عز وجل حكاية. يا أبتي. إني رأيت أحد عشر كوكبا. طيب. هذا الجزء أسميه صدرا. أسميه صدرا. وهذا الجزء الذي بعده أسميه عجزا. هذا صدر وهذا عجز. أين المعدود؟ هو كلمة كوكبا. طيب. أنت تلاحظ معي أن هذا المعدود مذكر؟ ما حال الصدر؟ ما حال الصدر؟ مذكر. ما حال العجز أيضا مذكر؟ كلا هما مذكرا. نعم. نعم. إذن القاعدة ما القاعدة؟ أقول الصدر والعجز يوافقان المعدود. أعيد. أين الصدر؟ أحد. أين العجز؟ عشر. أين المعدود؟ كوكبا. قال الصدر والعجز هزاني. هزاني. الصدر والعجز هزاني يوافقان المعدود. تذكيرا وتأنيسا. المعدود هنا مذكر. إذن الصدر والعجز مذكران. الصدر والعجز يوافقان. طيب. ماذا عن المعدود؟ قال المعدود مفرد منصوب. انتبه إلى أننا بداية من العدد الحادي عشر إلى نهاية الدرس المعدود يكون مفردا منصوبا. يعني من هنا من العدد الحادي عشر إلى آخر الدرس والمعدود هذا الذي في الآخر مفرد منصوب. انظر. هذا جمع مجرور. وهذا مفرد مجرور. ومن هنا إلى آخر الدرس مفرد منصوب. إذن الصدر والعجز يوافقان المعدود. هذا في العدد الحادي عشر والثاني عشر. أعطني مثالا آخر. عندنا آية قرآنية. فانبجست منه سنتا عشرة عينا. طيب. أين الصدر؟ سنتا. أين العجز؟ عشرة. انظر إلى المعدود وهو عينا. هذه الكلمة مؤنسة. انظر. أتاك بالصدر مؤنسا وأتاك كذلك بالعجز مؤنسا. إذن الصدر يوافق المعدود. وكذلك العجز يوافق المعدود. إذن الصدر والعجز هذان يوافقان المعدود. هذا مع العدد الحادي عشر والثاني عشر. الأعداد من الثالث عشر إلى التاسع عشر. قال الصدر يخالف والعجز وافق. كيف؟ كيف هذا؟ عطني مثالا. أقول اشتريت أربعة عشر كتابا. أين الصدر؟ هذا. كلمة أربعة. أين العجز؟ كلمة عشر. قال الصدر يخالف. يخالف أي شيء. انظر معي. انظر إلى هذه الكلمة. إلى كلمة أربعة. هذا العدد ينتمي إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشر. انظر هنا. ينتمي إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشر. قال العدد يخالف المعدود. طيب هذا الكلام نفذه هنا. يعني أنا ما تحدثت الآن عن عشر. أنا أتحدث عن أربعة فقط. المعدود وهو كتابا مذكر. إذن نحن نأتي بهذا العدد مؤنسا. لأنه يخالف. لأنه من ثلاثة إلى عشر. العدد يخالف المعدود. فهم الكلام. هذا مهم جدا. طيب. إذن الصدر يخالف. العجز. قال يوافق. أين العجز؟ عشر. يوافق ما بعده. وهو المعدود. المعدود مذكر. نعم. إذن عشر مذكر. فهم الكلام؟ طيب. قال بعد ذلك المعدود مفرد منصوب. انظر. أنا قلت من العدد الحادي عشر إلى نهاية الدرس. المعدود وهذا الأخير مفرد منصوب. العددان. الحادي عشر والثاني عشر فيهما يعني الصدر والعجز يوافقان والمعدود مفرد منصوب. طيب. من الأعداد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر. الصدر يخالف والعجز يوافق والمعدود مفرد منصوب. أعطني مثالا آخر. قال رأيت ثلاثة عشرة فتاتا. طيب. انظر. الصدر يخالف. لماذا؟ لأن ثلاثة تنتمي إلى العدد من ثلاثة العشر. إذن العدد يخالف المعدود. انظر. فتم أنس. إذن الصدر. أنا سأجعله مذكرا. إذن أقول رأيت ثلاثة بغير التاء. العدد عشرة. انظر. العجز يوافق. جاء هذا العدد مركبا مع غيره. فوافق ما بعدهم. باختصار. باختصار. الصدر يخالف. هذه الكلمة أنسة. اجعل هنا كلمة مذكرة. طيب. العدد عشرة هو العجز. قال العجز يوافق. العجز يوافق. فتاة كلمة مؤنثة. إذن عشرة لا بد أن تكون مؤنثة. يسأل سائل. في المثال الأول. أنا جعلت العدد عشرة يخالف. لأن كلمة كتب كلمة مذكرة. إذن هنا مخالف. العدد يخالف المعدود. كيف تقول إن العدد عشرة هنا يوافق. أقول سؤال جميل. العدد عشرة. انتبه. هنا جاء مفردا. جاء مفردا. ليس مركبا مع غيره. هنا جاء مفردا. أما هنا فجاء مركبا مع غيره. أربعة عشر. ثلاثة عشرة. خمسة عشرة. جاء العدد عشرة. مركبا. انتبه. إذا كان مفردا فإنه يخالف. وإذا كان مركبا مع غيره. فإنه يوافق ما بعده. انتبه إلى هذا وأعده عدة مرات حتى يحفظ. إذا كان مفردا فإنه يخالف. وإذا كان مركبا مع غيره. فإنه يوافق ما بعده. طيب تعالوا نتضرب أكثر إن شاء الله تعالى. أقول هؤلاء إطناشر طالبا. ماذا أقول؟ هل أقول سنة؟ إسني. إسنتا. إسنتي. ماذا أقول؟ ارجع معي إلى العددين الحادي عشر والثاني عشر. نحن ماذا كنا نقول فيهما؟ كنا نقول فيهما إن الصدر والعجز يوافقان. يوافقان المعدود. المعدود هذا. مذكر؟ نعم. إذن أنا لن أختار الثالثة ولا الرابعة. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه التاء في الكلمة الثالثة. وكذلك في الرابعة. التاء مع المؤنس. اختياري سيكون إما الأولى أو الثانية. ماذا أقول؟ انظر إلى الإعراب. ما إعراب هؤلاء؟ اسم إشارة. مبني في محل رفع مبتدأ. طيب. المبتدأ يحتاج إلى خبر. الخبر يكون بالألف؟ نعم. إذن أقول هؤلاء اسماء. نحن لماذا اختارنا الألف؟ لماذا لم نختار الياء؟ رفع المسنة والملحق بالمسنة يكون بالألف. لذلك نحن اختارنا اسماء. طيب. ماذا أقول؟ هل أقول عشر؟ هل أقول عشرة؟ ماذا أقول؟ انظر. نحن هنا لو تنظر. اشتريت عشرة كتب. ماذا حدث؟ هنا مخالفة. لأن العدد عشرة جاء مفردا. إذن هو خالف ما بعده. إنما هنا جاء العدد مركبا مع غيره. جاء العدد عشر مركبا مع غيره. إذن يوافق. يوافق ما بعده. فهم الكلام؟ إذن ماذا أقول؟ أقول هؤلاء إثنى عشرة طالبا. هؤلاء إثنى عشرة. أنا لماذا اخترت العدد عشر بغير تاء؟ نقول لأنه مركب فوافق ما بعده. إنما إن كان مفردا فإنه يخالف ما بعده. انتبئ إلى هذا. طيب. انظر معي. أقول رأيت إثناشر كوكبا. ماذا أقول؟ هل أقول إثنى؟ إثني إثنة إثنتي. ماذا أقول؟ انظر معي. أولا كوكبا كلمة مذكرة. إذن أنا لن أختار الثالثة ولا الرابعة. اختيار إما الأولى أو الثانية. طيب. تعالوا نعرف. رأيت فعل وفاعل. هذه التاء تاء الفاعل. تعود علي. رأيت. طيب. رأيت. هذه تحتاج إلى مفعول. المفعول يكون بلياء. إذن أنا أقول رأيت ثني. طيب. ماذا أقول؟ هنا العدد عشر سيكون مركبا فيوافق ما بعده. إذن ماذا أقول؟ أقول رأيت ثني عشر كوكبا. فهم الكلام؟ طالبا وكوكبا. ماذا يعربان؟ كل منهما تمييز. طيب. تعالوا إلى مثال ثالث. أقول هؤلاء إثناشر طالبة. ماذا أقول؟ انظر إلى طالبة. إلى التمييز أو إلى المعدود. المعدود جاء مؤنسا. إذن أنا لن أختار الكلمة الأولى ولا الثانية. أنا أريد كلمة فيها تاء. لأن المعدود هنا جاء مؤنسا. إذن أنا سأختار الثالثة أو الرابعة. طيب. ماذا أقول؟ تعالوا نعرب. هؤلاء مبتدأ. هي اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. والمبتدأ يحتاج إلى خبر. الخبر يكون بماذا؟ يكون بالألف. نحن نتحدث عن المسنة وعن الملحق بالمسنة. طيب. إثنتا كلمة فيها ألف. إذن هي التي نختاره. ماذا نقول؟ نقول هؤلاء إثنتا. إثنتا. طيب. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ هل أقول عشرة؟ هل أقول عشر؟ ماذا أقول؟ العدد عشرة هنا سيكون مركبا. بمعنى أنه يوافق ما بعده. ما بعده مؤنس. إذن هنا نحن نقول هؤلاء إثنتا عشرة طالبة. فهم الكلام؟ طيب. طبعا. يعني أنت تعيد ذلك إن شاء الله عز وجل عدة مرات حتى يتقن. هذا مهم جدا. أقول رأيت اتناشر طالبة. ماذا أقول؟ طالبة كلمة مؤنسة. إذن أنا سأختار إما الثالثة أو الرابعة. تعالوا إلى الإعراض. رأيت فعل وفاعل. أحتاج هنا إلى مفعول به. إذن سأختار ليه. أقول رأيت سنتي. ماذا أقول؟ العدد الذي سيكون هنا وهو عشرة. سيوافق ما بعده. إذن رأيت سنتي عشرة طالبة. فهم هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم جدا جدا إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى أعداد العقود. وهي من عشرين إلى تسعين. عشرون. ثلاثون. أربعون. خمسون. وهكذا إلى تسعين. طيب. أعطني مثال. أقول هؤلاء. هل أقول عشرون؟ عشرين طالبة. ماذا أقول؟ انظر معنا. هنا نحن نعامل. طبعا هذا يسير جدا لا صعوبة فيه أبدا إن شاء الله تعالى. نحن نعامل هذه الأعداد. معاملة جمع المذكر السالم. أقول مسلمون مسلمين. فاهمون فاهمين. ماذا فعلنا؟ جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ بالواو. ينصب ويجر بماذا؟ بالياء. إذن أنا ماذا أقول؟ أقول هؤلاء عشرون طالبة. لماذا لم تقول عشرين؟ أقول لأن كلمة هؤلاء مبتدأ. والمبتدأ يحتاج بعده إلى خبر. عرفت؟ إذن هذا خبر مرفوع بالواو. لماذا؟ لا ليس جمع مذكر سالما إنه ملحق بجمع المذكر السالم. ليس جمع مذكر سالم. من باختصار هو يعامل معاملة جمع المذكر السالم. ما القاعدة؟ القاعدة العدد يعراب جمع المذكر السالم. في ذلك صعوبة لا صعوبة أبدا. طيب، انظر إلى المعدود. قال المعدود مفرد منصوب. أنا ذكرت لك ونحن نشرح العدد الحادي عشر. قلت من بداية العدد الحادي عشر إلى آخر الدرس. المعدود مفرد منصوب. انتبه من الحادي عشر إلى آخر الدرس. طيب، إذن نحن عندنا الآن عدد العقود تعراب جمع المذكر السالم. لا صعوبة في ذلك أبدا. إن شاء الله تعالى. أقول، رأيت، ماذا أقول؟ عشرون؟ عشرين طالبا. ماذا أقول؟ عرب على حسب العرب. طيب، رأيت فعل وفاعل. إذن هنا أنا أحتاج إلى مفعول به، والمفعول به يكون بلياء. لأن هذا جاء ملحق بجمع المذكر السالم. إذن أنا أقول، رأيت عشرين طالبا. ما يعرب طالبا؟ أقول تمييز منصوب بالفتحة. فهمت هذا الكلام؟ طيب، انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى العدد المعطو. من العدد الواحد والعشرين إلى التاسع والتسعين. لكن سأقسمه. أقول عندنا العددان الواحد والعشرون والثاني والعشرون. ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ من الثالث والعشرين إلى التاسع والتسعين. عندنا قاعدة مهمة جدا في هذا العدد أو في هذين من العددين تقول الصدر يوافق المعدد. أعطيني مثالا كيف هذا؟ كيف أن الصدر يوافق المعدود؟ وكيف أن المعدود مفرد منصوب؟ أعطيني مثالا قال هؤلاء إثنتا وعشرون فتاتا. فتاتا؟ نعم أنا قلت من بداية العدد الحادية عشر إلى آخر الدرس والمعدود مفرد منصوب. انتبه طيب قال أثنتا بالتاء؟ نعم بماذا؟ انظر قال الصدر يوافق المعدود. في العدد أو في العددين الواحد والعشرين والثاني والعشرين قال الصدر يوافق المعدود. المعدود هنا مؤنس. أين الصدر؟ أثنتا. هذا الصدر يكون مؤنسا. طيب لماذا قلنا عشرون ولا نقول عشرين؟ نقول هذه الكلمة خبر. خبر. مرفوع بالألف. إذن هنا حالة رفع. الواو حرف عطف. عشرون معطوف مرفوع بالواو. فهمت هذا الكلام؟ طيب. انتقل إلى الأعداد من الثالث والعشرين إلى التاسع والتسعين. قال الصدر يخالف المعدود. الصدر يخالف المعدود. المعدود مفرد منصوب. أعطني مثالا. وأنت. يعني أجب أنت. اشتريت. خمسة وعشرين ساعة. ماذا أقول؟ هل أقول خمس؟ هل أقول خمسا؟ هل أقول خمسة؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ طيب. هل أقول عشرون؟ هل أقول عشرين؟ أنظر. طبق القاعدة. الصدر يخالف. يخالف ماذا؟ المعدود. أين المعدود؟ ساعة. مؤنث؟ نعم. إذن هنا أحتاج إلى كلمة مذكرة. فأقول اشتريت خمسا. فهمت الكلام؟ طيب. ماذا أقول؟ وعشرون؟ خطأ. لماذا؟ أنا هنا هذه الكلمة منصوبة. نحن هنا في حالة ناصر. إذن أنا سأجعل الكلمة التي بعد الواو بالياء. إذن أقول اشتريت خمسا وعشرين ساعة. فهم الكلام؟ خمسا؟ لماذا خمسا؟ لماذا لم تقل خمسة؟ أقول لأن هذا الصدر يخالف. والمعدود هنا وهو ساعة. مؤنس. إذن أنا أتيت هنا بمذكر. لماذا عشرين؟ نقول لأننا هنا في حالة نصب. إذن لا بد أن نستخدم الياء. فهم هذا الكلام؟ أعطني مثالا آخر. اشتريت خمسة وعشرين كتابا ماذا أقول خمسا؟ خمسة ماذا أقول؟ عشرون؟ عشرين ماذا أقول؟ طيب. أولا قال الصدر يخالف المعدود. تعرف لماذا يخالفه؟ لماذا؟ انظر. ترى هذه الكلمة كلمة خمسا ترى. هذه الكلمة تنحصر أو توجد في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. كنا نقول فيها العدد يخالف المعدود. تذكرت الآن؟ وهذا العجز يعامل معاملة جمع المذكر السالم. فانتبه. اشتريت. ماذا أقول؟ ننظر إلى كتابة. مذكر؟ نعم. إذن هنا أنا أحتاج إلى كلمة مؤنثة. إذن أقول اشتريت خمسة. طيب. ماذا أقول عشرون؟ خطأ. لماذا؟ أنا هنا في حالة نصر. إذن أقول وعشرين. طيب. تعالوا نتضرب على بعض الجمل وفيها تلك الأعداد. حفظت ثلاثة وعشرين جزءا. ماذا أقول؟ هل أقول ثلاثا؟ هل أقول ثلاثة؟ ماذا أقول؟ أنظر. أولا هذا العدد. ما نوعه؟ أنظر. هو عدد معطوف. ينحصر هنا في هذه الأعداد. ينحصر بين هذين العددين. أليس كذلك؟ أنظر إلى القاعدة. الصدر يخالف. يخالف المعدود. المعدود هنا ما نوعه؟ مذكر. إذن نحن نختار المؤنث. إذن أنا أقول حفظت ثلاثة فيهم الكلام. طيب. ماذا أقول؟ عشرون؟ عشرين؟ ماذا أقول؟ هذا الكلام نحن يمكن أن نتعامل معه من خلال العراق. حفظت فعل وفاعل. حفظت فعل وفاعل. التأت أو الفاعل. ثلاثة مفعول به. إذن نحن نحن في حالة نصب الآن. إذن ماذا أخطر؟ الواو خطر. أخطر الياء. أخطر الياء. النصب هنا بالياء. إذن أقول حفظت ثلاثة وعشرين جزءا. فهم هذا الكلام؟ طيب. مثال آخر. أعجبني ثلاثة خطيبا. ماذا أقول؟ هل أقول ثلاثة؟ ثلاثة؟ ماذا أقول؟ أنظر معي. هذا العدد أولاً ينتمي إلى أي شيء. ما نوعه؟ هو عدد مركب. ارجع بالزاكرة إلى الأعداد المركبة. قلنا لو تذكر إن الصدر فيها يخالف. تعرف لماذا يخالف؟ لأن الصدر هذا ينتمي إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. فيخالف. إذن هو يخالف. فتقول إن كلمة خطيبا كلمة مذكرة. أنا أختار لها كلمة مؤنسة. فأقول أعجبني ثلاثة. طيب ماذا أقول؟ عشر؟ عشرة؟ ماذا أقول؟ أنظر معي. العدد عشرة أو عشر هنا. جاء مركبا؟ نعم. إذن لابد أن يوافق ما بعده وهو خطيبا. كلمة خطيبا مذكرة. إذن أختار عشر. إذن أقول أعجبني ثلاثة عشر خطيبا. أنظر واستمع إلي. أنا قلت أعجبني ثلاثة. فوضعت فتحة هنا. ثلاثة. عشرة. ثلاثة. عشرة. لماذا؟ يعني هذا العدد هو الآن فاعل. فاعل. أين المفعول؟ هذه الياء. أعجبني. هؤلاء الخطباء أعجبوني. إذن هؤلاء الخطباء هم الفاعل. وأنا يعني أقصد هذه الياء. الياء هي المفعول به. طيب. لماذا؟ إذا كان هذا العدد فاعل. أو مبتدأ أو مبتدأ أو مضافا إليه. أو 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 أو. فلابد من وضع الفتحتين. ثلاثة. ثلاثة. عشرة. أربعة. عشرة. خمسة. عشرة. وهكذا. لابد من هتين الفتحتين. طيب. أقول أتقنت. ماذا أقول؟ ثلاثة. ثلاثة. كتب. ماذا أقول؟ هذا عدد مفرد. لو تذكر في الأعداد من ثلاثة إلى عشرة. وقلنا إن الأعداد المفردة تخالف. طيب. كتب كلمة مذكرة. إذن أنا أختار ثلاثة التي فيها التاء في المدرسة اتناشر فصلا. هل أقول سنة؟ إثني. سنتة. إثنتين. قلنا هناك في العدد المركب إن العدديني الحادي عشرة والثاني عشرة الصدر والعجز فيهما يوافقا. يوافقا. نعم. أنا عندي هنا كلمة فصلا مذكرة. إذن نحن لن ننظر إلى ما فيه التاء. أنا أريد موافقة. أقول إنها إن شبه الجملة خبر مقدم. خبر مقدم. يحتاج بعده إلى مبتدأ مؤخر. والمبتدأ المؤخر يكون هنا بالألف. إذن أنا أقول في المدرسة إثناء. ماذا أقول؟ عشر. عشرة. ماذا أقول؟ العدد عشرة هنا جاء مركبا. فإذن لابد أن يوافق ما بعده. إذن ماذا أقول؟ ما بعده مذكرة. إذن أنا أقول في المدرسة إثناء عشرة. بغير تاء. إثناء عشرة فصلا. هذا الكلام مهم جدا 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 جدا. هذا هو درس العدد باختصار. أذكرك بالإعراض. قلت إن العدد المفرد يعرب على حسب الموقعي في الجملة. قلت إن العدد المركب وانتبه من الحادي عشر إلى التاسع عشر مع عدد الثاني عشر. مبني على فتح الجزئين. لابد أن تضع فتحتين. حتى يعني إذا كان مضافا إليه أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو أو. فلابد من هتين الفتحتين. العدد أو أعدد العقود هذه على حسب موقعي في الجملة. العدد المعطوف أيضا على حسب موقعي في الجملة. ننتقل بعد ذلك إن شاء الله وتعالى إلى المستثنى. أقول هو اسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء مخالفا ما قبلها في الحكم. كيف هذا؟ أعطني مثالا. أقول نجح الطلاب إلا زيدا. انتبه. المستثنى اسم. قال يذكر بعد أداة. انظر إلى إلا. هذه أسميها أداة الاستثناء. هذا الأسلوب كله اسمه أسلوب استثناء. نجح الطلاب. نجح كلهم إلا من؟ إلا واحدا إلا زيدا. فأنا أخذت زيدا من الطلاب. استثنيت. استثنيت. فلم ينجح. ما بعد إلا يخالف ما قبل إلا في الحكم. الطلاب نجحوا. هذا ما قبل إلا. زيد لم ينجح. هذا ما بعد إلا. ما بعد إلا خالف ما قبل إلا في الحكم. انظر. كلمة الطلاب. أقول هي المستثنى منه. ما نأخذ منه. ما نستثني منه. وكلمة زيدا هي المستثنى. أنا أخذت زيدا من أي شيء. من الطلاب. والمستثنى منه يقع قبل إلا. انتبه. طبعا أنت الآن تلاحظوا أن أسلوب الاستثناء يتكون هنا من ثلاثة أركان. من المستثنى منه. وهذا يكون قبل إلا. ومن الأداة. ثم أخيرا عندنا المستثنى. ويكون بعد إلا. أولا المستثنى بإلا. طبعا عندنا المستثنى بإلا. وبغير وسوى. وبخالة وعدة وحشا. وهذا سنأخذه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أقول نجح الطلاب إلا زيدا. يعني أنا كررت المثال هذا. نجح الطلاب إلا زيدا. هذا قال المستثنى بإلا. بإلا. الأداة هنا هي إلا. ماذا أريد منك أن تحدد الآن نوع هذا الأسلوب. ما نوعه؟ انظر معي. انظر إلى إلا. ما قبلها هو المستثنى منه؟ نعم. معنى ذلك أن المستثنى منه مذكور في الكلام؟ نعم. أقول إذن هذا الأسلوب تام. ما معنى تام؟ معناه أن المستثنى منه مذكور في الكلام. ويذكر طبعا قبل إلا. طيب. هل ترى هنا أداة نفي؟ لا. إذن هذا الأسلوب مسبت. ما معنى تام؟ معنى أن المستثنى منه ما نأخذ منه مذكور في الكلام. ما معنى مسبت؟ لا توجد أداة نفي. طيب. ماذا تريد مني؟ أريد منك أن نعرب ما بعد إلا. ما إعراب ما بعد إلا. قال إذا كان الأسلوب تاما مسبتا فما بعد إلا مستثنى منصوب وجوبا. ما معنى وجوبا؟ بمعنى أنه لا بد من النصب. يعني لا يجوز أن نقول ناجح الطلاب إلا زيد لا يجوز. إلا زيد لا يجوز. ليس لك إلا النصب. انتبه. إذا كان الأسلوب تاما مسبتا فليس لك فيما بعد إلا إلا النصب. النصب هنا على الوجوب. وجوبا مستثنى منصوب وجوبا. انظر معي. أقول لم ينجح الطلاب إلا زيدا أو زيد. طيب. أين المستثنى منه الطلاب؟ المستثنى منه مذكور؟ نعم. إذن هذا الأسلوب تاما. فهم الكلام؟ هل ترى أداة نفي في هذه الجملة؟ نعم. لم. إذن هذا الأسلوب منفي. قد يقول قائل. لم أنا أعرف وأعلم أنها أداة جزم. نقول نعم. يقول فكيف تقول إن هذا الأسلوب منفي. أقول كلمة لم أو هذا الحرف لم هو نعم أداة جزم ونفي. يجزم وينفي. ماذا تريد مني؟ أريد منك أن نعرب ما بعد إلا. عندنا كلمتان. بمعنى أن عندنا إعرابين نعم. نعم. حسنت. عندنا إعرابان الآن فيما بعد إلا. انظر معنا. أقول لك إذا كان الأسلوب تاما منفيا. انظر تاما منفيا. إذا كان تاما منفيا. فما بعد إلا. انظر. مستثنى. منصوب جوازا. جوازا. يعني يجوز النظر. يجوز النظر. انظر فوقها. مستثنى. منصوب وجوبا. مع التام المثبت. أو في الأسلوب التام المثبت. ما بعد إلا. منصوب وجوبا. هنا وجوباً في هذا الأسلوب التام المنفي ما بعد إلا منصوب جوازاً مستثنى مستثنى منصوب منصوب هنا وجوباً وهنا جوازاً عندنا يعرب الأخ ماذا قال ما بعد إلا أيضاً يكون بدلاً بدلاً من المستثنى منه ما معنى هذا المستثنى منه هذا ما يعرابه مستثنى منه ليس إعراباً انتبه هنا المستثنى منه يعرب فاعلاً لم ينجح من لازلنا لم ينجحوا الطلاب فهم الفاعل الفاعل يفعل الفعل الطلاب مرفوع كلمة مرفوع بدلاً من الطلاب مرفوع وعلامة رفعه الضبط إذن في التام المنفي عندنا إعرابان يحفظاً عندنا مستثنى منصوب جوازاً ما معنى جوازاً يعني يجوز النصب ويجوز غير النصب إذن في التام المثبت عندنا إعراب واحد فيما بعد إلا في التام المنفي عندنا إعراباني انظر معي لم ينجح إلا زيد أسألك أين المستثنى منه أين الكلمة التي نأخذ منها طبعاً لا تكون إلا قبل إلا طيب أين هي ينجح خطأ أولاً ينجح فعل هل أنا أخذت زيداً من ينجح؟ أخذ كلمة زيد من الفعل ينجح؟ خطأ أنا أخذت زيداً من الطلاب إنما أنا أخذ زيداً من ينجح؟ لا ليس هنا مستثنى منه ليس هنا مستثنى منه نعم إذن هذا الكلام ناقص ما معنى ناقص؟ بمعنى أن المستثنى منه غير مذكور طيب هل ترأى لا تنفي؟ نعم إذن هذا الأسلوب منفي فهم الكلام؟ ماقص منفي طيب كيف أعرب ما بعد إلا؟ أقول ما بعد إلا يعرب على حسب موقعه في الجملة كيف؟ تحزف لم وتحزف إلا من الذي ينجح؟ زيد إذن زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لم ينجح إلا زيد ولا تقول زيد ولا زيداً زيد فاعل إذن زيد طيب أقول وما على الرسول إلا البلاغ ما نوع هذا الأسلوب؟ طيب تعالوا ننظر هل أنا أخذت كلمة البلاغ من شيء قبل إلا؟ هل أنا أخذتها من شيء قبل إلا؟ لا إذن هذا الأسلوب ناقص المستثنى منه ما أخذ منه ليس مذكوراً طيب هل توجد أداة نفي؟ نعم إذن هذا الأسلوب ناقص منفي نحزف ما ونحزف إلا فأقول على الرسول البلاغ إذن كلمة البلاغ مبتدأ مؤخر احفظ هذه الصورة إذا رأيت شبه جملة وأنا قد تكلمت عن ذلك قبل ذلك تكلمت عن مثل هذه الصورة في البيت رجل قلت في البيت خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر فارجع إليها إلى هذه الصورة لتعلم كيف أننا أعربنا كلمة البلاغ مبتدأ مؤخراً هذا نحن قد ذكرنا مثله قبل ذلك لكن أقول سريعاً سريعاً إذا رأيت شبه جملة ما معنى شبه الجملة؟ شبه الجملة جر ومجرور جر ومجرور أو ظرف هنا جر ومجرور جر ومجرور هزاني أقول إنهما خبر مقدم شبه الجملة هنا خبر مقدم والخبر المقدم يحتاج بعده إلى تدائي مؤخر فهم الكلام انتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى المستثنى بغير وسوى نحن كنا نتكلم عن أي شيء عن المستثنى بإلا أقول نجح الطلاب سوى زيد أبدأ أولاً فأقول الكلمة الواقعة بعد غير وسوى تعرب مضافاً إليه أعيد كلمة زيد مضاف إليه لماذا؟ كل كلمة تقع بعد غير وسوى ما إعرابها أقول هي مضاف إليه طيب انظر معي القاعدة عندنا هنا أن سوى وكذلك غير سوى تأخذ إعراب ما بعد إلا إذن أنا سأحول الأسلوب إلى مستثنى بإلا طيب أولاً هل المستثنى منه مذكور؟ نعم وهو الطلاب إذن هذا الأسلوب تام أنا أخذت زيداً من الطلاب إذن المستثنى منه مذكور في الكلاب إذن هذا الأسلوب تام هل ترى هنا أداة نفي؟ لا إذن هذا الأسلوب مسبت فهم الكلام؟ هذا تام مسبت تعالوا نحول هذا الأسلوب إلى المستثنى بإلا طيب ماذا أقول؟ ارجع معي انظر هذا تام مسبت انتبه وكن زكياً هذا تام منفي هذا نقص منفي هذا ما هذا منفي وما هذا منفي 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 هنا نفي لا طيب طيب انظر هنا نفي وهنا نفي هنا نفي وهنا نفي ماذا لاحظت؟ أنا لاحظت أن الحالة الأولى هي الحالة الوحيدة التي ليس فيها نفي كن زكياً إذا لم تر هنا نفي فلتعلم علم اليقين أنك في الحالة الأولى أن الأسلوب تام مسبت أعيد هنا نفي وهنا نفي انظر هنا نفي وهنا نفي في الحالة الثانية نفي في الحالة الثالثة نفي في الحالة الأولى ليس هناك نفي إذا رأيت جملة أو إذا تحدثت بجملة لم تبدأ فيها بنفي فلتعلم أنها هي الحالة الأولى أنت في التام المزبط فكن ذكيا وأقول أغمض عينك ولا تفكر كثيرا واجعل الكلمات التي بعد إلا منصوبة بغير تفكير كثير أعيد في الحالة الأولى في الحالة الأولى لا بد أن يكون ما بعد إلا منصوبة والأسلوب هنا لم يبدأ بنافي فانتبه طيب نعود إلى ما كنا نتحدث فيه قلنا إن هذا الأسلوب تام مزبط وقلنا إن سواء تأخذ عربا ما بعد إلا طيب أنا أريد أن أحول هذا الأسلوب إلى المستثنى بإلا ماذا أقول كن ذكيا نحن في الحالة الأولى نعم نحن في الحالة الأولى إذن أنا سأجعل ما بعد إلا منصوبا ماذا أقول أقول نجح الطلاب إلا زيدا بغير تفكير كثير لأننا في الحالة الأولى نحن في التام المزبط ماذا كنا نفعل فيما بعد إلا كنا ننصبه وجوبا وجوبا لابد من النصب عرفت كيف نحول هذا إلى ذلك نعم نجح الطلاب إلا زيدا ما إعراب زيدا مستثنى منصوب وجوبا وعلامة نصبه الفتح فهم هذا الكلام طيب أقول بعد ذلك لم ينجح الطلاب لم ينجح الطلاب غير زيد أو غير زيد تعالوا ننظر أولا هذا الأسلوب فيه المستثنى منه ها أينه الطلاب إذن هذا الأسلوب تام هل توجد أداة نافيا؟ نعم إذن هذا الأسلوب منفي إذن عندنا إعراباني أنا أقول وأكرر سوى وغير يأخذاني إعرابا ما بعد إلا انظر هنا ما إعراب ما بعد إلا مستثنى منصوب وجوبا إذن سوى كلمة منصوبة تعالوا هنا لم ينجح الطلاب غيرا أو غيره تعالوا ننظر يعني كيف هنا تام المنفي في تام المنفي كان عندنا إعراباني ماه من يذكرني؟ نعم مستثنى منصوب جوازا أو أحسنت أو بدل وبدل نعم يعني ما سأقول أقول لم ينجح الطلاب إلا زيدا أو زيد ما إعراب زيدا مستثنى منصوب جوازا وما إعراب زيدا أقول هي بدل بدل مرفوع لأن كلمة الطلاب فاعل إذن ما إعراب غير أقول غير هي نفس إعراب ما بعد إل طيب نحن عندنا إعراباني فيما بعد إل نعم إذن غير لها إعراباني إما أن ننصبها فنقول غيرا أو نرفعها فنقول غيروا فأقول لم ينجح الطلاب غيرا أو غير زيد ما إعراب زيد مضاف إليه تعرب مضافا إليه لأن الكلمات التي بعد سوى وبعد غير مضاف إليه أقول لم ينجح غير زيد أين المستثنى منه؟ أين ما نأخذ منه؟ ليس موجودا إذن هذا الأسلوب نقص نقص؟ هل ترى ذا تنفي؟ نعم إذن هذا الأسلوب منفي ماذا تريد مني؟ أريد منك أن نحول هذا الأسلوب إلى المستثنى بإلا طيب نحن في الماقص المنفي كنا نعرب ما بعد إلا على حسب موقعه في الجملة فنقول لم ينجح إلا زيد تريد أن تعرب كلمة زيد؟ أقول تعرب على حسب موقعها في الجملة ما بعد إلا يعرب على حسب موقعه في الجملة نحذف لم ونحذف إلا من الذي ينجح؟ زيد إذن زيد فاعل زيد فاعل إذن غير نضع عليها ضمة لأنها فاعل انتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى معي إلى المستثنى بخلا وعدى وحاجة وهذا الكلام مهم جدا وليس صعب إن شاء الله تعالى قرأت الأحاديث عدا حديثا أو حديث كيف هذا ما إعرابوا هتين الكلمتين انظر معي أولا عدا قد تكون فعلا ماضيا عدا فعل ماض وما بعدها مفعول به في الكلام صعوبة أين الفاعل محزوف ضمير مستثر طيب قرأت الأحاديث عدا حديثا معا حديثا مفعول به عدا فعل ماض وما بعدها مفعول أو عدا حرف جر وما بعدها اسم مجرور إذن عندنا في عدا كم إعرابا عندنا إعرابان إما أن تكون عدا فعلا ماضيا وما بعدها يكون مفعولا به وإما أن تكون عدا حرف جر وما بعدها ما سيعرف معربه اسما مجرورا طيب انظر معي أقول قرأت الأحاديث ما عدا حديثا ما الفرق انظر هنا عدا يعني لم أضع قبلها ما هنا ما عدا ما عدا وضعت ما منعها إنها مصدرية قرأت الأحاديث ما عدا هل هناك فرق كلمة عدا هنا لها إعرابان أقول لا ليس لها إلا إعراب واحد إذا لم تر هنا ما ما فكلمة عدا لها إعرابان وإذا رأيت ما المصدرية فعدا لها إعراب واحد كيف أعربها ما إعرابها إنها فعل ماض فعل ماض وليست حرف جر فعل ماض وما بعدها مفعول به في الكلام الصعوبة أعيد سريعا إذا لم تر هنا ما ففي عدا وجهاني أو إعرابان إما أن تكون فعلا ماضيا وما بعدها مفعول أو حرف جر وما بعدها ماذا نعربه نعربه اسما مجلورا أو عدا يكون قبلها ما المصدرية فلها إعراب واحد عدا أقول هي فعل ماض وحديثا مفعول به ليس إلا ليس إلا يعني عدا ليس فيها إلا هذا الوجه وحديثا ليس فيها إلا هذا الوجه فقط وما في خلا وعدا هو ما في حش ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى اسم لا النافية للجنس ما معنى لا النافية للجنس انظر أولا إلى هذه الأمثلة أقول لا طالب مقصر لا طالبين مقصران لا طالب علم مقصر لا طالبا للعلم مقصر طيب انظر معي هو هنا يقول اسم لا النافية للجنس اسم لا النافية للجنس إذن عندنا لا ولا هسم عندنا لا ولا هسم انظر إلى المثال الأول لا طالب مقصر أنا هنا ماذا نفيت نفيت التقصير عن جنس الطلا الجنس بمعنى النوع نفيت التقصير عن جنس الطلا انظر أقول لا في كل هذه الأمثلة تعمل عمل إن تعمل عمل إن تحتاج إلى اسم وإلى خبر أين اسمها أقول طالب كلمة طالب في كل هذه الأمثلة اسم لا أين الخبر هو كلمة مقصر في كل الأمثلة أين الآن؟ لا تعمل عمل إن طالب في كل الأمثلة اسم لا مقصر في كل الأمثلة خبر لا ما معنى أن لا نافية للجنس أقول تنفي خبرها وهو التقصير عن جنس اسمها نفيت التقصير عن كل الطلا تنفي خبرها عن جنس اسمها طيب لا تعمل عمل إن لها اسم ولها خبر طيب ماذا تريد مني الآن؟ أريد أن أحدد هذا نوع اسم لا اسم لا له أنواع هذا الذي بعد لا هذا اسم لا الذي بعدها له أنواع كيف أعرف؟ انظر معي أقول في المثال الأول احذف كلمة مقصر كم كلمة تبقت عندك بعد لا؟ تبقت كلمة واحدة في المثال الثاني احذف كلمة مقصران كم كلمة تبقت عندك؟ تبقت كلمة واحدة وهي طالبيني إذا حذفت الخبر وهو مقصر وتبقت عندك كلمة واحدة فاسم له مفرد طيب قد يقول قائل كلمة طالبين ليست مفردة أقول ليس المقصود هنا بالمفرد أنه ضد الجامع أو أنه ضد المسنة لا المقصود هنا بالمفرد أنه كلمة واحدة ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف المفرد هو ما ليس مضافا كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله ولا شبيها بالمضاف ليس مضافا كما في الحالة الثانية ولا شبيها بالمضاف باختصار إذا حذفت خبر له وتبقت كلمة واحدة فلتعلم أن اسم له مفرد باختصار حتى إذا كان مسنة وحتى إذا كان مجموعا المهم أنه كلمة واحدة إذا كان كلمة واحدة فهو مفرد فهو مفرد فانتبه حتى إذا قلت لا طالبات مثلا مقصرات فهو أيضا مفرد حتى إذا كان جمعا المهم أنه كلمة واحدة انظر معي أقول اسم لا إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على ما ينصب به في محل نظر كيف هذا؟ يكون مبنيا؟ نعم ليس معربا؟ نعم كيف هذا؟ وما يعرب طالب؟ ماذا أقول؟ أقول طالب اسم لا مبنيا على الفتح في محل نظر لماذا بنيا على الفتح؟ أقول لأنه أصلا لأن هذه الكلمة خارج المثال تنصب بالفتح ما إعربوا طالبيني؟ ما إعربوا هذه الكلمة؟ أقول اسم لا مبنيا على الياء في محل نصب لا نستخدم التنوين هنا إنما نضع فتحة واحدة لا طالب مقصر إذا كان مسنى فأنت تجعله بالياء إذا كان جمع مذكر سالما فأنت أيضا تجعله بالياء وهكذا المهم أنه مبني مبني طيب انتقل إلى باء لا طالب علم مقصر ما نوع اسم له؟ أقول أولا نحذف الخبر احذف كلمة مقصر كم كلمة تبقت بعد لا؟ عندنا كلمتان كلمتان طالب علم طيب ما إعرب علم؟ لا طالب علم لا طالب علم هنا إضافة إذن كلمة علم مضاف إليه مضاف إليه أعيد احذف الخبر تبقت كلمتان الثانية مضاف إليه إذن الأولى ما نوعها؟ أقول الأولى اسم لهنا مضاف كيف عرفنا؟ إذا حذفنا الخبر وهو مقصر تبقت كلمة إذا كانت الثانية مضافا إليه فالأولى مضاف فهم الكلام؟ اسم لهنا مضاف ما معنى المضاف؟ أقول يأتي بعده مضاف إليه باختصار شديد كلمة علم علم مضاف إليه مجرور بالكسرة طيب كيف نضبطه؟ أقول لا طالبا علم مقصر مقصر؟ نعم لماذا؟ لأن كلمة مقصر هنا خبر لا ونحن عرفنا أن لا تعمل عمل إن إذا طالب ما إعراب طالب؟ أقول طالب اسم له منصوب وعلامة نصبه الفتح فهم الكلام؟ ما إعراب علم مضاف إليه ما إعراب مقصر؟ خبر خبر لا مرفوع بالضمة لماذا؟ لأن لا تعمل عمل إن انتقل بعد ذلك إلى جيم واحذف الخبر لا طالبا للعلم مقصر احذف كلمة مقصر كم كلمة تبقت بعد لا؟ تبقت كلمتان هل هذه الكلمة الثانية مضاف إليه؟ لا ليست مضافا إليه اللام حرف جر والعلم اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة إذن لا إضافة هنا إذا كان الأمر كذلك فاسم لا شبيه بالمضاف هو ليس مضافا هو شبيه بالمضاف المضاف أن تجد كلمتين والثانية منهما تعرب مضافا إليه إنما هنا أنا حذفت الخبر فتبقت كلمتان بعد لا الثانية منهما ليست مضافا إليه إذن هو شبيه بالمضاف اختصر بشكل سريع إذا حذفت الخبر فتبقت كلمة واحدة فاسم لا مفرد إذا تبقت كلمتان يعني ننظر هل الكلمة الثانية مضاف إليه؟ إذا كانت مضافا إليه فالأولى مضاف إذا لم تكن مضافا إليه فالأولى ليست مضافا إنما هي شبيه بالمضاف فهم الكلام؟ يعني ليس فيه صعوبة ما إعرب طالبا؟ انظر أولا أقول إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا فينصب إذا كان اسم لا مفردا فإنه يكون مبنيا في الحالة الأولى هو مبني في المضاف والشبيه بالمضاف يكون معربا فينصب ما إعرب طالبا؟ أقول طالبا اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب إذا في الحالة الأولى أضع فتحة أو ياء أو كسرة إذا كان جمع مؤنس سالمة وفي الحالة الثانية أضع فتحة طبعا يمكن أن أضع ياء إذا كان مسنة مثلا في الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك مضاف إليه فلتعلم أنه شبيه بالمضاف في هذه الحالة أضع تنوينا لا طالبا للعلم مقصر في كل الأحوال خبر لا مرفوع لأن لا تعمل عمل إن فهم هذا الكلام؟ أقول بعد ذلك لا النافية للجنسي تعمل عمل إن بشروط حتى تعمل لا عمل إن فلابد من طوافر شروط ما هذه الشروط؟ أولا أن يكون اسمها نكرة أعطني مثالا لا طالب مقصر أين اسم لا؟ طالب طالب هو اسم لا وهو نكرة هذا شرط هذا شرط لابد أن يكون نكرة أعطني مثالا آخر حتى أعرف لا غير العاملة أعطني مثالا أقول لا الكسول محبوب ولا الكذوب لا هنا ليست عاملة ليست عاملة عمل إن لا تبحث لها لا عن اسم ولا عن خبر ليست عاملة هي نعم نافية نعم للجنس لكن ليست عاملة لا تعمل عمل إن لماذا؟ لأن اسمها ليس نكرة الكسول هنا ليس نكرة إنما هو مبتدأ ليس اسم لا ليس نكرة إذن ما إعرابه مبتدأ ومحبوب خبر إذن لابد أن يكون اسمها نكرة وإلا يلغى عملها وتكرر يلغى عملها يعني لا تعمل عمل إن وانظر إلى التكرير أو إلى التكرار انظر كررت لا الكسول محبوب ولا الكزو لا يصح أن أقف هنا لا يصح أن أقول لا الكسول محبوب وأسكت هذا خطر لابد أن تكرر لا الكسول محبوب ولا الكزو لابد أن تكرر ثانيا أن يتصل بها اسمها انظر وإلا يلغى عملها وتكرر طيب أعطني مثال أقول لا بيننا فاسق ولا كزا انظر إلى فاسق وانظر إلى لا ماذا بينهما؟ بينهما فاصل فاسق لم تتصل بلا إذن لا هذه ليست عاملة عمل إن انظر ما إعراب فاسق؟ طبعا فاسق ليس اسم لا لا هنا لم تتصل باسمها يعني هل أقول فاسق اسم لا؟ خطأ لماذا؟ لأنه فصل بين لا وبين فاسق فليست فاسق اسما للا ما إعرابها إذن؟ نقول بيننا طبعا بين ظرف ظرف مكان ونا مضاف إليه هذا نسميه شبه جملة وهو خبر مقدم فاسق مبتدأ مؤخر لهذا الكلام شرح عند دراستنا للمبتدأ للمبتدأ وهو من مرفوعات الأسماء الخلاصة كلمة فاسق ليست اسم لا طيب يعني ما الضبط؟ أقول لا بيننا فاسق هي مبتدأ هي مبتدأ ما ضبط طالب؟ أقول لا طالبا اسم لا لا طالب مقصر خبر لا فهم الكلام؟ إذن لا بد أن يتصل بها اسمها وإلا يلغى عملها وتكرر إذن لا هنا غير عاملة عمل إن فانتبه أقول ثالثا ألا يسبقها حرف جر أعطني مثالا أقول أنت ناشيط بلا شك رأيت البأ؟ رأيت لا؟ هذه لا هذه ليست عاملة عمل إن لماذا؟ لأنها سبقت بحرف جر سبقت لا هنا بحرف جر وهو الباء أقول أن لا يسبقها حرف جر وإلا وإلا يلغى عملها ويجر ما بعدها بحرف الجر في الحالتين الأولى والثانية نحن ألغينا عملها وكررناها انظر كررت أما في الثالثة فيلغى عملها بغير تكرير لا تكرر يلغى عملها ويجر ما بعدها بحرف الجر كيف هذا؟ الباء تجر كلمة شك ما يعرب شك؟ ليس اسم لا لا ليست عاملة عمل إن لأنها قد سبقت بحرف جر ما يعرب شك؟ أقوله هو اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة فهم هذا الكلام؟ عندنا بعد ذلك إن شاء الله و تعالى ملحوظتان مهمتان أقول قد تسبق لا النافية للجنس بهمزة الاستفهام كيف هذا؟ أعطني مثالا أقول ألا طالب مجد أنا أستفهم ألا ألا هذه همزة الاستفهام ألا طالب مجد ما يعرب طالب اسم لا؟ اسم لا ما نوعه؟ احذف هذا الخبر كم كلمة انتبقت بعد لا؟ كلمة واحدة هيا اسبقني ما نوعه اسم لا؟ أحسن مفرد مفرد ضع عليه فتحة هو مبني على الفتح في محل نصب ثانيا قد يحذف خبر لا إذا فهم من السياق من سياق الكلام كيف هذا؟ أعطني مثالا أقول أنت مجد لا شك لا شك انظر لا هذه نافية للجنس توفرت هذه الشروط أولا جاء اسمها نكرة اتصل بها اسمها لم تسبق بحرف جر إذن توفرت كل الشروط إذن لا هذه عملة عمل إن ما اعرب شك هو اسمها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب أين الخبر؟ الخبر هنا هنا بعد شك محزوف لأنه فهم من السياق والتقدير لا شك في ذلك أنت مجد لا شك بمعنى لا شك في ذلك عرفت هتين الملحوظتين قد تسبق لا بهمزة الاستفهام وهمزة الاستفهام لا تؤثر في الإعراب فانتبه لا تؤثر في الإعراب عرفت هذه الشروط هذه لابد أن تحفظ وأن تعرف فلا تقل مثلا لا الكسو لا محبوب لا لا جاء بعدها معرفة إذن ليست عاملة عمل إن أنتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى المنادة أقول وهو خمسة أنواع من هذه الأنواع الخمسة ما هو معرب ومنها ما هو مبني المعرب له أنواع انظر معي عندنا النكرة غير المقصودة عندنا المضاف عندنا الشبيه بالمضاف أقول وهذه الثلاثة منصوبة لا غير ليس فيها إلا النصب أعطني مثالا أنا ما فهمت شيئا أقول يا رجلا صل رحمك تفز يا رجلا نعم بالتنوين نعم أنا ما قلت يا رجل انظر لو أنك قلت يا رجلا بهذا الشكل يا رجلا صل رحمك تفز فهل أنت قد حددت واحدا معينا لا أنت ما تعرف أي أحد منهم أنت تتحدث بشكل عام فقلت يا رجلا يا طالبا يا فتاة وهكذا يا رجلا صل رحمك يا رجلا صنفرضك وهكذا طيب أنا أحب أن أحدث مجموعة من العصاط لكن لا أحب أن أحدد أحدا منهم لا أحب أن أحرج أحدا أو مجموعة منهم فماذا أقول أقول يا عاصين توبوا قبل الممات هل أنا قصدت عاصين معينين لا أنا أتحدث مثلا وأمامي جمع من الناس أنا لا أعرف أحدا منهم لا أعرف أحدا منهم أنا لا أقصد أحدا منهم أنا لا أقصد معينين لا أقصد هؤلاء الخمسة ولا أقصد هؤلاء التسعة مثلا أنا أتحدث بشكل عام لا أقصد معينين لا أقصد رجلا بعيني أو مجموعة بأعينهم فيمكن عند ذلك أن أقول يا عاصين توبوا قبل الممات يا فاهمين يا صائمين إذا كنت لا أقصد فاهمين أو صائمين معينين فهم الكلام؟ طيب كيف أعرف المنادة إذا كان مضافا؟ كيف أعرف؟ انظر معي أقول يا عبد الله أد دينك أنت عليك دين وأنت تستطيع أن تؤديه فلماذا تؤخره؟ لماذا؟ يا عبد الله أد دينك طيب انظر معي أقول ما إعراب اسم الجلالة الله؟ ما إعرابه؟ نعم مضاف إليه كلمة عبد ليس فيها أل وكلمة أو اسم الجلالة الله فيه أل وهنا إضافة إذن اسم الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالكسر مضاف إليه؟ نعم مضاف إليه؟ نعم إذن ما قبلها مضاف يا عبد الله يا عبد الرحمن يا عبد الخالق مضاف ومضاف إليه مضاف ومضاف إليه الأولى هي المضاف ما نوع المنادة هنا مضاف ما إعرابه انظر إلى هذه الفتح هو منصوب هذه الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة منصوبة لا غير ليس فيها إلا النظر ما إعرابه رجلا أقول منادة منصوب بالفتحة ما إعرابه عصين أقول منادة منصوب بماذا ليس بالفتحة بالياء جمع المذكر السالم ينصب ويجر بماذا بالياء ما إعرابه عبد نفس الكلام عبد منادة منصوب بالفتحة يا عبدا ولا تقول يا عبد الله أو يا عبد الله يا عبدا يا عبدا طيب الشبيه بالمضاف أعطني له مثالا أقول يا طالعا جبلا كن حذرا يا طالعا جبلا كن حذرا طيب انظر معي الشبيه بالمضاف أنت كيف تعرفه بعد يا كلمتان هل الثانية مضاف إليه لا إذا كان الأمر كذلك فليست الأولى مضافا انظر فوقها بعد يا كلمتان أنا أتحدث عما بعد يا يا عبد الله يا عاصين بعد يا هنا كلمة واحدة يا رجلا بعد يا كلمة واحدة لأني سأحذف الفعل الأمر احذف صل رحمك يا رجلا يا عاصين بعد يا كلمة واحدة وبعد يا هنا كلمة واحدة بعد يا هنا كلمتان الثانية مضاف إليه نعم إذن الأولى مضاف بعد يا هنا كلمتان هل الثانية مضاف إليه لا إذن ليست الأولى مضافا إنها شبيه بالمضاف ويكون في أحوال كثيرة منونا يا طالعا جابلا قد يقول قائل ما الفرق بين هذا المثال وبين المثال الأول يعني هنا تنوين بالفتح وهنا تنوين بالفتح يعني ما الفرق أقول هنا كلمة واحدة وهنا كلمتان وهنا كلمتان يا طالعا جبلا يا طالعا سلما كلمتان إنما هنا يا رجلا كلمة واحدة يا عصين هنا كلمة واحدة إذا أبعدنا الفعل الأمر بعد يا وقعت كلمة واحدة كيف أعرف الشبيه بالمضاف بعد يا كلمتان ليست الثانية مضافا إليه فكيف تكون الأولى مضافا ليست مضافا إنها شبيه بالمضاف وفي أحوال كثيرة تنون يعني ترى هذا التنوين عندنا كلمتان فهم هذا الكلام طيب المنادى المبني منه المفرد العلم أو العلم المفرد والناكرة المقصودة أعطني أمثلة أقول يا زيد أطع والديك طيب زيد مفرد نعم علم نعم علم مفرد علم مفرد ضع عليه ضمة واحدة يا أحمد يا محمد ولا تقل يا محمد ولا يا محمدا انظر وانتبه وقص على ذلك يا فاطمة يا علي وهكذا هذا علم مفرد فهمت شكله طيب ما إعرابه أولا هذا مبني هذا مبني كل هذه الأشكال أو كل هذه الأنواع منصوبة أما المبني فليس منصوبا هو نعم في محل نصب لكن ليس منصوبا لا أضع عليه هذه الفتح أبدا إنما إذا كان علم مفرد أضع ضمة واحدة احفظ هذا الشكل احفظ هذا الشكل يا زيدو يا محمدو طيب كيف يكون النداء أو المنادة نكرة مقصودة أعطني مثالا أقول يا رجل صل رحمك تفز قارن بين هذا المثال الأخير وبين المثال الأول انظر يا رجلا وفي المثال الأخير يا رجل الدرس ليس طويلا لكنه يحتاج إلى مزيد تركيز فانتبه انظر إلى المثال الأول ما الفرق وانظر إلى المثال الأخير ما الفرق بين رجلا ورجل ما الفرق في المثال الأول أنت لتقصد رجلا معينا انتبه في المثال الأخير أنت أمامك رجل أنت تعرفه وأنت تحدده وأنت تقصده أنت تحدث رجلا واحدا أو رجلين يعني أنت أمامك ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الرجال وأنت قصدت رجلا معينا في الحالة الأولى أنت ما قصدت رجلا بعين أنت أمامك أناس لا تعرفهم أصلا ما قصدت واحدا بعين هذه نكلة غير مقصودة ضع عليها تنوينا بهذا الشكل رجلا فتاة امرأة مدرسة عاصيا طائعا وهكذا إنما هنا أنت تحدد رجلا بعين رجلا معينا يا رجل يا طفل فهم الكلام هذه نكلة المقصودة إذا كنت تقصده واحدا بعين فاستخدم هذا الشكل يا رجل يا طفل وهكذا أعطي لي مثال آخر أقول يا عصون توبوا قبل الممات ما الفرق بين هذا المثال والمثال الثاني من يذكر الفرق نعم في المثال الثاني أنا ما قصدت عاصين معيني أنا أحدث أشخاصا أنا أصلا لا أعرفهم أنا لا أعرفهم ولا أحدد أصلا عاصين معينين فيهم فلا أستطيع أن أقول أنا أقصد هؤلاء الخمسة من العصار أنا لا أعرفهم أصلا وما حددت عاصين بأعينهم إنما أنا أتحدث حديثا عاما لا أقصد عاصين معينين إنما في المثال الأخير أقصد أشخاصا عاصين معينين محددين أنا أمامي ثلاثة من العصار مثلا فأقول يا عاصون أنا أحددهم أنا أعينهم أنا أقصدهم يا عاصون فانتبه إذا كنت لا تحدد أشخاصا بأعينهم فيمكن أن تستخدم مثل هذه الصيرة أو مثل هذا الشكل إن كنت تقصد عاصين معينين أنت تحددهم وأنت تعرفهم وأنت تعينهم يمكن أن تستخدم هذا الشكل يا عاصون يا طائعون يا مسلمون وهكذا فهم هذا الكلام أنتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى خبر كان وأخواتها وهذا الكلام مهم جدا أقول كان ترفع اسمها وتنصب خبرها كان ترفع اسمها وتنصب خبرها وهذا لابد أن يحفظ أعطني مثالا أقول وكان الله عليما حكيما كان لها أخوات لها أخوات ونحن ذكرنا ذلك في باب المرفوعات طيب ما عمل كان أولا أنت تبحث لكان عن اسم ويكون مرفوعا وعن خبر ويكون منصوبا أين اسم كان هو اسم الجلالة الله أين الخبر هو كلمة عليما اسم الجلالة الله اسم كان نعم وضعنا عليه ضم عليما خبر كان نعم وضعنا عليه فتحا أو تنوينا بالفتح إذن كان كان ترفع اسمها وتنصب خبرها خبر كان من منصوبات الأسماء طيب قد يسأل ساتي ماذا تفيد كان أقول كان تدل على الماضي لكنها هنا إذا ذكرت مع اسم الجلالة الله أو مع اسم من الأسماء الحسنة فإنها تفيد الاستمرار بمعنى كان الله عليما ليس هذا في الماضي فقط لا كان عليما ولا يزال عليما وسيزال عليما سبحانه وتعالى يعني دائما تفيد الاستمرار فانتبه عندنا آية أخرى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذه الآية فيها كان نعم قل إن كانت طيب كانت تختلف عن كان لا تختلف هذه هي تأو التأنيث لكنها لا تؤثر في الإعراء وليست اسم كان انتبه تأو التأنيث لا تكون أبدا اسما لكان هي حرف تأو التأنيث حرف ليست ضميرا طيب انظر معي هذه إن لا ليست النون مشددة هذه نون ساكنة إن لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر فانتبه يعني قد يقول قاء أين اسم إن وأين الخبر وأين اسم كان وأين الخبر نقول إن هذه ليست إن هذه إن لا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر فانتبه كانت تحتاج إلى اسم وإلى خبر انظر معي هذا الشكل مهم جدا وأنا قد ذكرت مثله في باب المرفوعات عند شرحي لكانة وأخواتها قلت إذا وقع بعد كانة شبه جملة شبه جملة فشبه الجملة خبر لكانة أعيد هذه كانة نعم تحتاج إلى اسم وإلى خبر التاء اسمها خطأ ليست التاء اسمها هذه تاء التأنيسي لا تؤثر في الإعراب أين خبر كانة أقول شبه الجملة إذا وقع بعد كانة شبه جملة وأنت ما ذكرت اسمها ما جاء اسمها فشبه الجملة خبر كانة طبعا في محمد نظر قبل كانة ترفع اسمها وتنصب خبرها إلى الآن أنا ما ذكرت اسم كانة جاء بعد كانة أو بعد كانت مباشرة شبه جملة شبه الجملة خبر مقدم لكانة طبعا في محل نصب فهم الكلام ألا محرف جار وكم ضمير مبني في محل جار إذا هذا شبه جملة قلت قبل ذلك إن شبه الجملة إما جار ومجرور أو ظرف انظر ترتيبوا الكلام في غير القرآن في غير القرآن لأننا لا نستطيع أن نبدل أو أن نحرف أو أن نغير في القرآن الكريم أقول في غير القرآن يمكن أن نقول إن كانت الضار الآخرة لكم إن كانت الضار الآخرة لكم إذن أين اسم كان الضار فهم الكلام كانت بعدها شبه جملة وما جاء اسمها إلى الآن إذن شبه الجملة هو الخبر خبر مقدم احفظ هذه الصورة هذه الصورة لابد أن تحفظ إذن الضار اسم كان إذن أين الخبر أقول شبه الجملة لكم في محل نصب انظر تحتها إن كنتم صادقين انظر هذه التاء عليها ضمة فليست تاء التأنيث أبدا تاء التأنيث لا يوضع عليها ضمة أبدا تاء التأنيث لها شكلان إما أن تجد عليها سكونا أو تجد تحتها كسرة إن التقى الساكنات أعيد تاء التأنيث لها شكلان حتى لا تخطئ لها شكلان إما أن تجد عليها سكونا وهذا هو الأغلب فهمت لعبت قرأت فاطمة قرأت قرأت انظر إلى التاء ساكنا فهمت شريبت هذه تاء التأنيث أو أن تاء التأنيث يوضع أو توضع أو تحتها كسرة لالتقاء الساكنين إذا زلزلة ت الأرض زلزلة ت ت إذا زلزلة ت الأرض فالتأنيث يمكن أن أضع تحتها كسرة لالتقاء الساكنين إذن هذه التاء ليست تاء التأنيثي طيب ماذا أقول أقول هي اسم كان ثم اسم كان أين كان هنا ألف محزوفة هنا ألف أصلها كان بالإضافة إلى التاء وإلى المين إذن حزفت الألف الخلاص أين اسم كان تم أين الخبر صادقين عندنا آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أين الفعل الناسخ ما معنى الفعل الناسخ أقصد كان وأخواتها هذه أفعال ناسخة أما إن وأخواتها فهي حروف ناسخة وليست أفعالا الأفعال هي كان وأخواتها فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين انظر معنا عند الفعل أصبح وقد اتصل به ضمير إذن هذا الضمير هو اسمه اسم أصبح أصبح تعمل عمل كان أنا قلت كان ترفع اسمها وتنصب خبرها نفس الكلام مع أصبح أين اسم أصبح واو الجماعة هذا اسم أصبح في محل رفع أين الخبر طبعا كلمة جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين ترتيب الكلام في غير القرآن فأصبحوا جاثمين في دارهم في غير القرآن في غير القرآن إذن أين اسم أصبح واو الجماعة ما إعراب جاثمين أقول هي خبر أصبح منصوب لكن بماذا بالفتحة خطأ خطأ بلياء لماذا لأن هذه الكلمة جمع مذكر سالم فهم هذا الكلام قولوا عندنا آية أخرى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أين الفعل الناسخ نحن حفظنا أخواتي كان قبل ذلك في باب المرفوعات عندي الفعل ما داما ما داما أين الآلف حزفت أصلها ما داما بالإضافة إلى التاء وإلى الميم حذفنا الألف ما دمتم انظر ما داما قد اتصل بها ضمير وهو تم هذا الضمير هو اسمه هو اسم هذا الفعل الناسخ تم اسم لماذا فهم الكلام وهو الجماعة اسم لأصبح تم اسم لكان إذا رأيت الفعل الناسخ قد اتصل به ضمير فلتعلم أن هذا الضمير اسم لهذا الفعل الناسخ انتبه أنا في الآية الأولى ما هذي التاء ها أنا قلت ما نوعها ليست ضميرا ليست التاء الفاعلي ليست ضميرا هي تاء التأنيس كانت ساكنة التاء إذا كانت ساكنة فلتعلم يقينا أنها هي تاء التأنيس قلنا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أين اسم ما داما تم أين الخبر نعم حرما ما دمتم حرما انظر إلى النص ما داما تعمل عملك عملا كان ترفع اسمها وتنصب خبرها فهم هذا الكلام إذن الخلاصة كان لها اسم يكون مرفوعا ولها خبر يكون منصوبا إذا اتصل بكان ضمير فهو اسمها فهو اسمها إذا جاء إذا جاء بعد كان شبه جملة فشبه الجملة هذا في الأغلب يكون خبرا لها خبرا لكان متى يكون خبرا لكان إذا لم يأتي اسمها إذا لم يأتي اسمها فهم هذا الكلام انتقلوا بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى اسم إن وأخواتها ما أخوات إن وما عملهن أقول عندنا إن وأن وكأن احفظ هذه الثلاثة معا إن بكسر الهمزة وانظر إلى النون إنها مشددة أنا ما قلت إن أنا قلت إن طيب أنا أنا انظر إلى الهمزة الهمزة مفتوحة وانظر إلى النون إنها مشددة الهمزة هنا مكسورة وهنا مفتوحة أضف كافا كأن احفظ هذه الثلاثة معا إن أنا كأن ثم بعد ذلك لكن لأ لأ طيب هذه أخوات إن أقول إن تنصب اسمها وترفع خبرها احفظ الآن إن ما عملها تنصب اسمها وترفع خبرها طيب من يذكرني بعمل كان ما عملها كان خلاف هذه الصور كان ترفع اسمها وتنصب خبرها انظر إلى الفرق إن تنصب اسمها وترفع خبرها أعطني مثالا أقول عندنا آية قرآنية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت هذه الآية هل ترى فيها حرفا ناسخا من تلك الأحرف التي حفظناها الآن نعم عندي لكن نحن حفظناها الآن لكن تعمل عمل إن بمعنى أنك لابد أن تبحث لها عن اسم وسيكون منصوبا ولابد أن تبحث لها عن خبر وخبرها يكون مرفوعا أين اسم لكن الشياطين طيب لكن تنصب اسمها إذن الشياطين اسم لكن منصوب وعلامة نصبه ماذا الياء خطأ تعرف لماذا أولا لماذا الياء جمع مذكر سالم خطأ هذه الكلمة نعم قد انتهت بالنون نهايتها الياء والنون لكنها ليست جمع مذكر سالما تعرف لماذا طيب أنا لو قلت المسلمون فما مفردها ما مفرد هذه الكلمة المسلم طيب لو قلت الشياطين فما مفردها الشيطان ما الفرق انظر النون هنا جاءت في جمع المذكر السالم ولم تأتي في المفرط إذن هي زائدة لابد أن تكون نون جمع مذكر السالم زائدة يعني لا ترى هذه النون في المفرد فهم الكلام إنما هذه النون أنت ترى في المفرد الآن الفرق إذن المسلمون جمع مذكر سالم الشياطين ليست جمع مذكر سالما ثم أنت مثلا تستطيع أن تقول المسلمين المسلمون المسلمين المؤمنون المؤمنين الفاهمون الفاهمين إنما هنا أقول الشياطون الشياطين لا إذن لكن حرف الناسخ الشياطين اسمه لكن منصوب بالفتحة وليس بالياء أين الخبر أقول الخبر هو الجملة الفعلية كفروا أين الجملة أنا عندي فعل أقول نعم عندي فعل وفاعل تعرف أين الفعل؟ هو وو الجماعة وو الجماعة فاعل وو الجماعة إما أن تكون فاعلا أو تكون نائب فاعل لكن في الأغلب تكون فاعلا طيب أقول عندنا آية أخرى فَلَمَّا رَأَا هَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانُّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبَ أين الحرف الناسخ عندك أن أنظر وانتبه إذا رأيت ضميرا قد اتصل بالحرف الناسخ أعيد إذا رأيت ضميرا كأنها كأنه كأنهم كأنهن كأني إذا رأيت ضميرا قد اتصل بالحرف الناسخ فلتعلم أن هذا الضمير هو اسمه الحرف الناسخ أعيد الهاء اتصلت بكأن إذن الهاء اسم كأن الياء في غير القرآن الياء اتصلت بكأن إذن الياء اسم كأن هم اتصلت بكأن إذن هم اسم كأن أي ضمير يتصل بهذا الحرف الناسخ فهو اسمه فهم هذا الكلام طيب عندنا آية أخرى إن إلهكم لواحد انظر إلى هذه الآية إن تحتاج إلى اسم وإلى خبر قلنا إنها تنصب اسمها وترفع خبرها أين اسم إنه إله إله كم هذا مضاف إليه خذ هذه القاعدة أي ضمير اتصل باسم يعرب مضافا إليه أعيد أي ضمير انظر إلى كم وانظر إلى إله هل كلمة إله اسم نعم وكم ضمير نعم أي ضمير اتصل باسم فهذا الضمير مضاف إليه فهم هذا الكلام طيب إذن إله اسم إن انظر إلى الفتحة على اله انظر إلى الفتحة على اله إن إله ها إلهكم إله بغيركم إله اسم إن منصوب بالفتحة كم مضاف إليه أين الخبر ما هذه اللام أولا حرف جر خطأ هذه اللام وقعت في خبر إن اتصلت بخبر إن كلمة واحد هي خبر إن هذه اللام الواقعة أو المتصلة بخبر إن هي لام التوكيد أتي بها لتوكيد الكلام لتوكيد وحدانية الله عز وجل إن إلهكم لواحد طيب إذن إله اسم إن كم مضاف إليه اللام لام التوكيد واحد طبعا هذه لا تؤثر في الإعراض واحد خبر إن مرفوع بالضم في الآية السابقة نحن ما أخرجنا خبر كأن أين خبر كأن نحن قلنا إن اله هي اسم كأن أين الخبر جن أنظر إلى التنوي هذه الكلمة هي خبر كأن عندنا آية أخرى إن الإنسان لربه لكنود كنود ما معناها كنود أي جحود كفور والعياذ بالله إن تحتاج إلى اسم وإلى خبر أين اسمها الإنسان الإنسان اسم إن منصوب بالفتح أين الخبر ما هذه اللام أولا لام التوكيد خطأ أنا قلت لام التوكيد أنظر إلى الكسر وأنظر هنا إلى الفتح لام التوكيد لكون مفتوح إذن هذه لام الجر حرف جر انتبه اللام حرف جر ورب اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر ما يعرب من يسبقني أحسنت مضاف إليه لماذا؟ لأن هذا الضمير قد اتصل باسم أي ضمير أي ضمير انظر إلى الهاء وانظر إلى رب كلمة رب اسم الهاء اتصلت به هذا الاسم إذن الهاء مضاف إليه طيب ما هذه اللام التي فيه كنود نقول هذه اللام هي لام التوكيد كنود خبر إن مرفوع بالضم لام التوكيد لا تؤثر في إعراب ما بعدها لام التوكيد لا تؤثر في إعراب ما بعدها عندنا بعد ذلك آية قرآنية حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أين الحرف الناسخ؟ إنه ليت نحن حفظناه ليت إن أن كأن خذ هذه الثلاثة معا لكن إِنَّ لَيْتَ لَعَلَّ لَيْتَ لَيْتَ طيب هذه الصورة فيها بعض الصعوبة ماذا تعرف عن كلمة بَيْنَا؟ ماذا تعرف عنها؟ إنها ظرف إنها ظرف مكان بين من ظروف المكان إذا رأيت بعد لَيْتَ طبعا انتبه إلى أن الظرف شبه جملة إذا رأيت بعد لَيْتَ مباشرة هكذا إذا رأيت بعدها شبه جملة فلتعلم أن شبه الجملة هذا خبر مقدم أنا سأوضح هذا الكلام بعد القرين إن شاء الله فاحفظ معي الآن أعيد إذا جاء بعد لَيْتَ أو بعد أي حرف ناسخ إذا رأيت بعد لَيْتَ شبه جملة فلتعلم أن شبه الجملة هذا خبر لَيْتَ مُقَدَّم أين اسم لَيْتَ طبعا ليس بينك هذه الوهو حرف عطف إنه بعد ترتيب الكلام يا لَيْتَ بعد المشرقين بيني وبينك هذا في غير القرآن في غير القرآن لا نستطيع أن نبدل أو أن نغير في القرآن الكريم إذا ترتيب الكلام أو تقدير الكلام أو معنى الكلام في غير القرآن الكريم يا لَيْتَ بعد المشرقين بيني وبينك هذا هو المعنى إذا بيني شبه جملة خبر لَيْتَ مُقَدَّم طبعا هو في محل ها في محل رفع لَيْتَ ترفع خبرها كأن تنصب اسمها وترفع خبرها هذا هو الخبر إذا هذا في محل رفع أين اسم لَيْتَ بعد انظر إلى الفتح الفتحة على الدال بعد هذا اسم لَيْتَ المشرقين مضاف إليه مجرور بلياء طيب عندنا آية بعد ذلك وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ أين الحرف الناسخ إنه أَنَّ أَنَّ بفتح الهمزة وتشديد النون وليست أن فأن بسكون النون حرف ينصب المضارع ما قلته عن ليتة يقال عن أن أنا قلت ليتة إذا جاء بعدها شبه جملة فشبه الجملة فشبه الجملة خبر ليتة مقدم خبر ليتة طيب أن جاء بعدها شبه جملة نفس الكلام نفس الكلام يقال هنا إذا رأيت بعد أن أو بعد أي حرف الناسخ إذا رأيت بعد أن شبه جملة فأعلم فأعلم أن شبه الجملة خبر أن مقدم طيب هذا اللام وهم شبه جملة نعم اللام وحرف جر هم ضمير مبنيون في محل جر إذا هذا شبه جملة أنا قلت شبه الجملة إما جر ومجرور أو ماذا؟ أو ظرف إما جر ومجرور أو ظرف طيب إذا أتى بعد أو إذا جاء بعد أن شبه جملة فشبه الجملة خبر أن مقدم أنا أحتاج الآن إلى اسم إلى اسم أن أين اسم أن جنات جنات طيب هو وضع كسرة ونحن نعلم أن نسمى أن يكون منصوبا نقول نعم لا يعني لا خطأ هنا طيب ما هذه الكسرة أقول هذا جمع هذا جمع مؤنث سالم وجمع المؤنث السالم ينصب ماذا؟ بالكسرة إذن جنات اسم أن منصوب بالكسرة فهم الكلام؟ هذه الصورة تحتاج إلى مزيد بيان انظر معنا أقول في البيت رجل في البيت رجل في البيت طبعا في حرف جر والبيت اسم المجرور بفيه علامة جره الكسرة في البيت شبه جملة؟ نعم رجل نكرة؟ نعم نحن درسنا النكرات والمعارف طيب في البيت شبه جملة ورجل نكرة أقول في البيت خبر مقدم احفظ هذه الجملة على هذا الشكل احفظ إعرابها لأنك ستقابل مثل ذلك كثيرا جدا 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 في البيت رجل في البيت طفل في الحقيقة أشجار نفس الكلام في البيت شبه جملة خبر مقدم في محل رفع الخبر المقدم يحتاج بعده إلى مبتدأ مؤخر احفظ هذه الصورة أعطني أنت أمثلة أقول في الحقيبة أقلام في المسجد مصلون هل يصح أن أقول في المسجد مصلين أنا هنا أحتاج إلى كلمة مرفوعة أقول مصلين خطر أقول مصلون جمع المذكر السالم يرفع بالواب في المسجد مصلون في المسجد مؤمنون وهكذا في المسجد موحدون إذن شبه الجملة خبر مقدم ورجل مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم أنا لو أدخلت كان على هذه الجملة فأين اسم كان طبعا لا يصح أن أقول إنه شبه الجملة اسم كان هو المبتدأ هذا هذا المبتدأ سينزل اسما لكان انتبه أعيد في البيت رجل أنا قلت شبه الجملة خبر مقدم طيب إذا أدخلت كان نفس ترتيب الكلام لن يتغير الخبر سيكون خبرا لكان والمبتدأ سيكون اسما لكان فماذا أقول أقول كان في البيت رجل أنا ماذا فعلت الخبر الخبر المقدم أصبح خبرا لكان إذن أين خبر كان في البيت هذا خبر كان مقدم هذا المبتدأ سيصبح هنا اسما لكان إنه اسم كان مؤخر طيب من يستطيع أن يدخل على هذه الجملة حرفا ناسخا يعني نضع هنا مثلا إن ما سأفعل لا جديد يعني إلا تغييرا بسيط أو تغييرا يسير لا جديد إلا أننا سنغير شيئا يعني ليس كبيرا انظر معك الخبر المقدم أنا أدخلت إن فهذا الخبر المقدم سيكون خبر إن هذا المبتدأ سيصبح اسما لإن يعني مثلا أقول أقول ليت أو إن يعني كلاهما لا شيء يعني كلاهما واحد شاء واحد ليت في البيت ماذا أقول رجل خطأ أنا هنا ينقصني اسم ليت ينقصني هنا اسم ليت اسم ليت سيكون منصوبا إذن هل أقول رجل لا أقول رجلا ليت في البيت رجلا ما ما أعرب شبه الجملة أقول شبه الجملة خبر مقدم ما أعرب رجلا أقول رجلا اسم ليت مؤخر فهم هذا الشكل هذا الكلام مهم جدا 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 ما قيل عن ليت يقال عن إن يقال عن كأن يقال عن أخوات إنا وما قيل عن كان يقال عن أخوات كان إذا كانت الجملة يعني على هذا الشكل لم تسبق بحرف الناسخ أو بفعل الناسخ فهذا يعربه احفظ هذا وكرر عدة مرات حتى يتقنه إن شاء الله وتعالى أعود إلى ما كنت أتحدث فيه أو عنه يعني عندنا آيات قرآنية أن لهم جنات أن لهم جنات تذكر ليت في البيت رجلا هذه مثلها أن حرف النسخ شبه الجملة هذا خبر أن مقدم جنات اسم أن مؤخر لكنه منصوب بالكسر فهم هذا الكلام إذن الآن أعيد في البيت رجل ما عرب رجل مبتدأ مؤخر والبيت خبر مقدم كان في البيت رجل أقول في البيت خبر كان مقدم ورجل اسمه كان مؤخر ليت في البيت رجلا أقول في البيت خبر ليت مقدم ورجلا اسم ليت مؤخر عندنا ملحوظة مهمة جدا جدا أقول قد تلحق ما الكافة بإنه وأخواتها فتكفها عن العمل ما عدا ليت فيجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل كيف هذا ما فهمت شيئا أعطني مثالا أقول إنما المؤمنون إخوة طيب أسألك سؤالا أين اسم إنا أين المؤمنون خطأ إخوة خطأ لن تجد هنا لإن إسما ولا خبرا بماذا ترى ما ما هذه أسميها ما الكافة انظر قد تلحق ما الكافة بماذا بإن انظر إلى إن وانظر إلى ما الكافة ما هذه تكف إن عن العمل تبطل عمل إن فإن لم نعد نحتاج لها إلى إسم ولا إلى خبرا ليست في حاجة إلى اسم ولا إلى خبرا لماذا لأنه قد دخل عليها أو دخلت عليها ما الكافة كافة عن العمل فلا تبحث لها لا عن اسم ولا عن خبرا طيب ماذا نعرب كلمة المؤمنون نقول إنها مبتدأ إنها مبتدأ مرفوع بماذا ليس بالضمة هذه الكلمة جمع مذكر سالم إذن هي مرفوعة بالواوي مبتدأ مرفوع بالواوي ما هذه الفتحة هذه الكلمة مبتدأ لماذا وضعت هذه الفتحة أقول نون جمع مذكر السالم دائما مفتوحة طيب ونون المسنة من يذكرني نون جمع المذكر المذكر السالم دائما مفتوح طيب ونون المسنة أقول دائما مكسورة دائما مكسورة المسلماني المؤمناني وهكذا طيب إذن المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر مرفوع بالضمة أين اسم إنه نقول لن نحتاج لإن إلى اسم ولا إلى خبر لماذا لأن ما قد كفت إنه عن العمل طيب عندنا آية أخرى وهي مهمة جدا جدا ويخطئ بعض إخواننا في فهمها إنما يخشى الله من عباده العلماء من الذي يخف العلماء لا تقول الله حاشا لله إنما يخشى الله ها انظر إلى هذه الفتحة من اللي يخشون العلماء طيب نسير خطوة خطوة أين اسم إنه تقول لن نبحث لإن لا عن اسم ولا عن خبر لماذا لأن ما ما نوعها كفة لأن ما الكفة كفت إنه عن العمل فإنه لن نحتاج لها إلى اسم ولا إلى خبر طيب ولذلك دخلت إنه هنا على الجملة الفعلية لما قد اتصلت بها كفتة عن العمل يخشى فعل مضارع مرفوع نعم لماذا لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم إذن هو مرفوع بالضمة المقدرة أن لا أستطيع أن أنطق الضمة أن لا أستطيع أن أقول إنما يخشى يو لا لا تنطق ضمة مقدرة إنما يخشى طيب من الذين يخشون العلماء أنظر أين أتك بالفعل الفعل هنا في آخر الجملة ترتيب الكلام أو معنى الكلام في غير القرآن في غير القرآن إنما يخشى العلماء من الله هذا هو المعنى من الذين يخشون العلماء انظر إلى الضم هذا هو الفاعل يخافون من 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 الله يخشى الله انظر إلى الفتح هذا اسم الجلالة مفعول مقدم مفعول به منصوب من الفتح أين الفاعل العلماء هل يتقدم المفعول على الفعل نعم أحيانا إذا أمن الالتباس وأمن الخطأ في الفهم قد يتقدم المفعول على الفعل لا شيء في هذا عندنا لعل نفس الكلام ما قد اتصلت به أقول لعل ما الأهداف تتحقق أين اسم لعل تقول لا تبحث لعل لا عن اسم ولا عن خبر لماذا تقول بسبب ما الكافة ما الكافة كافة لعل عن العمل فلا تبحث لا عن اسم ولا عن خبر ما إعراب الأهداف انظر إلى الضم الأهداف مبتدأ مرفوع بالضم أقول ليتم العدل يسود ليتم العدل يسود كلتا الجملتين صحيحتان لماذا انظر معنا نرجع إلى القاعد قد تلحق ما الكافة بإن وأخوتها هذا عرفنا فماذا فتكفها عن العمل هذا عرفنا لا تبحث لا عن اسم ولا عن خبر قال ما عدا ليت إذا دخلت ما على ليت قال فيجوز أن تعمل ويجوز أن تهمل ليتم العدل لا ما هنا لم تكف ليت عن العمل فالعدل اسم ليت هذا مع ليت فقط ليتم العدل يسود ما كافة كافة ليت عن العمل كلمة العدل مبتدأ مرفوع بالضم إذا ما بعد ليت ما يجوز أن يكون مبتدأ ويجوز أن يكون اسما لليتا ننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى التابع للمنصوب والتابع للمنصوب أربعة أشياء عندنا النعت والتوكيد والعطف والبدل ونحن قد شرحنا ذلك في باب المرفوعات لكن أنا هنا أتحدث عن هذه التوابع في باب المنصوبات عندنا النعت والتوكيد والعطف والبدل أعطني أمثلة أقول رأيت زيدان الكريم طيب تعالوا نعرب رأيت فعل وفاعل هذه التاو تعود علي إذن هذه التاو الفاعل رأيت رأي اليأو ساكنة إذن رأي فعل مبنين على السكون التاو تاو الفاعل زيدان مفعول به منصوب فقد وقعت عليه الرؤية ما صفته إنه كريم الكريم نعت منصوب بالفتحة النعت يتبع المنعوت قبله وقد ذكرنا ذلك في باب المرفوعات طيب أقول رأيت زيدان نفسه نفس الكلام زيدان مفعول به منصوب ونفسه من ألفاظ التوكيد المعنوي وقد شرح ذلك بالتفصيل بفضل الله عز وجل قبل ذلك أخذنا التوكيد المعنوي وعرفنا ألفاظه وشروطه وهنا أقول نفسه أو نفس توكيد المعنوي منصوب لماذا نصب؟ لأن المؤكد قبله منصوب انتقل إلى البدل أقول ضربت أخاك زيدا أين البدل؟ زيدا نحن شرحنا البدل أيضا بالتفصيل وعرفنا أن عندنا عدة أنواع أخذنا منها المطابق والبعض من الكل والاجتمال طيب ما نوع هذا؟ هو بدل المطابق ليس فيه ضمير ليس فيه ضمير أقول مثلا الرسول محمد عظيم الفاروق عمر قائد وهكذا الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق الثانية هي الأولى والأولى هي الثانية إذن الأخيرة هذه بدل طيب يا ترى هل هو بدل المرفوع؟ هل هو بدل منصوب؟ هل هو بدل مجرور؟ ننظر إلى المبدل منه قبله قبل البدل المبدل منه منصوب ضربت فعل وفعل أخاك مفعول به منصوب بماذا؟ بالفتحة خطأ خطأ هذه الكلمة اسم من الأسماء الخمسة طبعا هي الأسماء هي ستة لكن نحن اقتصرنا على خمسة هي من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء تجر بالياء إذن هذا مفعول به منصوب بالألف والكاف مضاف إليه هذه منصوبة نعم إذن زيدا بدل منصوب بالفتحة عرفت التابعة للمنصوب الآن التابع يتبع ما قبله في الإعراب يتبع ما قبله في الإعراب إذا كان منصوبا فهو منصوب إذا كان مجرورا فهو مجرور إذا كان مرفوعا فهو مرفوع فهم هذا الكلام؟ نعم انتهى بذلك والحمد لله عز وجل شرحنا لباب المنصوبات المجرورات من الأسماء ما المجرورات من الأسماء؟ أولا المجرورات ثلاثة أنواع عندنا المجرور بالحرف وعندنا المجرور بالإضافة وعندنا التابع للمجرور أولا المجرور بالحرف انظر معي أقول كتبت بالقلم أختصر الكلام اختصارا إن شاء الله تعالى فأقول إذا وجدت حرف جر فما بعده ما إعربه نقول هو اسم مجرور وعلامة جره الكسرة هذا بداية وإلا فهناك جر بالياء لكن بداية ضع كسرة تحت هذه الكلمة لماذا؟ لأن قبلها حرف جر نعيد إذا وجدت حرف جر فالاسم بعده لابد أن يكون مجرورا به ضع كسرة تحت آخر حرف هذا بداية انظر أقول هذا من فضل ربي أين حرف الجر؟ من من بكسر المين ماذا أفعل في كلمة فضل؟ ضع تحت اللام كسرة يعني نقول إن كلمة فضل اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة إذا وجدت حرف جر فالاسم بعده مجرور به طيب عندنا حروف الجر الأصلية وهذا يحفظ عندي من وليست من من وإلى هذان احفظهما معا عندي من وإلى وعندي عن وعلى احفظ هذين معا هذه بالعين وهذه بالعين من وإلى عن وعلى في ورب والباء في ورب والباء حفظت هذه الأشياء من وإلى عن وعلى في ورب والباء كذلك الكاف واللا خذ هذين معا الكاف واللا ثم بعد ذلك أخيرا عندي أحرف القسم وهي الواو والباء والت أقول بالله أقول تالله لأكدن أصنامكم إذن هذه حروف جر أصلية لا نستطيع أن نحذفها من الجملة هل تستطيع أن تحذف الباء لا نستطيع هل تستطيع أن تحذف من لا نستطيع وإلا تغير المعنى يعني يجوز أن نقول هذا فضل رب نعم لكن المعنى يختلف عن وضع كلمة من طيب إذن حروف الجر الأصلية لا نستطيع أن نحذفها من الجملة عندنا بعد ذلك أحروف الجر الزائدة انظر معا عندي من وعندي الباء والكاف انظر من قد يكون حرف جر أصلية وقد يكون حرف جر زائدة كيف أفرق وانظر إلى الباء قد تكون حرف جر أصليا وقد تكون حرف جر زائدة كيف أفرق وانظر إلى الكاف قد تقع الكاف حرف جر أصليا وقد تقع حرف جر زائدة اختصار الكلام إذا كانت كلمة من أصليات حرف جر أصليا أو حرف جر زائدة فما بعدها مجرور أعيد إذا كانت من حرف جر أصليا أو كانت حرف جر زائدة فلا تنزعج ما بعدها مجرور ما بعدها مجرور لكن طبعا هناك فروق يعني لكن أنا لا أحب أن أخوض في هذه الفروق أنا أختصر اختصارا إذا كانت من انتبه معي أخيرا أقول إذا كانت من حرف جر أصليا أو كانت حرف جر زائدا فما بعدها مجرور ويعني هو مجرور في اللفظ طيب انظر معي أقول أليس الله بعزيز ذي انتقام سبحانه وتعالى انظر رأيت الباء الباء دخلت على كلمة عزيز طيب ما إعراب عزيز انظر إلى ليس ليس له اسم وهو اسم الجلالة الله مرفوع وعلامة رفعه الضمة ليس من أخواتي كان وعزيز هو خبر ليس خبر ليس يكون منصوبا انتبه معي خبر ليس يكون منصوبا أين النظم نقول نعم هو منصوب لكن هنا حرف جر زائدا كيف عرفت أنه زائد أقول لأنه وقع في خبر ليس إذا رأيت الباء في خبر ليس فاعلم أن الباء حرف جر زائد طيب ما إعراب عزيز أقول عزيز خبر ليس طيب أين النظم أقوله هو خبر ليس مجرور لفظا في اللفظ فقط منصوب المحل أختصر لك باختصار الباء قد تكون حرف جر أصليا وقد تكون حرف جر زائدا باختصار باختصار إذا كانت حرف جر أصليا فما بعدها مجرور وإذا كانت حرف جر زائدا فما بعدها مجرور لفظا باختصار شبيب هذا الذي يعنيك أو هذا الذي تهتم أنت به عند التحدث فقط طيب انظر معي أقول وكفى بالله شهيدا انظر إلى كفى أين فاعلها هو اسم الجلالة الله الفاعل يكون مجرورا لا لا يكون مجرورا طيب لماذا وضعت كسرة نقوله هو فاعل مجرور لفظا يعني في اللفظ فقط مرفوع محلا باختصار أختصر وأيسر لك الكلام إن شاء الله لعل الله عز وجل أن يسر علينا أمورنا جميعا وأن يتقبل منه انظر الباء حرف جر انظر إلى وكفى بالله شهيدا الباء حرف جر لكن هذه الباء دخلت واتصلت بفاعله كفى فعرفنا أن الباء هنا حرف جر زائد لفظ الجلالة الله أو اسم الجلالة الله مجرور لفظا في اللفظ فقط وإلا فهو فاعل اختصار الكلام إذا كانت الباء حرف جر أصليا ثم بعدها مجرور إذا كانت حرف جر زائدا فما بعدها أيضا مجرور لفظا فهم الكلام إذا عندنا حروف الجر الأصلية كثيرة وتحدثنا عنها وعندنا أحرف الجر زائد عندنا من وعندنا الباء وعندنا الكاف انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى المجرور بالإضافة وهذا الكلام مهم جدا جدا وركز معي عندنا المجرور بالإضافة انظر قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح انظر إلى هذه القائد ترى كلمة نور أولا انظر إلى اسم جلالة الله اسم ووقع في أول الكلام وتحدثنا عنه بما بعده إذن هو مبتدأ هذه الكلمة اسم جلالة الله مبتدأ أين الخبر؟ نور الله بما أخبرت عنه أخبرت أنه نور السماوات والأرض إذن كلمة نور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم كلمة نور فيها أل انظر فيها أل لا كلمة السماوات فيها أل نعم هنا إضافة نعم إذن السماوات السماوات مضاف إليه فهمت الآن؟ أعيد كلمة نور ليس فيها أل انتبه هذا الكلام مهم جدا أنت يعني لابد 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 أن يقع المضاف إليه في كلامك يقينا إن شاء الله تعالى يعني أنا لا أتصور كلاما لا يقع فيه المضاف إليه أبدا أبدا فانتبه الله نور السماوات نور السماوات والأرض نور ليس فيها أل والسماوات فيها أل وهنا إضافة إذن السماوات مضاف إليه وانظر إلى نور مضاف الكلمة الأولى وهي نور مضاف والكلمة الثانية وهي السماوات مضاف إلي نعم أعلم ما يضل الآن في ذهنك أنت تقول ألم نعرب كلمة نور خبرا أقول بلى نحن أعربناها خبرا تقول طيب لماذا قلت إنها مضاف نقول إن كلمة مضاف ليست إعرابا أعيد هي كلمة نور هذه تعرب خبرا خبرا لكن هي مضاف المضاف ليس إعرابا المضاف ليس إعرابا اسم جلالة الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الضم المبتدأ من مرفوعات الأسماء نور خبر وهو مضاف والسماوات مضاف إليه مجرور بالكسر اعلم أن المضاف إليه يكون دائما مجرورا أو في محل جر طيب والأرض معطوف على السماوات معطوف مجرور لماذا؟ لأن السماوات كلمة مجرورة إذا كانت مجرورة فما بعدها مجرور وهو الأرض إذا كانت هذه مرفوعة فما بعدها مرفوع إذا كانت هذه منصوبة فما بعدها منصوب وهو المعطوف طيب مثل نوره انظر إلى الهاء هذه الهاء أين درسناها؟ هي ضمير متصل أليس كذلك؟ هي ضمير متصل انظر إذا رأيت الضمير ليس شرطا أن يكون لها هم هن هما أي ضمير؟ إذا اتصل هذا الضمير باسم انظر معي واحفظ إذا اتصل هذا الضمير باسم نقول إن هذا الضمير مضاف إليه أي ضمير يتصل باسم ماذا يعرب؟ يعرب مضاف إليه ولا تقل يعرب مضاف إليه أعيد أعيد أي ضمير يتصل باسم يعرب مضاف إليه طيب طيب أنا الآن قلت إن الهاء مضاف إليه إذا النور مضاف؟ طيب انظر كذلك أقول مثل نوره هل تستطيع أن تعرب كلمة نور؟ نور بغير الهاء هل تستطيع أن تعرب نور؟ انظر في غير القرآن لأننا لا نستطيع أن نغير في القرآن انتبه نحزف الهاء احزف وضع أل ضع أل هنا تقول مثل النور في غير القرآن مثل النور مثل ليس فيها أل والنور فيها أل إذن النور مضاف إليه إذن هذا المكان فيه مضاف إليه إذن كلمة نور مضاف إليه فهم الكلام؟ إذن عندنا نور هذه خبر وهي مضاف والسماوات مضاف إليه مجرور وعلامة جديد كسرة كذلك مثل مضاف ونور مضاف إليه كذلك نور مضاف والهاء مضاف إليه فهم الكلام؟ انظر معي قال الله عز وجل كل نفس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة انظر إلى كلمة كل وكذلك بعض كل وبعض كلمة كل لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه كلمة كل دائما 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 لابد أن يأتي بعدها مضاف إليه يعني كل لابد أن تضاف إلا إذا نوينت إلا إذا نوينت طيب كل نفس إذا كلمة نفس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة طيب هل تستطيع أن تعرب كلمة كل؟ طبعا هي اسم وقع في أول الكلام تحدثنا عنه بما؟ بعده إذا هي مبتدأ إذا كل مبتدأ ونفس مضاف إليه أين الخبر؟ نعم ذائقة هذا هو الذي أخبر به عن كلمة كل أخبرك عن كل نفس بأنها ذائقة الموت ذائقة هي الخبر طيب ما يعرب الموت؟ ها اسبقنا نعم مضاف إليه نقول كلمة ذائقة ليس فيها آل والموت ها فيها آل إذن الموت مضاف إليه طيب انظر إلى هذه الكلمة هل تستطيع أن تعرب لنا هذا الضمير وهو كم؟ ها من؟ ما يعربه؟ نعم مضاف إليه لماذا؟ لأنه ضمير اتصل باسم انظر فوقه الهاء ضمير وقبلها اسم إذن هذه الهاء مضاف إليه كم ضمير وقبلها اسم إذن كم مضاف إليه فهم الكلام؟ أجور كم الكاف عليها ضم إذن أجور مضاف وكم مضاف إليه انظر هنا أيضا يوم فيها آل لا القيامة فيها نعم إذن القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين طيب انظر معنا أين أول مضاف إليه يقابلك في هذه الآية؟ أين؟ نعم هم أحسنت والذين هم لفروجهم أحسنت لماذا؟ نعم لأن الضمير هم ضمير اتصل باسم إذن هو مضاف إليه طيب أين المضاف إليه بعد ذلك؟ نعم أحسنت انظر إلى هذا الضمير هذا الضمير اتصل باسم إذن هو أيضا مضاف إليه أين الضمير بعد ذلك؟ نعم أيمانهم انظر إلى هم ضمير اتصل باسم نعم فإنهم غير ملومين أين اسم إنا؟ ليس غير انظر انظر إلى هذا الضمير أي ضمير يتصل بالحرف الناسخ؟ يعرب اسم هذا الحرف بمعنى أن عندي هذا الحرف وهو إنا وعندي ضمير قد اتصل به وعندي ضمير قد اتصل به إذن هذا الضمير هو اسمه إذن هم اسم لإنا وإن الخبر هو غير وانتبه كل كلمة كل كلمة تقع بعد غير أو سوى تعرب مضافا إليه أعيد غير ملومين ملومين مضاف إليه لماذا؟ لأنها بعد غير وكذلك بعد سوى بعد سوى وبعد غير مضاف إليه فهمت الكلام؟ طيب قال الله عز وجل وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ بَلْ أَحْيَاءُ عند ربهم يرزقون طيب أين أول مضاف إليه يقابلك؟ ها؟ معه؟ قطأ الواو ضمير نعم لكن هذا الضمير انظر معي هذا الضمير وهو الواو اتصل باسم؟ لا إذن ليس مضافا إليه انتبه هو ضمير نعم انظر هذا الضمير واتصل باسم إذن هذا الضمير مضاف إليه نعم الواو ضمير لكن لم تتصل باسم وو الجماعة لا تتصل باسم أبدا انتبه انظر إلى اسم الجلالة الله في سبيل الله سبيل فيها قال؟ لا لفظ الجلالة الله أو اسم الجلالة الله فيه قال نعم إذن اسم الجلالة الله مضاف إليه طيب انظر إلى عند وهي ظرف طيب عند ربهم بعد الظرف مضاف إليه إذن كلمة رب مضاف إليه وكذلك هم كلمة رب وكذلك هم طيب هم مضاف إليه نعم لماذا نعم لأنها اتصلت باسم أي ضمير حفظنا هذا أي ضمير يتصل باسم مضاف إليه قال الله عز وجل كذبت قوم نوط بالنذر أين أول مضاف إليه يقابلك التأ خطأ هذه التأ انظر كذبت ما ضبطها عليها سكون هي ساكنة إذن هذه تأ التأنيس تأ التأنيس تأ التأنيس ليست ضميرا بل هي حرف أعيد تأ التأنيس هناك تأ الفاعل وهناك تأ التأنيس وسنقابل ذلك بعد ذلك إن شاء الله تأ التأنيس عليها عليها سكون وقد تكسر للتقاء الساكنين لكن لا أحب أن أخوض في تفاصيل كثيرة ركز معي تاء التأنيس عليها سكون إذا رأيت التاء عليها سكون فهي تاء التأنيس طيب هي حرف كذبت قوم نوط نوط النبي أليس كذلك؟ قل بلى في غير القرآن نستطيع أن نحذف كلمة لوت مثلا جرب وأن نضع مكانها النبي جرب معي في غير القرآن في غير القرآن أستطيع أن نقول في غير القرآن كذبت قوم النبي بالنظر ما يعرب النبي؟ قوم ليس فيها أل والنبي فيها أل إذن هذا المكان فيه مضاف إلي أعيد كلمة لوت لوت النبي نحذف كلمة لوت ونضع مكانها النبي في غير القرآن أقول كذبت قوم النبي بالنظر في غير القرآن ما يعرب النبي؟ وكلمة قوم ليس فيها أل والنبي فيها أل إذن النبي مضاف إلي إذن هذا المكان فيه مضاف إلي إذن كلمة لوت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة إذن عندي الآن لوط بالكسر مضاف إليه مجرور وعلامة جده الكسرة انتقل معي بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى التابع للمجرور هناك توابع للمجرور ونحن عرفنا ما معنى التوابع قبل ذلك انظر معي أقول وهو أربعة أشياء النعت والتوكيد والعطف والبدأ النعت والتوكيد والعطف والبدأ أعطني أمثلة أقول مررت بزيد الكريم ما إعراب الكريم؟ هو صفة لزيد نعت طيب هو وضع كسرة لماذا؟ نقول لأنه نعت مجرور طيب لماذا جرة؟ أقول لأن كلمة زيد مجرورة لماذا؟ لأنها سبقت بحرف جر انظر الكلام مرتبط بعضه ببعض مررت انظر إلى التاء عليها ضمة تعود علي أنا أنا الفاعل هذه التاء تعود علي أنا الذي مر إذن مررت مر فعل مض والتاء تاء الفاعل تعود علي أنا أنا الذي مر إذن أنا الفاعل التاء هذه الفاعل تاء الفاعل مررت بي الباء حرف جر زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسر إذن الكريم نعت مجرور لو كانت كلمة زيد منصوبة لكان الكريم منصوبا ولو كانت مرفوعة لكان الكريم مرفوعا إذن النعت يتبع المنعوت قبله أعيد هذا نعت وهذا منعوت النعت وهو الأخير يتبع المنعوت وهو زيد قبله فهم الكلام ولذلك وضعنا كسر فانت به مررت بزيد الكريمي طيب انظر إلى التوكيد نحن قبل ذلك أخذنا ألفاظا للتوكيد من يذكرني بها عندنا النفس والعين ها وماذا وكل وجميع وماذا نعم وكل وكلت كل للمذك وكلت للمؤنس أعجبت بزيد نفسه وضع تحت السين كسرة بماذا نقول لأن كلمة زيد مجرورة وكلمة نفس توكيد معنوي طيب توكيد معنوي مجرور نعم لأن زيد مجرور وهو المؤكد البقوح الفجر وزيد اسم مجرور بالبقو وعلامة جرده الكسرة إذا النفس توكيد معنوي مجرور وعلامة جرده الكسرة والهاء من يعلم الهاء أحسن تمضاف إليه نحن أخذناها الآن عرفنا أن الضمير إذا اتصل باسم نعم يعرب مضافا إليه طيب أقول مررت بزيد وبكر الواو حرفه عطف عند الواو بالتروف العطف عند الواو والفاء وثم وأو احفظ هذا الواو والفاء احفظ هذين معا وثم وأو الواو والفاء وثم وأو إذا رأيت هذه فاعلم أنها من أحرف العطف طبعا ليس دائما يعني قد تأتي الواو مثلا حرف استئناف لكن باختصار باختصار يعني نحن في اختصار باختصار أقول إن الواو هذه حرف عطف ما قبلها هذا كما عرفت يسمى معطوفا عليه معطوف عليه وما بعدها وهو بكر معطوف فقط طيب أنت وضعت كسرة تحت الراء كسرة وتنوينا نقول نعم لماذا لأن كلمة بكر معطوفة على زيد وكلمة زيد مجرورة لأن قبلها الباء زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جديد الكسرة الواو حرف عطف بكر اسم معطوف على زيد مجرور بالكسرة انتقل إلى البدل أثنيت على أخيك زيد نحن عرفنا البدل أثنيت على أخيك زيد أين البدل؟ زيد لأن كلمة أخيك هي زيد وكلمة زيد هي كلمة أخيك أستطيع أن أبدل هذه الكلمة من تلك وضح الكلام إذن أقول زيد بدل مجرور وعلامة جديد الكسرة طيب ما يعرب أخيك من يذكر؟ أولا أين درسنا هذه الكلمة؟ نعم في الأسماء الخمس الأسماء الخمسة ترفع بأي شيء أحسنت بالواو تنصب بالآلف تجر باليا أحسنت إذن أخيك طبعا هذه ليست ياء المتكلم هو ليس أخي أنا لأن عندنا شرطا ما هو؟ ألا تضاف هذه الأسماء إلى ياء المتكلم هذه ليست ياء المتكلم هو أخي أنا؟ لا أثنيت على أخيك أخيك أنت على أخيك ليس أخي أنا إذن هذه ليست ياء المتكلم إذن أخيك اسم مجرور بعلا علم الحروف الجر اسم مجرور بعلا وعلامة الجر الياء انتبه انتبه ما يعرب الكاف؟ أحسنت مضاف إليه تعرب مضافا إليه لماذا؟ لأن الكاف ضمير قد اتصل باسم وأي ضمير يتصل باسم يعرب مضافا إليه فهم الكلام فإمت هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم جدا وأعيده عدة مرات حتى يتقن بفضل الله عز وجل سلوب التعجب باختصار شديد التعجب القياسي له صيغتان له شكلان عندنا ما أفعله وعندنا أفعل به ما أفعله وأفعل به انظر معي أريد كلمة على وزن أفعل ماذا نقول؟ نقول أجمل أحسن طيب انظر أقول ما أجمل الصلاة أنا وضعت مكان الهاء كلمة الصلاة ووضعت مكان أفعل كلمة على وزنها فقلت ما أجمل الصلاة ولا تقل ما أجملي ولا تقل ما أجمل هذا الأسلوب يحفظ على شكله هذا ولا تقل ما أجمل الصلاة ولا تقل ما أجمل الصلاة إنها ما أجمل الصلاة الصغة الأخرى أفعل به أقول أجمل بالصلاة وهذا يحفظ على هذا الشكل أجمل بالصلاة الباق حالفجر فلا تقول بالصلاة ولا تقول بالصلاة نعم باختصار شديد ما إعراب هذا الأسلوب انظر معي ما إعراب ما وهذا يحفظ تعجبية مبتدأ مبني في محل رفع إذن نحن الآن عندنا باختصار كلمة ما مبتدأ طيب ما إعراب أجمل باختصار شديد أقول أجمل فعل التعجب ماضي مبني على الفتحة ولا تقول ماضي بالياء هي ماضي محامي هاد وهكذا إذا أردت أن تضع الياء فضع الماضي المحامي وهكذا إذن اختصروا الكلام ما مبتدأ وأجمل فعل التعجب طيب قد يسأل سائل أين خبر ما وأين فاعل أجمل ما مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى خبر وأجمل فعل والفعل يحتاج إلى فاعل أنا ما تبقى عندي إلا كلمة واحدة هل أقول إن كلمة الصلاة هي خبر ما هل أقول إنها فاعل أجمل ماذا أقول يعني أنا ما تبقى عندي إلى كلمة واحدة أين الفاعل؟ انظر أقول والفاعل ضمير مستتر وجوبا ضمير مستتر وجوبا هنا ضمير مستتر ما أجمل الصلاة هنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا طيب ما إعراب الصلاة؟ نقول وهذا يحفظ إنها متعجب منه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح انظر إلى الفتحة ما أجمل الصلاة وهذا الأسلوب يحفظ على هذا الشكل ما أجمل الصلاة طيب أنا الآن أحتاج إلى أي شيء أنا أتيت بالفاعل وهو ضمير مستتر وأتيت بالمفعول أنا أريد خبر ما طيب أين الخبر؟ بعدها فعل وفاعل ومفعول أين الخبر؟ أقول والجملة الفعلية أجمل الصلاة في محل رفع خبر ما هذه الجملة كاملة أجمل الصلاة هي خبر ما فهم الكلام هذا الشكل يحفظ أو هذا الأسلوب يحفظ على هذا الشكل لا تقل ما أجمله ولا تقل ما أجمالي لا تقل ما أجمل الصلاة احفظ هذا الأسلوب على هذا الشكل أنت ستستخدمه كثيرا جدا في حديثك ما أجمل الإيمان ما أحلى الإسلام وهكذا فكن منتبها إلى هذا الصغة الثانية أفعل به ولن أخوض فيها كثيرا فلن يحدث فيها خطأ عند التحدث إن شاء الله تعالى أنتقلوا بعد ذلك بفضل الله تعالى إلى أسلوب الاختصال أنظر معي أقول نحن لنا أمجاد عظيمة أنا إذا تحدثت إلى أشخاص لا يعرفونني قلت نحن لنا أمجاد عظيمة ماذا يقولون؟ يقولون من أنتم؟ من أنتم حتى تكون لكم أمجاد عظيمة؟ قلت لا نحن المسلمين لنا أمجاد عظيمة وانظر إلى كلمة المسلمين إنها بالياء إنها بالياء ما إعرابها؟ طبعا لا تقل إنها خبر لنحن لأنها لو كانت خبرا لكانت بالواو ما إعراب جمع المذكر السالم بأي شيء يرفع يرفعوا بالواو وينصبوا ويجروا لا يسبقوا بالياء كالمثلة ينصبوا ويجروا بالياء طيب ما إعرابها؟ انتظر معا انظر أيضا أقول أنا اجتمعت بالعامل وأنا أحدث أشخاصا مثلا لا يعرفونني ماذا يقولون؟ ومن أنت حتى تجتمع بالعامل قلت لا أنا مدير الهيئة اجتمعت بالعامل انظر إلى كلمة مدير عليها فتحة إذن كن ذكيا لا يصح أن نجعلها خبرا للمبتدأ طيب ما سنقول في إعرابها؟ انتظر معي إذن الكلمة الأولى عندنا الآن بالياء والكلمة الثانية بالفتحة هذه منصوبة أو مجرورة سنعرف الآن إن شاء الله لأنها بالياء وهذه عليها فتح إذن هي منصوبة ما إعرابها سنعرف الآن إن شاء الله هي ليست خبرا لأنا كن معي انظر أقول عليكم توجيه النشئ طيب من هؤلاء الذين يوجهون النشئ؟ قلت عليكم انظر أيها المعلم أن توجهوا النشئ أو توجيه النشئ هذه الكلمات انظر أولا إلى أيها هذه الكلمات المسلمين انظر إلى الياء لا يصح أن نجعلها خبرا لنحن لو كانت خبرا لقلنا المسلمون أنا مدير الهيئات اجتمعت بالعاملين لا يصح أن نجعلها خبرا لو كانت خبرا لكانت بالضمة مديروا لكنه وضع عليها فتحة ووضع في هذه الكلمة ياء طيب انظر معي أقول كل ما ترى الآن كلمة المسلمين وكلمة مدير وكلمة أيها هذه الكلمات التي خط تحتها هذه الكلمات نسميها مختصا أعيد هذا الأسلوب كله أسلوب اختصاص أسلوب اختصاص انظر ولاحظ شيء أنت ترى أن هذه الكلمة التي وضعت تحتها خطا جاءت بعد ضمير أليس كذلك؟ وهذه الكلمة جاءت بعد ضمير وهذه الكلمة جاءت بعد ضمير اتضح الآن الكلام أعيد المختص هذا هذا نسميه مختصا هذا المختص يأتي بعد ضمير طيب الضمير نحن ضمير للمتكلمي أليس كذلك نحن أخذنا ذلك ضمير أنا ونحن هذان الضميران للمتكلم أنا إن تحدثت عن نفسي أقول أنا وأنت ومع مجموعة ماذا تقولون عن أنفسكم؟ تقولون نحن إذن أنا ونحن أو ضميران للمتكلم طيب معنى ذلك أن المختص يأتي بعد ضمير المتكلم أقول هذا غالبا انتبه معي هذا مهم جدا جدا أعيد المختص يأتي غالبا بعد ضمير المتكلم وأحيانا أحيانا بعد ضمير المخاطب أقول عليكم أخاطبكم أنتم عليكم أيها المعلمو طيب انظر معي كل هذه الكلمات التي خطة تحتها انظر مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أو أقصد أو أخص عرفت الآن؟ إذن هذا الأسلوب أسلوب الاختصاص ترى المختص فيه بعد ضمير للمتكلم غالبا وللمخاطب أحيانا يعني يأتي بعد ضمير يأتي بعد ضمير بعد ضمير للمتكلم غالبا وللمخاطب أحيانا ما إعراب المسلمين ولا تقول نحن المسلمون وإن كانت تجوز على الخبرية لكن يعني نحن في هذا الدرس لا تقول فيه المسلمون نحن المسلمين نحن الموحدي نحن أهل الإيمان لنا أمجاد عظيمة لا بد من التكملة لنا أمجاد عظيمة طيب المسلمين كما قلت مفعول به لماذا ينصب منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم ما إعراب مدير نفس الكلام مفعول به لفعل محذوف لكن منصوب بالفتحة ما هذا الفعل المحذوف أقول تقديره أعني أو أقصد أو أخص أخص الكلام عند مختص يأتي بعد ضمير للمتكلم غالبا وللمخاطب أحيانا باختصار المختص كلمة تأتي بعد ضمير توضح هذا الضمير توضح هذا الضمير هذا المختص يوضح ما قبله نحن من أنتم المسلمين نحن المسلمين لنا أمجاد عظيمة فكلمة المسلمين وضحت نحن وضحت نحن وتقدير الكلام نحن أعني المسلمين لنا أمجاد عظيمة نحن أخص المسلمين نحن أقصد المسلمين لنا أمجاد عظيمة إذن هنا هنا فعل محذوف ولذلك كانت كلمة المسلمين مفعولا به اتضح الآن الكلام نفس الكلام يقال في الجملة الثانية أنا أعني مدير الهيئة اجتماعت بالعامل هذا هو تقدير الكلام هنا فعل محذوف تقديره أعني أو أقصد أو أخص طيب انتقل إلى الجملة الأخيرة عليكم أيها المعلمون قد يكون المختص أيها للمذكر وقد يكون أيتها لمن للمؤنس فأقول عليكم أيها المعلمات أيها المعلمات مع المذكر أيها مع المؤنس أيها طيب الآن ما إعراب المعلمون ما إعراب المعلمون نعت مرفوع بالواو لماذا لأنه جمع مذكر سالم فلا تقل عليكم أيها المعلمي هذا خطأ الكلمة المعرفة بأل بعد أيها وكذلك بعد أيتها الكلمة المعرفة بأل بعد أيها تعرب نعتا مرفوعا مرفوعا فلا تقل أيها المعلمي أيها المعلمون هذا هو الصوت نعم هنا شيء لم نتحدث عنه نحن مبتدأ نعم أين الخبر الخبر هو الجملة الإسمية لنا أنجاد عظيمة أو لنا أنجاد أنا مبتدأ نعم أين الخبر جملة اجتمعت بالعامل إذا لابد من الخبر لأنني لو لم آتي بالخبر انظر يعني مثلا أنت تقول نحن المسلمون وتوقفت ما يعرب المسلمون خبر إنما تقول مثلا نحن المسلمين وتسكت خطأ انتبه حتى تعرب هذه مفعولا به لابد أن تأتي لنحن بخبر أعيد أعيد نحن مبتدأ نعم هل يصح أن تقول نحن المسلمين وتسكت طيب أين خبر نحن أنت ما أتيت بالخبر إذا لابد أن تأتي بالخبر بعد المسلمين فهم الكلام هذان الأسلوبان مهمان جدا الأساليب كثيرة كثيرة لكن أنا أقتصر وأكتفي بهذين الأسلوبين لأنهما يأتين في الكلام كثيرا وأنا كما قلت أقتصر في هذا الشرح اختصارا شديدا نقول أولا هناك أفعال تنصب مفعوليني هناك عدة أفعال تنصب مفعوليني من هذه الأفعال ظن وحسبا احفظ هذين معا ظن وحسبا عندي بعد ذلك رأى وهي رأى القلبية وعلم ووجد رأى علم وجد احفظ هذه الثلاثة معا عندي كذلك كسى وألبس وهما بمعنى واحد كسى وألبس وعندي بعد ذلك أعطى ومنح وهما بمعنى واحد كذلك أخيرا عندي سألا هذا الذي ذكرناه قد اخترناه من الأفعال التي تنصب مفعولين أقول ظن المعلم التلميذ فاهما من الذي ظن المعلم؟ إذن المعلم فاعل هو الذي فعل الفعل فاعل مرفوع بالضمة التلميذ هو المفعول الأول التلميذ تعرب مفعولا أول وفاهما تعرب مفعولا ثانيا إذن ظن تنصب مفعوليني ما النطق؟ ظن المعلم التلميذ فاهما ظن تنصب مفعولين وكذلك حسبا طيب عندي مثال آخر أقول وجد الطفل قصص القرآن شائقا ولا تقول شيقا فشيق بمعنى مشتاق وجد الطفل قصصا ما الفرق بين قصص بفتح القاف وقصص؟ سريعا أقول القصص بكسر القاف فيها ما هو صواب وفيها ما هو كذب إنما القصص ليس فيه إلا الصواب فانتبك رأى وعلم واجدة هذه رأى القلبي وسأعطيك مثال الآن إن شاء الله وجد الطفل هذا فاعل وجد أي شيء قصص هذا هو المفعول الأول مفعول به منصب بفتح أين المفعول الثاني؟ القرآن خطأ قصص ليس فيها أل القرآن فيه أل وهنا إضافة إذن القرآن مضاف إليه مجهور بالكسر إنما الطفل وجد قصص القرآن ماذا؟ وجده شائقا شائقا هو المفعول الثاني طيب يعني هنا سريعا أقول هناك فرق بين رأى القلبية ورأى البصري رأى القلبية بمعنى أحس أقول رأى الطفل الصدق جميلا هل الصدق يرأى بالعيد؟ لا يرى إذن هذه رأى القلبية طيب كسى وألبسى أعطني مثالا أقول ألبس الله المؤمنين ثوب الطهارة ألبس فعل ينصب مفعولين وكذلك كسى أين الفاعل؟ هو اسم الجلالة الله هو الذي فعل الفعل طيب أين المفعول الأول؟ الله ألبس من؟ ألبس المؤمنين المؤمنين مفعول أول منصوب بماذا؟ ليس بالفتحة بالياء لأنه جمع مذكر سالم طيب هذه النون ما ضبطها؟ نون جمع المذكر السالم دائما مفتوحة ألبسهم أي شيء؟ ثوبا كلمة ثوبا مفعول به ثان منصوب بالفتحة والطهارة مضاف إليه مجرور بالكسرة ثوب ليس فيها أل والطهارة فيها أل وهنا إضاف إذن الطهارة مضاف إليه مجرور بالكسرة كذلك أقول أعطى الغني الفقير ثيابا أين الفعل؟ أعطى وهو ينصب مفعولين أين الفاعل؟ من الذي أعطى؟ الغني أعطى من؟ الفقير هذا هو المفعول الأول أعطاه أي شيء؟ أعطاه ثيابا هذا هو المفعول الثاني أعطى تنصب مفعولين سأل المؤمن ربه العونة سأل فعل ينصب مفعولين من الذي سأله؟ من الفاعل؟ من الذي فعل الفعل؟ المؤمن هذا فاعل مرفوع بالضم سأل من؟ ربه كلمة رب مفعول أول والهاء مضاف إليه سأله أي شيء؟ سأله العونة مفعول به ثاني منصوب بالفتحة فهم هذا الكلام؟ ثانيا أقول النكرة المنصوبة بعد اسم التفضيل تعرب تمييزا كيف هذا؟ أعطني مثالا أقول عمر أفضل الطلاب خلقا ما معنى اسم التفضيل؟ أفضل كلمة على وزن أفعل أسميها اسم تفضيل اسم التفضيل يكون على وزن أفعل يدل على أن طرفين أو شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهم على الآخر في نفس الصفة كيف؟ عمر على خلق عظيم والطلاب أيضا فيهم الخلق لكن عمر تفوق على الطلاب في ذلك الخلق أعيد عمر اشترك مع الطلاب في ماذا؟ في الخلق لكن عمر زاد عليهم في ذلك الخلق وتعرف يمكن فقط كلمة على وزن أفعل إسم تفضيل النكرة نحن أخذنا الناكرات والمعارف الناكرات المنصوبة انظر إلى خلقا الناكرة المنصوبة بعد اسم التفضيل انظر إلى أفضل هذه نكرة بعد اسم التفضيل نكرة خلقا بعد اسم التفضيل وهو أفضل نكرة بعد اسم التفضيل ماذا أفعل فيها قال تعرب تمييزا هذه النكرة التي بعد اسم التفضيل أعرب هذه النكرة تمييزا ما يعرب خلقا تمييز منصوب بالفتحة لماذا خلقا كلمات نكرة ومنصوبة وجاءت بعد اسم التفضيل وهذا مهم جدا مثلا في القرآن الكريم أنا أكثر منك مالا ما يعرب مالا تمييز أكثر اسم تفضيل مالا نكرات المنصوبة بعد اسم التفضيل تعرب تمييزا أقول بعد ذلك إن الإسم الواقع بعد لولا يعرب دائما مبتدأ كيف ذلك أعطني مثالا أقول لولا فضل الله ما اهتدينا ما يعرب فضل فضل اسم وقع بعده لولا نعربه مبتدأا نعربه مبتدأا طيب أين الخبر قال وخبره يكون محزوفا وجوبا كيف ما التقدير المعنى لولا فضل الله موجود الخبر هنا محزوف وجوبا إذن ما يعرب فضل وهذا والمهم فضل مبتدأ مرفوع بالضمة واسم الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالكسف فضل ليس فيه أل واسم الجلالة فيه أل وهنا إضافة إذن اسم الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالكسف فلا تقل لولا فضلي ولا تقل لولا فضلا قل لو لا فضل الله ما اهتدينا بعد ذلك أقول الاسم الواقع بعد بخاصة يعرب مبتدأ مؤخرا أعطني مثالا أقول أحب الصحابة وبخاصة الصديق هذا فعل ما نوعه؟ إنه فعل مضارع من يذكرني بعلامة المضارع؟ المضارع يقبل لم حتى أعرف أن هذا الفعل الذي أمامي مضارع أنا يمكن أن أدخل عليه لم لم أحب لم أكتب لم أقرأ لم ألعب لم أسافر لم كذا لم كذا هذا فعل مضارع إذا قبل لم هذا فعل مضارع طيب يا ترى ما إعرابه طبعا لم يسبق بناصب ولا جازم إذن هو مضارع مرفوع بالضمة أين الفعل؟ أحب أنا الفعل هنا ضمير مستتر أحب من؟ الصحابة وقع عليهم الفعل وقع عليهم الحب إذن الصحابة مفعول به منصوب بالفتحة وبخاصة أنظر الباء طبعا حرف جرد خاصة اسم مجروب بخاصة شبه جملة أقول إن شبه الجملة خبر مقدم الصديق مبتدأ مؤخر ولذلك قال الاسم الواقع بعد بخاصة انظر إلى الصديق بعد بخاصة الصديق مبتدأ مؤخر فلا تقول وبخاصة الصديقي قال وبخاصة الصديق انتبه إلى مثل هذا قال وبخاصة جر ومجروب في محل رفع خبر مقدم فهم هذا الكلام بعد ذلك الاسم المنصوب الاسم المنصوب الواقع بعد كان وأخواتها يعرب خبرا منصوبا للفعل الناسخ كيف هذا؟ أعطني مثالا هذا الطالب أصبح متقنا علم التجويدي طيب أين الفعل الناسخ أصبح وهذا الفعل من أخواتي كان ما عمل كان ترفع اسمها وتنصب خبرها أين اسم أصبح متقنا خطأ كيف؟ انظر أصبح ترفع اسمها طيب هنا ألف دلالة على أن هذه الكلمة منصوبة إذن كيف تكون اسما لأصبح هذا خطأ إنها خبر أصبح انتبه معي إنها خبر أصبح أين اسم أصبح اسم أصبح هنا ضمير مستثر أصبح هو هو يعود على الطالب أصبح هو متقنا انظر إلى القاعدة الاسم المنصوب انظر إلى متقنا منصوب الاسم المنصوب الواقع بعد كان وأخواته طيب أصبح من أخواتي كان بعدها اسمه المنصوب ماذا أفعل فيه؟ قال يعرب خبرا منصوبا للفعل الناسخ متقنا خبر هذا الفعل الناسخ وهو أصبح أين اسم أصبح هنا ضمير المستثر أعطني أنت أمثلة هذا الطفل أصبح طيبا نفسي هذه الفتاة أصبحت طائعة لله مثلا إذن الاسم المنصوب الواقع بعد كان وأخواتها يعرب خبرا منصوبا يعرب خبرا منصوبا للفعل الناسخ أقول بعد ذلك الاسم الواقع بعد إنما يعرب مبتدأا مرفوعا طيب أعطني مثالا أقول إنما المؤمنون إخوة ما يعرب المؤمنون أقول ليست اسم إنما ليست اسم إنما لو كانت اسم إنما لكانت بالياء جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء طيب هنا واو إذن كن ذكيا هذه حالة رفع ما كاف كافت إنما عن العمل فلا تبحث لإنما لا عن اسم ولا عن خبر المؤمنون مبتدأ مرفوع بالواو ليست اسم إنما وإخوة طبعا خبر مرفوع بالضم الاسم الواقع بعد أيها وأياتها نعت مرفوع أعطني مثالا أقول أيها الآباء حفظوا أولادكم القرآن نسأل الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا القرآن بإتقان أيها الآباء انظر إلى أيها أيها معناها يا أيها هنا أداة نداء محزوفة يا أيها ما إعربوا الآباء وهذا إعراب ثابت الآباء نعت مرفوع نعت مرفوع بالضم لماذا هذا الاسم فيه ال وقع بعد أيها وهذا إعراب ثابت إذن نحن نعربه نعت مرفوع بالضم فهم فهم الكلام وكذلك مع أيها الاسم الواقع بعد أيها وأياتها ماذا يعرب يعرب نعتا مرفوعا أياتها الأمهات الأمهات نعت مرفوع أياتها الفاضلات الفاضلات نعت مرفوع بعد ذلك أقول إذا اتصل بإن وأخواتها ضمير يكون اسمها أعطيني مثالا أقول إننا مسافرون أين اسم هذا الضمير أي ضمير يتصل بإن يعرب اسمها يعرب هو اسمها ولا تقول يعرب اسمها طيب إننا مسافرون أين اسم هذا الضمير وهو نا أين الخبر مسافرون خبر مرفوع بالوا لا تقول مسافرون هي اسم إن لو كانت اسم إن وكن ذكيا لكانت باليا لماذا جمع المذكر السالم ينصب لماذا باليا هذه بالوا إذن نا نا اسم إن ومسافرون خبر إن مرفوع بالوا أعطيني مثالا آخر أقول إنكم مسلمون أين اسم إن أحسنت كم أي ضمير اتصل بالحرف الناسخ فهو اسمه هذا الضمير وهو نا اسمه إن هذا الضمير وهو كم اسمه إن أي ضمير يتصل بالحرف الناسخ طبعا ما معنى الحرف الناسخ أقصد إن وأخواتها أي ضمير يتصل بالحرف الناسخ فهو اسمه نا اسم إن كم اسم إن إن هم هم اسم إن إن هن هن اسمه ان وهكذا اي ضمير يتصل بالحرف الناسخ اسمه هذا الحرف اقول بعد ذلك ان لا الواقعة بعد حتى نافية وليست ناهية اعطني مثالا اقول افعل الخير حتى لا تهلك ما نوع لا هل هي ناهية هل هي نافية قال لا الواقعة بعد حتى نافية نافية لا وقعت بعد حتى ما نوع لا نافية والنافية لا تؤثر في اعراب ما بعدها ليست هذه ناهية هي نافية لا تؤثر حتى ادى تنصب تهلك مضارع المنصوب نصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة ما نوع لا نافية وليست ناهية حرف النظ لا يأتي بعده حرف جز بعد ذلك اقول عندنا كلمة ال لا هي متكونة من ان ولا فالمضارع بعدها منصوب اعطني مثالا اقول اريد منك ان لا تغتاب احدا انت وضعت فتحة على الباء نعم اذا هذا مضارع منصوب احسنت طيب قد تقول انا لا ارى قبله اداة نصب اقول هنا اداة نصب اين ان لا متكونة من ان ولا ان لا ان اداة نصب تنصب تغتاب تغتاب مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة الاصل اريد منك ان لا تغتاب لا نفي النصب للمضارع اذا تغتاب مضارع منصوب بالفتحة فانتبه الفاء الواقعة بعد الطالبي يعني بعد الامر بعد الناهي بعد الاستفهام ما هي اقوله هي فاء السببية نحن شرحنا ذلك عند دراساتنا لادوات النظر عرفنا ان فاء السببية تأتي بعد نفي او بعد طالب واشرحنا ذلك بالتفصيل الفاء الواقعة بعد الطلب بعد الامر بعد الناهي بعد الاستفهام هي فاء السببية والمضارع بعدها منصوب اعطني مثالا عندنا ايات قرآنية قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا انظر معي لا تقصص ما نوع له هي ناهية هنا ناهي لا تقصص جاءت فاء بعد النهي فما نوعها اقول هذه الفاء التي وقعت بعد النهي هي فاء السببية هذه قاعدة الفاء التي بعد النهي او بعد الطلب فاء السببية فاء السببية حرف نصف ولذلك حذف النون ونحن درسنا الافعال الخمسة درسناها اذا يكيدوا فعل مضارع منصوب بماذا بحذف النون من يذكر لنا الفاعل أين الفاعل؟ أحسنت وو الجماعة وو الجماعة أحسنت طيب إذن هذه الفاء وأكرر هي فاء السببية وهي حرف نصب وليست هنا عاطفة ليست عاطفة فهم هذا الكلام؟ قل ولا تقل أتناول في هذه الحلقة بفضل الله عز وجل بعض الأخطاء التي قد يقع فيها بعضنا ويعني هو لا يدري أنها خطأ أقول أولا من الخطأ أن تقول اشتريت خمسة كتب ثم بعتهم لماذا؟ أين الخطأ في هذه الجملة؟ انظر قد يخيل إليك أنها جملة صحيحة وهي ليست كذلك أين الخطأ؟ أقول الخطأ في هذا الضمير هذا الضمير وهو هم يستخدم عند الحديث عن العاقل هل الكتب عاقل؟ إذن الصواب أن نقول اشتريت خمسة كتب ثم بعتها الآن أين الخطأ؟ الخطأ في هذا الضمير لماذا؟ لأنه يستخدم عند الحديث عن العاقل أقول بعد ذلك من الخطأ أن تقول حذرت فلانا من الزهاب إلى المصيف أين الخطأ في هذه الجملة؟ عندنا خطأان عندنا خطأان أين هما؟ أقول انظر إلى كلمة الزهاب رأيتها؟ أزال ما ضطها وضع عليها شدة وتحت الشدة وضع كسرة وهذا خطأ؟ لماذا؟ الصواب أن نقول الذهاب بفتح الباء لأن كلمة الذهاب بالكسر بمعنى المطر كذلك الخطأ الثاني هو في كلمة المصيف وهذا نطق فيه خطأ الصواب أن أقول المصيف إذن ما الصواب؟ الصواب أن أقول حذرت فلانا من الزهاب انظر إلى الشدة وفوقها الفتحة من الزهاب إلى المصيف الخطأ في هذه الشدة وتحتها كسرة الصواب أن أقول الذهاب وانظر إلى المصيف خطأ المصيف هذا هو النطق الصحيح قال الله عز وجل أو قال الله تعالى وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فتح الذَّل؟ نعم ولم تبصى لم يقل وَإِنَّ عَلَىٰ ذِهَابٍ لا وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ إذن لا تقل أنت مثلا أمر بفلان ذهابا وإيابا هذا خطأ ذهابا خطأ ذهابا لفتح الزال فانتبه كذلك من الخطأ أن تقول هذا عالم لغوي هذا عالم لغوي أين الخطأ؟ الخطأ في كلمة لغوي ما الصواب؟ الصواب لغوي لضم اللام انظر إلى الفرق لغوي هذا خطأ لغوي هذا هو الصواب لماذا؟ لأن معنى لغوي بفتح اللام كثير اللغوي أي سرسار يعني يتحدث كثيرا إنما لغوي ننسبها إلى لغة ولم أقل لغة لغة لو 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 فالصواب لغوي لأنها أو لأننا ننسبها إلى لغة وقل ننسب ولا تقل ننسب طيب كثيرا من الخطأ أن تقول كانت خطبة فلان أمس والزواج بعد شهر أين الخطأ؟ الخطأ في هذه الكلمة كانت خطبة طيب ما الصواب؟ الصواب أن نقول خطبة بكسر الخاء كانت خطبة فلان طيب أما خطبة فهي ما يقوله الخطيب من كلام على المنبر من كلام على المنبر إذن فرق بين خطبة هي طلب الرجل المرأة للزواج أما خطبة فهي ما يقال على المنبر كذلك من الخطأ أن تقول عيدك مبروك طيب أين الخطأ؟ بعضنا يقولوها أين الخطأ؟ وما الصواب؟ أقول الصواب عيدك مبارك ما الفرق؟ انظر أقول لأنها أي كلمة مبارك لأنها من الفعل بارك ومعنى بارك الله فيه جعل فيه خيرا أما مبروك فهي من الفعل باركة تعرفوا بروك الجمل؟ بروك الجمل تعرفوه؟ يقولون برك الجمل برك الجمل كان واقفا وبرك برك إلى أسفل وكأنه قعد بركة أخذت منها مبروك إنما الصواب هو أن يقول عيدك مبارك من البركة من الفعل باركة يعني جعل الله فيه خيرا كذلك من الخطأ أن تقول الكل أو البعض فعل كذا هذا خطأ لماذا؟ وما الصواب؟ الصواب فيهما كل وبعض دون اللام قال سيب ويهي لا يجوز إدخال اللام على كل وبعض فلا تقول الكل فعل ولا تقول البعض فعل بل بغير اللام كل فعل كل فعل ولا تقول الكل فعل من الخطأ أن تقول يقولون هذا الكتاب مباع هذا الكتاب مباع بكذا مثلا ما الصواب؟ الصواب أن تقول مبيع لماذا؟ لأنه اسم مفعول من الفعل الثلاثي باع وهذا يحفظ باع مبيع نام منوم يعني الألف أصلها هنا في باع أصلها ياء وفي نام أصلها واب الخلاصة لا يصح لك أن تقول مباع ويصح أن تقول مبيع من الخطأ أن تقول عرفت أنه لا توجد بدعة حسنة كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة هذا القول ابن عمر كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة طيب ما الخطأ؟ الخطأ في هذا الفعل عرفته؟ هذا خطأ ما الصواب؟ الصواب عرفت بفتح الراء وهذا يعني لابد أن تنتبه إليه جيدا لأن بعض إخواننا يظنون أن الصواب بكسر الراء الصواب فتح الراء الصواب فتح الراء كذلك من الخطأ أن تقول واسطة أو الواسطة الواسطة ما الصواب؟ الصواب أن نقول وساطة أو الوساطة الواسطة بألف بعد الواو انظر ألف بعد الواو تعني الجوهر الذي في وسط القلادة الجوهر الذي في وسط القلادة أما الوساطة فهي مصدر الفعل وساطة أنت تريد أن تقول إن فلانا يتوسط لفلان عند هيئة معينة فتقول وسطة هذا خطأ الصواب وساطة واساطة أما الواسطة فهي الجوهر الذي في وسط القلادة نعم من الخطأ أن تقول هذا رجل معمر أي عاش زمنا طويلا هذا خطأ معمر هذا خطأ ما الصواب؟ الصواب أن نقول هذا رجل معمر هذا رجل معمر كذلك طبعا لأنها اسم مفعول من الخطأ أن تقول قال الناس أنه هو الفائز قال الناس أنه هذا خطأ انظر معي وما الصواب أقول قال الناس أنه ما الفرق؟ الفرق أن هذه الهمزة مفتوح وهذه الهمزة مكسورة هل هناك فرق؟ طبعا بعد الفعل قال يقول يقولون قيل قول بعد كل القول أو بعد مشتقات الفعل قال تكسر همزة إن وانتبه قال الناس أنه هذا خطأ لأنك فتحت الهمزة بعد الفعل قال وهذا خطأ الصواب قال الناس إنه من الخطأ كذلك أن تقول كلما يقرأ كلما يفرع هنا خطأان انظر معك ما الصواب؟ ما الصواب؟ الصواب كلما قرأ فاهمة أنا ماذا فعلت؟ أولا كلما هنا دخلت على المضارع وهذا لا يصح كلما لا تدخل إلا على الماضي طيب هذه واحدة الثانية أننا كررنا كلمة كلما وهذا خطأ كلما لا تتكرر أكثر من مرة انظر الصواب كلما قرأ فاهمة كلما لا تدخل إلا على الماضي هذه إلا وليست إلا لا تدخل إلا على الماضي ولا تتكرر ولا تتكرر طيب كذلك أقول من الخطأ أن تقول هذا تلميذ شاطر هذا تلميذ شاطر لماذا؟ ما الصواب؟ أقول هذا تلميذ ذكي أو حازق لماذا؟ لأن كلمة شاطر لا تؤدي المعنى نفسه لكلمة ذكي بل معناها قاطع طريق شاطر بمعنى قاطع طريق نعم نعم الصواب ذكي من الخطأ أن تقول هذه صفحة الوفيات هذه صفحة الوفيات لماذا؟ كثير مننا يقول ذلك يعني أين الخطأ؟ انظر وما الصواب؟ الصواب أن أقول صفحة الوفيات انظر إلى الفرق رأيت الفأ ماذا تحتها؟ كسر رأيت الياء عليها شدة وفتح هذا خطأ؟ لماذا؟ لأن وفاة تجمع على وفيات الو مفتوحة الفأ مفتوحة الياء مفتوحة انظر أما الوفيات فهي جمع لكلمة وفية وهي من الوفاء بالعهد والأمانة فلانة وفية بالعهد وبعادها وبكلامها وفية من الوفاء طيب ما علاقة الموت بهذا؟ فلانة وفية وفلانة الأخرى وفية والثالثة وفية إذن هؤلاء الثلاثة وفيات جمع لوفية إنما أنا أريد الموت أريد وفاء جمع وفاء إذن أقول صفحة الوفيات صفحة الوفيات لأن الوفيات جمع لوفاء من الخطأ أن تقول لابد وأن نصلي الفج طيب أين الخطأ؟ الخطأ الخطأ في أن تدخل هذه الواو الخطأ في أن تدخل هذه الواو لماذا؟ انظر أقول لابد هذا والصواب لابد أن نصلي الفج بغير أن تضع الواو انظر هذه لا هذه تسمى لا النافية للجنس وطبعا هذا يعني قد شرحناه بفضل الله يتعاني لها اسم ولها خبر أين اسمها؟ هو كلمة بد هو كلمة بد أين الخبر؟ هو هذا أن نصلي الفج طيب هذا الخبر لا يتصل بالواو إذن الصواب أن أقول لابد أن نصلي الفج لأن خبر لا النافية للجنس لا يسبق بالواو وهذا يعني مهم جدا جدا ونسمع بعض إخواننا يستخدم مثل هذا التعبير الذي فيه الخطأ لابد وأن نصلي هذا خطأ طيب من الخطأ أن تقول هذا حديث شيق طيب لماذا؟ لماذا؟ أقول ما الصواب؟ الصواب أن نقول هذا حديث شائق لماذا؟ لأن كلمة شيق بمعنى مشتاق إذن الصواب أن أقول هذا حديث شائق بعد ذلك أقول من الخطأ أن تقول أصيب فلان بدوخة ما الصواب؟ الصواب أن أقول أصيب فلان بدوار بضم الدال وفتح الواو ولا تقول بدوار لا تقول بدوار أصيب فلان بدوار ومن معاني ومن معاني ذا ومن معاني ذا ذا وخضع ذا وخضع إذن الصواب أن أقول أصيب فلان بدوار طيب من الخطأ أن تقول أنا متلهف لرؤياك هذه الجملة فيها خطأان هذه الجملة فيها خطأان ما الصواب؟ الصواب أن تقول أنا مشتاق لرؤياتك لماذا؟ لأن التلهف انظر أنا متلهف التلهف هو الحزن تقول أنا حزين لرؤياك إذن التلهف هو الحزن والتحسر لا الشوق لا الشوق والحنين انظر أيضا والرؤيا تكون في المنا حزين بالألف الرؤيا في المنا أما الرؤيات بالتائ ففي اليقظة أعيد متلهف بمعنى حزين إذن الصواب مشتاق طيب رؤياك هذا في المنا يعني الرؤيا بالألف تكون في المنا أقول أنا حزين لأنني رأيتك في المنا هذا معناها لا الصواب أن أقول أنا مشتاق لأني أراك لرؤيتي تي انظر إلى هذه التاء لرؤياتك أما رؤياك رؤيا رؤيا بالألف هذا معناه أنها في المنا الرؤيا معناها أنك رأيته في المنا أنت تقصد أنك تراه بعينك إذن لابد أن تستخدم هذه التاء الرؤيا انظر إلى التاء هذا في اليقظة أما الرؤيا بالألف ففي المنا من الخطأ أن تقول فلان يحتضر في لحظاتي الأخيرة هو يحتضر هذا خطأ ما الصواب الصواب أن تقول فلان يحتضر بضم الياء وفتح التاء وفتح الضاط لا يستعمل الفعل احتضر إلا بصيغة المبني للمفعول وبعضنا يقول المبني للمجهول وهذا خطأ ليس الفعل دائما يكون مجهولا لا يصح خلق فلان تقول عن هذا الفعل خلق إنه مبني للمجهول هذا خطأ هل له مجهول إذن الصواب أن أقول مبني للمفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله هذا هو الأصوب إذن لا تقول يحتضر بل قل يحتضر قل يحتضر وكذلك نقول فلان محتضر ولا تقول فلان محتضر قل بفتح الضاط محتضر ولا تقول محتضر انتبع إلى مثل هذا كذلك من الخطأ أن تقول هذا البئر عميق لماذا أين الخطأ انظر الصواب هذه البئر هذه نعم هذه نعم هذه البئر عميقة لماذا كلمة بئر مؤنسة من الخطأ أن تقول نواياه حسنة لماذا ما الصواب أقول نياته حسنة نياته حسنة تجمع النية على النيات كما في الحديث إنما الأعمال بالنوايا لا بالنيات إنما الأعمال بالنيات هذا الجمع وهو نوايا جمع غير دقيق الصواب نيات تجمع نية على نيات هذا هو التدريب الأول وعندنا فيه حديث من الأربعين حديثا النووية الحديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسابه رواه مسلم بهذا اللف نحن إن شاء الله عز وجل سنعرب كلمة كلمة إن يصر الله عز وجل أقول عن أبي هريرة أين درسنا عنه إنها عرف جر طيب ما وظيفة هذا الحرف إنه يجر ما بعده إذن أبي اسم مجرور لكن يا ترى ما علامة الجر ها الكسرة خطأ لماذا قلت الكسرة أبي من الأسماء الخمس قد يقول قائل طبعا الصواب أنها ستة قد يقول قائل نحن درسنا يعني في شروط الأسماء الخمسة أن الأسماء الخمسة لابد أن تكون مفردة ولابد أن تضف إلى غير ياء المتكلم هذه ياء المتكلم أقول ليست هذه ياء المتكلم هو أبي أنا ليس أبي أنا إنه أبو هرير أبوه هو أبوه هو ليس أبي أنا إذن هذه ليست ياء المتكلم إذن هذا الاسم مجرور بالياء لماذا لأنه من الأسماء الخمس وليس أبي أنا هذه ليست يا أه المتكلم إنما هذه علامة جر كالكسرة عن أبي هريرة ما إعربه هريرة مضاف إليه لكن يا ترى ما علامة جره ها الكسرة خطأ أولا هذه الكلمة وهي هريرة ممنوعة من الصرف لكن من يذكر سبب المنع لماذا منعت من الصرف ها علم مؤنس لفظا لا معنى يعني في اللفظ فقط وأنا قلت في قاعدة التأنيث هناك في الممنوع من الصرف قلت إن أي علم مؤنس ممنوع من الصرف هذا يعني باختصار وإلا فهم يفصلون إذا كان غير ثلاثي يمنع من الصرف مطلقا إذا كان مؤنسا وإذا كان ثلاثيا فإنهم يفصلون إذا كان ساكن الوسط يجوز المنع ويجوز الصرف وإذا كان متحركا فإنه يمنع لكن أنا باختصار أقول كل عالم مؤنس ممنوع من الصرف باختصار طيب قد تقول هريرة ليست مؤنسة كلمة ليست مؤنس أقول هي مؤنسة في اللفظ إنما هي في المعنى تطلق على رجل طيب إذا هريرة ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث اللفظي فانتبه طيب رضي إذن طبعا هذه الكلمة مجرورة بالفتحة مضاف إليه مجرور بالفتحة أقول عن أبي هريرة ولا تقول هريرة مثلا عن أبي هريرة رضي طبعا ليس فيها مشكلة فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح رضي من الذي رضي الله لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن نطبط معي عن أبي هريرة رضي الله طيب عنه يعني هي قسمات عن وقد سبق ذلك عن حرف جر وحرف الجر يعني لابد أن يجر ما بعده إذن الهاء ضمير مبني في محل جر بعن ضمير مبني في محل جر طيب أنا أقول عن هو هو لماذا الضم أقول لأن الهاء ضمير والضمير مبني والمبني ضبط آخره ثابت ضبط آخره ثابت عن حرف جر النبي هذا كلام ليس فيه صعوب اسم مجرور وعلامة جره الكسر اسم مجرور بعن إذن الضبط عن أبي هريرتا رضيا الله عنه عن النبي صلى هذا فعض الماض والفاعل طبعا اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله هذا فاعل عليه تنقسم قسميني عليه تنقسم قسميني عندنا على وهي حرف جر وطبعا حرف الجر له وظيفة الهاء أقول هي ضمير مبني في محل جر بعلا الواو حرف عطف وسلم هذا فعل ماض طيب يا ترى عطف على أي شيء عطف على فعل مثله صلى وسلم صلى وسلم الواو حرف عطف سلم معطف على صلى إذن هو فعل ماض مبني على الفتح قال ليس فيها مشكلة هذا أيضا فعل ماض مبني على الفتح لا مشكلة هنا طيب الآن انتبه معي هناك بعض الأفعال يكون فاعلها ضميرا ولم تره أنت في الكلام يعني ليس مكتوبا سلم أين الفاعل لا تقول الله لفظ الجلالة فاعل الفعل صلى طيب أين فاعل سلم هنا ضمير تقديره هو يعود على الله طيب أين فاعل قال نعم هنا ضمير مستتر يعود على من على النبي من الذي قال النبي من الذي سلم الله إذن الفاعل هنا هذا ضمير تقديره هو يعود على الله إنما قال من الذي قال الله لا خطأ الذي قال هو النبي الذي قال الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم إذن الفاعل هنا بعد قال ولا يذكر الفاعل إلا بعد إلا بعد ماذا إلا بعد الفعل لا يذكر الفاعل إلا بعد الفعل فقال فعل ما من الذي قاله النبي طيب أنا هنا آتي بضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أقول قال هو إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا قال النبي قال صلى الله عليه وسلم من نفس ما نوع من من يذاكر ينجح نعم هي شرطية هي شرطية مبتدأ اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ نفس ما نوع هذه الكلمة إنها فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح لكن في محل جازم لأن من شرطية مبتدأ شرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط طيب انظر معي أين فاعل نفسه طبعا نفسه بعدها حرف جر إذن الفاعل هنا الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على من الشرطي أعيد نفسه فعل ماض وأنا حتى آتي بفعل فإنني لابد أن أنتظر فاعله أين الفاعل الفاعل لا يذكر إلا بعد الفعل الفاعل هنا ضمير المستتر يعود على من على من الشرطي بمعنى من نفسه هو طيب عن ليس فيها مشكل حرف جر انتبه حرف الجر يجر ما بعده بعده طيب تعالوا نضبط أقول عن أبي هريرة انظر إلى الفتح عن سكون أبي هريرة ولا تقل هريرتي أو هريراته هي مضاف إليه لكن هذر مضاف إليه مجرور بالفتح هو منوع من الصرف طيب رضي الله رضي الله رضي الله ماذا أقول لفظ الجلالة هنا فاعل إذن أقول رضي الله انظر إلى الضم وصوب نطقك أقول عن أبي هريرة رضي الله عنه طيب عن النبي عن النبي عن النبي ماذا أقول طبعا عن نحن فجار والنبي اسم مجرور إذن أقول عن النبي شدة وتحتها كسرة عن النبي انتبه هذه ليست فتحة الفتحة فوق الشدة إنما أنا كتبت هذه تحت الشدة إذن هي كسرة عن النبي ماذا أقول صلى الله صلى الله صلى الله ماذا أقول اسم الجلالة لا فاعل إذن أقول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن نعم لماذا أقول مؤمن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهذا لا صعوبة فيه عن حرف جر إذن بعدها عن مؤمن طيب ما إعراب كربه انتبه إلى أننا في الإعراب نحن لا نعرب الكلمة منفصلة عن الجملة بل لابد أن نعرب ما قبلها انظر معي من أنا قلت هي مبتدأ نفس فعل ماضي مبني على الفتح أين الفاعل هنا ضمير مستتر يعود على من من نفس طيب أين المفعول نفس أي شيء ما الذي وقع عليه الفعل نفس كربة إذن كربة مفعول به منصوب بالفتحة يعني ليس في الكلام الصعوبة نفس تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول نحن أتينا بالفاعل وهو ضمير مستتر وعن حرف جر مؤمن اسمه مجروف طيب نفس أي شيء نفس هو كربة نستطيع في غير هذا الحديث لا نستطيع أن نغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الحديث أقول من نفس كربة نفس هو الفاعل هنا نفس أي شيء كربة مفعول به منصوب بالفتحة طيب من نفس عن مؤمن كربة من لا مشكلة فيه حرف جر من كرب الدنيا كربي لا مشكلة أيضا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة كلمة كرب فيها قال لا الدنيا فيها نعم هنا إضافة نعم إذن الدنيا مضاف إليه مجرور بالكسرة لكن طبعا هي كسرة مقدرة أنا لا أستطيع أن أقول من كرب الدنيا ي لا أستطيع أن أنطق الكسرة فهمت الكلام؟ إذن الآن يعني إلى الآن لا مشكلة طيب انتبه إلى أنني يعني سأتخطى بعض الأشياء التي لا تفيدك أنت بمعنى هناك إعراب لبعض الجمل أنا سأتخطى أنا سأتخطى أنا سأعرب فقط تلك الكلمات الظاهرة التي تحتاجها أنت عند النطق إنما هناك بعض يعني الأشياء التي تحتاج إلى تعمق أنا لن أتعمق وسبيلي هو الاختصار سبيلي هو سبيل الاختصار طيب من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ماذا يحدث؟ أين جواب الشرط؟ انظر نفس هذا فعل ماض لا مشكلة فيه نفس فعل ماض مبني على الفتح من الذي نفسه؟ من الذي فعل الفعل؟ أين الفاعل؟ إنه اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله إذن الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة إذن اضبط معي عن مؤمن كربة ما يعربه كربة مفعول به؟ من كربي الدنيا نفسه؟ ها؟ الله عنه لا مشكلة فيها عن حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بعم طيب نفس الله أي شيء؟ كربة كربة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله ولا تقل الله نفس الله نفس الله عنه كربة مفعول به من حرف جر كرب اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسر من كربي طيب انظر معي ما اعربه يوم؟ أقول يوم مضاف إليه لكن كيف أعرف؟ انظر معي وانتبه جيدا نستطيع هنا أن نضع أل أقول من كرب اليومي كرب ليس فيها أل اليوم فيها أل وهنا إضافة إذن هذا المكان فيه مضاف إليه أعيد ضع هنا أل احذف كلمة القيامة ضع هنا أل في يوم من كرب اليومي كرب ليس فيها أل اليوم فيها أل وهنا إضافة إذن اليوم مضاف إليه إذن هذا المكان فيه مضاف إليه احذف أل فهمت الكلام؟ من كرب يومي مضاف إليه يوم ليس فيها أل والقيامة فيها أل إذن القيامة مضاف إليه مجرور بالكسب كرب مضاف ويوم مضاف ويوم مضاف إليه يوم مضاف كلمة يوم مضاف والقيامة مضاف إليه عندنا مضافان وراء بعضهم البعض معي كرب مضاف ويوم مضاف إليه يوم مضاف والقيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ومن يسر هذه الواو حرف عطف لكن حرف عطف للجملة على ما قبلها لن أخذ في ذلك طبعا هذه جملة مقول القول ما إعرب من أقول شرطية مبتدأ هي اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ ما إعرب يسر لا مشكلة يسر فعل ماضي مبني على الفتح طبعا هو في محل جازم لأنه فعل الشرط أين الفاعل نعم هنا ضمير مستتر بعد يسر ومن يسر أي ومن يسر هو الفاعل ضمير مستتر يعود على من طبعا على لا مشكلة فيها حرف جر تعالوا نضبط ماذا أقول أقول من نفس عن مؤمن خطأ عن مؤمنا خطأ إنما عن مؤمن عن حرف جر إذن مؤمن اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسر نفس الله اسم الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نفس أي شيء أين المفعول كربة نفس الله عنه كربة إذن كربة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة من لا مشكلة فيها حرف جره من كربه نعم من كربي ولا تقل من كربا من كرب يومي مضاف إلي القيامتي مضاف إلي ومن يسر على معسر هذه لا مشكلة فيها ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ما إعربوا معسر ومن يسر على معسرم طبعا على حرف جره إذن معسر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة ومن يسر على معسر من نتيجة يسر الله عليه يسر فعل ماض مبني على الفتح هو طبعا في محل جسم فعل جملة جواب الشرط فعل جملة جواب الشرط هذا هو جواب الشرط من يزاكر ينجح من يسر على معسر يسر الله عليه هذا هو جواب الشرط طيب يسر الله عليه أين فعل يسر؟ من الذي يسر؟ الله إذن اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة يسر الله طيب عليه على حرف جر والهاء نقول هي ضمير مبني في محل جر بعلا في حرف جر لا محل له من الإعراض الدنيا اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة المقدرة الواو حرف عطف الآخرة معطوف على الدنيا الدنيا مجرورة إذن هذا معطوف مجرور انتبه إلى أن ما قبل حرف العطف ما قبل حرف العطف نسميه معطوفا عليه الدنيا معطوف عليه وما بعد حرف العطف أسميه معطوفا ما بعد حرف العطف أسميه معطوفا هذا المعطوف الذي يقع بعد حرف العطف ما إعرابه هل هو مرفوع هل هو منصوب هل هو مجرور كيف أعرف ننظر إلى ما قبل الواو إلى المعطوف عليه إذا كان المعطوف عليه مرفوعا فما بعد الواو مرفوع إذا كان ما قبل الواو مجرورا وهو المعطوف عليه فما بعد الواو مجروب إذا كان منصوبا فما بعد الواو منصوب فهم هذا الكلام ومن سطر مسلما ما هذه الواو إنها حرف عطف لكن هي حرف عطف للجملة على جملة مقول القول لن أفصل في ذلك ومن سطر ما إعراب من من هذه شرطية مبتدأ هي اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ انتبه من شرطية تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط ما إعراب سطر فعل ماض مبني على الفتح هذا هو فعل الشرط في محل جازم أين الفاعل؟ ليس مسلما هل الفاعل يكون منصوبا؟ طبعا هنا ألف دلالة على أن هذه الكلمة منصوبة إذن من سطر هو هنا الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على من يعود على من إذن الفاعل هنا ضمير مستتر أنا أتيت بفعل وأتيت بفاعل سطر من من الذي وقع عليه الفعل؟ مسلما إذن مسلما مفعول به منصوب بالفتحة ومن سطر مسلما ما النتيجة؟ ما جواب الشرط؟ سطره سطر فعل ماض مبني على الفتحي طبعا هو في محل جازم هذا هو جواب الشرط ومن سطر مسلما سطره الله سطره الله من يذاكر ينجح ينجح إذن هذا هو جواب الشرط ما هذه الهاء؟ هي ضمير كن معي كل هاء اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به أعيد كل هاء كل هاء اتصلت بالفعل تعرب مفعولا به إنما إذا اتصلت بالاسم إذا اتصلت بالاسم فهي مضاف إليه كل ضمير إن اتصلوا بالاسم مضاف إليه إذن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أين الفاعل؟ من الذي سطر؟ الله اسم الجلالة الله أو لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم سطره الله ولا تقول سطره الله أو سطره الله لا سطره الله لا مشكلة فيها حرف جر لا محل له من الإعراض كل حرف جر مبني لا محل له من الإعراض كل حرف الدنيا اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة المقدرة ما معنى المقدرة أنا لا أستطيع أن أقول في الدنيا لا أستطيع أن أنطق هذه الكسرة إذن هي مقدرة الواو لا مشكلة فيها هي حرف عطف حرف عطف نحن منذ قليل قلنا ما قبل الواو نسميه ماذا معطوفا عليه أنا أعطف عليه وما بعد الواو نسميه معطوفا يا ترى هل كلمة الآخرة هل هي معطوف مرفوع هل هي معطوف مجرور هل هي معطوف منصوب كيف أعرف أنظر إلى كلمة الدنيا إذا كانت الدنيا مرفوعة فالآخرة مرفوع إذا كانت منصوبة فالآخرة منصوبة إذا كانت مجرورة فالآخرة مجرورة في حرف جر الدنيا اسم مجرور إذن الآخرة معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة معطوف على أي شيء على الدنيا طيب تعالوا نضبط ما قلنا ومن يسر على معسر لماذا وضعنا هنا كسرة تنوينا بالكسر وضعنا هنا تنوينا بالكسر لأن قبل معسر حرف جر وهو ومن يسر على معسر هو على يسر الله لا مشكلة فيها اسم الجلالة فاعل وضعنا ضم يسر الله فلا تقل ومن يسر على معسر يسر الله عليه خطأ اسم الجلالة الله او لفظ الجلالة فاعل اذا اضع هنا ضم يسر الله عليه لا مشكلة فيه عليه في الدنيا والاخرة نضع هنا كسرة والاخرة معطوف مجروف طيب ومن ستر مسلما قلنا ان مسلما مفعول به فوضعنا تنوينا بالفتح ولا تقل ومن سطر مسلم ومن سطر مسلم خطأ ومن سطر مسلما اين الفاعل هنا ضمير مستتر ما النتيجة ستراه الله طيب ماذا اقول اقول ستراه الله ستراه الله ستراه الله ماذا اقول اسم الجلالة فاعل اذا اقول ستراه الله اضع ضمه على اسم الجلالة الله في الدنيا والاخرة الاخرة معطوف على الدنيا مجرور وعلامة جده الكسرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه طيب تعالوا نعرب والله ما هذه الواو هذه الواو حرف عطف للجملات على ما قبلها ولن اتوقف مع ذلك هي حرف عطف وكل الحروف لا محل لها من الاعراب ما اعراب اسم الجلالة الله لفظ الجلالة الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم اقول والله ولا تقول والله او والله انما هي والله انما عند القسم اذا اردت ان تحلف كنك ان تقول والله قد فعلت كذا مثلا والله هذا عند القسم انما هنا نحن لا نقسم هنا اقول والله اسم الجلالة او لفظ الجلالة الله مبتدأ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم في حرف جر لا مشكلة فيها عون اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة كلمة عون فيها قال لا كلمة العبد فيها قال نعم هنا اضافة نعم اذا العبد مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة اقول والله ضع ضمة هنا في عوني العبد وهكذا ما كان العبد في عون اخيه انظر الى ما ما نوعها هذه اسميها مصدرية زمانية ما معنى هذا انظر معي هل يصح هل يصح ان اقول والله في عون العبد مدة كون العبد في عون اخيه نعم مدة كون العبد في عون اخيه مدة تدل على الزمان وكون تدل على المصدر انتبهت اذا هي مصدرية زمانية ما كان كان لا مشكلة فيها فعل الناسخ يرفع اسمه وينصب خبره فعل الناسخ مبني على الفتح فعل الناسخ الناقص مبني على الفتح اين اسم كان العبد اذا العبد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما كان العبد كان تحتاج الى اسم وإلى خبر ترفع اسمها وتنصب خبرها في حرف جر لا محل له من الاعراض عون اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة واخيه مضاف اليه انظر معي كيف تعرف هذا انظر وانتبه نحذف اله هذا في غير الحديث نحذف اله ونضع هنا ال انتبه اقول في عون الاخ اذا عون ليس فيها ال والاخ فيها ال وهنا اضاف اذا هذا المكان فيه مضاف الي لكن من يسبقني ما علامة الجر ها الكسرة خطأ علامة الجر هنا الياء لماذا لانه من الاسماء الخمسة والصواب ان نقول من الاسماء الستة لكن نحن درسناها درسنا منها واخترنا منها خمسة فقط اذا اخيه من الاسماء الخمسة طيب علامة جرها الياء علامة رفعها الواو علامة نصبها ها الالف نعم قد يقول قائل نحن قلنا ان من شروط تلك الاسماء الخمسة ان تكون مفردة نقول نعم يقول وان تضاف الى غير ياء المتكلم نقول نعم يقول هذه ياء المتكلم نقول لا ليست هذه ياء المتكلم كيف اقول هل هو اخي انا هي متى تكون ياء المتكلم اذا كنت انا اتكلم عن نفس اخي ابي انتبهت انما هو ليس اخي انما هو اخوه هو والله في عون العبد ما كان العبد العبد في عون اخيه اخيه هو اخ العبد ليس اخي انا انتبهت اذا اخيه من الاسماء الخمسة هي مضاف اليه مجرور بالياد هذه هي ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ومن نحن ذكرنا مثلها الواو هذه حرف عطف ومن سلك طريقا هذه الواو حرف عطف للجملة على ما قبل من هذه شرطية مبتدأ هي اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ طيب سلك طبعا لا مشكلة فيه فعل ماض هو طبعا فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم لماذا جزم لان من شرطية شرطية لها فعل شرط ولها جواب شرط اذا سلك فعل ماض مبني على الفتح وطبعا هو في محل جزم هو فعل الشرط اين الفاعل لا تقل طريقا هل الطريق هو الذي يسلك لا ومن سلك هو الفاعل هنا ضمير مستثر من يعود على من ومن سلك أي ومن سلك هو الفاعل هنا ضمير مستثر سلك أي شيء أين المفعول من الذي وقع عليه الفعل طريقا إذن طريقا مفعول به منصوب بالفتح ومن سلك طريقا يلتمس يلتمس ليست هي جواب من انتبه جواب الشرط سيأتي بعد ذلك وهو سهل الله له طريقا إلى الجنة هذا هو الجزاء هذه النتيجة ليست يلتمس هي جواب الشرط إنما يلتمس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم من يسبقني أين الفعل؟ نعم ضمير مستثر تقديره هو يلتمس هو ضمير مستثر تقديره هو فيه عندي في وهي حرف جر والها ضمير مبني في محل جر بفيه يلتمس أي شيء أنا أتيت بفعل وهو يلتمس وأتيت بفعل هنا وهو ضمير مستثر يلتمس أي شيء نعم علما إذن علما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة تعالوا يعني حتى نطبط هذه الجملة جيداً ماذا أقول؟ هل أقول والله؟ هل أقول والله؟ ماذا أقول؟ هذه الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها والله اسم الجلالة أو لفظ الجلالة مبتدأ إذن أقوله والله طيب وأضع ضم في عون العبدي في عوني في عوني اسم المجرور العبدي ما يعرب العبد؟ هي مضاف إليه أقول والله نضع هنا ضم في عوني ولا تقول في عونه في عون خطأ في حرف جل في عوني وعون ليس فيها والعبد في إذن عبد مضاف إليه ما كان لا مشكلة فيها ما كان العبد اسمه كان في عون أخيه لا مشكلة في عوني أخيه لا مشكلة في ذلك في عوني أخيه لكن السؤال هنا أين خبره كان؟ نحن الآن أتينا باسم لكان باسم لكان أين خبره كان؟ نقول الجر والمجرور الجر والمجرور في عوني أخيه؟ هذه شبه جملة في محل نصب خبره كان خبره كان طيب ومن سلك طريقا؟ طريقا؟ طريق طريق ماذا أقول؟ هي مفعول به أقول طريقا طريقا يلتمس خطأ يلتمس خطأ يلتمس فيه علم خطأ هي مفعول به أقول علما والله انطق معي سريعا والله في عون العبد مضاف إليه ما كان العبد اسمه كان في عون أخيه ومن سلك طريقا مفعول به يلتمس فيه علما ماذا يحدث؟ قال سهل الله له به طريقا إلى الجنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة ما إعرب سهل؟ طبعا لا مشكلة في ذلك هو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم سهلا طبعا هذا جواب الشرط جواب الشرط أين الفاعل؟ من الذي سهله؟ الله إذن لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة طيب له اللام هذه حرف جر هي حرف جر يعني يفيد الاختصاص الهاء ضمير مبني في محل جر باللامي ضمير مبني في محل جر باللامي به نفس الكلام الباء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بالباء ما إعرب طريقا؟ سهل الله بسم الجلالة فاعل ما الذي وقع عليه الفعل؟ طريقا إذن طريقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة إلى حرف جر لا محل له من الإعرب طبعا إلى تفيد انتهاء الغاية انتهاء الغاية طيب إلى الجنة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة هنا أين خبر من؟ بعض العلماء كما أسلفنا قال إن جملة الشرط هي الخبر وبعضهم قال بل هي جملة جواب الشرط بعضهم قال إن الخبر هو فعل الشرط وجواب الشرط معا لن أتوقف عند زي طيب وما اجتمع قوم وما الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها ما اعرب ما هي حرف نافي نافية نافية لا محل لها من الإعرب اجتمع فعل ماضي مبني على الفتح من الذين اجتمعوا؟ أين الفاعل؟ من الذي فعل الفعل؟ قوم إذن قوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في حرف جر بيت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة من حرف جر لا مشكلة في هذا الكلام بيوت بضم الباء ولا تقل بيوت بي خطأ بو بيوتي الباء مضمومة بيوت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة كلمة بيوت بضم الباء بيوت فيها قال لا اسم الجلالة فيها قال نعم هنا إضافة نعم أنا أضفت البيوت إلى الله إذن لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة طيب من يعرب لنا كلمة يتلون؟ من يتذكر؟ في أي درس أخذنا هذه الكلمة؟ أفعال الخمسة من يذكرني بتعريف الأفعال الخمسة؟ نعم كل فعل مضارع اتصلت به إما ألف الاثنين أو وو الجماعة أو ماذا؟ أو ياء المخاطبة هنا وو الجماعة إذن هذا الفعل من الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع وتنصب وتجزم أليس كذلك؟ إذا سبقت بأداة نصب فهي منصوبة إذا سبقت بأداة جزم فهي مجزومة إذا لم تسبق كما هي هنا الآن بأداة نصب أو أداة جزم فهي مرفوعة إذن يتلون فعل مضارع مرفوع لكن بماذا من يسبقني؟ بالواو خطأ خطأ هذه ليست جمعة مذكر سالما ما الذي يرفع بالواو؟ جمع المذكر السال إنما يتلون ليست جمعة مذكر سالما هي مرفوعة بسبوط النون تذكرت الأفعال الخمسة؟ ترفع بسبوط النون وتنصب وتجزم بماذا؟ بحزف النون من يذكر لنا الفاعل؟ أين الفاعل؟ أحسنت واو الجماعة يتلون هذه الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل يتلون ماذا؟ يتلون كتاب الله قبل أن أنتقل إلى الجملة التالية تعالوا نضبط نطقنا لهذه الجملة إن شاء الله تعالى أو لهذا السطر سهل الله الله هو اضبط الهاء نضع عليها ضمة طيب له لا مشكلة فيها به لا مشكلة طريقا ما يعلم طريقا مفعول به إذن أضع هنا تنوينا بالفتح طيب إلى لا مشكلة فيها الجنة لا مشكلة فيها ومجتمع قوم هذا فاعل من الذين اجتمعوا قوم؟ ولا تقول ومجتمع قوم ومجتمع قوم في بيت لا مشكلة فيها من بيوت ولا تقول بي بو بو يو تي من بيوت الله مضاف لليه اسم الجلالة يتلون لا مشكلة فيها ضع على النون فتحة يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكيمة يتلون فعل مضارع نحن أتينا بفعله وهو الواو أتينا بفعله وهو الواو الذي ينقصنا والذي نحتاج إليه هو المفعول إذن كتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة كتاب فيها قال لا اسم الجلالة فيه قال نعم إذن هنا مضاف إليه هنا إضاف هذا تركيب إضافي طيب ويتدارسونه بينهم الواو حرف عطف الواو حرف عطف للجملة على جملة الحالي السابقة لن أتوقف عند ذلك هي حرف عطف يتدارسون من يعرب طبعا هذا الفعل أين درس؟ عند دراستنا للأفعال الخمسة أليس كذلك؟ كيف عرفنا هذا فعل مضارع؟ وفيه واو الجماعة إذن هذا من الأفعال الخمسة ولم يسبقه ناصب أو جازم إذن هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعي ماذا؟ نعم أحسن ثبوت النوع كهذا كهذا الفعل؟ كهذا الفعل هذا من الأفعال الخمسة فيه واو الجماعة هو مضارع اتصلت به واو الجماعة إذن هذا مضارع مرفوع بسبوط النوع أين الفاعل؟ واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل أين المفعول؟ الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به معنى ذلك أن عندنا فعلا وفاعلا ومفعولا به في كلمة واحدة؟ نعم نعم طيب ما إعراب بينهم؟ بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة بين فوق تحت أمام خلف هذه كلها من ظروف المكان طيب ما إعرابهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ما إعراب إلا أخر معي إلا هذه أسميها حرف حصر حرف حصر وتحقيق نكتفي بحصر هي حرف حصر طبعا ما مع إلا وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت ما وإلا إذا رأيتهما في أسلوب فهذا الأسلوب نسميه أسلوب قصر نسميه أسلوب قصر ما وإلا ما أنت إلا طالب وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم وما إلا هذا أسلوب قصر إلا أداة حصر إلا نزلت نزل فعل ماضي مبني على الفتح ما هذه التاء هل هي تاء الفاعل هل هي تاء التأنيس كيف أعرف أقول ضبط انطق التاء هل أقول نزلته لا ماذا أقول أقول نزلت نزلت انظر إلى التاء ساكنة التاء ساكنة إذن هذه تاء التأنيس وهي حرف هي حرف ليست ضميرا ليست اسما انتبه هي حرف حرف لا محل له من الإعرام ليست هذه تاء الفاعل تاء الفاعل لا تكون ساكنة أبدا إلا نزلت عليهم على حرف جر وهم ضمير مبني في محل جر بعل طيب أين الفاعل السكينة نعم إذن السكينة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة نزلت عليهم السكينة السكينة فاعل كما قلنا الوه حرف عطف لا محل له من الإعراب وغشيتهم وغاشيتهم غشية فعل مات مبني على الفتح ما هذه التاء هل هي تاء الفاعل هل هي تاء التأنيس ما هي انظر إلى الضبط غاشيت يت هم يت التاء سكينة إذن هذه تاء التأنيس وهي حرف وليست ضميرا ليست اسما هي حرف هي حرف لا محل له من الإعراب الضمير هم إذا اتصل هذا الضمير بفعل كان مفعولا به إذن هم ضمير مبني في محل نصب مفعول به ما التي غشيتهم الرحمة ما التي غشيتهم الرحمة إذن الرحمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم فلا تقل غشيتهم الرحمة أو غشيتهم الرحمة خطأ غشيتهم الرحمة وحفتهم الواو حرف عطف لا محل له من الإعراب حفتهم حفة والتاء وهم حفة هذا فعل مات مبني على ماذا حفة فا مبني على الفتح ما هذه التاء انطق حفت هم هي تاء التأنيس هي ساكنة إذن هي تاء التأنيس وهي حرف وليست ضميرا ليست اسما هي حرف مبني لا محل له من الإعراب وهم قد اتصلت بفعل نعم إذن هي مفعول به ضمير مبني في محل نصب مفعول به كيف ننطق هذا السطر ماذا أقول هنا قلنا يتلون يتلون كتابي خطأ يتلون كتاب خطأ يتلون كتابا مفعول به أضع فتحة هنا مفعول به يتلون كتاب الله خطأ يتلون كتاب الله خطأ الله نفذ الجلالة مضاف إليه إذن يتلون كتاب الله ويتدارسونه ليس فيها شيء ويتدرسنه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة خطأ السكينة خطأ هي فاعل أضعوا عليها ضمة السكينة ونظر إلى المين وضعنا الضمة لعدم التقاء السكنين نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة خطأ الرحمة فاعل إذن وغشيتهم الرحمة هي فاعل وحفتهم لا مشكلة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده حفتهم الملائكة فاعل من الذين حفوا الملائكة هم الفاعل هم الذين قاموا بالفعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وذكرهم ما هذه الواو إنها حرف عطف حرف عطف لا محل له من الإعراب وذكرهم الله ذكرهم ذاكرا هذا فعل مات لبني على الفتح ونحن قلنا مرارا وتكرارا إنهم هذا الضمير إذا اتصل بفعل كان مفعولا به إذن هذا الضمير مفعول به في محل نصف من الذي ذكرهم الله إذن نفذ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ذكرهم الله في من عنده في من تنقسم إلى في ومن وليست من في حرف جر لا محل له من الإعراب من ما نوع من نحن نستطيع أن نحذف من ونضع مكانها الذين نقول وذكرهم الله في الذين عنده في الذين عنده ما إعراب من ما إعراب الذين طبعا سبقت بحرف جر إذن من اسم موصول مبني في محل جر بمن وهي موصولة هي بمعنى الذين هي موصولة بمعنى الذين في من عنده ما إعراب عنده هي ظرف مكان ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة بعد الظرف مضاف إليه إذن الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ما معنى هذا أولا معناه كما قال النووي رحمه الله من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال ألا يتكن على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل لا تتكل على أن لك شرفا وأن لك فضيلة في آبائك وبعد ذلك نجدك مقصرا في العمل ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ما هذه الواو إنها حرف عطف إن هذه الواو حرف عطف للجملة على جملة مقود القول باختصار هي حرف عطف من بطأ من شرطيات مبتدأ هي اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ طيب ما إعراب بطأ هذا الفعل هو فعل الشرط هو فعل ماض مبني على الفتح في محل جازم هذا الفعل هو فعل الشرط به الباء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بحرف الجر ومن بطأ به عمله عمله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما إعراب الهاء قلنا إن أي ضمير انظر إلى الهاء إن أي ضمير يتصل باسم فما إعرابه إنه يعرب مضافا إليه إذن الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب لم حرف جز يسرع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكوه به الباء حرف جر لا محل له من الإعراب والهاء ضمير مبني في محل جر بالباء ما الذي يسرع أين الفاعل نسب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما إعراب الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه طيب أين جواب الشرط يعني من يذاكر ينجح يذاكر فعل الشرط وينجح جواب الشرط من بطأ به عمله أين النتيجة أين الجواب لم يسرع به نسب هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط رواه مسلم رواه فعل ماض مبني على الفتح لكن على الفتح المقدر الهاء مفعول به طبعا هي ضمير مبني في محل نصب مفعول به قلنا إن الهاء إذا اتصلت بفعل كانت مفعولا به من الذي رواه مسلم إذن مسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب طيب تعال ونضبط هذا الكلام أنا ماذا أقول هل أقول حفتهم الملائكة خطأ إنها فاعل إذن أقول حفتهم الملائكة وقلنا ما أجمل أن يكون النص كاملا نص الحديث أمامك طيب الملائكة فاعل وذكرهم الله خطأ الله خطأ اسم الجللة الله فاعل إذن أقول وذكرهم الله في من عنده لا مشكلة فيها ومن بطأ به عمله خطأ ومن بطأ به عمله عمل لو الضمة ستظهر هنا على اللام عمله ومن بطأ به عمل لو لم يسرع به نسبه خطأ نسبه خطأ يفاعل نضع ضمة أين على الباء ناس بو بو الهاء هذه ليست في أصل في أصل هذا الفعل إنها ضمير إنما نحن نضع هذه الضمة على الباء فأقول لم يسرع به نسابه رواه مسلم خطأ مسلما خطأ مسلم فاعل كلمة مسلم فاعل إذن رواه مسلم رواه مسلم بهذا اللفظ الباء حرف جر لا محل له من الإعراب هذا اسم إشارة مبني في محل جر بالباء ما إعراب اللفظ نحن ذكرنا قبل ذلك أن الكلمة المعرفة بأل بعد اسم الإشارة ماذا قلنا ما إعرابها نسيت تعرب بدلا إذن اللفظ بدل مجرور بالكسرة لماذا الجر لأن قبلها اسم إشارة قد سبق بحرف جر هنا حرف جر وهنا اسم في محل جر إذن اللفظ بدل مجرور وعلامة جره الكسر فهم هذا الكلام طيب ماذا أقول أقول بهذا اللفظ أقول بهذا اللفظ نضع كسرة تحت الز عرفنا الآن هذا الكلام عرفنا كيف نعرب هو يحتاج بعد توفيق الله عز وجل وعونه أن ندرس قواعد الإعراب قواعد النحن والصرف بإتقان بإتقان شديد حتى نضبط كلامنا هذا هو التدريب الثاني هو حديث من الأربعين حديثا النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف هذا هو نص الحديث الشريف تعالوا نعرب كلمة كلمة إن شاء الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولا عن حرف جر وما بعده اسم المجرو عن حرف جر لا محل له من الإعراب هكذا نقول مع كل حرف ابن مضاف وعباس مضاف إليه طيب كيف أعرف أن هذا المكان فيه مضاف إليه يمكن أن نضع هنا مكان هذه الكلمة كلمة فيها أل فماذا أقول أقول مثلا عن ابن الصحابي مثلا عن ابن الصحابي ابن ليس فيها أل والصحابي كلمة فيها أل وهنا إضاف إذن هذا المكان فيه مضاف إليه إذن ما يعرب عباس أقول هي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي ما نوعه طبعا هذا فعل ماض مبني على الفتح أين الفاعل كل فعل لا بد أن تبحث له عن فاعل لا بد أن تبحث له عن فاعل أين الفاعل نعم لفظ الجلالة الله اسم الجلالة الله أو لفظ الجلالة الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب عنهما طبعا هذه جر ومجرور تفصيل الكلام عن حرف جر مبني لا محل له من الإعراب هما أقول هي ضمير مبني في محل جر بعن عن حرف جر النبي اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسر هذا الكلام ليس فيه مشكلة أبدا إن شاء الله صلى نفس الكلام فعل مبني على الفتح أين الفاعل من الذي فعل الفعل صلى الله عليه إذن اسم الجلالة الله أو لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم عليه جر ومجرور تفصيل الكلام على حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بعلم هذا كله كلام ليس فيه أدنى صعوبة إن شاء الله الواو حرف عطف لا محل له من الإعراء سلم فعل ماض مبني على الفتح على الفتح ما هذه جر ومجرور تفصيل الكلام في حرف جر ما ما نوع ما أصلها في اللذي نستطيع أن نضع هنا اللذي إذن هي موصولة اسم موصول مبني في محل جر بفي يرويه يروي والهاء يروي فعل مضارع مرفوع لماذا لأنه لم يسبق بناصب أو جازم طيب يرويه أين الفعل وأين المفعول الفاعل ضمير مستثر هنا يرويه هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الهاء مفعول به هي ضمير مبني في محل نصب مفعول به عن لا مشكلة فيها حرف جر رب تنقسم إلى رب والهاء رب اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة والهاء مضاف إليه إعرابها بالتفصيل هي ضمير مبني في محل جر مضاف إليه تعالوا نضبط نطقنا لهذه الجملة أو لهذا السطر ماذا أقول هل أقول عن ابنه هل أقول عن ابنه ماذا أقول طبعا عن حرف جر وابن اسم مجرور إذن ماذا أقول أقول عن ابن عباس ابني مجرورة بعنه وعباس مضاف إليه عن ابن عباس خطأ عباس خطأ عن ابن عباس طيب رضي لا مشكلة فيها رضي الله خطأ رضي الله خطأ رضي الله لأن لفظ الجلالة الله فاعل إذن نضع عليه ضم رضي الله عنهما عن النبي خطأ عن النبي عن حرف جر والنبي اسم مجرور بعن نضع كسرة صلى الله الله ولا تقل الله صلى الله اسم الجلالة فاعل عليه وسلم فيما يرويه لمشكلة فيها عن ربه ولا تقل عن ربه عن حرف جر فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات تبارك فعل النهت أين الفاعل تبارك هو ضمير يعود على الله الواو حرف عطف انتبه الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها تعالى فعل ماض مبني على الفتح لكن على الفتح المقدر على الألف طيب الخلاصة هو فعل ماض مبني على الفتح أين الفاعل ضمير تقدير هو يعود على من يعود على الله عز وجل أنه قال أن حرف ناسخ لا محل له من الإعراب الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم إن أنه قال لا مشكلة فيها فعل ماض مبني على الفتح إن الله إن حرف ناسخ حرف وليست فعلا كان وآخواتها أفعال ناسخة أما إن وآخواتها فهي حروف ناسخة ما عمل إن تنصب اسمها وترفع خبرها إذن الله اسم الجلالة اسم إن منصوب بالفتحة طيب كتب فعل ماض مبني على الفتح أين الفاعل الحسنات خطأ هل الحسنات كتبت نفسها كتب هو الحسنات إذن الفاعل هنا ضمير تقدروه هو يعود على الله من الذي كتب الله الفاعل يكون بعد الفعل هل أقول إن لفظ الجلالة هو الفاعل لا الفاعل لا يذكر إلا بعد الفعل انتبه الفاعل لا يذكر إلا بعد الفعل الفاعل هنا ضمير يعود على الله كتب هو أي الله كتب أي شيء الحسنات نحن درسنا مثل هذه الكلمة أين هذه الكلمة قد انتهت بالألف والتاء نعم هي جمع مؤنس سالم حسنت جمع المؤنس السالم ذكرني بأي شيء يرفع نعم بالضمة بأي شيء ينصب ويجر ها بالكسرة نعم إذن الحسنات مفعول به منصوب بالكسرة مفعول به منصوب بالكسرة الواو حرف عطف السيئات معطوف منصوب معطوف على أي شيء معطوف على الحسنات هل الحسنات منصوبة نعم إذن السيئات معطوف منصوب بالكسرة بالكسرة لأنه جمع مؤنس سالم قد ختم بالألف والتاء أين خبر إن نحن أتينا بحرف الناسخ وهو إن هذا الحرف يحتاج إلى اسم وإلى خبر نحن أتينا باسم إن وهو لفظ الجلالة الله أين الخبر نقول هذه الجملة الفعلية كاتب الحسنات والسيئات الجملة إلى الآن قد اكتملت إن الله كاتب الحسنات والسيئات المعنى قد استقاب المعنى مستقيم المعنى قد تم إذن كاتب الحسنات والسيئات جملة فعلية هي خبر إن لكن في محل رفع في محل نص في محل جر إن تنصب اسمها وترفع خبرها إذن هذه الجملة وهي كاتب الحسنات والسيئات هذه الجملة في محل رفع خبر إن فهم هذا الكلام طيب ثم حرف عطف لا محل له من الإعرابي بيّن ما نوع هذه الكلمة فعل ماض نحن قبل ذلك في الدرس الأول في المستوى الأول قلنا إن علامة الماضي ماذا؟ أن يقبل تاء التأميس أليس كذلك؟ بيّن فعل ماض مبني على الفتح أين الفاعل؟ ها؟ نعم ضمير تقديره هو ثم بيّن هو حسنت الفاعل ضمير يعود على الله من الذي بيّن؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أي شيء ذلك ذلك أقول ذلك اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به هذه الفا حرف عطف وتفصيل هناك تفصيل بعد ذلك يعني إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك أين التبين؟ الفا حرف تفصيل ما إعرب من؟ إنها شرطية مبتدأ من يزاكر ينجح من؟ أداة شرط يزاكر فعل الشرط ينجح فعل جواب الشرط من هنا؟ اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ باختصار هي مبتدأ همّ فعل ماض مبني على الفتح طبعا في محل جازم هو فعل الشرط أين الفاعل؟ همّ هو ضمير مستاتر يعود على من؟ على اسم الشرط هنا الفاعل هنا ضمير مستاتر يعود على من؟ تعالوا نضبط هذا السطر ماذا أقول؟ طبعا عن ربه تبارك وتعالى لا مشكلة فيه أنه قال لا مشكلة فيه إن الله خطأ إن تنصب ما بعدها تنصب اسمها إذن أقول إن الله كتب الحسنات خطأ مثل أقول؟ كتب الحسناتي مفعول به منصب بالكسرة والسيئات خطأ الواو حرف عطف ما بعد الواو وهو المعطوف يتبع ما قبل الواو في الإعراب يتبع المعطوف عليه في الإعراب الحسنات منصوبة بالكسر إذن السيئات منصوبة بالكسر كتب الحسناتي والسيئاتي ثم بيّن لا مشكلة فيها ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسناتين؟ تعالوا نكمل ما تبقى من هذا الحديث إن شاء الله تعالى فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة طيب الباء حرف جر لا محل له من الإعراب حسنة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة فلم هذه الفاء حرف عطف حرف عطف ما إعراب لم؟ حرف جزم ونفي وقلب باختصار هو حرف جزم ما إعراب يعمل؟ هل هو مرفوع؟ هل هو منصوب؟ هل هو مجزوم؟ ها؟ مجزوم؟ لماذا؟ نعم سبق بأدات جزم إذن يعمل فعل مضارع مجزوم بالسكون مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون أين الفاعل؟ ها؟ ليست الهاء أنا قلت إن الهاء إذا اتصلت بفعل فما إعرابها؟ ها؟ نعم تعرب مفعولا به إذن هذه الهاء مفعول به ضمير مبني في محل نصب مفعول به أنا الآن أسأل عن الفاعل أنا أتيت بفعل وهو يعمل وأتيت بمفعول وهو الهاء تبقى الفاعل أين الفاعل؟ طبعا لا يمكن أن يكون كتب إذن الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو ضمير مستتر تقديره هو والهاء في محل نصب مفعول به كتبها تنقسم إلى كتب والهاء كتب والهاء ما إعراب كتب طبعا كتب فعل ناضي مبني على الفتح الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به طيب أين الفاعل؟ الفاعل هو لفظ الجلالة الله هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم انتبه إلى أن كتبها هو جواب الشرط هو جواب الشرط فمن هم بحسنة فلم يعمل ما النتيجة؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة ما أجمل أن يكون النص أمامك هذا يساعدك على الفهم أكثر إن شاء الله أقصد نص الحديث فلم يعملها كتبها وهذا جواب الشرط عنده ما إعرب عنده؟ طبعا عنده من ظروف المكان عنده ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما إعرب الهاء؟ الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه طيب كتبها الله عنده حسنة حسنة مفعول به ثان منصوب بالفتحة انتبئ إلى هذا الإعراض كتب هنا نصبت مفعولين الأول هو الهاء والثاني حسنة نعم ما صفة الحسنة؟ كاملة إذن كاملة نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة نعت لحسنة نعت منصوب وعلامة نصب الفتحة وإن هذه الواو حرف عطف للجملة على الجملة قبلها على جملة مقول القول لن أطيل هي حرف عطف لا محل له من الإعراض ما إعرب إن أقول هو حرف شرط جازم أيضا لا محل له من الإعراض كل حرف لا محل له من الإعراض ما إعرب همه؟ همه فعل ماض مبني على الفتح طبعا في محل جازم هو فعل الشرط إن تذاكر تنجح مثلا إن همه بها فعملها كتباها الله عنده إذن همه هو فعل الشرط طيب أين فاعل همه؟ الفاعل ضمير مستتر هنا تقدره هو إن همه هو الفاعل ضمير مستتر يعود على اسم الشرط على اسم الشرط بها لا مشكلة فيها الباق حرف جر لا محل له من الإعراض والهاء ضمير مبني في محل جر بالباق لا مشكلة في هذا أبدا فعملها الفاء حرف عطف للجملة على جملة الشرط باختصار هو حرف عطف لا محل له من الإعراض عملها تنقسم إلى عمل والهاء عمل فعل ماض مبني على انطق معي عامي لها لا لا إذن هو مبني على الفتح الفعل الماض يبنى على ما ينطق به آخره هذه قاعدة مهمة جدا الفعل الماض يبنى على ما ينطق به آخره الهاء ها فعل خطأ أنا قلت وكررت إن الهاء إذا اتصلت بالفعل فلا تعرب إلا مفعولا به لا تعرب إلا مفعولا به إذن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أين الفاعل نقول فعملها هو الفاعل هنا هو ضمير مستتر تقديره هو طيب فعملها كتبها كتب والهاء كتب فعل مات والهاء من يسبق نعم مفعول به ضمير قد اتصل بفعل من الذي كتب الله اسم الجلالة الله أو لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم عنده عند من ظروف المكان ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما اعرب الهاء نعم تعرب مضافا إليه طبعا بعد الظروف مضاف إليه عند ظرف وما بعد الظرف مضاف إليه تعالوا نضبط هذا السطر فمن هم بحسنة خطأ بحسنة خطأ بحسنة بحسنة إذن نضع كسرة أو تنوينا بالكسر هنا فلم يعملها خطأ انظر إلى الله الضبط سيظهر على الله أين آخر الفعل الله وليس الهاء هذه الهاء ضمير احذف الهاء يعمل ماذا أقول يعمل 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 لم حرف جز أضع سكونا على اللام أقول فلم يعمل ها فلم يعمل انظر إلى اللام يعمل ها وضعنا سكونا على هذه اللام طيب كتبها الله خطأ الله لفظ الجلالة فاعف كتبها الله عنده حسنة خطأ هي مفعول به ثاني إذن أقول حسنة بهذا التنوين بالفتح كاملة خطأ هي نعة منصوب إذن أقول كاملة كاملة وإن هم بها لا مشكلة فيها فعملها كتبها الله خطأ الله نعم كتبها الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضم كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ما اعرب عشر انظر معي هنا لو تذكر أنا قلت كتبها الله عنده حسنة ما اعرب حسنة قلنا مفعول به ثان هنا نفس الكلام كتبها الله عنده عشر مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح حسنات مضاف إليه وهو تمييز العدد مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو تمييز العدد هذا تمييز تمييز العدد طيب إلى لا مشكلة فيها حرف جر سبعمائة انتبه سبعمائة ولا تقول سبعمائة فرق بين السبع والسبع أقول إلى سبعمائة ولا تقول سبعمائة هذه إلى سبعمائة طيب ما يعربها سبع اسم مجرور بإله وعلامة جره الكسرة انتبه واحفظ مئة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ضعف مضاف إليه وهو تمييز العدد نحن قلنا إن المئة في درس العدد إن المئة والألف والمضاعفات تمييزها مفرد مجرور إذن ضعف مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو تمييز العدد فهم هذا الكلام إلى حرف جر لا محل له من الإعراض أضعاف اسم مجرور بإله وعلامة جره الكسرة ما صفة الأضعاف كثيرة كثيرة نعة مجرور وعلامة جره الكسرة هذه الواو حرف عطف للجملة على ما قبلها ما إعراض إن وأين درسناها نحن درسناها في أدوات الشرط الجازمة تجزم فعلين إذن إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراض طبعا إن تحتاج إلى فعل شرط وإلى جواب شرط أين فعل الشرط هم فعل ماض مبني على الفتح في محل جازم طبعا هذا هو فعل الشرط أين الفاعل لا تقل بسيئة الباء حرف جر الباء هذه حرف جر لا محل له من الإعراض أين الفاعل الفاعل هنا وهو ضمير مستتر وإن هم أي وإن هم هو الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو بسيئة سيئة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة وهذا لا مشكلة فيه فلم الفاء حرف عطف لا محل له من الإعراض لم حرف جزم ونفي وقلب باختصار هي حرف جزم هي حرف جزم لماذا يسمونها حرف قلب لأنها تقلب زمن المضارع ماضيا لكن لا أطيل في ذلك فلم يعملها يعمل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون أين أضع السكون على الله على الله يعمل ها هذه الها ضمير مبني في محل نصب مفعول به فهم هذا الكلام تعالوا ننطق هذا كتبها الله عنده عشر خطأ عشر خطأ هي مفعول به إذن هي بالنظر أقول كتبها الله عنده عشر حسنات خطأ ماذا أقول حسنات هذا تمييز العدد مضاف إليه وهو تمييز العدد إلى سبح خطأ إلى س س افتح الس س طيب إلى حرف جر سبع اسم المجرور أين أضع الكسرة أين أضع الكسرة تحت العين تحت العين انظر إلى سبعي سبعي مئة سبعي رأيت الكسرة نعم انتبه ولا تقول سبع السين مفتوحة كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف خطأ هذه مضاف إليه وهي تمييز العدد إذن سبعمائة ضعف ضعف إلى أضعاف خطأ إلى حرف جر إلى أضعاف انظر إلى التنوين بالكسر إلى أضعاف كثيرة خطأ إلى أضعاف كثيرة نعت مجرور وعلامة جره الكسرة وإن هم بسيئة لا مشكلة في ذلك بسيئة الباء حرف جر وسيئة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة فلم يعملها انظر إلى السكون على يعملها يعمل السكون هذا السكون يظهر على اللام فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة كتبها ما يعرب كتبها كتب فعل مات مبني على الفتح طيب ما يعرب هذا الضمير قلنا قبل ذلك إن الهاء إذا اتصلت بفعل كانت مفعولا به إذن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به طيب من الذي كتب الله نفظ الجلالة الله فاعل مرفوع بالضمة طبعا الأفضل أن أقول مرفوع وعلامة رفعه الضم عنده عند ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح ما إعراب الهاء بعد الظرف مضاف إليه إذن الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ما إعراب حسنة كتبها الله عنده حسنة ونحن ذكرنا مثلها قبل ذلك ها من يتذكر أحسنت مفعول به ثان منصوب بالفتحة ما صفة الحسنة كاملة إذن كاملة نعت لكن يا تر هل هو نعت مرفوع هل هو نعت منصوب هل هو نعت مجرور كيف أعرف أنظر إلى المنعوت قبله هذا نعت وهذا منعوت إذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا إذا كان منصوبا كان النعت منصوبا إذا كان مجرورا كان النعت مجرورا المنعوت هنا منصوب لأنه مفعول به إذن كاملة نعة منصوب بالفتح الو هو حرف عطف إن هذه شرطية هي شرطية جازمة شرطية جازمة حرف شرط جازم لا محل له من الإعراض هم فعل ماضي مبني على الفتح هو فعل الشرط في محل جازم أين الفاعل؟ لا يصح أن يقول بها الباء والهاء لا يصح فعملها لا يصح الفاعل هنا ضمير مستثر وإن هم هو الفاعل هنا ضمير مستثر تقديره هو بها الباء حرف جر والهاء ضمير مبني في محل جر بالباء فعملها وإن هم بها فعملها الفاء حرف عطف حرف عطف للجملك على جملة الشرط باختصار هي حرف عطف لا محل له من الإعراض عاملها عامل فعل ماضي مبني على الفتح وما يعرب الهاء؟ قلنا عدة مرات إن الهاء إذا اتصلت بفعل كانت مفعولا به إذن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به فعملها كتبها هذا هو جواب الشرط كتب فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم هو فعل جواب الشرط ما إعراب الهاء؟ نحن ذكرنا مثلها قبلها فعملها الهاء قد اتصلت بفعل أنظر إلى هذه الهاء قد اتصلت بفعل فأعربناها مفعولا به وهذه الهاء كذلك قد اتصلت بفعل إذن نعربها مفعولا به في محل نصب من الذي كتب الله؟ الله لفظ جلالة الله فاعل مرفوع بالضم كتبها الله سيئة سيئة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب ما صفة السيئة؟ صفتها أنها واحدة طيب إذن واحدة نعت لكن يا ترى هل هو نعت المرفوع؟ هل هو نعت المنصوب؟ هل هو نعت المجرور؟ كيف أعرف؟ أنظر إلى المنعوت قبله سيئة مفعول به منصوب إذن هي كلمة منصوبة إذن النعت نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة ما اعرب رواه؟ روا فعل ماض مبني على الفتح والهاء قلنا إن الهاء إذا اتصلت بفعل كانت مفعولا به إذن الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به طيب تعالوا ننطق كتبها الله خطأ كتبها الله اسم الجلالة فاعل عنده لا مشكلة فيها كتبها حسنة خطأ حسنة خطأ حسنة مفعول به منصوب كاملة خطأ هي نعت منصوب كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها انظر كتبها كل هذا لا مشكلة فيه كتبها الله خطأ الله اللفظ الجلالة فاعل كتبها الله سيئة خطأ هي مفعول به سيئة واحدة رواه البخاري فاعل هذا الذي رواه هو الذي فعل الفعل والواو حرف عطف هذه الواو حرف عطف مسلم معطوف مرفوع بالضمة معطوف على أي شيء على البخاري هذه الكلمة تعطف على تلك إذا كانت هذه الكلمة وهي المعطوف عليه إذا كانت منصوبة كان المعطوف منصوبا وإذا كانت مجرورة كان المعطوف مجرورا وإذا كانت مرفوعة كان المعطوف مرفوعا إذن البخاري فاعل هو مرفوع إذن مسلم معطوف مرفوع بالضمة في حرف جر لا محل له من الإعراب من يعرب لنا صحيح حيهما إعرابها يحتاج إلى تركيز شديد من يعرب اسم المجرور نعم علامة الجر الكسرة خطأ خطأ انظر معي صحيحيني أين النون الأصل صحيحيني أين النون حذفت للإضافة هذه الكلمة مسنة صحيحيني النون حذفت حذفت فقلنا صحيحيهما والأصل صحيحيني وأضفنا هما إذن هذه الكلمة مسنة ما علامة جار المسنة يجر بالياء ينصب ويجر بالياء إذن صحيحيهما اسم مجرور بالياء لماذا لأنه مسنة طيب هو مسنة أين النون أقول حذفت للإضافة حذفت للإضافة هما مضاف إليه ضمير مبني في محل جر مضاف إليه الباء حرف جر وهذا لا مشكلة فيه هذه اسم إشارة مبني في محل جر بالباء من يعرب لنا كلمة الحروف ما يعربها أحسنت هي بدل كيف عرفنا قلنا إن الكلمة المعرفة بأل بعد اسم الإشارة تعرب بدلا إذن الحروف بدل لكن يا ترى هل هو بدل المرفوع هل هو منصوب هل هو مجرور ننظر إلى ما قبله ما قبله سبق بحرف جر إذن هذا البدل بدل مجرور بالكسرة ماذا أقول هل أقول رواه البخاري خطأ البخاري فاعل رواه البخاري ضمة شدة وضمة هذه الشدة تدل على أن عندنا يا أيني كتبنا يا أيني وعليها شدة هنا يا أيني طيب البخاري ومسلم خطأ نحن نعطف مرفوعا على مرفوع إذن البخاري ومسلم في صحيحا هما خطأ في صحيحي هما بهذه الحروف وليست الحروف أو الحروف بدل مجرور هذه الكلمة بدل مجرور فهم هذا التدريب أسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يحفظنا ما يرضيه عننا وأن يتقبلنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا هذا والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر